بسم الله الرحمن الرحيم طلابة حبابي طلابة سنة ثالثة هبدأ بقى معاكم مراجعة كده مكسفة من يونت وان ليونت سيكس من شابتر وان للشابتر تيكس هنا بنقول لحضراتكم هنلم أجزاء كبيرة جدا تريبا نص المنهجة هو ومش عايزك تخاف مش عايز يأس مش عايز إحباط عشان كل الطلبة فيه طلبة تقول ما بدأتش اعمل يا مستر هلحق طول ما انت عملت ولا انا هلحق ومش هلحق يبقى انت عايز تبقى كويس عايز تلحق نفسك تمام؟ الحق نفسك لان كل وقت بتأخره تأثيره غلط عليك فابدأ الصحوة بتاعتك عشان الخسائر تبقى ليلة او تنعدم ما فيش يأس دايما بقوله طلابي كده اوعى تفقد الامل طالما انت قادر ان انت بتتنفس اهو ربنا مديك نعمة الحياة فانت قادر على التغيير وقدر ان انت توصل لطموحاتك لو اهملت عادي شوية بس فوق بقى فوق عشان ما نسحاش على وضع صعب نسح على حلم بيتحقق بإذن الله يونت وان هنبدأ بالجرامر طبعا او الجرامر المفترض حضرتك يعني عارف الجرامر في يونت وان باست سيمبل يعني باست كونتينوس حاجات انت مفروض واخدها كزا مرة بريزنت بيرفكت مضارع التام بريزنت بيرفكت كونتينوس مضارع التام المستمر فدي ازمنا انت واخدها من زمان وانت في ربع ابتدائي بس الامور بتزيد عليك بعد التريكس كده فان شاء الله بأكد تاني قبل ما ابدأ الروح المعنوية ليك في الفترة دي اهم من اي حاجة اهم حاجة روحك المعنوية لا تنخفض طبعا بيتكلم دايما على اي زمن من خلال كزا حاجة الفورم ازاي بكوينه ايه هو السؤال ايه هو الماضي البسيط اصلا اليوسج او اليوس بتاعه استخدامه ايه وهي الكيووردس كلمات الزمن ده اللي اشوفها اعرف ان ده past simple واعرف بقى الايه الفروق بين الازمنة لان قصة الجرامر هي قصة فهمة مش قصة حفظ يعني الطالب يقولك انا عارف لك الماضي البسيطة مصر هو تصريفي التاني تبهده بس هو تصريفي تاني افعال ويعبر عن شي حدث في الماضي انت حافظ جرامر افهم افهم من اول هو بيقولك اوه التكوين الماضي البسيط من اول حاجة التصريف التاني للافعال يعني the second form of verbs صف التاني من الافعال دايما التصريف التاني الناس اللي كانت معانا في ال center مديكم انا بوستر كده لتصريفات الافعال اللي هي الافعال الايه ال irregular اللي هي المش منتظمة او الافعال الشاذة الافعال دي تعريق التحولها من مضارع لماضي مش زي الطريقة العادية طب ايها الطريقة العادية مستر الطريقة العادية ان انا احول اي فعل من present لل past ان انا بضيف له ايه دي بس walk play watch watch انا بضيف ايه دي وخلاص اما في افعال بتبقى منتهي بايه اصلا زي مو فيها تحرك بضيف لها دي وفي افعال تانية بقى بضيف لها ايه بحول ال y بتاعتها الى i ed لو انتهت ب y قبليها حرف ساكن وانقول الكلام ده ده دلوقتي يبقى هو التصريف التاني للافعال الماضي البسيط الماضي هو التصريف التاني وبنكون ازاي باضافة او اي دي او اي اي دي لو كان فعلي منتظم زي visit او visited walk walk ده افعال بسيطة الفعال البسيط اللي انا بحوله من مضارع الماضي باضافة اي دي او دي يبقى عايزين نقول ايه هو ال past simple ايه هو الماضي البسيط مش عايزك تتخد ولا حاجة ال past simple اه دي ال past simple الماضي البسيط الماضي البسيط هو التصريف التاني للافعال طبع نقسم الافعال نوعي افعال regular regular و irregular الافعال ال regular 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 وفي افعال تانية irregular بص طبعا انا سايب لك اللون ده عشان احط لك لون مخالب بقى تعرف ان دي حاجة اسمها بريفيكس اهو irregular irregular الافعال اللي هي ال irregular هي الافعال الغير منتظمة الافعال الشازة irregular verbs الافعال اللي انا بحولها من مضارع الماضي لازم احفاظها بقى ما لهاش حل غير ان انت تحفاظها يا رئيس فعلي مثلا عندي زي move اهو ضفنا دي بقت move فعلي زي walk walk play الفعلي منتهي باي قبلها حرف متحرك اهو ادف لاي اي دي بس blade تمام study study ياريت تذاكر والله ياريت والله تذاكر هنا الواي منتهي قبلها حرف ساكن هحول الواي دي الاي واضيف اي دي تبقى اي بقى studied المال افعال ال irregular الريجولة الريجولة غير منتظمة بقى تغني بقى معايا قلنا تيك توك تيك يأخز توك تيك توك قلتلك كنا بنغنيها في السنتر كده تيك توك تيكن شك 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 شاكن تيك توك سويم سوام سويم سوام تيك توك الأفعال دي لازم تحفظها باي بوت كاتش كوت درينك درانك درانك سوامي سوامي سوام تي توك تيكن شيك شوك شيكن دي أفعال إرريجولار الأفعال الإرريجولار هي الأفعال الغير منتظمة الأفعال اللي لازم حضرتك تحفظها يبقى الماضي البسيط هو الشكل التاني من الأفعال تنقسم الأفعال زي ما أنت شايف لأفعال إرريجولار منتظمة وأفعال إرريجولار هو الشكل التاني للأفعال المضارع البسيط اللي إحنا واخدينه الصف الأول دا اسمه دي بريزنت هاو ده بمضارع الماضي بقى نوعين في أفعال بسيطة وأفعال شاذة أو غير منتظمة الأفعال البسيطة تحولها من المضارع الماضي بضيف إي دي أو دي أو آي إي دي حياة سهلة وجميلة هي أما الأفعال الشاذة التانية دي لازم أن حضرتك بقى تحفظها مالهاش حال غير إن أنت تحفظها أفعال غنيها كده درينك 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 سوام 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 كاتش كوت 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 فايد فوت فوت رايت روت ريتن تيك توك تيكن شيك شوك شيكين غني غني وإحفظ بدل ما أنت عملت أحفظ أغاني هاب لمنهاش لازم يبقى الباست سيمبل وهزا ساكن دي فورموف ببس ده تكوينه أفعال ريجولا وأفعال إيريجولا نرجع بقى كده للملزمة بتاعتنا وبالراحة كده وكل شيء نقادرين على تعويضه فيزيت فيزيت تمام ده أفعال بسيطة هيبقى ووك ووكت أما الأفعال التانية لازم حضرتك بقى تحفظها باي بوت سويم سوام درينك درانك فايت يقاتل أو يحارب فوت ودي بقى ملهاش حل يا باشا غير إنها تحفظ الماضي البسيط بيعبر عن إيه يعبر عن باست اكشن يعني إيه باست اكشن حاجة حصلت في الماضي وانتهت اهو اشتريت عربية لسبوع اللي فات خسرنا الماتش مبارح يبقى أنا بتكلم عن باست اكشن يبقى الماضي البسيط أول استخدام له حدث بدأ في الماضي وانتهى هو انتهى خلاص وخلص الحوار انتهى بس خلي بالك انت لسه السنوية العامة بتاعتك ما انتهيتش يبقى انت لسه عندك امل فانت خاف لي لعبنا كورا مبارح نفس اولى اي سطادي ديونت وان ياسطر داي ذكرت يونت وان نفس نفس اسمع كلمة اي سطادي دي اي وزن اليك سامانثا جو طبعا دي جملة تانية واز دي الماضي من ام ويز وار ما دا فير بتو بي اهو ام از اا دا فير بتو بي في البرزنت الماضي من ام ويز واز والماضي من اا و والتصريف التالت منهم كلمة اسمها بين هنعوزها في الازمينة التامة دلوقتي هنا واز دا فعل في الباست سامبل اي ووز هنا ماضي بسيط اي وز اليستر داي كنت مريد مبارح نادر ووز ال last week دا ماضي بسيط برضو ما دا من الفير بتو بي الو فعل يكون خلي بالك كلمة اجو دي معناها منزو ودي من اهم كلمات الماضي البسيط الزمن دا يا ريس يعبر عن عادة كانت بتحصل في الماضي وانتهت واخدنا اشكال يوز دي توها اراجع لك عليها دلوقتي عندما كنت في باريس اعتعدت اننا لالعب كرة يعني كنت زمان بالعب كرة لكن دلوقتي بطلت لعب كرة خلاص هنا استخدمت الماضي البسيط اهو بلايد يعني اما يوز دي تو بلاي وكلمة يوز دي تو تعبر عن اعتياد شيء لم يعد يحدث الان حاجة كانت بتحصل في الماضي وانتهت وخلصت وكدلك عليها دلوقتي يمكن لاحظ بقى ان يستخدم مع كلمات المضارع البسيط لانه يعبر عن عادة كانت بتحصل في الماضي وانتهت وهنا هتلاقي عادي جدا كلمات كلمات المضارع البسيط مع كلمات الايه مع زمن الماضي عادي جدا لاني بعبر عن عادة كانت بتحصل في الماضي وانتهت ويني وزا بيبي ايوز ولي كرايد اهو ويني واز ان بريب سكول لما كنت في المدرسة العددية ايوز ولي جاد زي فول مارك كنت دايما بجيب العادة ايه الدرجة النهائية لما هده كان زمان بقى عندي كلمات زي ووفن ونيفر ويوز وليفري كلمات دي قد تأتي مع الباست سيمبل عادي للتعبير عن عادة كانت بتحصل في الماضي وانتهت ويني واز اتشايلد عندما كان طفلا كان بيروح يعيني المدرسة ماشي زمان كان بيتمشى للمدرسة كل يوم يبقى انا هنا بعبر عن عادة كنت تحدث في الماضي وانتهت وعادي جدا ان يأتي الماضي البسيط مع كلمات المضارع البسيط الناس الحفيزة اللي هي تقول لك بتجي مع البريزن سيمبل فانت رح تختار اس ايه ده لاني بكلم عن عادة كانت بتحصل في الماضي وانتهت انا مش بتكلم على عادة في البريزنت عشان تقولي كلام ده كلام ده انا بتكلم عن عادة في المضارع هنا فام اقول مثلا نادر يوجوالي جيت صبير لي نادر دايما بيصحى بدري ده بريزن سيمبل لكن انا عايز اقول لك بقى لما كنت صغير وين اي وز يونج وين اي وز ابيبي شوف انا بنقلك للماضه وين اي وز يونج عندما كنت صغيرا كاما اي يوجوالي اي يوجوالي ووكدي تذكر كنت دايما بروح المدرسة ماشي ووكدي بص الماضي البسيط جاي الزيج اهو جاي اهو الماضي البسيط مع كلمات المضارع البسيط اهو When I was young ايه اللي حصل I usually walked to school I usually walked to school بص هنا دي Past habit دي عادة كد بتحصل في الماضي وانتهت Past habit الماضي البسيط يعبر عنه Past action حاجة حصلت في الماضي وانتهت I bought a car last week The ancient Egyptian Pilt is a pyramid انت مصريين كدماء بنوا الأهرامات ده حدث تم في الماضي وخلص من زمان Belt الماضي من بلد بدي هنا بقى انا بعبر عن عادة كد بتحصل في الماضي When I was young I usually walked to school اوعى تقولي Was walking الماضي المستمر لا يعبر عن عادة كد بتحصل في الماضي وانتهت الزمن الذي يعبر عن عادة كد تحدث في الماضي وانتهت هو ال Past symbol الماضي البسيط وعادي جدا هنا أن يأتي الماضي البسيط مع كلمات المضارع البسيط When I was young I usually walked to school عندما كنت صغيرا When I was a baby I usually cried I usually walked to school I always got the four mark I walked to school everyday لأني بتكلم عن عادة كد بتحدث في الماضي وانتهت وده يجبنا يا باشا لقاعدة يوستو قاعدة يوستو تعبر عن اعتياد شيء لم يعد يحدث الان ولها كذا نمط كم الجرامر الموجود في اليونتس الاولينية دي كتير جدا أول شكل من أشكال يوستو أن يأتي فاعل الجملة عاقل الفاعل بتاعنا عاقل ويأتي يوستو مدبوعة بالفعل في المصدر وفي هذه الحالة أنا بعبر عن Past action حاجة كت بتحدث في الماضي وانتهت Past habit عادة كت بتحدث في الماضي وانتهت باستخدم يوستو عادة كت بتحصل وخلاص ما عادتش بتحصل when I was young عندما كنت طفلا I used to I used to play football اعتدت ألعب كورة وانا صغير كده when I was young I used to play football I used to eat اعتدت أن أنا أكل more sweets حلويات كتير أو mini sweets كنت باكل حلويات كتير جدا ليه بقى أنا حر كنت طفل لكن دلوقتي But now I don't يبقى أنا ما أعملش الحاجة دي دلوقتي I used to play football I used to have dark hair آه والله كان عندي dark hair كان عندي hair بقى وإيه وعظم زمان بقى ما أنا بكلمك عن زمان قولي عايزنا نرجع زي زمان قولي الزمان ارجع يا زمان الحاجات اللي بتروح دي ما بترجعش When I was young I used to play football اعتدت إن ألاعب كور I used to be naughty كنت مشاغب أول شكل من أشكال يوستو زي ما انت شايف هوت هنا زي ما انت شايف يا صديقي الفاعل عاقل هوت عملنا إيه جبنا يوستو مدبوعة بالفعل في المصدر وفي هذه الحالة تعبر عن اعتياد شيء لم يعد يحدث الآن When I was young I used to play football I used to eat many sweets I used to be naughty اعتدت تكون مشاغب ده الشكل الأولاني من أشكال يوستو هنا بقى لما نيجي ننفي الحوار ده هننفي حوار هننفي حوار هننفي حوار هننفي حوار فلما كان في الجملة ده يقول I didn't واشي اللي ادي منها بقى هقول I didn't used to play football I didn't used to didn't used to didn't used to didn't used to didn't didn't واشي اللي ادي منها زي ما انت شايف ولما كأسأل سؤال بقى هسأل سؤال بيه بدد هقول لك did you هل اعتدت did you اهو واشي اللي ادي منها برده did you used to play football when you were young تقول yes I did او no I didn't ده اول شكل من اشكال used to ما هو الماضي البسيط لعلاقة في used to فانت رازم ان تعرفها كلمة used to معناها هي اعتاد على او اعتاد على دي بقى هنعرفها ازاي اعرف ان هي اعتاد ولا ما اعتادش ولا لسه مازال قائم الفاعل موجود عندي فاعل عقل used to جات ايه هيجي بعدها الفعل في الانفينيتيف وفي هذه الحالة هي تعبر عن باست ايه باست اها بتعادة كانت بتحدث في الماضي والحوار ده ايه انتهى وما عادش بيحصل خلاص لما اجي اقول لك بقى I used to play football but now I don't I used to be naughty but now I am not اقولها ازاي دي يعني انت عرفتها يعني يا مستر هي I don't ولا بي ولا بنان على ايه يعني مستر مش فيهم حاجة جميل انت بتقول ما انا عاد I used to اعتدت ان I used to play football عايز اقول لك ان دلوقتي لا but now I هنا بعدها فعلا عادة هوا I used to play يعني مش بير بي يبقى but now I ايه ناخد don't ولا doesn't حسب الفاعل يبقى but now I ايه I don't ده لو انت بتقارن بقى بين وضع زمان وضع دلوقتي I used to play football but now I don't يعني دلوقتي بطلت خلاص العب كورة ده شكل واحد يلعب كورة انا قادر اجري اصلا طب عايز اقول بقى اعتدت اكون مشاغب مشاغب كان زمان كنت مشاغب والله زمان ما فيش وقت للشغب دلوقتي واحنا عمالين في التدريس ما فيش وقت نشاغب ونلعب ونهزر I used to play football but now I don't I used to اهو I used to be naughty اعتدت اكون مشاغب but now but now I ايه بقى I مش هينفعول I don't لان هنا في فربي تو بي طبعا ايه تاخد am وتنفيها هتقولي but now I am not انا مش كده اصلا يبقى اول شكل من اشكال used to ان يكون فعل الجملة عاكل وما جاش قبل used to am و is were هيجي بعدها الفعل في المصدر وهزي الصيغة تعبر عن past habit عادة كانت تحدث في الماضي وانتهت الحوار ده انتهى I used to have dark hair when I was young كان عندي شعر والله دارك لما كنت صغير young man شاب كده but now I don't I used to be naughty but now I am not I used to get the full mark كنت بجيب الدرجة النائية when I was at prep school but now I don't لكن دلوقتي مش كده خلاص يبقى الحوار خلص يبقى دي past habit اول شكل من اشكال you used to اهو زي ما انت شايف ما جاش قبلها am و is were اهو قال I used to جيب بعدها فعل في المصدر وانها بتتنفي بdidn't وانشيل ادي منها I didn't used to be naughty اهو حاجة سألك سألو لك did you used to be naughty yes I did او no I didn't شكل التاني من اشكال used to بالمرة بقى انما هيجي قبل used to am و is و are ودي بقى هتعبر عن عادة وما زالت مستمرة ودي برضو اللي بيجي بعدها النون يعنه هجيب فعل جملة عقل اهو فعل عقل بس هجيب قبل used to بقى am او is و are am و is و are زائد used to هيجي في هزي الحالة بعدها يا اما verb plus ing يا اما نون هنا الصيغة دي تعبر عن عادة بدأت ومازالت مستمرة حتى الان I am used to smoking لما قول I used to smoke يبقى معناها اعتدت تدخين وبطلت ادخن معناها but now I don't لكن يقول I am used to smoking انا معتاد على التدخين وما زلت بدخن حتى الان I am used to getting up early انا معتاد على الصحيان ايه بدري وما زلت بصح بدري ففي هذه الحالة الصيغة دي تعبر عن عادة وما زالت مستمرة I am used to smoking we are used to exams مستر هتلينا امتحانات احنا متعودين على امتحانات خلاص ما بهمناش امتحانات we are used to we are used to hot weather احنا معتادين على التقس الحار نادر is used to difficult exams معتاد على امتحانات الصعبة وما زال هذا الرجل معتاد على هذا الحوار ودي معناها عادة وما زالت مستمرة وما زالت مستمرة ده الشكل التاني من اشكال used to ان يجي قبلها am is a وفي هزي الحالة تطبع بالجيران الولاي الفيرب بلاسة نجيه او الناون وهزي تعبر عن عادة وما زالت مستمرة حتى الان وعايزين نقول لحضرتك ان ممكن ييجي قبلها برضو يا ام get يا ام become ممكن اقول لك برضو he gets used to او he becomes في هزي الحالة هنضيف s هنا حسب الفاعل بقى لو هي او شاوت لولتلك he gets used to smoking he becomes used to smoking ففي هزي الحالة هزي عادة وما زالت مستمرة قلنا الكلام ده في السنتر كتير وعدناه مرارا وتكرارا ده بالنسبة لقاعدة used to بشكليها الاتنين في شكل تاني برضو هو ملوش علاقة بحكاية الباست هابت والحوار ده والبريزنت هابت بس لازم ان تكون عارفوا لما قولك we use pens احنا بنستخدم لقلم عشان نكتب we use pens to write الصغة دي انا عايز بقا دي معناها بنستخدم we use احنا بنستخدم pens لقلام to write عشان تبعارف كل حاجة بقا بتفصلها الجملة دي active فين الفاعل we فين الفرب use هنا use بمعنى استخدم هنا المفعول pens الاقلام احنا بنستخدم الاقلام عشان نكتب يا صديقي فهنقول اقلام تستخدم هنا هقول pens ده بريزنت سيم ده مضارع بسيط صح؟ المضارع البسيط بيوبنا مابنى المجهول بقام وإز وارزع التصريف ثالث هقول pens are used to write الاقلام بتستخدم نكتب بيها دي بقى مش الإعلام بتعتاد على الفاعل مش عاكل هنا أقول we are used to احنا معتدين ان احنا نكتب كتير بقول writing وكده لكن انا بقول pens الاقلام are used to write هنا الاقلام الصغة دي معناها تستخدم بضم الاول وفتح ما قبل الاخر تستخدم الاقلام تستخدم عشان نكتب وبرضو حضرتك خدت وانت في ربع عبتدأي كلمة اسمها for ان انا ممكن احط هنا بدل to هحط for وهضيف للverb in g تبقى اي بقى for writing نفس المعنى بنفس الشكل بنفس الهيئة تستخدم لكي نكتب بها هشيل to وحط for هحط الverb ببلاس in g الصغة دي معناها تستخدم وليس هيعتاد ومعتدش يبقى الشكل اولان او فاعل جملة عاكل مجاش ابلها ام و is و are يجي بعدها الفعل في المصدر ودي تعبر عن past habit when i was a baby i used to be naughty الشكل التاني هيجي بعد use to am او is او are وانا ممكن الفعل جت او الفعل become هيجي بعدها verb بلاس in g او هيجي بعدها ايه noun وتعبر عن عادة وما زالت بتحدث الشكل التالت ان انا هنا مش معناها يعتاد لا دي معناها يستخدم وفي هذه الحالة ستجد الفعل زي ما انت شايف بداية الجملة هوات الاكلام حاجة غرعاكل cars pins mobiles are used to make phone calls يبقى الصيغة دي معناها تستخدم تستخدم بضم الاول وفتح ما قبل الاخر تستخدم تلاقيك خايبان في العربي برضو تستخدم خلي بالك عشان الترانسليشن الحوار ده بيجي مهم نرجع بقى الماضي البسيط اللي دخلنا يا ميستر في اسطو يا ابن ما وعنا لك ان used two دي تعبر عن عادة كاتبتحدث في الماضي وانتهت ما هو الماضي البسيط ممكن يعبر عن عادة كاتبتحدث في الماضي وانتهت من غير used two when i was young i usually walked to school اللي هي i used to walk to school يبقى الماضي البسيط والتصريف الثاني للأفعال تنقسم الأفعال المعين أفعال بسيطة وأفعال شاذة وتلازم أن تخد المعركة دي بقى في حفظ الأفعال الشاذة زي ما قلتلك يعبر الماضي البسيط عشان مذاكيرش شهر اللي فات كافئة طلبة كتير جدا ده الماضي البسيط أول حاجة يعبر الماضي البسيط أيضا عن وخدنا في استخدامات نرجع بقى يا صديقي لهذا أنا بحب يا شاب أقارق للملازم أنا بحب الجملة تتكتب قدامك كده لأن دايما الملازم بتبقى مختصرة كده ومقتضبة لازم تخوض الحوار ده كامل بص يا رئيس فأنا ما بعبر عن الماضي البسيط تتابق أحداث في الماضي أو بقول لك قولنا الماضي من بي هو دفع للتاكسي بعد كده خرج رحت النادي لاحظ إن ده فعلي ده معطوف على ده فتبع الزمن نفسه يبقى الماضي البسيط حدث تم في الماضي وانتهى الماضي البسيط زي ما قلنا الماضي البسيط برضه على السريع كده تعرف إنه هو لما يجي أنفيب أنفيب دينت زي ده المصدر وممكن أنفيب نيفر وحطها قبل الفعل وبس ده المفروض تعرفوا سريعا كده إن إزاي عمله نجيشان أعمله نافيا أنفي الجملة إزاي النجيش أنا ما أقول اي بوت اكا يستر دي اشتريت عربيا بارح مش أنا عشان ما تقرش مش ناصة والله اي بوت اي بوت اكا يستر دي الفعل ده في الماضي هو وهذه الكي ووردز كلمة يستر دي من كلمات الماضي البسيطة عايزا نفي الجملة دي الماضي البسيط بيتنفيب didn't زائد المصدر اللي ها did not وتختصر لdidn't didn't وبعدها الفعل فين في المصدر وممكن أنفيب never اهو ممكن أنفيب never بس مش أجيب بعدها المصدر أجيب الفعل في التصريف الثاني عادي بقى I didn't buy I never bought I didn't swim I never swam عايزا نفي الجملة دي I didn't buy I didn't buy a car yesterday I didn't buy a car yesterday دي الفعل في المصدر اهو I never swam in the sea I never wrote an essay عمر ما كتبت اي ساي ولا عارفت تكتب حاجة لما جاء أسأل بقى سؤال برضو في الماضي باسأل بdid وهعملي بقى هجيب الفعل واجيب بعدها الفعل فين في المصدر خلي بالك لما بتجي تنفي سواء بتنفي أو تسأل سؤال بتجيب الفعل في المصدر did زائد فاعد زائد الفعل في المصدر فعل في المصدر وعلمة استفهمة باشا did you study عيب يا مستر دي ناس بتزايا دي ناس شكلات ذاكرة عملناش مذاكرة did you play yes i did oh no i didn't يبقى الباست سيمبي ينفى بددن زائد المصدر ونسأل سؤال بدد زائد الفاعل زائد المصدر يعبر عن شيء حدث في الماضي وانتهى ويعبره ايضا عن باست هابت عادة كتبتحصل في الماضي وانتهد تعال با اللي هنا في حاجة اسمها الماضي البسيط يستخدم مع التعبيرات الاتية يعني ايه با في حاجة اسمها unreal past يعني يا مستر ال unreal past الماضي الغير حقيقي انت حضرتك قاعد في السنتر وفي ناس قاعدة على شط البحر بتبلبط في المياه فانت تقول لهم ياريتني معاكو يا جدعا ياريتني والله معاكم الان ياريتني معاكو واحد ماشي بعربية كده بيه ام ده بليو وانته شايفها طول ياريتني معاكو عربية زي دي الانجليزي يقول لك لما تتمنى شيء مستحيل في ال present تتجيبه ماضي وفي هذه الحالة يسمى ماضي غير حقيقي I wish I were a millionaire ياريت الواحد مليونير I wish the weather were not cold now ياريت الطقس مش برد الآن بس هو برد الآن في قاعدة اسمها قاعدة I wish يجي بعدها فاعل وبعدها ماضي بسيط لما نتمنى شيء مستحيل في المضارع بنجيبه ماضي في كلمة برضو اسمها it's a time أو it's a high time فاعل وبعدها ماضي بسيط وفي I would rather لو بعديهم فاعلة هوت يجي بعدها ماضي بسيط I wish Omar studied hard ياريت عمر يذاكر كويس ده معنى ما بيذاكرش It's a time she studied أو it's a time she studied English I would rather he left now شايف ماضي بسيطة هو بعد would rather وفاعله I would rather you didn't smoke here يعني أتمنى أن أنت ما تدخنش هنا قاعدة I wish وif only وبرضو it's a time هتجيب بعدها فاعل هتجيب ماضي بسيط لو أنت بتتكلم في المضارع والانجليز بيسمه ده ماضي غير حقيقي لأنه مش ماضي أصلا I wish I were with you now ياريتني معاكم دلوقتي يا جدع أنت مش معهم أصلا أنت معايا هنا يا باشا قاعد بتتفرج فأنت بتقول I wish I were with you now I wish I were a millionaire I wish I had a car like that If only I had a car like that لو معايا عربية زي دي يا جدع بصوا كل دي الصيغ دي تعبر عن حاجة اسمها التمني المستحيل في المضارع وأنا كنت أقول لك في السنتر كده لما تتمنى شيء مستحيل في المضارع تجيبه ماضي I wish I were a millionaire I wish my father were reach ياريت بابا غني خلي بالك أنا بقول I wish my father were سمعتك ويس my father were ليه في التمني المستحيل ده ممكن تجيب مع I وهي وشي وإت ممكن تجيب where عادي جدا وغوز برضو مش خطأ بس مع التمني المستحيل زي ما بلتلك I وهي وشي وإت يأتي معهم وعادي جدا I wish I were a millionaire I wish my father were reach أهو I wish نادر where was us now ياريت نادر معانا الآن I wish my father we reach ياريت بابا غني بابا دك كل حاجة بيحاول يعملها معاك عايزي بقى تاني I wish my father were reach إذن والدي ليس بالشخص الغني يبقى ده بيسموه unreal past الماضي غير الحقيقي الماضي ده مش حقيقي لإن بعبر عنه بصعوبة في المدارع يبقى شكل الماضي البسيط بعد I wish وإف أونلي ده ماضي غير حقيقي لإنه مش ماضي ولا يعبر عن ماضي ده بيعبر عن صعوبة في المدارع I wish the weather were not cold now وماشي بالتكتك في الشارع تقول يا ريت الجو مش برد كده بس الجو برد فعلا الجو برد تصدق الجو برد فعلا الله هو فعلا برد فأنت بتقول يا ريت الجو مش برد يا ريت الجو مش برد إذن هو برد ياريتني مليونير يبقى أنت مش مليونير ياريتني معا مليون جنيه ما معكش مليون جنيه مش عايز أقول لك ولا يبقى معاك مليون جنيه ولما يبقى معاك مش هيفيده حاجة صباح الخير احنا بس طالقين بسرعة السر ربنا يسطر على الفترة الجاية فأنت تقول I wish I had health لو قليت ما عند صحة دي أهم حاجات طالما عندك صحة ما يهمكش وتمنى يا عم براحتك كان مشكلة بس لما تتمنى تعمل من أجل التمني يعني ما تتمناش وتنام I wish If only I would rather It's time بعد يوم فاعل بعد يوم ماضي كلمات الماضي إيه طيب كلمات الماضي يسردي أمس أجو منذ last last week last month إن وسانا في الماضي بأ in 2004 I married أنا تزوقت in 2004 I qualified أنا تأهلتك مدرس in 1997 سانا تسالة وتسعين in the past في الماضي once زات مرة one day زات يوم كلمة دي how long ago منزو متى when when I was young I used to smoke the other day the other week the other month أسبوع اللي فات الشهر اللي فات اليوم اللي فات how long ago دي عايزك تاخد بالك من بعدها how long ييجي بعدها did زائد الفاعل زائد المصدر يعني عايز أقولك how long did you study English منزو متى وأنت تدرس اللغة الإنجليزية how long ago did you study English يبقى دايما how long ago تدبع بدد زائد الفاعل زائد المصدر how long ago how long ago هذه كلمة تدبع بدد زائد فاعل زائد مصدر how long ago did you study English how long ago did you study English how long ago how long ago did you visit London how long ago did you study English الماضي البسيط كده خلص نخش بقى على الزمن اللي بعد كده اللي هو الماضي المستمر والمشكلة بقى ان انت تفهم استخدامات كل زمن وطريق تكوينه وكل الكلمات الده اللي تن عليها يلا يلا ما تخفيش انت كمان بس بس ايه هو بقى الماضي المستمر إذا بس الماضي المستمر زمن الماضي المستمر بتكون من ووز eta زاد البرب وطبعا المفترض ان انت عارف ان وهي تأخذ ووز هتقول?!? احنا لسه يليم بياخدوا ايه الكلام ده مع ايوش و اف اونلي و ايه و ايه و ايوود رادر الماضي لغير حقيق لكن في الجمل العادية لما اجي اتعامل معاهم اي و هي و شي و ات تاخد ووز ووي و داي و يو تاخد ايه و و وبعدها فعل مضافل ايه الزمن ده بيعبر عن شيء كان بيحدث في وقت معين في الماضي ساعة ستة مبارح غير مبارح ساعة ستة مبارح كنت بقى تسوق يبقى الماضي المستمر يعبر عن شيء كان مستمر في وقت معين في الماضي تب تكوينه ايه بجيب وز وير زاد الفيرب بلا سينجي وز طبعا مفروض مع المفرد وير طبعا مع الايه مع الجمع اهو زمن ده يعبر عن ايه بقى بص حدث استمر لفترة في الماضي في وقت معين كان بيتفرج على الماتش اهو حددت في وقت معين اهو هنا انا بأكد على وقت زمن كان مستمر في هذا الوقت وعندك با حدث كان مستمر عندما قطعوا حدث اخر انا ماشي فوقعت وانا رايح المدرسة هاي مت ماي فرينز هاواري وعملين ايه رايح فين رايح المدرسة يا عامي تعالى يا عامي مدرستي تعالى نعض على قفة من تفاشل وهم فاشلين لو انت بتعمل كده يبقى حاجة قطعت حاجة بابا وأنا بذاكر عملي بقى دخل بيشوفك عملي في الفترة دي يبقى حدث قطع حدث آخر وعندك أدوات الربط بقى باشة كتير 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 وما زال المشوار طويل وما زال المشوار طويل يبقى الماضي المستمر الماضي المستمر بيتكون من ووز ها؟ أو وير زائد البر زائد ING هذا الزمن أول استخدام له عايزين نعرف أن I وهي وشي ويت معاهم ووز وي وذي ويو يغضم وير الماضي المستمر قلنا يعبر عن شيء كان بيحدث في وقت معين في الماضي ساعة ستة مبارح أت سيكس كلوك يا سردي بقى حدث كان مستمر في وقت معين البعد كده حدث أطح حدث بقى وهنا أدوات الربط يا باشة كلها ويل هناخد بقى حوار اللي جاي ده ويل أدي ويل يا بينما وآز وجست آز ووين وما تملش من كواعد وين لأن الحوار مطول بعديهم فاعل الحدث الأول هيبقى بعديهم هنا الماضي المستمر ماضي المستمر والحدث التاني اللي قطع الماضي البسيط يبقى في حدث كان مستمر وقطعوا حدث تاني وانا بتفرج على الماضي أمعك بالواجب لما لقىك ما بتذكرش ويل وآز وجست آز بعديهم ماضي مستمر والنحية التانية ماضي بسيط وقد يأتي بعديهم ماضي مستمر والحدث التاني ماضي مستمر لو حدثين استمروا في نفس الوقت دون تداخل زمني ويل اي ووز استاديينج ماي فادر ووز ووتشينج زماتش وانا بذاكر بابا كان قاعد بيتفرج على الماضي يبقى الحدثين كانوا مستمرين وما فيش حدث قطع حدث تاني يبقى قد يأتي الحدثين ماضي مستمر لو كانوا بيحصلوا في نفس الوقت دون تداخل زمني تمام؟ لكن زي ما قلتلك لو حدث قطع حدث هيجي بعديهم ماضي مستمر والنحية التانية ماضي ايه؟ ماضي بسيط وانا باجري اي فيل داون وانا باجري ويعت يبقى حدث قطع حدث وهنا كلهم زي بعض اجي بقى اقولك اهو ادي ماضي مستمر ادي ماضي بسيط حدث قطع حدثا ايه؟ اخر ودي ويلة هي ودي فيه كامة هي في النص بين الحدثين دا ماضي مستمر والحدث التاني ماضي بسيط حدث اطى حدث كل دول زي ما انت شايف بعدهم حدث ماضي مستمر النحية التانية ماضي بسيط حدث قطع حدث وممكن يجي معا الاتنين ماضي مستمر لو ما فيش تداخل لاحداث وانا بذاكر اللي حصل ماما بتطبخ وانت بتذاكر او انت بتذاكري لو قلتلك هاتيلي باصلة من عندك ولا تعالي اعمليلي حاجة يلي عملالي في سنوية عامة وانت ما بتذاكري شي بقى طاعتلك الى احداث لكن طالما هي تطبخ وانت تذاكري دا لو بتذاكري يعني يبقى الحدثين كانوا مستمرين في نفس الوقت دون تداخل او قاعد بتفرج على الفيلم فقومت نايم يبقى حدث قطع حدثا اخر تداخلت الاحداث لكن لو اتنين ماضي مستمر يبقى كانوا بيحصلوا في نفس الوقت دون تداخل ايه زمني وعايزين نقول لحضرتك اذا حزف الفاعل بعد تداخل بإن جي يعني في جملة زي دي كده الاولانية المفروض يحصل لو حزفت الفاعل هقولي بقى ويل ووتشينج ويل اهو ما فيش فاعل يبقى ويل ووتشينج بس عشان تتبع ويل بفيرب بلاصة اي نجي دون فاعل يشترط ان يكون فاعلي الجملة واحد يعني عادي جدا نحن نقول ويل ووتشينج افيلم اي فيل اسليب عادي جدا مجاش بعد ويل فاعل لكن في هزي الحالة ما انفعش نضيف للي نجيب بعد ويل اي نجي لان الفاعلين اختلفوا يعني انا والدي انفعش ان انت تجيب لي وتقول لي حوار ان ييجي بعد ويل بفيرب بلاصة اي نجي ده يخضع ان يكون فاعلي الجملة واحد مش مختلفين اللي هي كان اصلها الماضي المستمر زي ما قلنا تكون من ويل زي ادفيرب بلاصة اي نجي بنعيد ونزيد تاني هو الناس اللي بتقول لك احنا خلاص ضيعنا ومش ضيعنا ما فيش حاجة اسمها كده تعبير حنا حدث كان مستمر عندما قطعوا حدث اخر وشرحنا lysylie حدثين كانو مستمرين في نفس الوقت حدثين كانوا مستمرين في نفس الوقت الزمن ده بيجي مع كلمات زي مبين ستة لتمانية مبارح كنت بذاكر الساعة ستة مبارح كل دي كلماته عبر عن البلاستيك انتنا المعلومة اللي جاية مهمة جدا نخلي بالك بقى لا يستخدم الماضي المستمر كحاله زي اي افعال كحاله زي الازمينة المستمرة الازمينة المستمرة بشكل عام لا تأتي مع الافعال اللي جاية دي تمام ايه هي افعال الشعور والتفكير والملكية والحواس وده مش جديد بالنسبة لك ووصف الحالة ولكن يستخدم الماضي البسيط فعل زي وانتل ويريد تينك ها يعتقد لايك يحب لاف يحب هيت يقرأ بلونج ينتمي او يخص هاو بمعنى يملك سي بمعنى يرى هير يسمع تيست ها يتذوق سميلياشم فير بتو بي لو ام وازوار سيم يبدو ففي هزي الحالة ما ينفعش تقول لي شي واز سيمينج ال لأ شي سيمد ال وناي فيزتد هير هي بان عليها التعب لما شفتها ما تقوليش شي واز ها سيمينج الفيرب دا ما ينفعش أقول شي واز سيمينج الازمينة دي وين ايفيزتدها ويل اي ووز ان شارم اي ميت belli وطوف توريستي ما ينفعش تقولي ويل اي ووز بيينج ان شارم فير بي تو بي مش هيجي في هازيه الصيغة مع الازمينة المستمرة ويل اي ووز إلندن ما تبقاش يا سازج وسهل خداعك يقول لي ويل اي ووز بينج ان لندن وطول لي ما ابيجي بعد ويل ماضي مستمر الماضي المستمر مش هيجي مع verb to be أصلاً ما ينفعش قولي while I was being in London لأ while I was in London إذا لم يأتي بعد while فاعل يأتي بعدها verb بلصة ينجيه بشرط أن يكون فاعل الجملة واحد while playing football I fell and broke my leg لأ while I was playing football يعني يمكن استخدام during بدلاً من while ولكن during يبيجي بعدها ننون during my breakfast أثناء الفطار the phone rang دائماً كلمة during تتبع بالنون during 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 كلمة during هذه كلمة تتبع بالنون during بالإيه بقى during the match while I was watching the match دائماً كلمة during تتبع بالنون كلمة during يعني أثناء وتتبع هذه الكلمة بالنون during بعدها now during now during the film I feel asleep during the party أثناء الحفلة during the party during the match during the film during the flight أثناء الرحلة الدوية during the flight دي كلمة during تتبع بالنون يبقى كلمة during تتبع بالنون لكن while بعدها فاعل بعدها وزور زادت فير بلاسة إن يجي ماضي مستمر ما فيش فاعل بعد while لا يجي بعدين جي بس ده لو الفاعل جملة واحد عايزك تاخد بالك برضو من بعض الحاجات المهمة إن انت ممكن يجي بعد while being وتصريف ثالث لو الجملة باسب يعني أقولك عشان ما تبقاش سهل خداعك بينما الطعام يطهع يبقى ممكن يجي بعد while being وتصريف ثالث لو الصيغة دي صيغة باسب لكن while my mother was cooking the food while nadir was cooking the food تمام لكن while being cooked while being cooked الجملة دي صيغة باسب مبني للمجهول خلي بالك من هذا الحوار عايزي نقول لحضرتك إن الماضي المستمر بينفى بكلمة not لو دي سهلة بقى nadir was eating nadir was not eating يعني عشانا فيه في النجيشن بتاعه هجيب بعد was where كلمة not اهو وتختصر was not لو wasn't where not weren't ده النفي بتاعه ولما جاء سأل سؤال هجيب was أو where في الفاعل في الأول كده وبعدهم الverb وبعدهم الفاعل مضاف لأي نجيه ها where you running was nadir studying yesterday وبعدها الverb بلاصة اي نجيه هنا دي صيغة هلي لما جاء عمل سؤال ده النجيشن بتاعه قلنا while يجيب بعدها نجيه لما فيش فاعل لكن في البسف هتبقى بينج وبعدها تصريف ايه ثالث during قد تتبع بالنون تمام during the match during the party during the film during my stay أثناء قمتي during my break fast أثناء الفطار during my visit during my trip during بعدها نون عايز أقول لك أنه ممكن during يجيب بعدها نجيه بس فيه شكل خاص يعني ما هو الشكل دائم لم أقول لك مثلا during working hours أثناء ساعات العمل during working hours هتقول لك ما ينفع يجي وقل لا بص كده عايز تجرب أن ينفع ولا ما ينفعش مع عايز صيغ وحط آي كده أو حط فاعل هقول مثلا while while I was working hours في حاجة اسمها while يعني ممكن نقول هنا ممكن نقول هنا while I was working hours لا الصيغة دي مش صحي طبعا while I was working hours لكن ممكن نقول يبقى during working hours دي مديه على كلمة نون دي تحسها نون برضه يعني أثناء ساعات العمل during visiting hours أثناء ساعات الزيارة فduring عشان برضه دي تركاية حلوة إنه ممكن نيجي بعضايا نيجيه برضو بس لو هي مديها شكل النونش مديها شكل جملة يعني ما ينفعش تقولي during watching a film لأنه لو قلت لأنه لو قلت during watching a film تب ما أنا ممكن أقول while I was watching a film ويبقى الأفضل هنا استخدام while I was watching a film الأفضل هنا أقولي بقى while watching is a film أثناء ما مشاهدة الفيلم أو بينما مشاهدة الفيلم while watching is a film لكن during visiting hours during watching hours دي برضو حاجات مهمة تعرفها الماضي المستمر ونوز وير بنعيد تاني هو زاد فيرب لا ساين يجيه عبر عن شيء كان بيحدث في وقت معين في الماضي الساعة ستة مبارح الساعة تسعة مبارح ما بين الساعة ستة للساعة تسعة مبارح أنا بتكلم في الماضي هو هنا حدث حدث في وقت معين يا إما حدث كان مستمر وقطع حدث آخر while I was running إيه اللي حصل I fell down وقعت قلنا ممكن يجي الحدثين ماضي مستمر لو كانوا بيحصلوا في نفس الوقت وما تدخلوش while I was studying my father was watching a film كل واحد في حال وقعد بتفرج على الفيلم بره وقعد بذاكر حزف الفاعل بعد while تتبع بيبا buy in g وقلنا قد يأتي بعد while being وتصريف ثالث لو سيغة سيغة إيه passive passive مبني للمجهول يعني ما فيش حاجة اسمه يأس في حاجة اسمه عمل واكتهاد وفي حاجة اسمه صبر تعال بقى نحل مع بعض كده بيقول لك أول جملة بقى زكاء ما لها ما لها زكاء زكاء fast when it hit hit the tree لما خبطت لإيه الشجل زكار was moving moves has moved ولا is moving هنا في وين صح؟ يبقى فينا أحدث أطحادث يبقى العربية كانت بتتحرك بسرعة لما استدمت بشجر يبقى حدث أطح حدث مش أقول moves ده present simple مدارع بسيط مش أقول has moved ده مدارع تام ولينا معركة معادي الوقت بعد شوية where is moving ده مدارع مستمر يبقى زكاء was moving fast when it hit the tree while آه اوعى at home a man knocked on the door and asked for help while I ate at home وأنا في المنزل شخص النقد الكيدي لاتونتك نقد يعني خبط on the door and ask it for help أعظم إن البوايل مش يجيب عدامة دي تام had been آه هي مستر الإجابة الصحيحة was being أصنان أحمر بحب الصفار أصنان بعد ويل ما ده مستمر حبيبي while I was running while I was eating while I was having breakfast ماشي بينما تناول في طاري لكن مفيش حاجة اسمها was being فيربي توبي ما يجيش في الاستمرار هي was وهنا زي ما أنت شايف جبت الماضي البسيط ما جبتش ماضي مستمر I'm being طبعا ما تنفعش when I was doing my homework ما بعمل واجب my sister my mother يبقى هنا هي كانت بتساعدها مش helped my mother قطعت الحدث لا ده حدثين كانوا مستمرين في نفس الوقت أنا بعمل واجبي واختي بتساعد مين مامتي yesterday evening يبقى أنا حددت وقتي في الماضي we for our English when all the lights went out يبقى حدث قطع حدث لا ده هنا أنا بقولك امبارح في هذا الوقت يبقى ماضي مستمر ما تجيش تقولي revise ده الله عشان يسر دي لا أنا كنت براجع we جمع ماشي يبقى we revising while she her homework my sister was listening to music بتعمل واجبها وتسمع موسيقى بتعمل واجبها وتسمع موسيقى يعني الحدثين كانوا مستمرين في نفس الوقت while she her homework my sister was listening he was doing ولا down the stairs this morning and broke her leg broke broke ماضي تعطف على ماضي was falling fall مضارع ولا fell ولا have fallen ولا ولا ما تاخدش have أصلا fell طبعا ده ماضي معطوف على ماضي وقعت وقسرت رجليها I would rather خلي بالك would rather هي بعدها فاعل ههو لأنه لو مجاش فاعل بعد would rather المفروض ان انتوا عارفين بعدها مصدر على فكر I would rather leave now would rather لو ما فيش بعدها فاعل بعدها مصدر I would rather you this job الوظيفة دي it's interesting if I would rather you this job يبقى past simple لأنه would rather فاعل ماضي بسيط لأنه ما فيش تعبير يعبر عن الماضي برضو عشان ما نقول بعد شوية لو فيه تعبير عن الماضي مع I would rather يبقى ماضي تام لكن انا بتكلم في المضارع اهو وقلنا لو بنتكلم في المضارع مع I would rather I wish and if only هنجيب ماضي وقلنا الماضي ده يسمى ماضي غير حقيقي while I fell down while اهيه بدون فاعل بعدها ما قالش while I ولا while we اولا was running دي غلط طبعا لو قلت while I was running لو في I هنا مثلا يبقى while ما فيش فاعل بعدها هيبقى بعدها الفيرب بلاسي I N J الزمن اللي بعد كده المضارع التام present perfect present perfect ما تتخدعش في كلمة present present perfect المضارع التام هو بتكون من has أو have زائد التصريف التالت وهنا احنا دخلنا مع حفظ الافعال بقى لازم انتحفظها break broke broken بص broken swimming swam right root written shake shook shaken eat eaten شايف تصريف التالت اهو فاحنا هنيجي مع المضارع التام هنحتاج التصريف التالت للافعال يبقى انا مع present perfect المضارع التام هعملي بقى the present perfect ده زمن المضارع التام المضارع التام بتكون من has أو have زائد التصريف التالت للافعال هجيب يا هاز يا هاف زائد التصريف التالت ومش عيب ان انت هتقول مين اللي بيجي مع هاز وياللي بيجي مع هاف عشان بتغلط في الاختاء الساسجة دي مع اي ووي ودي ويو بناخد هاف ومع هي وشي وإت بناخد هاز يبقى بالراحة كده مع اي ووي وزي ويو بناخد هاف ومع هي وشي وإت بناخد هاز هاف عايز اغير اللون كده شوي مع اني زي ملكاوي يعني بس بحب اللون المحمر شوي عادي يعني ومش اللون ده يعني مش قاصر على الاهل يعني كويس ما طلعش احمر طلع لون تام صيغة المختصرة الهاف وصيغة المختصرة الهاز ده المضارع التام المضارع التام بجيب هاز وهاف زي التصريف ثالث طب يا مستر المضارع التام ده بقى استخدامته ايه المضارع التام يؤكد على شيء لسه حاصل حالا مأثر على الوضع اللي أنا فيه مالك مش شايف مالك يا مستر الوضع عبد الرحمن الغبي قصر الندارة بتاعتي لسه حالا دلوقتي كده عبدو تكسر ندارتي الله يسامحك أمس انت ازعلان على الفلوس الفلوس يا ابني ما انا مش عارف اروح يا ابني يا ابني انت يبقى الحاجة لسه حاصلة حالا لسه حالا دلوقتي ماما لسه تبقى الاكل حالا يبقى الحاجة دي لسه حاصلة حالا حالا الحاجة لسه حاصلة من شوية يبقى مضارع اه بس هو حاجة حاصلة في الماضي بس لسه حاصلة من شوية يبقى المضارع التام يؤكد على شيء لسه حاصل حالا I can't walk ليه I have broken my leg انت بتفتح باب شايتك لقيت واحد واقف قدام شايته كده جارك بتقوله What is the wrong sir ما لك حضرتك I can't enter the flat Why ليه I have lost my case I can't شايف كانت دي خلي بالك منها I can't enter the flat مش عرف تخش الشاقة ليه because because I have lost because I have lost my case Why are you sad mister ما لك يا مستر زعلان ليه We have lost the match خسرنا المatch يبقى لسه قافل التلفزيون والنتيجة لسه خلصة طبعا عرفت انا بشجع مين طبعا الزمالك طبعا الزمالك الزمالك بس الحياة هتحلو إن شاء الله مع عمه لبيب عمال يجيب صفاقات حلوة وإن شاء الله نعود يعود الزمالك بإذن الله قريبا نفسي بقى أنت تعود للمذاكرة إذا كان الزمالك عاد إذا أنت مش عايز تعود ارجع لمذاكرتك لبيب بس كده بيخطط وجاب شوقات لعيبة محترمة والله العظيم وعبد الله السعيد في الزمالك تخيل ده الحياة حلاوة بيقولك عجوز عبد الله السعيد ما هو عجوز مود استماله صباح الخير يا مستر انت جاي ترجع لنا على اليوتيوب وتحمسنا ولا جاي تضيع وقتنا ياد لابد من فاصل كده عشان نواصل ورده ما أنا رابطها لك بالجرامر هو الجرامر إذا روبطه بمواقف حياتية مش هتنساه فأنت مالك يا مستر زعلان ليه؟ لسه خسراني ويهاف لوس تزا ماتش خلاص يا مستر هتتعود إذا مالك عائد إن شاء الله إذا مالك هيرجع إن شاء الله هيرجع يا وهيجي يوم من الأيام ينتهي الماتش ولسه بقفل وحد يتكلمني أقول ويهاف وون كسبنا خلي بالك في فرق من المضارع التام والماضي البسيط وأنا بحذرك الماضي البسيط حدث انتهى من زمان وي وون زماتش يسترداء ماضي مبارح لاست ويك أسبوع اللي فات السنة اللي فاتت لكن يا مستر مالك الوشك منور يعني مبسوط على غير العادة اسكت وي حاف جاست وون لسه كسبانين دلوقتي حالا ولسه عبدالله سعيد جاب جون يا رب في النهاء الكاس إن شاء الله كده نحط عليكم جمعة الهلوان ما زعلوش من ده أنا يعني بحذر يعني والله واحد بس الحماسة واغداع عمالي وإلاك هنحط هنحط وإحنا شكلنا لا يتحط علينا كالعادة بني أسطر المضارع التام يؤكد إن الحاجة لسه حصل حالا يا رب فيه مالك فيه ايه 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 شفت بمسيلك الجرامع عشان تفهم ايه ايه جواز الصفر راح ده ده طيارة بعد روبي الساعة ايه 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 مالك يا رايز تمشي في المطار كده مالك يا ابني فيه ايه 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 فلوسي راحتي بقى الحاجة لسه حصلة مخايا دلوقتي ايه 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 قاعد مع صحابك بقى عزمك عزمك صاحبك قصدي عزمك وانت قاعد معاه فإذا به جاي بقى الراجل جايب الفاتورة فبيدور على المحفظة في عمل كده ايه يا لامالك وشك تسفر ليه لو عايكون اللي في بالي ايه استنى يا رئيس حاضر ايه هو صح اللي انت بتفكره فيه حصل ايه يا لامالك ايه الوص راحت محفظة تسرقت ايه يبقى لسه انت بص لسه بتحط يدك بص بص لسه الحاجة حصلة حالا والمضارع التام حاجة لسه حصلة حالا ازنى فيه فرق بينه وبين الماضي البسيط تماما ايه زمالك لسه الزمالك كذبان حالا فالمضارع التام بتكون من هاز وهاف وتصريف تالت هاز وهاف زائد التصريف التالت للفعل لما اقول لك هاز لسه متفرج على الماتش حالا الزمن ده اعبر عن احداث تمت في الماضي لسه من شوية زم اقولنا لما اقول مونة هاز جاست ووش ديزا ديشيز لسه غسلة لطباق حالا يبقى لسه الحاجة حصلة اصلا دلوقتي استخدم مع سنس وفور وانت واخد الكلام ده من وانت فرابع ابتدائي الفرق بين فور وسنس وانقولهم دلوقتي وما زلنا عايشين في الجيزة لمدة عشر سنين هي عايشة اصد اشتغلت في المستشفى دي منذ سنة 2004 وما زالت بتشتغل فالحاجة لسه حصلة حالا فالزمن ده يعبر عن شيء لسه حاصل حالا حاجة لسه حصلة حالا اولا كلمات الزمن ده بقى هنخش علىها بالتفصيل خلاص يا حاجة فيه كلمتين دول معناهم حتى الان مونة هاز استاضد فور ليسونز المفروض دي فور ليه اربعة فور ذكرت اربع دروس حتى الان عايز اللون تاني ماشي استخدم بقى كلمة ever مع المضرع التام للسؤال يعني كلمة ever دخلنا في كلمة ever have you ever been to london have you ever had the full mark عمرك جبت الدرجة النهائية فكلمة ever تأتي فين في السؤال have you ever been to France التعبيرات بقى it is the first time فاعل وبعده have او has ever وتصريف تارد ممكن يجي معهما تستخدم في الجمه اللي بتبقى كده it is the first time I have ever seen snow ده أول مرة أشوف تلج في مصر تعال بقى لو أنا بكلم بقى كلمة ever كلمة ever قلنا تأتي في السؤال يعني كلمة ever دي معروفة أنها تأتي في السؤال Have you ever been to London? Have you ever seen a line? عمرك شفت أسد بتيجي برضو مع It is the first time It is the first time I have ever been to London It is the first time I have tried كنافة with mango أول مرة أضرب كنافة بالمانجو تعال بقى صيغ التفضيل This film is the most interesting film I have ever seen This goal is the most beautiful goal I have ever watched أجمل يكون شوفته في حياتي يبقى أنت بتتكلم عن صيغ التفضيل أهو This is the tallest tree I have ever seen أكبر شجرة في الطول كده أو أطول شجرة شفتها So her is the most intelligent girl I have ever met كذلك الجمل تبقى بnothing ونوان كلمات دي مع ever Nothing like this ما فيش حاجة أبدا يا مستر حصلت لزي دي Has ever happened to me كلمة never خلي بالك كلمات الزمن ده كتير كلمة never بقى مع المضارع التام المنفي للخبرات السابقة بمعنى أبدا أو مطلقا He has never been to London I have never had an accident عمري ما عملت حادثة My brother has never driven a car before واحز ملاحز كلمة never مع before كلمة never ومع before في الآخرة كذلك مع كلمة never مع such شوف I have never seen such at all three I have never seen such a beautiful woman I have never seen such a beautiful woman Just كلمة just بتأتي مع المضارع التام بمعنى حالا نتقول إن الحاجة لسه حصلة حالا ماما تقول لك والدك Your father has just entered لسه داخل نايم ولو سمع صوتك هيولع فيك The bus has just left رتوبس لسه ماشي هناك I can see it over there يعني لسه الحاجة مع just بتأكد إن الحاجة لسه حصلة حالا I have just eaten لسه واكل ياريتك جيد بدري كنت كلت معانا والله كلمة already دي معناها بالفعل بتقول إن الشيء لسه حاصل دلوقت أهو Omar has already made his bed لسه مرتب سريره Layla has finished her homework already خلي بالك أنها ممكن تجي في آخر الجملة برضو كلمة already قد تأتي في نهاية السؤال للتعجب لأن الوضع الطبيعي إن كلمة yet أنت أخذها زمان دي النهايات yet تأتي فين؟ في نهاية السؤال Have you done your homework yet؟ أو ده سؤال بقى فأنت بتسأل فعلا باستخدام yet لكن have you done your homework already؟ You are so fast ده أنت سريع يبقى فيه حق بالتعجب أو How fast? Have you finished doing the exercise already؟ دي بقى للتعجب والتأكد من تمام الفعل Mom have you cooked the food already؟ You are very good ده أنت حسب بنتك اللي جاء من حسة مسترنين كلمة yet مع المضارع التام بمعنى حتى الآن وبتيجي برضو في نهاية السؤال Have you finished your homework yet؟ يبقى ده استفهام غرض التعاقل الاستفهام لكن لما يبقى الاستفهام ده بتاخد في البلاغة كده غرض التعجب بنستخدم كلمة already I haven't had my breakfast yet شايف كلمة yet في النفي ازاي؟ وفي السؤالة هون كلمة lately مؤخرا والكلمة دي يعني يفضل أن تأتي في النفي I haven't met أنا ما قابلت السهل lately مؤخرا وممكن تأتي في نهاية السؤال Have you heard from Omar lately؟ جات لك أخبار من عمر مؤخرا كلمة lately يفضل أن تأتي في النفي عندنا كلمة recently برضو لها مؤخرا أو حديثا زيها برضو بس يفضل أن تأتي في الإثبات وممكن تأتي في نهاية الجملة برضو في نهاية السؤال Sammy has married recently لاحظ أن فيه مثبتة جملة مثبتة كلمة Have you heard from Omar recently برضو نفس الحوار recently وليت لي قد يأتي في نهاية السؤال لهم هنا بقى since و for والفرق بين since و for كلمة since دايما أنا بناتوا شباب وأنا بفضل أن كلمة since و for يبقى قدامك كده لأن هذه الكلمتين أو هاتين الكلمتين مهمين كلمة since وكلمة for كلمة since دايما تأتي بعدها بداية المدة يعني الحاجة بدأت تحصل من إمتى starting point بداية المدة بدأت تحصل من إمتى لكن for يجي بعدها المدة كاملة المدة كاملة اللي أنت أعدتها أنا بدأ رس إنجليزي since 1997 منذ سنة 97 فالحدث بدأ يحدث منذ هنا بص كده since since أي سنة زي ما أنت شايف since 1997 since since march since monday أهو since last week since last month since since my birth منذ ميلادي بيجي بعد since noun برضو since my graduation منذ تخرجي بقى since بعدها النون وبعدها بداية المدة الزمنية زي ما أنت شايف أهو since 1997 since mard since monday since last month since my birth since yesterday ده تعبير مهم جدا منذ أمس since yesterday since then منذ ذلك الحين أو ذلك الوقت since then زي ما أنت شايف بداية since since yesterday since my birth since his arrival منذ وصوله دناو برضه لكن ف يجي بعدها المدة كاملة بقى أنا عايش في القاهرة for ten years for a week for a day for a week for a month for a year for يجي بعدها المدة كاملة for ten weeks for a long time for a short time for a short time في تعبير مهم جدا 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 مهم جدا for ages I haven't seen you for ages mister ما شوفت أكش بقى لسنينة mister for the last month شوف بقى لكن since last month ده الفاري بين since و for ولسه في كلام تاني في since و for grammar units مليانة grammar units الأولى دي مليانة grammar زي ما أنت شايف since أولا لازم أن تعرف برضو أن معناها منذ والمبترض أن أنت عارف الكلام و for معناها لمدة ارجع بقى كده يأتي بعد since بداية الحدثة since last week since last month since monday since five o'clock since sunday this morning yesterday lunch time spring ربيع since then وده تعبير مهم جدا since his arrival childhood مرحلة الطفولة since death الوفاة ناوناه marriage الزواج birthday graduation التخرج ممكن يجي بعدها جملة كاملة بقى since he was a baby since زي ما أقول دلوقتي تاني وأكد عن نقطة دي since the age of كذا منذ عمر كذا since the beginning of منذ بداية كذا عايز أقول لحضرتك بقى since last week زي ما قلنا وهأكد إن ممكن since يجي معاها زائمة بس خلينا دلوقتي last week خلينا أسيبك من since الزواج دي لما أجيلها دلوقتي I have studied English since I was eight years old أغير اللون يطلع لي لون تاني ماشي عايزين لون 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 لحوار for for the last week for the last week ماشي for the last month I have lived here for thirteen years عايزين نقول لحضرتك بقى إن since ممكن يجي معاها زائمة بس إمتى لو جيب عاديها كلمة last ماشي بس مش هتبقى last اللي في دماغك since last week ماشي إحنا عايزين نتفق الأول إن إحنا قلنا four نقبل عشينا نبدأ باللون ده اللون ده مش واضح since and four قلنا since last month وهنا قلنا four the last last month لكن حازر بقى من معلومة مهمة جدا إن since ممكن يجي معاها زا last بس لو تبعت زا last بنوان بقى مش بفترة زمنية the last week and the last month and the last year لأ أنا عايش في القاهرة قلنا since last year تمام لكن four the last year لكن since ممكن تيجي معا زا last since the last time منذ آخر مرة قابلتي نادر since the last holiday يبقى نونة هو since the last time since the last holiday ففي هذه الحالة ممكن أن يأتي بعد the last زي ما أنت شايف نون في هذه الحالة ممكن تيجي the last مع sense يبقى كلمة sense معناها منذ وفور معناها لمدة وشرحناهم بالتفصيلة هوت عايزين نقول أني sense لو جات لها كذا قاعدة بقى sense لو جات في جملة فيها فعل واحد بحطه يا في المضارع تام يا مضارع تام مستمر زي ما نقول دلوقتي ونفرق بينهم المضارع التام المستمر بتكون من has و have زائد bin زائد verbi plus energy هنقولي كلام دلوقتي لكن sense لو جات في جملة فيها فعل واحد بحط هذا الزمن إما في المضارع التام يا مضارع تام مستمر وهنعرف الفروق بين الزمنين دلوقتي لكن لو جات فيها فعلين بغنيها أنا كده أقول لك بعدك يا sense بست simple tense يعني ماقول I have أهو I have I have lived in Cairo since 2004 منذ عام 2004 أدي sense جات في جملة فيها فعل واحد فتحط في مضارع تام وهنعرف دلوقتي أن أمكن أن أقول I have been living ده لو جات sense في جملة فيها فعل واحد وهدي جاي بعدها بداية الحاجة لكن sense لو جات بعدها فعلين بعدك يا sense هيجي فاعل طبعا وبعد الفاعل ده هيجي ماضي بسيط والنحية التانية مضارع تام أو مضارع تام مستمر جات sense في النص برضو بعدها الماضي البسيط والنحية التانية مضارع تام since أهو I went to London منذ اذا هبت لندن I have worked there اشتغلت هناك واستقررت هناك أدي sense هاي بعدك يا sense بست سيمبل تنس أدي ماضي بسيطة هو وأدي الناحية مضارع تامة هو since بعدك يا sense بست سيمبل تنس والنحية التانية مضارع تام يبقى since رجعت في جملة فيها فعل واحد ده حطه في المضارع التام العادي هو I have lived in Cairo since 2004 sense بعدها فاعل هيجي بعدها ماضي بسيط والنحية التانية مضارع ايه مضارع تام since فاعل ماضي بسيط الناحية التانية مضارع ايه مضارع تام عايزين نقول لحضرتك في قاعدة مهمة جدا برضو ان sense لو مجاش بعدها فاعل يدبع بفيرب بلاس اين جي since traveling to London منذ سفر لندن ادي sense ايه دون فاعل فهي تتبع ايضا بفيرب بلاس اين جي since traveling to London I have worked there ليا since I traveled يبقى since ممكن تتبع نبقى مسحة تانية ليه سبحان الله sense ما فيش فاعل بعدها هيجي بعدها بفيرب بلاس اين جي في قاعدة تالتة لسنس اسمها it's او has been ها since او it's تاني فترة زمنية since ماضي بسيط وانا بغنيها كده it's فترة زمنية since ماضي بسيط it's او it's been فترة زمني و since وفاعل وماضي بسيط it's فترة زمنية since ماضي بسيط it's a week since i met نادر it's a week ادي الفترة الزمنية هي it's فترة زمنية since طبيعي بعدها فاعل it's فترة زمنية since ماضي بسيط هو التصريف التاني لأفعال since قعدها كتير since مفيش فاعل بعضها نجي since في جملة فاعل واحد بنحط يا مضارع تام يا مضارع تام مستمر since بعدها فاعلين هتعتبر أداة ربط تطبع بالباست سيمبل والنحية التانية للمضارع تام يا مضارع تام مستمر في it's فترة زمنية since ماضي بسيط it's a week since I played football it's a month since I played football it's a year since I studied English فتسانة منذ ذاكرة الإنجليز تعال 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 يا عم تعال بقى شوف الحوار ده بقى أكد لك عليه بس في كده مشروعها هو كلمات أخرى تستخدم مع المضارع التام في كلمة اسمها over the years over the ages على مر السنين على مر العصور in the last زي ما قلنا in the past few years يمكن استخدام سنسي كأداة ربط زي ما انت شاف سنسي في النص هي بعدها ماضي بسيط في كلتا الحالات it's a week 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 since I met him he has studied English since she started her school نخلي دي شي بقى هنا يبقى she has started English since عشان يبقى فعل واحد she has studied English since she started her school هي بتدرس انجليزي منزو بدأت المدرسة بتاعتها دي قواعد سنسي فيه تعبير برضو مهم جدا مفروض ان احنا قلناه وهنقوله تاني الفروق بين has been to has gone to has been in في has been to has gone to has been in يعني راح واستقرر فيه has been to or have been to راح ورجع ما قولك نادر has been to لندن ان انا راح ورجع has gone to لندن راح وليسه هناك ومرجعش في طريق العودة لسه بس هم حاجة انه مرجعش المكان اللي عايز يرجعه لكن has been in راح واستقرر وهيجيب لك حاجة تؤكد نادر has been in لندن for two weeks يبقى راح وقاعد هناك ويجيب لك مدة هو لكن اما قول has been to the dentist راح لدكتور السنان خلع درسه وقاعد بيصوص وجوه في القوضة من الآلم خلاص لكن فين يا ابني والدك he has gone to the dentist راح لدكتور السنان لسه من التصور بيقوله قدامه ساعة هيخلع درسه وجاي بقى راح ولسه مرجعش الزمن اللي بعد كده present perfect content المضارع التام المستمر والسؤال الآن ايه الفرق بين المضارع التام العادي و ايه الفرق بينه وبين المضارع التام المستمر المضارع التام المستمر عايزين نأكد بقى الفرق في التكوين ايه باجيب فعل الجملة هو وبعدها has or have برضو بس بعدهم been اللي احنا بقولها been وبعدها been plus again الزمن ده الفرق بينه وبين المضارع التام العادي في بعض الجملة مش هتطرف تفرقهم يعني ما قولك مثلا مثلا يعني نادر has taught english since 1997 he has been teaching english since 1997 الجملتين دول واحد ومش هتطرف تفرق بينهم في الامتحان وما تجيش جملة زي كده لين التين صح لكن في فرق واضحة بينهم ان المضارع التام المستمر اول واحد بيأكد على الاستمرارية وعدم الانتهاء where is your mom she is in the kitchen she has been cooking all the day she hasn't finished yet ما خلصتش لسه it has been raining الجو عمال يمطر all the day it hasn't stopped yet والمطر ما توقفش لكن look at the sun شايف الشمس ما شاء الله طلعت اهي it has rained الجو مطر وانتهى يبقى has rained يبقى حتة انتهاء الحدث دي يبقى المضارع التام العادي حاجة ما زالت مستمرة وضغط على اسم رأي بقى مضارع التام ايه مستمر he has been sleeping for two hours يعني he is still sleeping they have been living here since 1990 they are still living وما زالوا عايشين الزمن ده برضو بيجي مع كلمات اللي بتأتي ايه بقى بتؤكد على السمرارية هوا all day all week all the afternoon all evening for وكلمة now neither has taught English for 27 years now for ونوت yet since برضو بيجي معاها lately recently over the last few months بس في فروق بقى لو جبل عدد مرات لحدوث الفعل يا بي المضارع التام العادي اللي يستخدم وليس المستمر اهو my uncle has started a new project recently ده ده مش حتة عدد مرات دي انا اكد عليها بقى ديت ان لو جبل فعل من الأفعال اللحظية لكن لو جبل عدد مرات هنقول الجملة انهي بقى التانية دي لك لجبل عدد دلوقتي i have sent you بعدت لك ايه two emails اتنين من الاميلات i have sent you two emails i have sent you بعدت لك two emails i have started يبقى في عدد مرات اهو هنا عدد مرات فرق تاني ان المضارع التام العادي هو اللي يستخدم وليس المستمر مع أفعال اسمها الأفعال اللحظية يبتاخد حي الزمني بسيط start يبدأ join يلطحك بي win يكسب الأفعال دي مش هتستمر الفعل stop زكار has stopped مش اقول has been stopping اهو i have won i have started a project الأفعال اللحظية دي ما جيش في الأزمينة المستمرة فتأتي في المضارع التام العادي برضو في أفعال أصلا ما جيش في الاستمرار ليفعال التفكير والحواس والمشاعر فالحالة دي في هذه الحالة تأتي مع المضارع التام العادي المضارع التام العادي مقول i have known here أنا عارفها since 2004 مش اقول have been knowing لأن الفعل ده لا يأتي في الأزمينة المستمر بأكد تاني إن في أفعال مش هتأتي في الأزمينة المستمرة فتجيبها في المضارع التام العادي وليس المستمر فما فيش حاجة اسمها i have been knowing i have known nadir 14 years أنا عارف نادر بقالي عشر سنين المضارع التام المستمر بتكون من has and have been and verb الزمن ده يؤكد على الاستمرارية وعدم انتهاء الحدث it has been raining all day it hasn't stopped yet الزمن ده لا يأتي مع الأفعال اللحظية لتاخد حي الزمن قليل وما يجيش مع عدد المرات وما يجيش مع أفعال التفكير والحواس والمشاعر ففي هذه الحالة يستخدم المضارع التام العادي اللي هو has و have زائد التصريف الثالث وليس المستمر i have eaten three sandwiches i have studied three units i have written ten essays كتبت عشر إسهات يبقى have written have won have known have had أفعال للمتلاك مش حاجة اسمها i have been having this car 14 years i have had أنا بامتالك i have had العربية دي 14 years أنا عايز صفحة بقى فاضية كده أكدلك على النقاط دي تاني i have i have كويس إن الألم خدته تخين كده عشان يوضح لك النقطة دي i have had this car for ten years now السؤال الآن هتقول يا مستر طب ما أقول i have been having هقول لك الفعل have بمعنى يمتلك لا يأتي مع الأزمنة المستمرة رغم وجود كلمة for وكلمة now اللي هما المفترض من كلمات المضارع التام المستمر i have known نادر 14 years now مش i have been knowing الفعل نونو ما يجيش في الاستمراء i have eaten three sandwiches يبقى لو جاب لعدد مرات مضارع التام العادل يستخدم أفعال اللحظية اللي تاخد حي الزمن قليل زي when و start و begin والأفعال دي ما تجيش في الأزمنة المستمرة زي ما أكدنا تاني وبأكد ثالث أفعال التفكير والمشاعر والحواس لا تأتي مع الأزمنة المستمرة فطبيعي جدا تأتي مع المضارع التام العادي وليس المستمر في جملة زي دي ما نفعش أقول i have been having الجملة اللي أنا عمالة أعملك عليها خطوط دي جاد دي موضوع امتحان i have had i have known i have started i have won مشيش حاجة اسمها i have been winning و i have been starting و i have been having اوعى تستخدم هذه الصيغة مع المضارع التام المستمر كده احنا خلصنا بس انا عايز اكد على ايه بقى الباسف بتاع الأزمنة دي انا نخش بقى نحل بقى كتير الباسف بتاع الأزمنة ديت أول زمن خدناه كان الماضي البسيط الباسف بتاعه بتكون من was where زي التصريف تالت الباسف انت هتاخده في unit ten بس انا بأكد بقى على ده من دلوقتي الباسف بتاعه بنجيب was where زي التصريف التالت ده الباسف من الماضي البسيط اللي احنا لسا قالين ان هو التصريف التاني الماضي المستمر الباسف بتاعه was where انا قلت اجاب ماملوك كده زائد كلمة being زائد التصريف التالت المضارع التام العادي من هاز وهاز زائد بن زائد تصريف التالت طيب ماذا عن المضارع التام المستمر يا مساء مالوش باسف الباسف من الماضي البسيط نقول نادر ميندد زكار 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 ده الباسف من الماضي البسيط يبقى ده مع الماضي البسيط اللي هو التصريف التاني طب الماضي المستمر بجيب وزوير زائد كلمة اسمها being لازمنا المستمر تاخد كلمة being ده الماضي المستمر الزمن اللي بعد كده ده المضارع التام المضارع التام الباسف بتاعه بكلمة بن نادر هاز اكسبليند زاليسن زاليسن هاز بن اكسبلين شوري حط وماما بتطبخ الاك ايه اللي حصل she burn it herself او she cut herself هنقول while the food was being cooked طب المضارع التام بكلمة بن يبقى ده الباسف من الثلاثة ازمنا اللي قلناهم الباسف نادر مند زكار باي نادر لو عايز تجيب سيرة نادر مش عايز انا عارف ان انت اقرفان مني وطبعا انا بقول لك الحصص بالحصة اللي هنلمي فيها الدنيا دي الحصص دي بتطول زي ما انت شايف الحصص بتطول فما هنعمل ايه ماما مشين في عكروت انا هي اهو مندد زكار انا وارجوه مسلا يبقى نقول زكار وز ولاوير وز والتصريف الثالث برضو وز مندد زكار وز مندد العربية صلحت زكار وز مندد زكار وز مندد زكار وز مندد زفود وز كوغد زا ستودينت مالو وز كيلد طبعا انتو عارفين باي مين باي مستر نادر لانه ماذاكيرش زكار وز مندد باي هي هتبقى باي هم يبقى الماضي البسيط الباسف بتاعه بوز ورزة التصريف تاتش بقاش لكو حجة بقى انا شرحت كل حاجة بالتفصيل تعال بقى باوز باي ماذاكير كانت تغليد تغليد الأجوام من ناحية التانية بقى تغليد مثلا هنبدأ بــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ طب بالنسبة للمضارع التام عايزون نقولي الأكل لسه ماتهي عايزين نقولي الأكل لسه ماتهي حالا هنقولي بقى تفقد هز ولا هف هز تتنزلها زي ما هي ومعها كلمة بن الطالب ده طالعين بيه من القوع عامل كده ليه لسه متعور مستر نادر لسه ده بحو دلوقتي مخلص عليه مستر نادر هز جاست كيلد هم يبقى الستيودنت ده هز جاست بين كيلد باي مي اللي مش هيذكر ده الفيوتشر شرحنا المضارع التام المضارع التام المستمر والماضي البسيط والماضي المستمر تعالى تعالى عبد الحليم بقى رحمة الله عليه كنت بحب اسمع الأغنية دي تعالى 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 بس تعالى بقى مش عشان تعالى تعيش الرومانسية تعالى عشان تحلها حبيب اه مافيش رومانسية دلوقتي شكلها كده ولا في رومانسية تقول حياتك شو بقى جرام الدهب بقى بكام رومانسية مش عايز اقولك بقى مش عايز احبطك يعني تقول لي جواز بقى وبتاع جواز اتجاوز يا ابن والله انا بقولها لك وانا متدهي بصراحة يا مثل انت مجوزتش عايب عليك مجوزتش انت عاستودين ابداية انا متزوج منذ عالفين واربع عيات I have married since 2004 متودناش في داهية I married in 2004 شايف هادي الجرامر ياد I have lived where I lived I have married where I married I haven't seen the new adventure film قسم بالله لو جبت عيل فراب عبتدائي وقلت له حل لا يحل يا مستر بلاش بقى الكلام الجارح ده بلاش بقى الكلام الجارح ده احنا بنقبله منك في السنتر ملاش فضايح على اليوتيوب لا هنا كمان I haven't seen the new film جملة منفية هي بتقولك شوف لو انت بتشوف اهو شوفت حتى الخط بص الخط تخن من من القرف اللي شايف I haven't seen the new adventure film الجملة دي جملة منفية ما فيس جاست طبعا اوتوماتيك كده يعني بديهي ولا قل ريدي وما ينفعش اقول I haven't seen the new adventure film never هي طبعا اللي جابيات في يدتهي احمد لندن He is going to return to Cairo next week المفروض فيه تو هنا احمد بقى تو لندن He is going to return الراجل لسه هيرجع الاسبوع الجاي لسه هيرجع يبقى الراجل لسه راح ولسه مارجعش لو قلت has been to يبقى راح ورجع الراجل لسه مارجعش يبقى has gone to Ali isn't here to the park Ali isn't here مواش هنا راح لنا راح لحضيك يبقى has gone to the park You needn't make the food انت مش محتاج يا ابني تعملك You needn't make the food ليه A good meal already شايف شايف already Already بتقولك شوف شوف تعال وشوف تعال وشوف دغنيها لفايزة أحمد وانت اسمعوها شانتو الأغاني جي تعال وشوف فايزة أحمد رحمة الله عليها انت قديم أوا مستر أيوة بحب الأغاني القديمة You needn't make the food A good meal already طبعا كلمة قريدي يبقى مضارع تام يبقى I have cooked انت مش محتاج تيه تطبخ دي ستطبخة دلوقتي The government الحكومة A lot of fly over bridges بتبني لنا كبار ياهو Recently قد الكلمة المفتاحة مفتاح اللي جابهو يبقى مضارع تام Has built Oh I'm my passport What should I do يبقى الحاجة لسه مكتشفة حالا العتها هو يقولك I lost يا ابني I lost my passport yesterday I lost my passport two hours ago من ساعتين فاتوا لكن Oh I have lost my passport What should I do يبقى لسه مكتشفة الحاجة دي حصلة حالا يبقى I have lost زابلين الطيارة has left I can't see it in the sky طيارة لسه طايرة حالا يبقى has just اللي بتأكد ان الحاجة لسه حصلة حالا It's for a time since the month بسيط يا السلام علي يا مغني It's for a time since the month بسيط It's for a time since the month It's two weeks since we lost فين الماضي البسيط شوف الماضي البسيط فين عشان اخليك تشوف meeting ده ماضي بسيط ده ماضي بسيط بزمتك ده ماضي بسيط ماضي البسيط اهو يا ميت الماضي منها مت ميت يقابل مت لكن في ميت دي اللحمة يا ايه ده شوف حتى البتاع سمع كلمة لحمة يا عيني دايق فيه يا عيني يا عيني تصبوا راجعانة ولا ايه كلمة سمعت كلمة لحمة دايق ميت بربعمائة جنيه اللحمة ايه ميت شوف يا عد اللي بيقولك جات على حرف يا مسترح انت بتشرح الجرامر اللي دخلك في اللحمة يا عد الجرامر هو الانجليش ويعد فيه فكاب يا عد فكاب برضو مهم فدي برضو ميت ودي ميت وبقابلني لو عرفت تشتري الميت عظلني كلمة بفور احنا عايلين ومعها هافي بقى انت بتنفي والأي حاف نيفر بنتو ززو بفور احسن ما انت لو روحتك انو حاجزوك هناك عدل هاز انتو كونتاكتد مي شوفتي عد المدارع التام هاز انتو كونتاكتد مي سينس بعدك يا سينس بس تسمبل تينس يبقى سينس هي ايه بقى كايرو يبقى ماضي بسيط فين الماضي بسيط سينس هي ليفت وعايز اقول لك بقى حاجة كويس ان انا افتكرتها دي افتكرتها والله العظيم كنت ايلها في السنتر اقولها تاني كلمة سينس معنها منذ وتستخدم مع المدارع التام صح حصل وقلنا الكلام دي لكن لسينس معنى اخر قد يلعب عليه واضع الامتحان انها تأتي بمعنى لانه زي بكاز زي از وفي هذه الحالة تتبع بقى اي زمن عادي جدا اي كانت كام سينس اي ام ال لاني مريض تقول لي اهي امتا قلت لنا بعدك سينس وبس تسمبل تينس تعبيط ده الوقت جاب معنى منذ ويبقى بعدها ماضي بسيط لكن قد تأتي كلمة سينس شفت بقى الكلام بيجيب كلام ازاي بانجريزي ده ما بخلاصش سينس او بص كده بتسوي از تسوي بكاز وادوات الربط دول عشان سؤال الرايتينج بتستخدم للتعبير عن الريزن السبب سينس هي از هي بكاز بمعنى لانه وهنا تتبع باي بقى جملة عادي جدا اي كانت كام اي كانت كام انا مش شاقدة راجي سينس اي ام ال لاني مريض فهنا سينس ليست بمعنى منذو بل سينسة التي بمعنى بيكاز اللي هي لانه شوفت بقى الانجليزي تركاتو الانجليزي وتركاتو والعربي وبلواتو والفيزياء ومسألاتها والكيميا ومعادلاتها والتاريخ وحواراتو شوف انت عدب ولا علمي بقى ياد بس لكل حوار حل اذا انت استرجلت الدنيا عايزة شوية رجولة وشوية صبر وشوية عزيمة تصل للنجاح يبقى هنا سينس بعدها بضي بضي سيت اهو سينس هي بيكيم فيمس اهو بعدها ايه ماضي بسيط لانها بمعنى لا ايه بكاز لا لانها معنى منذو سينس بيكيم فيمس ان ايجيبت بيبو هز بوكس انتو ميني لانجوشز بعدها ماضي بسيط اهو يبقى الناحية التانية مضارع التام فين المضارع التام يبقى هف ترانسليتد لان سينسة ده ترابته يت شايف المفتاح مش تجي معاية مش معاية ده مش انجليزي كده من غير حاج ما قابلتش صاحب ده منذ مرحلة طفولته بداية الحدث اللي هو المنزه هوت منذ مرحلة طفولته يبقى ده مضارع تام فين المضارع التام يا رايس باسل اس نوت هنغري بيكاز هو مش جعان ليبقى بيكاز هي ابيج ميال او بيج لانش يبقى الراجل ده مضارع تام هو اس نوت يبقى هزيت منذ اخر اجتماع طبعا مش شوي ولا ديورنج همش هقول اثناء الاجتماع الاخير مش شفناهوش بعض ولا فور قلنا التعبير بزالاست ده بعدين اون يبقى سينس وهو شرحته لكم هنا زالاست اه بس مش زالاست بعدها اسم ده فاطرة زمنية يبقى دي تاخد فور فور زالاست ويك هاو فاست هاو فاست هاو فاست يبقى تعجب هاو فاست ايه ده هلا ده سريح كده ليه هو تعجب وحسد ويعني يبقى حسد تلاقيك غابي مش عارف يعني حسد برده حسد يعني انفي وانفي برده يعني يحسد والحسد وانفياس حسود او حكود الوده هاز انفياس ايز يعني حسودة هاو فاست يبقى دي قريد يا باشا على طول شوفت انه تقفر على طول ازاي فاني دي با سيغل تفضيل لك اتزيس وومن شوفت انه تقفر على طول ازاي مان شوفت انها تقفر على طول ازاي يقول نادر حسد في كيرو 1997 وطح ذي الشمس سنس اقفر على طول ازاي واني لا اشعر امتاها او عا تستعجل او عا تستعجل او عا تستعجل أولاك واني لا اشعر وما عنديش اي رغبة اجربه. ما تجيش تقولي اصلي تبتيجي في النص. يا تكمل الجملة يا اخي. وبيقولك ما عنديش رغبة ان انا ايه? اجربه تاني. يبقى عمري ما جربت السيفود ده. وبالوضع اللي انت شايفه ده مش هجربه خالص في حياتك. بغلاء الاسعار ده. تخرك تجيب لك سندويتش طعمي. ده لو عرفت تجيبه كمان. مستر انت متشائم كده يا مستر. البرودي يا ابني بيقولك. ولست بعلام الغيوب وانما ارى بلحاظ الرأي ما هو واقعه. قلت لك مش عارف اصلا البرودي ده مع مدرستي خايب في العربي. مدرست الاحياء والبعث. الذي احيى الشعر بعد وفاته. اسمع لك يا خصائص المدرسة دي. بادع المدرسين اللي علموني بمجبس ربنا يجعل كبرهم روضة من رياض الجنة اخي. حفظونا وعلمونا وضربونا وفهمونا. تحد المدرسي زعالك دلوقتي تزعل. بيزعالي يا مستر. اللي بيقولي يذكر. والله ايه ما تذكرش. نام يا ابني. الجاو برد شد لحافك. شد لحافك ونام. بس في اخر السنة. لا تذكر. لا تذكر. لا تذكر. لا تذكر. لا تذكر. اللي بيبص. اللي بيبرد. وبيشد لحاف. ولا يهكوم. الناس بتضحك عليها في العدادة ايه؟ بتضحك. والله بتضحك. بتضحك ليه؟ لان الكسل يؤدي للفشل. شايف يا دي السجع؟ كسل فشل. لكن صبر عزيمة. ارادة. تضحية. نجاح. ايه يا مستر اللي خرجك عن النص. لان ما خرجتش عن النص. لازم تبقى قوي. ولازم انت بقى صبور. شدت لحافك ونامت في الدفا ده. مش هتقوم والله. اي بص بقى اجو. اجو. احنا بنحل كتير اهو. عشان بقاش لك حج. اجو. مفتاح. كلمة اجو مفتاح. مفتاح ليه؟ مفتاح للماضي البسيط. اي هم اويك. افيو دايز اجو. انا شفته منذ ايام قليلة. فين الماضي البسيط؟ او سينيبقى انا اللي شفته لو قلت ايو سين ده بسبب. اي ود سي. طبعا لا. اي هاف سين. مش مع اجو. يبقى I saw him. I to the museum in 2050. بص إن إوعى تخدع. إنه سنة في الماضي أنا مع الماضي البسيط. يبقى I went. What games did you? أنا بسأل بإيه بقى? إيه الألعاب اللي اعتدت تلعبها. يبقى أنا جاب used to في الماضي هيت وبسأل في الماضي. أدي دد وأدي فعلي ببعدها used to منزوعة الدين. مفيش فهدي. يبقى what games did you? used to play with your friends. What when I called you? لما اتصلت بيك. You sounded very busy. كان شكلك مشغول. يبقى كنت بتعمليه. يبقى what? كنت بتعمليه. What were you doing? Yesterday evening. ليه 5. We بقولك yesterday evening. يبقى أنا بأكد على وقت في الماضي. يبقى مبارح في الوقت ده. We for our English. test when all the lights went out. كنا بنذاكر. لما اتكربة أطعت. Yesterday evening. We were revising. ماضي مستمر أكيد. أحد اتصل بي. While I فاعله. While I. يبقى ماضي مستمر. يبقى عطولي. While I was cooked. كد. ده باضيات بسيط في الباس يبقى. While I cook was cooking. مش I'm cooking طبعا. ده مضارع مستمر. While I. to school today. I saw an older friend. وأنا رايح المدرسة قبلت صديق من أصدقاء القدماء. يبقى while I was coming. ماضي مستمر. Seeing the accident. The motorist drove more carefully. هنا بأه. عايزك تبص كده. في طريب يقول لي. While seeing the accident. بينما شفت الحادثة. بس الموتوريست سلوم مسائقة السيارات drove more carefully. سأبط. إزاي؟ هي on. وأن دي معناها عنده. وهذه الكلمة توحي بتتابع حدثين في الماضي. وتوحي بالسرعة. On seeing the line. نادر رانوي. عند رؤية الأسد نادر جيري. وهنا يا صديقي. هنا ون قد يأتي الاثنين ماضي بسيط لو حصلوا في نفس الوقت. ونقولها دلوقتي مع الماضي التام. بس أقولها من دلوقتي. قد يأتي الحدثين مع ون ماضي بسيط لو حصلوا في نفس الوقت دون فاصل زمني. ون. I saw. The line. عندما رأيت الأسد. كما. I ran away. Greet. يبقى ممكن استخدم كلمة on. وهذه الكلمة توحي بتتابع حدثين عنده. توحي بالسرعة. On seeing the line. عنده رؤية الأسد. يبقى on seeing. توحي بتتابع برب بلاسين جي. On seeing the line. I ran away. عنده رؤية الأسد. كلمة أنه تتبع برب بلاسين جي. حضرتك قاعد مزوغ من حس الدرس. وقاعد علق فيه كده على قهوة إذا بوالدك داخل. أظرني أنت مش هتفكر تجري ولا متجريش. تتنسى تحت ربيزة على طول. أو هتجري في نفس اللحظة. أقود مع بابا. العالم هتقولك هو هتطلع من تحت ربيزة. يبقى on seeing my dad. On seeing the line. أهرانة وإيه? On seeing the snake عنده مرأة التعبان. إيه اللي حصل؟ The girl cried. توحي بالسرعة. شافيته سواتت على طول. وقد تتبع وين برضو بإن جي. بس وين لما تتبع بإن جي. بتتبع وين بإن جي. لما تتكلم عن عادات. يعني حاجة بتتكرر بشكل عادات في المضارع. يعني وين فيزتينج شارم. عند رؤية أو زيارة شارم. بقعد في الفندوق دايب. أنت بتوحي بعادة عندك. وين فيزتينج شارم. مش بقول عند زيارة شارم. بحسي مش عارف بسعادة. لا. هنا قلني دي تتابع حدثات. لكن وين فيزتينج شارم. لما بزور شارم هنا. بقعد في الفندوق ده. يبقى دي حاجة أنت متعود عليه. وين درينكينج كافي. اي دون تسليب ويل. وين درينكينج كافي. عند شرب القهوة ليلا. ما بعرفش نعم. يبقى دي عادة عندك. يبقى وينك تتبع برضو بإن جي. برضو معلومة تعرفها ايه. بس توحي بالعادات. لكن وين بعدها اين جي. توحي بتتابع حدثين في الماضي. وتوحي بالسرعة. انا ممكن اقول. دي وين بعدها اين جي برضو. بس المعنى اللي بيحكمنا هنا يا جماعة. مش متسابق كده. وين ووتشنج زا فيلم. او وين ووتشنج زا فيلم. اي فيلا سليب. مش اقول. عند مشاهدة الفيلم بنام. يعني اجيب لك فيلم عشان تنام. عندما تشوف تنام. لا طبعا. لكن عند روية الاسد. بتوحي بالسرعة. ويل. ويل. فور زا سكول باس. اي ميت. وانوف ماي فرينز. خلي بالك مافيش فاعل بعد ويل. مش اقول ويل بينج ويتد يا مش باسد. هي ويل ويتنج اهي. اين جي. وات. ات سيفن بي ام. يستردي. يبقى بأكد عن نقطة في الزمن اهو. يبقى كنت بتعمل ايه في الوقت ده. يبقى what were you doing. ماذا كنت تفعل في هذا الوقت. وين اي لفد ان لندن. ها. وين اي لفد ان لندن. اي. ثرو زبارك افريدي. خلي بقى لك كلمة افريدي من كلمات المضارع البسيط. بس دي عادة في الماضي. وين اي لفد ان لندن. اي ووكد. اوعى تقول لي was walking عشان عارفك حمار. وتقول لي ما هو بعدي وين ماضي بسيطي نحر تاني ماضي مستمر. دي عادة كنت بتحصل في الماضي. الزمن الذي يعبر عن عادة كنت تحدث في الماضي وانتهت. هو الماضي البسيط وليس الماضي المستمر. وين اي لفد ان لندن. اي ووكد. اي كودينت. اوبن زدو. از. اشاوة. ايه المعنى هنا بقى. انا معرفتش افتح الباب معلش. از اي هاد هاد ماضي تام. لا طبعا. لو ماضي تام يبقى حدث انتهى قبل حدث. لا اي ووز هاوينج اشاوة. ماضي مستمر. ايه اللي منعك ترد علي. اي كودينت. اوبن زدو. از اي ووز هاوينج اشاوة. ما عليش شو عزورني. اي كودينت. اانسر يور فون. ما عرفش رد على تليفونك. ليه اي ووز هاوينج اشاوة. ماضي مستمر. هي بيكيم فيماس. هز بوكس هاف بين ترانسليتد. ادي ماضي بسيطة هو ادي مضارع تام. تبقى سينس على طوق. اذا ترابت. مسمعتش منه اخبار منذ سفره. يبقى سينس. ادي اغو لاني بيقولك. والفترة الزمنية تيجي قبل اغو. امانث اغو. ادي اغو. ايير اغو. اغو يعني منذ. من كلمات الماضي البسيط. نحن نحن هنا. من 20 عام. يبقى 4. 4. من 20 عام. فيما يزيد عن كذا. هذا هو الوقت الماضي لنا في مضارع تام. مسرح. هذا هو الوقت الماضي. ده مضارع تام. يبقى هاف بين. هل تكلمت كل الماضي؟ لا تبقى لي سامة. لا تبقى لي سامة. لا تبقى لي سامة. انت عمرك ما بتخيب اظن يا بنت. ده انت شاطرة. دايما نتخلي بالك كلمة لت داون. ضمن الكلمات من الفريزة الفيربس. ليه داون يعني يخزل. بتقول انت عمرك ما خزلتيني. يبقى بتوحي بالسرعة. يبقى already. بتتحدث انتقتلاعي ولذلك المضارك. بعيد أو بعيد أو بعيد أو بعيد. بعيد أو بعيد أو بعيدة ؟ بعيد أو بعيد أو بعيد've هذه كلمة بعيدة في نهاية السؤال. داليا حندي ارتفعها courses. مهي attach a time. مهي Hobie باردة م oysters 几й مسرع. انت قادر قادر لاندين لم Due Games الذي ندافلى فره. مفتاح هناك هؤلاء الكلمات قدامك هيبقى شوف بقى يا أخي مضارع تامه أدي مضارع تام ودي ماضي بسيط يبقى كلمة سنس اللي تستخدم في هذا الصياق أنا عارفه منذ التحقنا بالجامعة نوها هاز كليند هير روم إت لوكس نايس ناو القوضة شكلها جميل دلوقتي يبقى الحاجة لسه حصلة حالا يبقى نوها هاز أولريدي نفع شيئت طبعا في هذا الصياق ولا نيفر ولا إيه آدل هاز جرادويتر فروم يونيفورستي توساوضان ثري منذ ألفين وثلاثة أدي مضارع تامه وهدي تاريخه يبقى لجابة سنس لكن لو قلت جرادويتر يبقى إن لأن إنه سنة في الماضي ماضي بسيط إتس فترات زمنية سنس ماضي بسيط إتس فايف هاورس سنس شي باك هوم يبقى سنس شي شي كيم هي ثري ساندويتشز أبتل ناو أبتل ناو حتى الآن يبقى ده مضارعتين يبقى هازيتين هذه ثري فنومنالي طويلة بشكل كبير مضارع تامه كلمة هي يبقى هازغرون سنة 2015 واضي ومنذو يبقى مضارع تام فين المضارع التام يبقى هازغرون لست إزاي يا ابني؟ يا ابني لست ده ماضي بسيط بيقولك كانت 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 يبقى حاجة لسه حصلة حالا يبقى مضارع تام يبقى هازغرون سنة ده مضارع سنة ده مضارع تام يبقى مضارع تام يبقى هازغرون لا مضارع تام يبقى هازغرون أفتر ولا باي ولا افر ولا بفور عمر مكال تجنبري أبليكادي هوب 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 يبقى الحاجة لسه حصل حالا إيه لحونا أقدعان إيه I have lost my world How can I get home محفظة راحت روح الزايد دلوقتي Oh I have lost How long have you lived here بقولك For how long have you lived here مش أقول since how long يبقى for how long في تعبير كده أقولك for how long ممكن الحرف الجر يصبق أدات للسفام يعني how long have you lived here بقى لك أديك هنا فأقوله لها for how long لكن في كلمة اسمها since when منذ متى This is the most interesting book I have read يبقى I have بص صيغ التفضيل أهو This is the most interesting book I have ever I have ever فين ever بردو توحي أني انت بص لسه Oh I my passport What should I do يبقى Oh I have lost حاجة لسه حصلة حالا تامر A lot الجملة دي مهمة Of healthy problems مشاكلة صحية Since he started Living in that polluted city منذ عشف هذه المدينة الملوثة يبقى تامر أدي since هاي أدي الماضي البسيطة هوا يبقى المضارع التامة هوا يبقى هازهاد مضارع التامة هوا أديو مي Since he left the Cairo أدي lift أدي since منذو واده ماضي بسيط يبقى مضارع تام يبقى hasn't contacted ما اتصلش بي منذو غادر القاهرة When have you lived here لسه يلا لكن فيه since when لكن for how long يبقى since when منذو متى Since when have you lived here since when في تركيبه كده اسمع since when لكن for how long My cousin has lived abroad His childhood مرحلة التفولة يبقى since على طول بعدها ينأو I'm starving I'm starving أنا همايت مجوع starving means very hungry جعان جدا I'm starving I have eaten nothing for two weeks for two weeks يا عمنادي لو تويكس كان زمنه مات for two days ما كانش حاجة بقول يومين فاجعان جدا يبقى هنا since اللي هي معناها لأن يبقى since اللي هي بتصوه because I've finished the book yet أديتها يبقى مضارع تامن فيه يبقى haven't finished Nothing like this has ever من غير ما أكمل عرفك Nothing يبقى ever Nothing like this has ever happened to me Have you English food يبقى have you ever tried سؤال Have you ever tried عمرك جربت للإنجليش فود ما جرب الإيجيبشان فود الأول My brother into Paris He became back رجع لسبوع اللي فات الراجل رجع لسبوع اللي فات الراجل رجع لسبوع اللي فات يبرح ورجع يبقى has been too My uncle to Germany lately 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 يبقى has been We haven't seen him over a year فيما يزيد عن سنة يبقى for over a year It's a long time has buzzed I lost saw him I lost saw him يبقى since Since I lost saw him A long time has buzzed فترة زمنية عدت كتيرة منذ آخر مرة شفته I my own computer for three years now before what now بس خلي بالك الفعل have بمعنى يمتلك ما يجيش في الاستمرار يبقى I have had Shakespeare's 37 plays 37 مصرحية الناس تقول لي يا مستر أعرف منين بقولك الراجل كتب 37 مصرحية الراجل مات وشي بعموت يبقى ماضي بسيط يبقى Shakespeare wrote أصلاً انت لو قلت هزرتني يبقى عنده ما زال قدرة أن يكتب لما أقولك الراجل ده البارودي wrote many poems كتب قصائد كتير يبقى wrote ما أقولش هزرتن لكن لو أنا أعرف شاعر من شعراء الحاليين ما أنا ما هو ده شاعر اللي أنا باسمعه ده شعراء الحاليين ما أنا يعرفش حد أحبك حمار ده شاعر وبتاع وأغاني المهرجانات اللي بتسمعون الحاجات دي ما أعرفش شاعر معين فلو أنا أعرف شاعر معين أقولك هزرتن لأنه مازال بيكتب وعنده القدرة على الكتابة ده الفرق بين المضارع التام والماضي البسيط شكسبين wrote مات خلاص مش هيكتب من القبر والراجل يبقى الحدث انتهى من زمان لكن لو تعرف شاعر من شعراء اليومين دول أو كاتب يقول هزرتن لأنه عنده القدرة يكتب حتى الآن ده المضارع التام لكن شكسبين wrote 37 بليز كتب 37 مسرحية وخلصنا وخلصوا من زمان قبل ما أخش في الفكاب عايز أأكد بس على حاجة إيه هي المضارع التام اللي هو بتكون من هزو هافزة التصريف ثالث وفي كلمة فور كلمة فور أنا بأكد انها ممكن تيجي مع الماضي البسيط برضو ودي جملة موضع امتحان لما قول ايهاف ليفد انكايرو يبقى انا عشت في القاهرة ومازلت عايش لو قلت بالصيغة دي ايهاف ليفد لو قلت ايهاف ليفد لو قلت ايهاف ليفد انكايرو في القاهرة ايهاف ليفد انكايرو فور تين ييرز وبقى دي معناها ومازلت عايش حتى الان انا مش عايزك انت مع السلامة اللي تلعت لدي كمان بس ايهاف ليش عايزك والله بس خلاص برضو بتشغبط نو بروبلم يس تمام ايهاف ليفد انكايرو فورتين ييرز دي الجملة دي معناها وما زلت اعيش في القاهرة حتى الان لكن اي خلي بالك اي لفد انكايرو اي لفد انكايرو فور تين ييرز اي لفد صح شاف الفرح ده مضارع تام وده ماضي بسيط اي لفد انكايرو فورتين ييرز دي معناها عشت والفترة انتهت تلاقي جيب لك في الجملة التانية بيقول لك اي ليف ان لوكسور ناو يبقى المدة وانتهت يبقى لو اقول اي هاف ليفد يبقى عشت وما زلت عايش فترة بدأت وما زلت عايش حتى الان اي هاف توت انجليش انا بدارس انجليزي ناو منزو سنة 97 لكن اما اقول لك اي توت انجليش فور كزا ومدة وانتهت اي هاف توت انجليش سنس بداية مدة اي هاف توت انجليش من سنة 97 وما زلت بدارس و اي هاف توت انجليش فور 27 ييرز لمدة 27 سنة وما زلت بدارس لكن شايف الراجل مستر نادر ده الجنن من الطلبة وراعت في الصحراء وحفر له بيعقى احد مع شواد غنم وشوات بقر في السحراء او شوات جمال الراجل ده احنا جنناه يا دفعة اربعة وعشرين الراجل ده اصلا توت انجليش ده ريس انجليزي لمدة سبعة وعشرين سنة وبطلنا لا اصلا انا لسه ما بطلتش انا لسه عايش الحمد الله وما بطلتش وما تجننتش وما روحتش مع البقر لسه يبقى ده مدة وانتهت لو قلت لكن مدة وما زالت مستمر ده خلي بالك فكلمة بتيجي مع الزمانينة هو ممكن تجي مع المضارع التام وممكن تجي مع الماضي البسيط تعال لي بقى للبكاب وانت بقى فهمت جرامر ساعتها بقى تحس بالسعادة وتقول الانجليزي خلص لا يا حبيب فيه بكاب جميلة يا حبيب المهمة جدا عندنا بقى الكلمات وانا بقول لك اوعى تسيب الكلمات عندنا ريد اول باوت ات والدرس بقى بتكلم عن البروتشيت والايه والتابلويد والبايروس الكارسانة الفكرية فعندنا كلمات بقى اللي مش هنسيبها كلمة ديجيتال رقمي اكسايتمنت اثارة ابسيت مزعج او منزعج 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 او مدايق منزعج الخط كبراوي منزعج ابسيت منزعج وابسيت برضو بتجي معنى يزعج برسويسف مكنع مقول لك ماما دي برسويسف وومن امرأة مكنع اوكير يحدث عندك بوكسيلرز اللي هما بقيع الكتب بايس التحيز بقى والتعصب بايس بايس ديمونحاز لوضفنا لها ايدي ديموند يطلب او طلب شي تغش او يخدع وقشيت برضو يعني غشاش او مخادع بابليكيشن النشر ميسليد يضلل دايما في بعض الجرائد تضلل وبعض الناس بتضلل الناس بعرقها ديفرانس اختلاف عندك كلمة بايراس الكارسانة تراب يعني فخة او مصيدة او يقع في الفخ بريث النفس وفي بريز يتنفس الاخير هاي بايرت يكارسن او كارسان كاشوالتي مصاب او ضحية كرايم جريمة عندك فورشنتلي لحسن الحظ كونكلود يختم او يستنتج بوزيتف زيجابيات نيجاتف سلبيات الكلمة اللي جادي مهمة جدا كامبنسيت يعوض يقول لك هيعوضونا ماليا كامبنسيت سنو ستور مع ثفة ثلجية تأثير وتاخد حرف جرؤون فاكشول شيء واقعي سبيت جروف إن أكرت شيء غير مطقن او غير دقيق ريكماند يوسيبي او يرشح فكرة ريكماند ومن ثم او لذلك يعني كابيرايت حقوق الطبع مشاعر ويلست بينما والكلمة دي برضو تستخدم للتناقض تستخدم للكنتراست كونكلوجون خاتمة سبن يلف او يدور واسبن برضو معنى الخداع والتلفيق سبن ديولو بسبب وهذه كلمة تدبع بنون ديولو زا ويذر ديوتو زا باد ويذر بسبب الطاقس السيء بلوك يسد او يمنع فولنتير متطوع او يتطوع سام اب يلخص تسام اب روت خد تصير خد تصير بداية طريق ونهاية عندك كلمة ريزالت نتيجة كونسنانت مستمر اثوريتز السلطات السلطات السلطة مش السلطة كوست تكلفة او يكلف افيلابل متاح عكسها انافيلابل ايه وعد سيب كلمة اكرت دقيق او صحيح بايروس يقولنا القرصنة تريني متدرب دابل اي لكن لو قلنا ترينر مدرب بروتشيت الصحيفة الكبيرة طبعا اللي اللي بتهتم بالسياسة والفكري بتاعها بيبقى دايما صحيح وكده لكن الطابلويد اللي يلخي جرنان الصغير اللي بيهتم بالمشاهير وبيهتم بالاخبار اللي فيها احصارة وكده سوشال ميديا احنا بنقولها سوشيال لكن اقعها سوشال سوشال ميديا وسائل التواصل الاجتماعي سوشال ميديا بقى سبيني يلف حول نفسه او التزييف والكلام ده كله انفستيجيتور محقق بوينتوفيو جيت نظر شي تقولنا يغشة او يغشاش لو القانون بريزن السجن بلانسد متوازن وكلمة بلانس يعني التوازن وبالانسد متوازن اكتبها دي بلانس التوازن بلانس 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 كلمة دي فيرب ونون يوازن او التوازن في بلانسد بالصفة متوازن وعكسها انبالانسد غير متوازن بضي فلو المقطع ده وبالانس برضو بتطلق على رصيدك في البنك البالانس رصيد البنك بتاعك وبالانس توازن وبالانس يوازن ولازم ان توازن ما بين حياتك الخاصة ومذاكرتك وعملك واجتهادك في بقى فيه بالانس توازن وبالانس الرصيد اللي في الحساب بتاعك وكلمة بالانسد متوازن وأنبالانسد غير متوازن الفكابة جدعان اكسبريشانز برضو عندك اكسبريت اون او 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 ات كل ده صح بوتن بريزن يضع في السيجن ريلاي اون يعتمد على بتسوي كاونت اون وديبيند اون يعتمد على برضو ميك شور يتأكد ويت فور ينتظر انجري ابوت غاضب بخصوص شيء اتهاي سبيد بسرعة عالية اموشنال افكت تأثير وجداني اون ديس بلاي معروض يشكو الحد بقى روح يشكو الشخص كنبلينة باوت يشتكي بخصوص حاجة الناس كلها بتشتكي من من الاسعار المرتفعة يشكو من علة او مرض انا اقولك انا بشكو من صداع يعني ده تعبير مهم جدا انه هي مميزات وعيوب يحافظ حاجة اقولك يعني تبقى على حاجة سر وسرك انت اللي تحفظه ما تسيبوش لحد يحفظه فورزيس ريزن لهذا السبب شير وزيو شارك مع الكلمات بقى والحاجات اللي بتعرفها كالسنينمز دي المرادفات دايما الكلمات والمرادفات بتعملكم مشاكل ولازم ان تزبر على الكلمات عندي طايب بتسوي سورت وقايند ده المرادفات بقى الكلمات ومعانيها المعنى القريب لها طايب بتسوي سورت او قايند نوع ريسكي ينقذ بتسوي سيف ينقذ وريليز برضو بس ريليز بتجي بمعنى يطلق صراح يعني ريليز بوك بتسوي سيرف لو جاب معنى يحجز مش كتاب بايس الكلمة دي مهمة ديس كريمينيشن اللي هي التمييز والتفريقة وبريجيديس التعصب بريزن جيل 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 السجن في كلمة جيل بيرد ده تعبر حلو قوي جيل بيرد يعني رد سجون الوقت ده جيل بيرد يعني ما يصدق يطلع من السجن يدخل تاني بريزن جيل اكر بتسوي هابن او تيك بليس كلمة اللي جي مهمة جدا يا كامبنسيت يعود بتسوي ميكا بفور كامون بوبلر بايراسي فراود ولوتينج القرصانة بتسوي جيت يحصل على دي بكلمات والمراضفات بتاعتها ما تملش من الكلمات بقولك الانت نمزل عكس بقى عكس الكلمات appear disappear وخلي بالك المقطع ده قلنا اسمه بريفيكس بدي العكس legal قانوني illegal i-l download upload وعايزك تعرف انه download تاخد حرف الجر download from هنزل حاجة من عن نت يبقى download from upload to لما ترفع حاجة عن نت تجري ورا وزة ولا بطة ويقولك يستضيفوك ولك مين اللي رفع الفيديو ليك تقول انا اللي رفعت الفيديو ده عشان اصبح حايف ومشهور فتجري ورا الوزة والبطة فتصبحوا مشهورا السوشال ميديا عملت لنا اشكال ما يعلم بيها لربنا والله فرفعوا بعض الفيديوهات على التيك توك والقرف ده فاذا بيهم famous بس famous في الخيابة يبقى download from و upload to common uncommon formal informal شايف دايما بالبريفيكس الماقطع اللي في الاول ده exibarianced زو خبرة inexibarianced believe disbelieve عدم تصديق او كاذب يعني respect disrespect disrespect احترام disrespect عدم احترام او ازدراء شيء وrespect على فكرة بتجي فعل بمعنى يحترم برضو و disrespect برضو بتجي فعل بمعنى لا يحترم يبقى ببير disabir عشان ما قولتش اللي بالعربي يختفي اظهر قصدي يختفي مش لازم يعني المفروض انت عارف legal illegal غير قانون download from upload تنزل حاجة هنا download يحمد حاجة على النت هنا ايه upload ترفع النت download يحمل على النت download المفروض download from دي العكس اصلا دا كويس ان انا قريت download from ينزل من عن النت دا ينزل حاجة من عن النت لكن upload يرفع على النت يرفع معكوسة العربي كويس ان انا قريت العربي يبقى download from بنزل حاجة من عن النت ينزل شيء من على النت ينزل شيء من عن النت لكن upload يرفع عن النت common uncommon formal رسمي informal experience تزو خبرة جامل experience inexperiences believe disbelief تعال بقى وده ما لهاش حل غير ان انت تحفظها فيه تعبرات تيجي مع ميك وفيه تعبرات تيجي مع دو ميك ميك وبرضو اللي بقولك يجي مع ميك المفترض تيارف انه بيجي مع ميكس ميكس الاس بتاع المفرد ويجي مع ميد وبرضو اللي يجي مع دو عشان بعضوكو بتلغبط يجي مع ايبة مع دو ويجي مع دز ويجي مع دد ويجي مع ضن حسب حركة الايبة الجملة وحسب معنى الجملة وحسب الزمن اللي فيه بص دو او دز والدد الماضي والدن التصريف التالي عندي ميك نويز يحدث دوضاء ميك هو ميك سبيتش يلقي خطاب ميك ديسكافر يعمل لنا اكتشاف ميك ديسيجن ميك جيرني ميك سجيشن ميك ديفرنس يحدث فارك الكلامات دي لازم انتحفظها ميك بروفت يحقق ربح ميك تشويس ميك فناف ايه يستهزق بي او يسخر من اللي هي بتسوي ايه بقى لاف ات لاف ات برضو يسخر من ميك ارينجمن يعمل ترتيبات ميك امستيك يرتكب خطأ ميك افون كول ميك ترابل ميك ابراميس يقدم وعد او يوعد برضو فيه جيف ابراميس ميك اتشيفمن يحقق انجازات ميك ماني او ميك افورشن يعمل فلوس يعمل ثروة ميك افاير يعمل نيران او يشعل نيران ميك زابيد مش يصنع سرير معناه يرتب سريره ميك فرينز يصادق او يكون صدقات ميك زابيد يرتب السرير وليس سألنا دي بقى تنفس شيء او عمل او مهمة دو هومورك دو ويل يؤدي اعداء جيد دو اسيرفي يجري استطلاع دو ان اوبريشن يجري عمليك راحي دو افيفر ما تعملش فيها جميل يا راجل تروح تذكر دو اهوبي دو اريبورت يعمل تقرير دو ثامسينج دو ريسيرش دو ان اكسيبيرومنت يجري تقربة دو شوپنج دو ان اكزام او دو اتست حل امتحان يعني دو اكروس وورد تجمع جاب هي الكلمات المتقاطعة دي كانت في الدرائت زمان دو ووشنج دو ووشنج يغسل اطباق دو اجاب دو هاوس وورك دو بيزنس دو اكسرسيز دو ريبيرز دو اكوز يعمل دو ابروجيكت دو هز بيست او دو هز بيست بقى هتقولها دو هز بيست او ديد هز بيست او هز دون دو زا ايرننج يكوي دو كوكينج دو جودو يمارس رياضة الجودو دو ان اكتيفتي دو زالاندري يغكون بغسل الملابس تعال يا باشا الكلمات بقى عندنا ادوات الربط الجميلة دي اند و ان ادشان كلمة اند انت عارف ان دي ادوات ربط تعبر عن الاضافة طبعا الادشان بتربط جملتين we went shopping احنا تسوقنا and visited some friends اهو يبقى عند بتربط جملتين اهم we went shopping in addition لاحظ بعدها جملة كاملة we visited some friends كل دول يجي بعدهم جمل زي ما انت شايف اهو جملة و جملة ناحية التانية لكن في in addition to والكلمة دي بتسوي besides وتسوي كلمة اسمها as well as in addition to بتسوي besides بتسوي as well as دول معنهم بالاضافة ايه لو يتبعوا فيربي بلاس انجي او ناون كمان besides going shopping بالاضافة للزهاب shopping we visited some friends in addition to going shopping we visited some friends as well as going shopping we visited some friends يبقى عندنا and و in addition هذه كلمات تربط جملتين وبعدهم جمل كاملة لكن هنا addition to وبسايدز و as well as تتبع بنون ياما فيربي بلاس ايه ing يعني ممكن نقولك besides english بالاضافة الانجليزي as well as english as well as english بالاضافة الانجليزي بعمل ايه i study arabic بدرس ايه او بتعلم او بذكر العربي يبقى as well as تتبع بفيرب بلاس اينجي او noun في عندنا بقى ملحوظة مهمة جدا بيقولك يا ريس ان لو اختلف الفاعلين مع as well as الفاعل يتبع الفاعل الاول وليس التاني وهذه قعدة مهمة لو جاءت as well as مختلفة الفاعلين يعني لو جيتني الفاعل في الجمع يعني اقول i اهو as well as i as well as he am طول ادي الفاعل الاول وهدي as well as هي ادي هي الفاعل التاني اختلف الفاعلين مع as well as هنا زي ما انت شايف i as well as he الفعل هنا اللي هنختاره يتبع الفاعل الاول وليس الثاني i as well as he am يا مستر هي تاخد am ما هو ام دي مش بتاعة he ده ام دي بتاعة i يبقى لو اختلف الفاعلين مع as well as يتبع الفاعل الاول وليس الثاني نادر as well as we is طول يا وي تاخد از يا مستر لا ما هو از دي بتاعة نادر اللي هو فاعل الجملة الاول بلو اختلف الفاعلين مع as well as اكتب المعلومة دي الفاعل يتبع الفاعل الاول وليس الثاني هنقولها هي بقى اهو i am very keen on politics انا بحب السياسة اول my brother is very keen on politics i شو بقى i as well as my brother am ام دي بتاعة i لان الفاعل هنا يتبع الفاعل الاول عندنا كلمة accident دي حادثة بيحدث فيها شيء مش كويس incident حدث في قصة او جريدة وعندك event حدث مهم مميز قولنا في حياة الدول وكده he was killed in a car accident وقتل في حدثة سيارة today's news is full of incidents مليئة بالاحداث january evolution صورة يناير is a great event حدث مهم في حياة مصر damage يتلف او تلف the verb وبتيجي تلف نون وفي هذه الحالة هي اسم لا يعد بمعنى التلف لكن كلمة damages في هذه الحالة لو ضفنا لها اس يبقى معناها تعوضات بتساوي تكمبنسيت دي ولكن انت تدفع تعوضات اللي انت عملتها دي في افكت بالاي قولنا يا بنات وشباب واكدنا في السنتر مئة مرة ان افكت بالاي دي فعلي معناها يؤثر على وما تاخدش حرف جر مفيش on لكن افكت اللي بالاي دي تأثير وتأخذ حرف الجر on في عمدنا افكتف فعال او مؤثر بقولك الدواء ده is effective جاب معايا نتيجة الدواء ده is ineffective غير فعال influence بقى دي يؤثر وتأثير والتنين نون وverb يعني بتجي verb ونون influence هذه الكلمة من موضع امتحان وجات السنة اللي فاتت influential يعني مؤثر او زو سلطة او نفوز لما قولك البارودي is influential point شاعر مؤثر يبقى له تأثير في الشعب لكن influencer ده الشخص المؤثر بقى بقى ارائه اللي هو عم نت وكده بيكتبوا حاجات كده الناس لها وده بيبقى له اراء وبيؤثر فيهم يبقى influencer impact يؤثر وتأثير والكلمة دي ذربي ونون برضو ليه impact والكلمة دي برضو بتيجي بمعنى تحطم ما قولك did you hear انت سمعت اذا impact of the two cars impact 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 بمعنى تصادق impact impact في كلمة spin يدور حول نفسه وفي orbit يدور حول شيء الكرة الارضية orbit's the sun بتدور حولين الشمس الكواكب كلها بتدور حول الشمس يبقى بتدور حولين حاجة لكن سبني يدور حوالين محوره أو حوالين نفسه The earth الكرة الأرضية Spins around its axe بتلف حوالين محورها كده تعاقب الليل والنهار لكن The earth Orbits the sun بتدور حوالين الشمس في كلمة cause بيتيجي فعل بمعنى يسبب خلي بالك الكلمة دي وكلمة cause ييجي بعدها مفعول وبعدها توزيق المصدر لو جات بمعنى يجعل أو يسبب في cause of سبب لي ودي بعدها نون أو verb بلصة إن جي verb بلصة إن جي أو نون في reason for reason for بعضها إن جي أو نون برضه دي معها for ودي معها of في the reason why السبب اللذي دي بعدها قملة كاملة Tell me the reason why you are sad لكن tell me the reason for your sadness سبب حزنك أو the reason for being sad لكن reason why قملة كاملة Tell me the reason why you are happy Tell me the reason why you are late قملة كاملة Scientists are trying to find out what causes the disease اللي بيسبب المرض ده The cold weather caused me to sleep تسبب إن أنا نم بدري What was the cause of the fire Cause of the hell Can you give me the reason for leaving I don't know the reason why he came late شايف الجملة The reason why he came late الله على الكلمات اللي جاية دي كلمات جميلة اسمعني حين يراقصني كلمات ليست كالكلمات فهذه كلمات مهمة جدا لإن فيها تركات في الكلمات الله شايف لإيه؟ بريز يتنفس بريث النفس نفسه بريزنج عملية التنفس في بريز النسيم لما النسيم بيعدي في شارك حبيبتي بسمعه بيقول أهات لما النسيم نسيم الرياح العليلة الجميلة الرياح الجميلة بريز بريث لاهز مقطوع النفس ما لكى مستر كده بريث لس مش عارف أخذ نفسي wait with batted breath الله خدنا التعبير ده قلنا ينتظر بلهفة أو ينتظر بأنفاس محبوزة محبوزة في out of breath مقطوع النفس مش عارف يأخذ نفسه save your breath يعني وفر طاقتك يا مستر وفر مجهودك احنا مش هنذاكر don't waste your breath لا تهدر طاقتك أو مجهودك دي إكسبريشن زي كده زي الإديام زي كده تعبيرات إصطلاحية ملهاش غير أن أنت تحفظها يعني تعبيرات إصطلاحية تتحفظ يعني ماشي breathe يتنفس إني أتنفس تحت الماء إني أغرق أغرق إني أغرق شفت يا باشا breathe الإيدي بتطير فيها رقاب ناس وبيضيع فيها درجات ناس ويضيع فيها مستقبل ناس فشوف عشان ممكن أخليك مش عايش مع الناس ماشي يلا يا محتاس زاكر وكتب الكلمات دي انت بتعمل يا مستقبل عب شوية يا هده شافي لإيه دي فعل بمعنى إيه يتنفس لكن دي النفس نفسه الكلمة دي verb لكن دي ناون يا بيه أوعى توهم البكار تعال حل بقى He was waiting لقد كان منتظرا منتظرا بأنفاس محبوسة بمتلهف يعني He was waiting with battered breath بأنفاس محبوسة أهي على طول There are some wonderful in الأهرام weekly this week فيبه papers points شعراء tail حكايات ولا حكاية articles مقالات This chicken is not cooked very well فرخة دي مش مطبوخة كويس I'm going to the waiter أنا هشتكل للجرسون يبقى كومبليم يشكو Smoking has a bad on health يبقى أنا عايز أقول التأثير له تأثير سيء فين تأثير هنا فين تأثير effect دي يؤثر على effect اللي هي تأثيرها هي هي دي لكن affection دي معناها حب أو عطفة أو حنالما لاش ضعه بالتأثير وeffective دي verb دي أصد صفة معناها فعال أو مؤثر The room is full of smoke القوضة مليانة دخان So I can't مش عارف إيه دي أخلي بالك لسه كتب لك دي دي ناون Breath يا breeze يتنفس I can't breeze مش عارف أتنفس It's a crime of illegally copying and selling books جريمة أن أنت تطبع وتبيع كتب tapes, videos, computer programs دي القرصنة قرصنة الفكرية يبقى piracy I have a very teacher Who tolerates no jokes at all ما بيتها سامحش أبدا في النقطة والهزار يبقى strict صارم طالع صارم مع الطالب خلوهم يذكروا News play an important role in society nowadays إلى العاب قصد الرياضات قصد إيها رياضات يا عمي نادر الأخبار بتلعب دور مهم جدا في المجتمع عايزين مراد في synonym لكلمة role اللي هي إيه فين كلمة role Bart play important part بارت بتجيب معنا role door of course robbery is agenestizait بالطبع معروف إن الصارقة دي ضد من ضد القانون يبقى agenestizal lawyer دي محامي وجاج دي القاضي وكورت دي المحكمة لو عايز تضيف كلمات وعرفها يحيى حقي كان خبيراً في الأدب العراضي فينك سيبرت بقى خبيرة هو سر عربياً بارح المشتبه فيه في العربعينات من عمره يبقى مين؟ بيبحثوا عن مين؟ على الإنسنت البريء؟ كريمنال المجرم؟ ولا لوير المحامي؟ ولا الأوفيسر؟ هيدوروا على المجرم طبعاً ألي زال طارق بروك زا ويندو لكن طارق بريء يبقى هو بيدعي ذلك يبقى كليمد بيدعي أو يزعم وما بيتحقش يبقى الراجل ده كلمة سيريس دي جد وبتجب معنى خطير برضو لا يستطيع فقد الوالدين فيش حاجة تعود فقد الوالدين كلمة لص دي يعني خسارة يبقى 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 فيش حاجة تعود فقد الوالدين أفداً The Earthquake of Egypt in 1991 حدث ضايد كيم طبعاً هتقولي تيك بلس يحدث يابني دي في المضارع مش في الماضي لو كانت تيك بلس كانت صح بس ده مضارع يبقى هي حدثت He an urgent telephone call Telephone call دي تاخد ميك على طول بس ده في الماضي يبقى made عمل مكلمة Asking for help Everyone can knowledge Everyone can knowledge Knowledge المعرفة الكي silent Through practice من خلال التدريب والتمرين يبقى كان يبقى أبتين أبتين ليها بتسوي جيت يحصل على Nothing will ever compensate for his lost childhood كلمة دي دائما تكال في الانتحان كلمة compensate يعني يعود وقولنا ميت مرة أنها تسوي بقى make up for Make up for يعني يعود The incident when it was dark and raining heavily الموضوع ده حدثة الحدثة دي حصلت إمتبقى حصلت يبقى لما جاءه كان ضلمه وجاءه كان بيمطر يبقى أكر ده حدثت مش محتاجة يعني الله على unit 2 الله على الأزمنة دخلين على الماضي التام والماضي التام المستمر الماضي التام احنا لسه شرحين المضارع التام والمضارع التام المستمر إذا كان المضارع التام والمضارع التام المستمر من الأزمنة التامة تمام؟ اللي خدناها في unit 1 فالباشا ده في unit 2 اللي هو الماضي التام إيه الماضي التام؟ الماضي التام يعبر عن حدثين حدثوا في الماضي وانتهوا وطبيعي جدا إن الماضي التام عبر عن حدثين حدثوا في الماضي لما عبر عن حدثين حدثوا في الماضي طبيعي جدا وبديه أن يصبك حدثاً الآخر قولي يا عم نادر تاني كده طبيعي جداً أن يصبك حدثاً الآخر بعد ما أخدت فلوس من بابا روحت للسينما بعد ما الجرس ضرب في الحصة روحت بعد ما اللعبة بدأت تضرب في بعضها بعد اللعبة ما خلص إيه اللي حصل بدأت الإحتفالات بعد يبقى فيه حدثين يبقى الماضي التام أولا ال Past Perfect وركز الله يكرمك The Past Perfect لأن الأزمنا هتزيد الازمنة لما بتزيد بتخش في بعض زي ما انت عارف يعني والازمنة دي انت اوخدها من ربع ابتدائي ومن خمسة ابتدائي وانت بتدرس الكلام ده الناس بتقولك الانجليزي ما ده هبلة وعبيطة ويقولك ده انجليزي يا ابني الماضي التام بيعبر عن حدثين حدثوا في الماضي الحدث الاول اللي انت عملته الاول ماضي تام والحدث التاني ماضي بسيط يبقى الماضي التام بتكون اولا من هدو تصريف ثالث والمفترض تعرف ان شهاد الشورت فورم بتاعتها الصيغة المختصرة ابوستروفي دي الماضي التام يعبر عن كم حدث حدثين حدثوا فين في الماضي الحدث الاول اللي انت عملته الاول الانجليزي يقولك لو حدثين حدثوا في الماضي الحدث الاول اللي انت عملته الاول تحطه في الماضي التام والحدث التاني يتحط في الماضي البسيط فالحدث الاول يبقى ماضي تام طيب والحدث التاني يا عم نادر يا مستر ماضي بسيط يا ابني وتعرف بقى ان فيه كذا ادات ربط after غير before غير till غير until غير sooner than غير hard to win وين الوحدة حوار اصلا فالماضي التام بتكون من هاد وتصريف تالد يعبر الماضي التام عن حدثين حدثوا في الماضي الحدث الاول ماضي تام والتاني ماضي بسيط يبقى ال past perfect ازاي بي نكونه how to form it it's formed بيتكون بنهاد plus bb it refers to two actions that happened in the past the first action is past perfect and the second action is past simple الماضي التام حدثين حدثوا في الماضي حدث الاول ماضي تام والحدث التاني ماضي بسيط وينجي نطبق بقى الكلام ده وتعرف بقى ان after واسن از ماضي تام ماضي بسيط وbefore وby the time ماضي بسيط والنحية التانية ماضي تام يعني مثلا ادي after ادي اداة الربط اهيه بعد بعد افتر فاعل after i had studied after i had studied جبت افتر في الاول في قامة في النص ادي القامة ايه after i had studied يبقى ده الحدث الاول بعد ما ذاكرت ايه عم منادر بعد ما ذاكرت ايه اللي حصل ايه سليبت نمت يبقى الحدث الاول ان انا ذاكرت ده الفرست اكشن وفين الحدث التاني اني نمت يبقى لما اتكلم عن حدثين في الماضي طبيعي حدث سبع حدث حدث الاول اللي انت عملته الاول في ترتيب الاحداث الاول يبقى ماضي تام والحدث التاني يبقى ماضي بسيط ده الطبيعي والبديه والمنطق ان حدث سبع حدث يبقى لو لاني ماضي تام والتاني ماضي بسيط وتعرف بقى ادوات الربط بقى المختلف ان after و as soon as و when ماضي تام ماضي بسيط before و by the time و when ما تتضيقش هفهمك when بعدها ماضي بسيط والنحية التانية ماضي ايه ماضي تام وهنقول كمان ان ممكن يجي الحدثين ماضي بسيط لو حصلوا في نفس الوقت دون فاصل زمني انتب ازعلي يا مسر انا بزعش انا ده طبيعتك كده يبقى بالراحة كده لو انا بتكلم عن حدثين حدثوا في الماضي حدثين لاحظ الفرق الماضي البسيط حدث حصل لوحده I visited London زورت لندن مبارح يستردي لكن after I had eaten I slept بعد ما كلت نمت before I slept قبل ما نام I had studied English كنت مذكر الانجليز يبقى فيه حدثين حدثوا في الماضي الحدث الاول ماضي تام والحدث التاني ماضي بسيط تعال بقى شوف يا باشا الايه الملزمة بقى ونبدأ نوضح فيها بس انا ما بحبش اخش على الملزمة الا ما وضح لك الامر الاول يبقى الماضي التام بتكون من ايه الاول الباست بيرفكت هاد تصريف ثالث قلنا هاد قد تختصر الأبوستروف دي وبعدها تصريف ثالث ده برضو ماضي تام ادي بفورة هي في النص ادي توق ده الحدث التاني وهدي الحدث الاولاني اهو هاد فينش اليوس لاستخدام استخدام الماضي التام ليصف حدث وقع قبل حدث اخر في الماضي بعد ان اخبارها من الماضي اخبارها 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 مستشفى ادي الحدث الاول اهو ده رقم واحد وادي الحدث التاني انه راح المستشفى مش ياخدوا المستشفى بلا داعي يعني يبقى الحدث الاول انه كان ورمره معفن we weren't hungry احنا ما كناش جعنين as we had already eaten وما تستغربش ما تستغربش لما تلاقي already مع الماضي التام ده انه قبلها ماضي بسيط وهنأكد ده دلوقتي الكلمات بتاعت الزمن ده بها عندي after و as soon as when الحدث الاول ماضي تامه وبعده ماضي بسيط جيهم في النص a the after و a the as soon as و a the when as soon as معناها مجرد ان بعدها ماضي تام والنحية التانية ماضي بسيط شوف المثال بقول ايه after او as soon as او when i had done my home والكبابة من عملت الواجب الاول i watch the tv قد الحدث التاني by the time و before و when تاني ما تتضايقش هفهي مكوين ماضي بسيط والنحية التانية ماضي تام بس احنا متفقين انه انه الحدث الاول هندن في ملطة المراجعة هتطول هنطول كتير النهارد ماضي تام وده ماضي بسيط تعالى before و by the time وين في النص مدبعوين بالماضي البسيط قبلهم الماضي التاني i had done my homework before او by the time او when i watched برضه عملين نقول ان ده واحد وده اتنين tell you until و tell you و until متعددة المعاني tell you until قصد الاستخدامات tell you until معناها حتى بعدها ماضي بسيطة قصد بعدها ماضي تامه had زائد مصدر في المبنى للمعلوم didn't زائد مصدر ده لو مبنى للمعلوم neither didn't study english ما ذاكرش الانجليزي until he had watch ده فيلم الا ما شاف الفيلم لكن ممكن يجي قبلها wasn't or weren't مدبوعين بالتصريف التالت ده في صيغة البسيط خلي بالك من التريكس ده الله يكرمك عشان ما تبعيس الناس ناس ماشية تشتغل بلك didn't 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 قبل الواجب i wasn't promoted انا لم ارك مترقيتش till or until i had increased my target الا ما زودت الهدف بتاعه وصلت له نادر wasn't punished نادر ما تعقبش until he had made the mistake again الا ما عمل الخطأ ده تاني يمكن didn't زاد المصدر وعلى فكرة برضو ممكن couldn't زاد المصدر قبل until نادر couldn't buy zaka until he had saved money wasn't weren't برضو في صيغة البسرق قبل until until تعال بقى في تركيبة اسمها لم يكد حتى يعني لم يكد حتى مش عارب بقى انا باللغة العربية لم يكد ولا لم يكد بس اقولنا لم يكد بس انا مش مدرس عربي لم يكد حتى يعني يعني مسافة ما عملت حاجة عملت حاجة لم يكد نادر يدخل المنزل حتى عجله والده بالبنيف وشه لما شاف درجة الشامل اللي جابها لم تكن تصل للمنزل حتى جابك والدك من افاكت على يد دي درجة تجيبها في الامتحان يعني حدثين حدثوا في الماضي اتفقنا ان الحدث الاول ماضي تام والحدث التاني ماضي بسيط هبدأ هو بقى نو سونار مع هزان فيه توافق كده ما بين نو سونار وزان وهاردي لي وين واسكيرسي لي وين التركيبة هبدأ بفعل الجملة وبعدها هاد وهحط كلمة من دول نو سونار او هاردي او سكيرسي لي وبعدها الباست بارتصف التصريف ثالث وهتجيب نو سونار تجيب دان وهتجيب هاردي هتجيب وين وتجيب سكيرسي هتجيب وين وبعدها الباست سيمبل بص كده دي هاد نو سونار فنش دي بينتينج اوار نيو حاوس لم يكن ينتهوا من دهان البيت الجديد than we moved into it حتى انتقلنا فيه يبقى الحاجة الاولانية انهم خلصوا الاول شايف التصريف التالتة اوه ودي هادة هي ودي نو سونار فالنص they هاردي بص هاد هاردي فنش دي بينتينج اوار نيو حاوس وين وي موف دي ده لو حطيت نو سونار زان يبقى نو سونار معها than وهاردي معها وين وسكيرسلي معها وين بس بيقول لكم لهم شكل تاني بقى لو بدأنا بيهم الجملة سواء بنو سونار او هاردي وسكيرسلي بنضع صيغة الاستفهام بجيب هادة الاول وبعدها الفاعل وبعدها التصريف التالت وتكملت الجملة عادي بقى نو سونار هاد زي لاحظ الفرق هانا بقول زي هاد نو سونار فنش لكن هنا اقولي بقى نو سونار هاد زي فنش دي بينتينج او هاوس ذان وي موفد انتو ات هارديلي هاد زي فنش او هاوس وين وي موفد انتو ات يبقى لو بدأنا بنو سونار وهارديلي وسكيرسلي هنجيب هاد وبعدهم فاعل وبعدهم تصريف تالت وحنا اتفقنا ان الحدث الاول ماضي تام والحدث التاني ماضي بسيط وديك شايفه نو سونار زان وانيها كده وهارديلي وين وسكيرسلي وين نو سونار زان وي هارديلي وين وسكيرسلي وين نو سونار هاد they finished بانتو او هاوس than we moved into it هارديلي هاد they finished بانتو او هاوس when we moved into it في تركيبة اسمه it was only when it wasn't until وبعدهم ماضي تام وذات وماضي بسيط التركيبة دي برضو ليس فقط عندما او لم يكن حتى وحنا متفقين ان سواء دي او دي ان الفاعل زي ما قلنا الحدث الاول ماضي تام والحدث التاني ماضي بسيط it was only when اهو التركيبة دي على بعضها كده it was only when i had done my homework that i went to bid ادي ذات ايه مع it was only when no sooner than hardly when وسكيرسي it was only when it wasn't until it was only when it wasn't until it was only when it wasn't until تعال بقى الملحوظات المهمة جدي لو جياش بعدي after وبفور فاعل ييجي بعديهم اين جيه بعد الحادثة اللي حصل he wasn't able to move ما كانش قادر يتحرك she had done the shopping before returning home شايف بفور بعد اين جي برده لو ما فيش فاعل بس خلي بالك الان جي اللي بعد افطر دي لو ما فيش فاعل ودي بديل للماضي التاني بفور بعد اين جي لو ما فيش فاعل والان جي دي بديلا للماضي البسيط she had already visited the city before the school trip بفور بعد انا وناهو يبقى افطر وبفور ما فيش فاعل بعديهم ييجي بعديهم ناون يأما فير ببلاسي اين جي افطر مندنج زكار نادر ترافل افطر سطادينج انجلش بعد ما زاكر انجليزي نادر سليبت بفور سليبنج نادر هاد سطاديد انجلش يبقى افطر بفور يدبعوا باين جي تمام زي ما قلنا في افطر واسون از بقى تستخدم كلمة اسمها هافنج كلمة هافنج معناها بعد وبعدها التصريف التالت دي زي افطر واسون از كده لو في فاعل وبعدهم هاد وتصريف تالت بس هافنج بعدها التصريف التالت دي بتساوي بعد ما عملت التصوك رجعت البيت او روحت انا عايز اكد على حاجات عالصبورة افضل عشان ما يبقاش مجرد قراءة بنأكد تاني ان كلمة نوسونر ناحية التانية معاها بان لم يكد حتى نوسونر زين في الصيغة دي على بعضها لم يكد حتى يعني مسافة ما حاجة حصلت حصلت حاجة تاني في تركيب اسمها it was only when it wasn't until بعد يوم فاعل ماضي تام كلمة ذات وفاعل ها وماضي بسيط it was only when i had studied that i slept يلا يا باشا كلمة هاوينج دي بقى انا عايز اأكد عليها عشان لها شكل تاني في البسف عشان ما يدهكش عليك في الانتحان هاوينج ادي هاوينج اهي ستتبع بالتصريف التالت والناحية التانية ماضي بسيط هاوينج ميندد ذكاه علي ترافيلد بعد ما صلح العربية هاوينج ميندد ذكاه علي ترافيلد لكن عايز اقولك ان ممكن هاوينج ييجي بعدها بن وتصريف تالت في البسف يعني اقولي بقى هاوينج بين ميندد بعد ما تصلاح تخلي بالك هاوينج بين ميندد كاما هاوينج بين ميندد ها ذكاه هاوينج هاوينج بين ميندد ذكاه كانت جاهزة بقى للرحلة او للصف هاوينج بين ديكوريت بعد ما تزيانت زادو ايه زاروم بانت انها جميلة لكن هاوينج ديكوريت زاروم بعد ما رتب القوضة او زينها نادر ها ووتش دا فيلم لكن هاوينج بين ميندد هاوينج بين ديكوريت هاوينج بين ريتن هاوينج بين تصريف تالت كذلك كلمة افتر افتر ميندنج زكار نادر ترافل افتر بينج ميندد باسف برضو وبفور ميندنج زكار بفور بينج ميندد يعني سواء افتر وبفور مش بيجي بعضهم عين جي يبقى الباسف بتاحهم بينج وتصريف تالت هاوينج بعدها تصريف تالت الباسف بتاحها بكلمة بن او هاوينج بين ميندد تصريف ثالث وممكن بن وتصريف ثالث وافتر بعضاين نجي وممكن بينج وتصريف ثالث لو خي الباسب افتر بينج مندد زكار لقد بيولغو افتر بينج مندد لكن افتر مندينج زكار اكتب المعلومات دي يا بنكتب افتر شي هاد دانزا شو بينج شيري تير ندهوم قلنا هافنج دانزا شو بينج واديني قلتلك هافنج بن برضو عشان ايه تبع عارفة بنقول لحضرتك خلي بالك بقى في افتر وفي ايه بفور في افتر ذات وبيفور ذات افتر اولا في كلمة ايه اسمها بفور ذات بفور ذات بعدها ماضي تام خلي بالك والنحية التانية ماضي بسيط بفور في كلمة بتساوها اسمها افتر ذات يعني خلي بالك أفطر غير أفطر ذات وبفور غير بفور ذات افهم بالراحة كده أنا تفرقت على الفيلم قبل ذا قبل ما عملت ذا كنت عملت الواجب شايف المفترض بيجي بعدها ماضي بسيط لكن بفور ذات بعدها ماضي تاني أنا خدت دوش الأول أفطر ذات مش أفطر أفطر ذات بعد ذا ماضي بسيط بعد ذات خلي بالك من ملحوظات اللي جاي دي بقى مهمة جدا يأتي الماضي التام مع كلمات المضارع التام للناس اللي حفزت الجرامر إذا جاء معها ماضي بسيط خلي بالك سواء مع سينس وفور كل الكلمات دي ممكن تيجي مع الماضي التام لو قبلها ماضي بسيط I had never I had never هي جاي مع هذا I had never tried Chinese food before لو قفت هنا يبقى I have never tried Chinese food I have never I have never tried Chinese food before لو حطت فلس تبقف لكن بقولك before I went 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 ماضي بسيط يبقى had never tried ماضي تام جاي مع أوريدي عادي جدا لأن الناحية التانية فيه ماضي بسيط آخر جملة بقى في الجزء ده The lesson had already started لو قلت كده لحد كده أقولك The lesson has already started الحصة لسه بدأ حالة لكن بقولك The lesson had already started when he arrived لما وصل أوريتشت زاكلاسرو لما وصل قل ايه الفصل الدرس كان لسه بدأ يبقى لو الناحية التانية فيه ماضي بسيط ممكن ماضي تام مع كلمات المضارع التام فكلمات المضارع التام قد تأتي مع الماضي التام لو الناحية التانية ماضي بسيط قد يأتي الحدثان ماضي بسيط ودي قلناه قلتها ما كنت بشرح من شوية مع دوات الرابط للتعبير احنا حدثين حصلوا في نفس الوقت هنا مفيش فواصل زمانية بقى When he saw a snake لما شاف التعبان In front of her she cried مجرد رؤية التعبان السويت حصل انت يتصو بك كده بعد النتيجة ان شاء انت ماشي في الشارع على انت فين ياه يا بابا تعال ياه انت جبت تسعة وتسعين ايه 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 في الشارع مجرد سمعك الخبر اتنططت من السعادة وانا بقى بس تشهدك المشهد ده لاني ممكن مشهدين يحصلوا تعال ياه عشان تحتفل تعال ياه ومش هيقولك انت جاي ليه عشان لما تروح له هيقولك بقى لما تروح له هيقولك اختار لنفسك انهي موقفين يقولك في الشارع فيفرحك وتتنطط ولا تروح تتنطط بقى من الدار باللي هتاكلها معلمة اختار ومازال لسه قدامك الاختيار ومازال الامل موجود واذا اردت ستكون بقولك اختار لك المشهدين تسمع تتنطط من الفرح او تسمع قد تفقد الوعي على فترة يبقى الحدثين حصلوا في نفس الوقت تسمعت فرحت تسمعت وقعت في نفس اللحظة سمعت فرحت تسمعت حزنت شفت يد سمعت فرحت تسمعت حزنت او سمعت فرحت في نفس اللحظة مفيش فواصل زمنية بين الحدثين لكن لو فيه فواصل يبقى ماضي تامي الاول والحدث التاني ماضي بسيط لكن حدثين حصلوا في نفس الوقت بدون فاصل زمني لتنين ماضي عادي جدا مجرد ما سمعنا الخبر قال لي على طول في نفس اللحظة لسمح مجرد ما سمع الأخبار الحزينة دي فقد الوعي خلي بالك من المعلومات اللي جاي دي بأن قد يأتي ثلاث أزمينة في جملة واحدة الماضي التام الأول والاتنين ماضي بسيطة وبص ممكن بعدهم ماضي بسيط وماضي بسيط وذات وماضي تام مش شرط يجيب نفس الترتيب ده على فكرة بس أهم حاجة إن الماضي التام الحدث الأول لما وصلت المحطة اكتشفت في نفس اللحظة إن القطر كان ميشي وصلت المحطة يا باشا القطر راح فين؟ مش يا باشا يبقى اكتشفت لما وصلت اكتشفت إن القطر ميشي القطر ميشي من قبل ما روح مجرد ما شفت أحمد أدركت في نفس اللحظة نسيت الكتاب بتاعه في البيت بعد ما سمعت الأخبار بتاعت إن أنا نجحت في الامتحان تصلت بوالدي يبقى الخبر الأولان إن أنا نجحت أنا ناجح من قبل ما يكلموني الماضي التامي الحدث الأول لما وصلت البيت نسيت المحفظة لما وصلت البيت أهو حدث الأول هتقولي إلا إن أنا وصلت لا اسمع لما وصلت البيت اكتشفت اكتشفت وصلت فاكتشفت اتنين ماضي بسيطة هم لما وصلت البيت اللي تسرق من قبل ما أنا روح يبقى قد يأتي ثلاث أزمينة في جملة واحدة الماضي التام واثنين ماضي بسيطة هم وقلت لك قد يأتي الاثنين ماضي بسيطة لو حصلوا في نفس الوقت دون فاصل زمني وقد يأتي حدث سبق حدث الحدث الأول ماضي تام والحدث الثاني ماضي بسيط فهو أنت بتحلي افهم الله يكرمك الماضي التام ممكن ييجي بقى الواحد في جملة بس هيجي مع باي وتعبير للماضي يعني باي يستر داي ده يبقى ماضي تام باي توساوذنان تيرتين حلول عام الفين وتلاتاشر باي يستر داي باي يستر داي يبقى باي هي والتعبير في الماضي يبقى ده ماضي تام لوحده we had reached birth باي توساوذنان ايتي او ايت الفين وتمانية او الفين وتمنتاشر الفين وتسعتاشر I had learned to drive a car ده الماضي التام الماضي التام بقى في بعض التركات المال انا قلتها لك وانا بشرح برضو بس ااكد لك على تاني في بعض الحاجات جديدة passive الباسف بتاع الزمن ده بيبقى بكلمة بن برضو يعني زي المضارع التام كده after she had done بعد ما عملت here homework اش سلبت يبقى after here homework بعد ما الواجب بتاحمة وليش had done لقى had been done passive او تركس بقى ده يخلي بالك منها no sooner احنا قلنا لو بدأنا بنو sooner وهاردل وسكرس هنبدأ بهاد والفاعل والتصريف التالي الكلام ده لو فيه فاصل زمني لكن التركة ده مهمة انه ممكن اجيب no sooner وهاردل وسكرسلي وهجيب did وبعدها فاعل وبعدها فعل في المصدر لو حدثين حصلوا في نفس الوقت دون فاصل زمني no sooner did he see the accident مجرد ما شاف الحدثة then he called the police في نفس اللحظة التاصل لكن الجملة العلونية no sooner had he finished the homework then he slipped يبقى خلص الواجب وفيه فاصل زمني يبقى مش كل no sooner اول ما تشوفها تقول المستر قال لنا لو بدأنا بنو sooner وهاردل وسكرسلي هنجيب هاد وفعل وتصريف تالت وفيه ناس بتراح دمخها متشرحش الجزء اللي تحت ده ولكن راح دماغك كل العلال الإنجليزي سهل وخلاص لا لازم انتركز no sooner did ها سي تعرفها ازاي مصدر اهو يبقى دي دد لكن no sooner had he seen سين سين سي غير سين وبوت غير باي يعني no sooner had he bought مجرد ما اشترى than he روح بقى روح البيت no sooner did he buy no sooner had he bought يبقى هاد فعل تصريف تالت no sooner did he buy did he eat did he swim did he see did he write did he get did he succeed did he read تعال بقى when i reached home ادي القواعد ويني التلاتة هوم when i had reached the station the train lift احنا متفقين انه ويني ممكن يجي بعدها ماضي تام ماضي بسيط وممكن ماضي بسيط ماضي تام وممكن لتنين ماضي بسيط ويني قواعدها كتير جدا انت لسه اخد انه ويني بعدها ماضي بسيط واني احيى التانية ماضي مستمر وممكن لتنين ماضي مستمر لو حصلوا كانوا بيحصلوا في نفس الوقت فين في الماضي وممكن لتنين ماضي بسيط لو حصلوا في نفس الوقت دون فاصل زمن وان ما فيش بعضها فاعل يجي بعضها يجي برضو بس دي تخضع لي اي بقى تخضع قلنا للعادات وين فيزيتينج لندن وين درينكينج كافي حاجة بفيها تكرار وين اي هاد ريتشت زا ستيشن زا ترينليفت يبقى هنا الحدث الاول ان انا وصلت والقطر اتحرك بقى بعدها يبقى انا وصلت بقى ادري فالحقته عرفت منين يا مستر مانا وصلت الاول يا ابني ما ده الحدث الاول وده الحدث التاني لكن وين اي ريتشت جبت لك الماضي البسيط يبقى ده الحدث التاني اي زا ترين هاد ليفت القطر كان مشي يبقى انا وصلت متأخر القطر فاتني لكن وين اي ريتشت زا ستيشن زا ترين ليفت القطر تحرك في نفس لحظة وصولي الاتنين ماضي بسيط في نفس اللحظة افتر اي هاد دان ماي هومورك بأكد لك الباسف تاني اهو افتر اي هاد دان ماي هومورك لكن ما تبقاش حمر وتقول لي افتر ماي هومورك هاد دان حتة لأنا قلتها لك بتاعة بعد ما صلح العربية اتجهت الاسكندرية لكن بعد ما تصلحت العربية زكار كان مستعد للجرنة لكن لكن بعد ما تصلح زكار زكار لاحظ بقى الماضي التام احنا كنا قلنا لسه من شوية مع الماضي البسيط لابقول قلنا لو بنتكلم في المدارع بنجيب ماضي بسيط طيب لو حاجة حصل عكسها في الماضي ماضي تام مع لو بتكلم عن شيء حدث عكسه في الماضي بجيبه ماضي تام يا ريتك جيت معنا مبارح يا ابني والله يا ريت الزمالك كسب مبارح وانا قلت لكم في السنتر كده لما تمانا شيء في المستحيل في المدارع مدارع بجيبه ماضي طيب حاجة حصل عكسها في الماضي يبقى ماضي تام كنت بغانا لكم كده مضارع ماضي 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 تام مستقبل ودو كود مستقبل ودو كود مستقبل ودو كود ياريت نادر اساعدك بقى بكرا مستقبل ودو كود مستقبل ودو كود ياريت نادر يبط الكلام بقى انت بتتمنى شيء مستحيل في المستقبل ودو كود لكن لو مستقبل المستقبل مضارع بجيبه ماضي I wish I were a millionaire. I wish I were a millionaire. I wish I had a car like that. I wish the weather were not cold now. لك أنا بأتكلم في الماضي بقى حاجة حصل عكسها. I wish you had come with us yesterday. العل اللي كانت على البحر روحت. ولك ياريتك كنت معنا مبارح. كانت نقصك والله. ياريتك جيت معنا مبارح. ياريتك جيت. I would rather he had studied harder last week. ياريته كان ذاكر كويس بسبوع الفات. ده معنى أنه ما ذاكرشه أصلا. I wish you had been with us at the part yesterday. يبقى الماضي التام ممكن يجي مع I wish و if only I would rather للتعبير عن شيء حدث عكسه في الماضي. I wish زمالك hadn't lost yesterday. ياريت الزمالك مخسرش مبارح. يبقى إذن الزمالك خسر. يبقى الماضي التام بتكون من هذا وتصريف ثالث. الماضي التام يعبر عن حدثين حدثوا في الماضي. الماضي التام حدث سبق حدث. الحدث الأول ماضي تام والتاني ماضي بسيط. وقلنا قد يأتي الحدثين ماضي بسيط لو حصلوا في نفس الوقت دون فاصل زمنيش. سمعت خبر نتيجة فرحت إن شاء الله وده اللي هيحصل طالما أنت عايزت بقى كده إن شاء الله. تعالى بقى بالزمن اللي جاي الماضي التام المستمر. هو شبيه برضو بالفرق بين المضارع التام العادي والمضارع التام المستمر. الماضي التام المستمر بتكون من هات زائد بن زائد برب بلاسة إن جي. ده بقى يعبر إن الماضي ده حدث استمر قبل حدث آخر. يعني الماضي التام المستمر هيديك مدة استمر فيها الحدث قبل حدث تاني. استخدم الماضي التام المستمر اللي يعبر عن حدث استمر لفترة في الماضي قبل وقوع ماضي آخر. وهو عادة يجي مع الأفعال اللي قلنا بتستغرق مدة طويلة زي ويت ينتظر. دو يعمل، استاضي يزاكر، لف يعيش، وورك يعمل، استي يقيم، بلي يلعب، ووتش يشاهد، سليب ينام، بنت يرسم، ريد يقرأ، رايت، توك، رن، ووك، ترابل، ده كل الأفعال قبل أنها تستمر. ويني متهم أنا لما قبلته، هات بين ووركينج فورتو آورز، شايف المدة؟ يبقى ماضي تام مستمره، حدث استمر قبل حدث تاني ماضي بسيطه. هات بين وراءة تاني ماضي بسيطه، حدث تاني ماضي، وكان مجهد، وكان مجهد، بكوز يعمل، منذ الفجر، بدي سببه، وكان مغطى بالدهان لي مبارح كده، وجسمه مليان دهان، لحظ بقى، الماتش تقاطع، ليه بقى؟ وي هات بين بلايينج، فورا ناور، ويني تستارت تورين، هناك بقى أفعال برضو نفس الحوار، بس خلي بالك، احنا بكنا بنقول، وي آر جود فريندس، احنا أصدقاء يبقى، وي هاف نون، مضارع تام، هنا بقى، وي وا جود فريندس، احنا كنا أصدقاء كويسين، لقد أصدقاء Somovun، مانش، هنقول، هات بين نونج برضو، مش هقول هات بين نونج، إن الفعل برضو، ما يجيش في الاسمرار، نفس الحوار اللي كنا من إليه مع المضارع التام المستمر، هذه الأفعال برضو لا تأتي مع الماضي التام المستمر، يبقى We were good friends! we had known each other 14 years. برضو الناس الماضي التام المستمر ما يجيش مع الأفعال اللي يتستغرق مدة طويلة، قلنا الأفعالtat يا صبر الرديم، داون يتعطل زي ستوب يتوقف كلوز يغلق اوبن يفتح اند يونهي فينش يونهي او ينتهي شي واز ليت كات متأخرة ليه زكار هاد بروكن داون مش هنقول هاد بين بريكنج داون برضو اذا جاب عدد مرات برضو لحدوث شيء في الماضي بقى ماضي تام عادي وليس ماضي تام مستمر ونا يميت هم انا لما قابلته كان خلص ثلاثة تقارير دا الفرق بين الماضي التام والماضي التام المستمر هيبقى الماضي التام المستمر هيجيب لي مدة قبل الماضي البسيط يبقى مدة هي بس ما تحتمدش على المدة دي برضو لانا اقول لك انا عرف نادر اون مدة بس الفعل دا ما يجيش في الاستمرار يبقى شايف الراجل اللي هناك ده شايف نادر اللي ماشي هناك ده كنا أصدقاء في يوم الأيام لكن لما كنا بنقول مضارع هو شايف نادر اللي ماشي هناك ده إحنا مازلنا أصدقاء لأنني ما زلت أعرف مش هابين نوينج و هاد نون مش هابين نوينج بكز أسون أس بصيب على الجمال الجميلة دي الجمال الجميلة اختفت لا إله إلا الله أسون أس بمجرد أن زفوتوغراف ورها الصحب أدي ماضي بسيط أدي أسون أسه فين الماضي التام هنا أهو يبقى هاتيك يبقى هنا خلي بالك بقول بفور anything went wrong with it بفور anything wrong went with it في ماضي بسيطة هو يبقى بليه ماضي تام فين الماضي التام هاد هاد ماضي تام ما ينفعش أول هات been having it was dark when we reached the beach الجو كان ضرمة لما وصلنا الشاطئ because the sun لأن الشمس كات إيه غربت يبقى هات down down كات غربت هنا هي شمس غربت من قبل ما نوصل للشاطئ ده الحدث الأول ده رقم واحد افتر مونة هات بليت زبيانو ماضي بسيطة تامه she her sister with her homework يبقى بعد ما خلصت ساعدت يبقى held held before I breakfast this morning I had brushed my teeth ماضي تامه ده الفرست اكشن فين بقى الماضي البسيط الماضي البسيط هاد واحدة هازو هاف الماضي منها هاد ماضي بسيط by the time by the time بعد ما دي بسيطة هو my brother يبقى ماضي تام وفي three languages يبقى هاد learned no sooner did he hear أنا جوابت no sooner here مصدر هو انتعرف لو هيرد تبقى هاد لكن did ده هو لما يقد يسمع خبر الأخبار الحزينة دي bad bad news he fainted فقد الوعي الجملة اللي جاية دي مهمة 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 last year ماضي بسيطة هو i spent a month السنة اللي فاتت انا قضيت a month in france شهر شهر فرنس اي اي بقى of going the since احنا لسه يريدين ان since بعدها ماضي بسيط قبلها مضارع تام الكلام ده لو مجاش قبلها ماضي بسيط لكن لو جيه قبلها ماضي بسيط الاجابة had dreamed انت خلي بالك عشان دي جات قبل كده في نموذج التجرب كريم فيل اسليب during the football match نعم اثناء المباراة because he to bid late لانكم راح نعم متأخر يبقى كريم فيل اسليب during the football match because يبقى he had gone by the time by the time والنحية التانية writing her report she had drunk had drunk ده الحدث الاول اهو ده الحدث الاول ماضي تان يبقى هنا ماضي بسيط by the time she finished تعال با يا باشا للصفات grammar unit 2 ده مليان grammar هو grammar unit 1 ايه هي الصفة اولا الصفة عبارة عن كلمة بتصف الاسم مستر نادر ده stalkative رغاي the weather is cold الجو برد الصفة لا تذكر ولا تفرد ولا تؤنس ولا تجمع نادر is tall Sarah is tall we are tall he is poor she is poor we are poor ما فيش فقير فقيرة فقراء حركة الاعراب دي هو حركة الصفة انها تؤنس وتذكر وتفرد وتفرد وتجمع دي بقى حسب حركة الاعراب في اللغة العربية وتجمع وتجمع براحتك عادي لكن الصفة في اللغة الانجليزية هي صفة كلمة واحدة Sarah is happy وانا happy وانت happy ان شاء الله اخر السنة نبقى سعداء باذن الله يبقى الصفة عبارة عن كلمة بتصف الاسم أمر أمر طول طويل the weather is hot the weather is hot the weather is hot الصفة بعد verb to be اذا ما احنا بنقولها verb to be الصفة تيجي بعدية نادر seems tired برضو بتيجي الصفة بعد صفات عفعال معينة he seems tired هو يبدو مجهد tired يبقى الصفة عبارة عن كلمة تصف الاسم الصفة تأتي بعد verb to be الصفة في اللغة العربية تأتي بعد الموصوف صار فتاة مجتهدة فتاة جميلة فالصفة بعد الموصوف فتاة فتاة جميلة شايف الصفة بعد الاسم لكن هترجمها باولي بقى ا ولاحظ بقى ان الصفة هتصبك با وان لو تبحى اسم جاء اي مفرد a beautiful a beautiful woman انا قلنا فتاة يبقى جير a beautiful woman a beautiful girl an expensive car سيارة غالية السمان يبقى في اوان قبل الصفة لو بعدها اسم مفرد a beautiful woman a beautiful girl a hard exam an easy exam الصفة عبارة عن كلمة تصف الاسم تنقسم الصفات بقى لكذا نوع في صفة قصيرة مدرسنا رحمة الله عليه يقول لنا كده اراها كده تقول لك مقطع واحد كده بسيط short وفي صفات طويلة بس كده اهو يبقى دي الصفات اهيه تصنف الصفات ل short adjective صفة قصيرة fat big young صفة طويلة زي beautiful dangerous expensive شوف المقاطع بتاعتك كبيرة ازاي و irregular الصفات الغير منتظمة بقى good تبقى better than ويزا بيست وهنقول لك كلام ده بلوقتي الصفات برضو بتنقسم ل positive positive adjective يعني الصفة بدون مقارنة يعني ايه الصفة بدون مقارنة نادرس طويل نادر طويل انا مبكرنش لكن لو دخلتها في الكمباريريف نادرس طولر زان his wife طولر ذان فالر ذان بيجر ذان شورتر ذان بيرر ذان بيرر 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 ذان السبريلاليف صيغ التفضيل بقى the tallest is the youngest is the shortest is the fattest نادر is the tallest man i have ever seen she is the most beautiful woman i have ever met دي صيغ السبريلاليف في التفضيل ما بتختلف حسب الصفة قصيرة ولا طويل تعال بقى short adjective بكرينها ازاي لو عندي صفة زي short وطول وhot وفات وإيزي نويزي صاخب هيفي ثقيل ويد واسع بس شورت عايز اقول اكثر من في الكمباريت في بالاوصفة قصيرة احنا دخلنا في مقارنة الصفات القصيرة هقول شورتر ذان ماي وايف is shorter than me اقصر مني she is the shortest woman the shortest woman the shortest the fattest يبقى دي الصوبريلاليف في سيغ التفضيل يبقى دي المقارن بين اتنين ودي بقى اذا تعدوا اكثر من اتنين وكبا طولر ذان أطول من زا طولست هوت هوتر لحظ مضاعفة حرف التئة هو هولر ذان زا هوتست الأكثر حرارة فات فاتر ذان أدخل من زا فاتست إيزي الصفة منتهي بواي فحولنا الواي لآية هي عشان قبل حرف ساكن وضفنا إي آر إزيار ذان أسهل من زا إيزيست الأسهل القاهرة إز نويزيار ذان أليكساندريا القاهرة إز زا نويزيست سيري هيفي هيفيار ذان أسهل من خلي بقى لك الصفة هنا الصفة هنا أخرها إي أهي فها مش هضف لها إي آر تاني هتبقى آر هضف لها آر بس وايدر أهو وزا وايدست هنضف لها إيزيتي بس يبقى لما نجي نقارن في صفة قصيرة بين اتنين بضيف للصفة إي آر واجيب بعدها كلمة ذا تبسيغ التفضيل هجيب زا وهضيف لنهاية الصفة إي إيزتي يبقى لما أعملكم برد في صفة قصيرة بين اتنين هضيف لنهاية الصفة إي آر واجيب بعدها كلمة ذا تبسيغ التفضيل ذا وهضيف للصفة إي إي إيزتي لكن أطول من نهر الأمازون أطول من نهر الأمازون نهر الأمازون يبقى لنا مكة is the hottest city الصفات الطويلة بقى الصفات مش نقصة طول أصلا عشان تدفلها إي آر فالصفات الطويلة زي مزدحم هنجيب يا مور يلس وبعديهم كلمة زان طب في السبريلارف هنجيب كلمة زموست الأكثر وذليست اللي هي الأقل تكراودد مزدحم بيورفو الجميل جميلة ما إكسبنسي في غال السمن فلو قاهرة is more crowded than Aleksandria أكثر ازدحاما من اسكندرية الاسكندرية is less crowded than Cairo القاهرة is the most crowded city بانها is the least crowded town الأقل the least beautiful more beautiful than less beautiful than the most beautiful وزليست beautiful expensive more expensive العربية دي أغلى من العربية دي طب العربية دي أقل يبقى ليست expensive than the most expensive with the least expensive دي مقارنة الصفات الطويلة بص بقى في اللي جاية دي كايرو is crowded الصفة بدون أي مقارنة دي positive لكن أبو لي بقى كايرو is more crowded than Aleksandria كايرو is the most crowded city football is the most popular game in the world the most popular game أكثر لعبة شعبية في العالم she is the least intelligent girl in class أقل فتاة زكاء في الفصل تعالي بقى irregular adjectives الصفات اللي انت أخدها من وانت في رابع بدائي اللي هي الصفات التي لا تخضع لقاعدة ولازم تتحفظ good جيد الاهلي is a good team الاهلي حاليا is better than zamalik أفضل من الزمالك الاهلي is the best team in Africa دخلنا في وضع التفضيلة هون bad سيء worse than أسوأ من وزورست الأسوأ far بعيد farther بالإي أو باليو أبعد من with the farthest سواء بالإي أو باليو بس قلنا اللي باليو دي معنىها إضافي لما قولك for further information يعني فيه معلومات إضافية little قليل للكمية دي مع الأسماء التي لا تعد بقول less than لو معك كمية أقل مني less money less sugar less coffee دي مع الأسماء التي لا تعد with the least الأقل كمية much ومني وأنا أخدهم فيون الثنين فيون الثنين much ومني وقاله روف قلنا دول معناهم كثير من هنا more than with the most معايا more books than you ومعايا more money than you معايا the most books ومعايا the most money هنا ما شايف ريبا اسمي يعدى أو لا يعدى لأنه معادي يعني Omar is good Omar ده طالب كويس محمد is better than أحمد أفضل من أحمد Omar is the best student أفضل طالب عندنا في الفصل خلي بالك الملاحظات اللي جاية دي بقى أحمد is tall but sami is tallar دايما الطلبة كده كأنك في رابعة بتدائي بتدور على كلمة than بتدور على كلمة than ليه يا ابني عشان يا مستر اختار طولر عصري ما فيه than يا ابني مش شرط أنا بقولك أحمد طويل بس سامي أطول مش نادر is tall but his father is taller لكن والده أطول معروفة يعني the world is getting longer and longer خلي بالك السنة دي كل ما تخش فيها هتبقى harder and harder أصعب وأصعب ما عايزة ناس يبقى stronger and stronger دي بأكد المعنى هو longer and longer taller and taller fewer and shorter shorter and shorter shorter and shorter things أسعاد استمرار intention الحاجة ي countless exchanged Many, more عند التسوف الصفة نستخدم قاعدة اسمها أز أز رحمة الله على مدرسنا كان يقولنا هنشرح لكوا قاعدة أز أز يا أولاد ونحط الصفة في النص أس طول أس و كان هناك كلمة اسمها زاسيم بس كلمة زاسيم تتبع بناون نادر وحسن are the same height نفس الطول the same age the same size the same price the same color color لون the same color يبقى the same بعدها ناون لكن هذه الصفة حسن ونادر are the same age نفس العمر خلي بالك age يعني عمر فدي ناونه حسن is as old as نادر في الصفة هي عمر واندي نادر are the same height نفس الطول عمر is as tall as لانتعلم التساوى بقى منين في بنت as ونممكن نحط بدل as الاولانية كلمة so ونحط الصفة ونحط as بس ده في النفي بس ان انا حطت so دي ومعروفة بقى لما انفى قول not the same the car and the villa are not the same price the car is not as expensive as the villa وممكن نقولي بقى the car is not so expensive as the villa لاحظ ان في كلمة اسمها elder وكلمة اسمها older خلي بالك كلمة elder دي ما تجيش بعدها than she is my elder sister نادر is my elder brother لكن انا ما قولك نادر is older than his wife اكبر من زوجته وعمرا older than older than she is older than her sister ممكن نبين الفرق في الصفات برضو دي معلومة تعرفها مع الكلمات اللي جاية دي لو بقلل أو بزود ممكن نقول much وقلط وفار مش فوريا مكتوبة فورد فار وقبت وقلط وصلايتلي المجموعة الاولانية دي لو بالزيادة ودي لو بالنقصان بقلل الموبايل ده اغلى من الموبايل ده this mobile is more expensive than لكن عايز اقول اغلب كتير اقول much more expensive a lot more expensive وفار more expensive ده وصفة طويلة نادر is taller than his wife نادر is much taller much further much bigger much taller much younger بس اقول more taller هموتك لو قلت more taller more ما تجيش مع صفات ايه قصيرة هنا ماطش ممكن طيب لو انا عايز اقول نادر اطول من زوجته بدرجة بسيطة a bit taller a bit a bit a bit a bit يعني بدرجة بسيطة وقلل ده لو هقلل the mobile is much cheaper than the car the mobile is much cheaper ارخص بكتير من العربية today's test is much easier than yesterday's test much easier مش more easier خلي بالك he is a bit taller a little taller a bit بدرجة بسيطة سنة بسيطة في قاعدة كلما كلما زمور وزمور وممكن ناحية زاليس وزاليس وممكن زمور وزاليس يعني يا عم منادر كلما زادت حاجة زادت حاجة او كلما قال لشيء كل شيء تاني zamore books you read كلما كرأت من كتب الوضع الطبيعي النزاة تيجي مع السوبريالاتف لكن خلي بالك يا جامعة الكمباراتف 검 وزا معها ايه R هي مش ايه ST لان ده حالات خاصة كلما كلما zamore books you read zamore knowledge you gain كلما كرأت من كتب كلما زادت معلوماتك zamore you eat كل ما تاكل أكتر كل ما تدخن كل ما تتكلم كتير كل ما شغلك يقل كل ما تسوق ببطء كل ما ديبقى أفضل لك لكن بابا لو أدك مفتاح العربية تقوله يلا بابا خانا نسوق كل ما نصرع كل ما يبقى أحسن نقولك نروح لأخرة أصدق كل ما نصرع نروح لأخرة أكتب هاني بخلي بالك بقى إن كلمة موست ممكن تيجي قبل الصفة بدون ذا وهنا هيبقى معناها جدا العربية دي يعني شايت جدا فكلمة موست هنا معناها جدا لكن يبقى هو الأكثر فيلما تشويقا على الإطلاق يبقى الأجمل على الإطلاق لكن لك في هذه الموست هنا معناها أنا بحب الرسمة القديمة دي كتير بيست هنا معناها كثيرا لكن ما قولت بيست الأفضل خلي بالك أمر is the shorter of the two boys لو قلت تو يبقى the shorter the further the better لأنه بقولي اتنين سارة is the taller of the two girls أطول واحدة في الاتنين لكن زودنا عن اتنين تلاتة بقى زودنا عن تلاتة اربعة يبقى أنت دخلت في the tallest هو the shortest حبيبة الزمور intelligent of the two sisters بقولك تو أهو يبقى هنا زا طولر زا فتر زا مور لإني بقولت زا تو يبقى دي كمباراتي في صيغة الكمباراتي في معزاه هنا مش معايه مع سوبرالر نادر ما له نادر اللي تعبنا وقارفنا بالواجبات والكلمات ده لو ازهقنا منه ومحسة مراجعات ستة يونتات تعدي مش عارف كام ساعات ما هقوله يا ابني عشان تزيد الدرجات ومش عايزين الدمعات عايزين الايه السعادات نادر is boy in our class كوني بقول في الفصل كله يبقى نادر is the tallest boy the you read the more information you gain ها the more you read the more information كل ما تقرأ اكتر كل ما علوماتك تزيد عمر ايه than 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 his sister يبقى older than she is the beautiful woman i have ever seen يبقى this the most الاقمل of the two brothers two 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 عمر ايه طولر the more you eat كل ما تاكل اكتر the fatter you become كل ما تدخن اكتر which is london or kairu يبقى which is colder فين دان يا مستر يا ابني بقولك بقولك which is colder امن الابرد london او الكايرة ما هو اتنين اهو يبقى colder the two friends are the same age now مش عقولة the same old ولا young ولا younger زارتسي is not big as يبقى سوء ولو كانت أزم موجودة قد صح she is more beautiful than her sister يبقى much more beautiful much more much more much more لو في قلوت قد صح مش قلوت of قلوت مور وفار مور برضو قد صح خش على unit of the vocabulary athletes رياضيين او لعب القوة overcome يتغلب على ولازم انت overcome تتغلب على الصعوبات اللي في حياتك demonstrate يوضح او يتضاف tournament دوري او العاب دورة العاب يعني رايس استرول واشرز author مؤلف او يؤلف master degree درجة الماجستير ان شاء الله تعملها developed countries دول متقدمة developing دول النامية summarize ولخص لك تشرر المحاضر اللي بيرك المحاضرة contribution اسهامات the fly is by contributions وتاخد ميك خلي بالك make contributions يقوم باسهامات physicist عن الفيزياء role model اللي هو النموذج او القدوة ob skill عقبة ويا ما هتواجه في حياتك ob skills عشان توصل لتموحاتك فيش حاجة سهلة planet كوكب remarkable رايع ودي صفة جميلة remarkable swing اللي ارجوح او مرجيح ambitions اللي هي aspirations طموحاتك pharmacist صيدلي pretty so beautiful جميل tears الدموع podcast ملف صوتي eye contact التواصل بالعين بينك وبين والدتك كده لما تكون في مكان برا ولا انت في مكان برا تبصلك البصة حاضر يا ماما مش هاكل كده حاضر تفكر نفسك في البيت عند الضيوف tears زي الدموع podcast eye contact التواصل بالعين فارس تسي الأولويات يعني حاجة qualify يؤهل أو يتأهل الفكر ما دي مهمة stereotype الفكر النمطي ان المرأة ما كانها المطبخ والهبأ اللي بنسمعه ده ما فيش حاجة اسمها كده مرأة قادرة على إحداث الفارق المرأة يعني عضو فعال في المجتمع determination تصميم أو عزيمة أو همة prejudice التحامل والتحييز rank بفعل يصنف أو رتبة بس الرتبة العسكرية look up was يحترم أو يعجب به have an impact تقول له تأثير بالإكسبريشنز specialize in يتخصص فيه name after لما تسمي حد على اسم حد defy التعبيرات دي مهمة جدا والcollوجيشنز دي defy prejudice يعني يقهر التعصب make history يصنع التاريخ في يوم من الأيام ممكن انت make history والله ما فيش حاجة بعيدة على ربنا الإنسان عنده تموح make contributions يقدم اسهمات crawl to وعطول crawl with قاسي معه kind of too برضو طيب معه مش with accessibility in أو on أو at قلسة إلنها face over skills شفت هتواجه صعوبات عشان توصل لتموحاتك face challenges تواجهتم ايه؟ تحديات overcome problems تتغلب على مشاكلك colonel rule اللي هو الحكم الاستعماري تعال بقى للكلمات والمرادفات prejudiced منحاس بتسوي biased دي المرادف unique كلمة دي مهمة جدا unique فريد أو متميز من النوع exceptional يعني حاجة بص استثنائية power lifting layout lifting breeze يتنفس قلنا الأخيرة ايه؟ معناه يتنفس respire يتنفس hold someone back لياعوك hinder وprevent grades ليا ماركس والسكورز الدرجات بتاعتك بيرفا ينقي clean ينقي برده وينظف aim هدف وقول هدف برده prejudiced إنسان ما يبقى منحاز عكسها unbiased أو impartial successful unsuccessful ايكواليتي المساواة inequality justice injustice grateful ungrateful grateful يعني ممتنى أو شاكر دي عكسه ناكر للجميل بتاعت حرف جارة 2 grateful 2 ممتنى لي recognizable unrecognizable لا يمكن التعرف عليه ethical unethical professional محترف professional unprofessional أو amateur في amateur كلمة دي كانت مكتوبة spelling عندكو غلط صحيح هيا هيا a-m-a-t-e-u-a amateur تشاه في الأخير البسيطة كده amateur اللي هو الهاوي اللعب الprofessional ده bid بتدفع له فلوس وبين النادي عقد لكن الunprofessional أو amateur ده بيسموه unpaid ما بتدفع لهش فلوس لسه ما بياخدش فلوس تعال بقى للنوتس اه في reward و punish يكافئ punish وعقب في compete يتنافس وكلمة compete بتاخد كذا حرف جارة في compete with و compete in و compete for لما تنافس مع حد يبقى with أو against compete in لما نتنافس في مجال معين compete for لما تنافس من أجل الحصول على شيء her dream her dream حلمها was to compete in the Olympics إنها تتنافس في الأولمبياد we are too small to compete with a company like that إحنا يا ابن صغرين في المجال ده إن إحنا نتنافس مع شركة بالحجم ده 10 teams 10 فرق will compete for the cup هتتنافس من أجل الكأس في award و reward قلنا award يمنح منحة رسمية أو جايزة أو يكافئ مكافئة يمنح درجة علمية أو شهادة أو جايزة ده بشكل رسمي نجيب محفوظ was awarded nobel price فده بشكل رسمي لكن reward يكافئ مكافئة كده بابا يديك مكافئة حلوة كده في البيت مكافئة بشكل ودي award قلنا جايزة رسمية تمنحها شيئة جامعة أو مؤسسة reward يكافئ أو مكافئة بابا يديك مكافئة ميت جنيه كده rewarding مجزي لما قولك مهنة التدريس دي rewarding job مهنة مجزية ماديا ومعنوي present sadat was awarded nobel price for peace منح جايزة نوبل للسلام was awarded نجيب محفوظ was awarded nobel price for literature mister nadir rewarded me كافئني for getting high marks in the last exam كافئني يبقى كافئني مكافئة ودية كده reward التعبير بكلمة the first who's the second who's the next who's the last who's the only تاخد 2 زاد المصدر she was the first student to arrive dad is the only man to help me the only the first the second the third the fourth the last تعبيرات دي انت مع تو encourage you shaggah وبعدها مفعول زاد 2 مصدر الكلمة دي مهمة جدا another encourage me encourage me to study شجعني ان انا اذاكر encouraging مشجع الله درجاتك are encouraging مشجعة يعني تبحث عن الانسان يوصل ويواصل حياته encouragement تشجيع the noun discourage يعوك او يمنع خلي بالك بعدها from وبعدها in g تخليش حاجة ابدا discourages you ابدا تمنعك from reaching your dreams discouraging محبط حاجة محبطة discouraging marks درجات محبطة discouragement الاحباط او التصبيت العديمة ان انت تحبط من عزيمة الناس كلمة grade خلي بقى لك الفرق من grade و degree grade درجة او صف دراسي او ردبة او صنف او نوعية او يصنف حسب الدرجات grade خلي بالك graded testis graded الصفة معناها متدرج graded exercise دي تدريبات متدرجة من الاصعب قصد من الاسهل الاصعب degree الدرجة العلمية او الشهادة الجامعية master degree درجة الجامعية ان شاء الله تاخدها engineering degree درجة الهندسة ربنا يحقق لك تموحاتك بإذن الله فاردو كلمة degree بتجي درجات الحرارة او الدرجة الماوية degree Celsius degree centigrade مولك degree Celsius ليه درجات الايه درجات الحرارة او الدرجات الماوية degree يعني ايه يدرس للحصول على درجة انا بعمل درجة ماجستير degree degree في argue with يجادل معه في argue for يناضل من اجل شيء وارجيو اباوت لما تجادل بخصوص حاجة وارجيو اجنست لما تبقى ضد حاجة فكلمة argue with لما تجادل ما تجادلش مع بابا I don't want to argue with you just to do it انا ما عنديش قدرة ان انا جادل معك اعملها كده وشوف اعمل فيك ايه argue for لما تدافع عن حد كلنا argue for ايه freedom ننادي بالحرية freedom كلنا argue for freedom ننادي بالحرية she argued for women's rights هي بتناضل من اجل حقوق المرأة في argue about she argued about she argued about going out بيجادلوا بخصوص انهم ما يخرجوا وكده argue against لما تبقى ضد حاجة كلنا argue against racism ضد العنصرية racism العنصرية they argued against prejudice هما بيضنضلوا او بيجادلوا ضد التعصب prejudice في كلمة اسمها racial discrimination عايزك تكتبها racial التمييز العنصري racial discrimination جنوب افريقيا هذه الدولة الجميلة الموقفها الداعم للاخوة الفلسطينيين ما تحط اسرائيل في محكمة العدل كده وتوقف قدامها او الرئيس اسود نيلسون مانديلا بتجيلك قطع عن نيلسون مانديلا ولا حاجة في الامتحان هذا الرجل وقف ضد العنصرية بتاعة المحتل اللي احتل بلده جنوب افريقيا وقدى 25 سنة من حياته في السجن وهو زوجته وتحاية سجنت برضه وبعد ما حرر وطلع اصبح اول رئيس اسود في تاريخ جنوب افريقيا نيلسون مانديلا عاش خمسة وتسعين سنة نيلسون مانديلا نيلسون مانديلا فده كان بيقاوم حاجة اسمها racial discrimination قطع الكلمة كده واحفظها racial discrimination racial discrimination racial discrimination racial discrimination تمييز العنصري وفي كلمة اسمها racism العنصرية وفي racist ده الشخص الذي يتبنى الفكر العنصري ماي انجليش الله يتعبنا والشاشة تعبت والمراجعة دي هتبقى طويلة بقى فربنا عنا لكن احنا دايما بنقول نوجين وداود بين مفيش مكسب دون تعب ماي انجليش اتبعني الهمني انجليش تيتشار كها يبقى الهمتني ان انا بقى مدرس انجليزي زيها يبقى محاضر المحاضر يبقى الكتشرار ذي بيلكي محاضر لكن كلمة الكتشر محاضرة او يلقي محاضر ياسمين او او ياسمين يحيا is a great فين بقى النموذج في الكلمة دي for young female scientists العلماء الاناث يبقى role model فين role model اهي خلي بالك W غلط role model النموذج او القدوة it's a a to think that all footballers كل لعيب الكورة are tall to all and strong ده فكري نمطي some of them are quite small شوف ميسي كده يعرفك يعني لعيب صغير بس مش سهل كان لعيب زمان وليد صلاح الدين كان بيلعب في الاهل صغير في الحجم بس مش سهل الغندور برضو رغم ما بحبوش انا كراجل زمال كوب راغيه كتير والحوار اللي بيتم ع القناة بتا بس كان لعيب برضو كويس كان لعيب ضئيل الحجم بس لعيب قوي ما فيش في دماغي لعيبة تانية بصراحة ابو تريكا برضو مكانش حجمه بتاعه مكانش سهل برضو مش شرط ان الفكر النمطي اللعيب الكورة يبقى طويل وقوي مش شرط يبقى ده it's a stereotype فين بقى stereotype اللي هي الفكر النمطي اهي نادية is a nurse who won فازت بإبعاء in 2020 for her work during the health emergency فازت an award بمنحة يعني won an award اللي انا بقولك في 2020 for her a work during the health emergency دي برضو سام رسمي Albert Einstein is perhaps the most famous in France أشهر فيزيائي ده the world has known Albert Einstein is perhaps the most famous physicist تعالين فيزيائي successful athletes لعب الكوى الناجحين are usually able to their problems يتغلبوا على مشاكلهم يبقى overcome يتغلب على the first of a sporting competition is when the opening game is played the first round أو الجولة the first round people often هونغ كونغ بيصنفوا هونغ كونغ إنها أغلى مدينة أغلى دولة في العالم city أو مدينة في العالم يبقى rank بيصنفوا نيل أرمسترونغ made عمل تاريخ by being the first man to walk on the moon كان أول شخص تطأ يا رجل قدمه القمر يبقى نيل أرمسترونغ made history صنع التاريخ liverpool for the final by beating newcastle united يبقى تأهل qualified فين qualified تأهل qualified he was amido for merit وسام التمييز for his bravery and dedication dedication التفاني التفاني في العمل يعني الشدة الإخلاص في اكتب الكلمة دي يبقى he was awarded منحة awarded amido for merit وسام التمييز she is in the top 100 tennis players يا صنفة she is ranked صنفة من المية الأوائي Italy qualified for the second round of that by beating Germany البطولة يبقى tournament she faced the many but she was able to overcome them فين بقى فين التحديات في الكلمة دي challenges اهي تغلبت على التحديات there are many women who prejudice التعصب التعصب and the stereotypes القهروا التعصب defined يقهر يقهر المستحيل والتعصب وش على great expectations الأمان العظمى وشارلز ديكنز قصة طبعا chapter 1 chapter 1 chapter 1 chapter 1 المين vocabulary عند كلمة marches يعني أحراش أو مستنقعات blacksmith blacksmith اللي هو الحداد leg ironis أغلال committed ارتكب جريمة file اللي هو أزميل الحداد أو المابرد اللي بيستخدمه sit off ينطلق في رحلة mist شبورة أو الضباب يعني شبورة بس الضباب اسمه فج شبورة برضو نوع من أنواعد الضباب كده يعني grabbed يعني خطف أو مسك بشدة convict يتهم أو محبوس أو مجرم اسمه convict got away هربة a crime جريمة handcuffs القيود أو الكلبشات buy do a crime أو commit a crime يرتكب جريمة great expectations المقررة عليكم فهي يجيلكوا سؤالين أسئلة نقضية يعني سؤالين عنهم أربع درجات في الامتحان القصة طبعا بتحكي وكتبها كاتب عظيم اسمه شارلز ديكنز تمام وأنا منزل فيديو الشابتر وانا على الفكرة عندوك على القناة برضو فشارلز ديكنز من أشهر كتاب انجلترا في هذا الحوار ودايما كان بيحكي عن معاناة الناس الفقراء بتحكي بقى عن بيب الشخصية الصغيرة ده اللي عايش مع جوز أخته اللي هو جو اللي هو البلاك سميث أوف زا فيليج في القرية وإذا بيه طبعا بيعاني مع أخته ليا ميسيز جو وطبعا أخته كات انكايند تهم وكات سياه المر في كاسات وكات بتضربه جامد يعني ووريدكم بعد طلبة اللي كانت معانا ووريدكم المشهد بتاعه في الأفلام في بعض الإديامز بقى لازم أن تعرفها برضو في القصة والفوكاب برضو مهمة جمبيد أوتوف مايسكين يعني اترعبت من الخوف يعني صامثينج صادن لي فريتن دي مي شيء أرعبني أو خوفني جت ماي بريث باك احنا لسه أخذين كلمة بريث و بريث يعني استعدت أنفاسي ليا ستارت تو بريث نور مالي أجين بعدت يعني ايه بدأت اتنفس بقى بطبيعة تاني التكست بيحكيه طبعا الناراتور اللي بيحكي القصة هو بيب بطل القصة بقولك في يوم بقى في الشتاء ولد صغير قاعد جنب المستنقعات يعني كان بيبكي هذا الولد كان أنا فليب بريب لأني اسمي كان صعب تسي إن أنا أقوله سموني بيب سموني بيب شايف الماضي المستمر كنت ببكي بكاوز ليلة عيد الميلاد وليا خمسة تانيين بردو ماتوا كون العدد ده من أفراد أسرة ماتت في هذه الفترة في لندن يبقى المرض كان متفشي والفكر وشارلز ديكنز كان دايما بينتقد الوضع الاجتماعي الموجود في لندن في هذه الفترة من تدني مستوى المعيشة وانضغط على الناس الفقراء وكان دايما شارلز ديكنز بيحكي عن معاناة الناس دي لأنه كان أحدهم والده دخل السجن فكان حاسس بالناس الفقراء وكان بينتقد ده كنت أعيش مع أختي وقوزها لوجه جو غارغوري جو كان حداد القرية كان تكبر مني بعشرين سنة كان جدا كالا كمبيلين المثال كان دايما زعلانا من نفسها كدا كان دايما زعلانا من نفسها كده لكن سجوده صديقي لكن سجوده كان صديقي بس جودها كان صديقي كان عندي سبع سنين الرجل رح المقبرة عيني طبعا بيب طفل يتيم راح المجبرة في ليلة عيد الميلاد بيشكي حزنه ويقعد في المجبرة راح يزور والده والدته عينه واخواته قاعد كده جنب قبر والدي والدتي المفروض في أبصر في إس هنا دي مش كده هي كده أبصر في بعد الإس قاعد جنب قبر والدي والدتي الجو بقى حوليه كده في المستنقعات ظلمة لسه على وشك أروح وبمشي وانا ترابل فويس شاوتد ليتلك صوت بقولي كويت اهدأ الحرامي بقى اللي هو ما يستخبه في المجبرة ده بقى كويت زين اصمو لبيرد اصمو لبيرد اصمو لبيرد اصمو لبيرد اي نيرلي شام بداو بمي سكان التعبير ده بقى خلي بالك منه يوح بالخوف اهو واتس يور نيم بوي اسمك ايه واتس يور نيم بوي وووكينج سلو لتوارد اسمي واجي نحو قالو بيب سا بيب بيب سا بيب شو مي ويريو ليف وريني بتعيش فين بص ماسكم نفاضه كده شو مي ويريو ليف زمان اي بونتد اتو ماي فيليج شاورت عالقاري قالو يبقى نوت فاراوي شاورت عالقاري انا كده اختي مي سيستر سا ميسيس جو جارجري دي مرات جو جارجري بلاك سميث سا قالو بلاك سميث حدد جز اختك حدد يو قالو اه تعرف ايه يعني بلاك سميث اه تعرف ايه يعني بقى الفايل لا اسميل تجيب مبرد وتجيلي بقى ففكر الراجل بقى ان يجيب له مبرد عشان يفك الاغلال اللي في رجله عشان يهرب شاورني م lesson ذا مان بوينت تو مايpieلج جنوت فار وي هودي يو ليو ويد بتعيش مع مينيجا ميسيس جو جارجري she's the وايف encounters اضبلاك سميث اضبلاك سميث زامان لوقد دي او امств حEs لقائم اصا بس الاخلال West ماشي دي ايو14 خل بلك بيب بدأ يتعطف معاه بص الهدوم اللي ايه الرمادية ويش يعيني بقى علي يطراب وقرفه كده كان بيرتعد زي ما انت بترتعش في البرد دلوقتي تجعرف يدي يعني يازميلي يدي يسكن من الكتاف وقعدي يهزيني كده ينزل مني اي عكل ولا اي حاج I want you to bring me that file early tomorrow morning and some food too تجيب الأزميل هذا وشوية أكله وتجيب بكرة Then I will let you live وأخليك تعيش هو بيهدده يعني وأخليك تعيش What do you say? إرايك يا لأ إرايك I was frightened كنت مرعوب I was frightened So I promised you to bring the file and the food to him the next day Now وعدت يعني أن أنا أجيب له الحاجة دي Now go home يلا روح He shouted I ran until I could run no more بقول لك جريت لحد ما عندش قادر أجري أكتر من كده When I looked back I saw the man far out on the marshes شايفه بعيد في المستنقعات A black sheep شايف الصورة اللي برسمها تشارليز ديكنز للحزن والغم اللي عايشه Once I got my breath back I got my breath back لما استعدت أنفاسي I hurried home as fast as I could جريت على البيت على قد مقدر When I ran into the kitchen لما دخلت المطبخ Feeling happy to be home safely ما صدق يروح البيت بأمان Mrs. Joe Angley asked me where I had been قلت له أنت كنت فيني ألا أخته ديب 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 زي ما أوردكم في الفيلم Only to the graveyard روح ت بس المقابر قلت له graveyard You are lucky not to have been put in the graveyard long ago أنت محظوظ أني ما تحطيتش في المقابر من سنين فاتت أنت عائل مورف أنا مش عارف أنا كنت أمك أنا وأخلفتك أنا وأنت ايتك ولي ايه غور It's because of me that you are still here ده بسبب أن أنت لسه عايش ياد شفت أخته بتعامله إزاي But I didn't want to look after you أنا مش عايز أعتني بك يا لأ أصلا It's bad enough being a black smith wife كفاية على الغم اللي أنا فيه أنا مرات حداد خلي بالك وجوزة واقف جنبها وبتضرب جوزة كمان بتقول له كفاية لقرف أن أنا مرات حداد معافل I never asked to be your mother عمري ما طلب تبقى أمك كاد ولا عايز أشوفك أصلا That evening I had work to do in the kitchen يعني كانت بتشغل أخوها في المطبخ برضه بقول لك في اليوم ده كان عندي شغلي في المطبخ as usual It was almost a bit time حان وقت النوم And I was helping to prepare lunch for the next day When I heard a loud noise سمع الصوت كده وهم بيأكلوا كده Listen what is that? I said اسمع الصوت ده صوت طال كناري كده A convict متهم escaped last night قل زين احنا شرحين الماضي البسيط من شوية مش عشان نعرفه بس كده لا عشان نعرفه في القصة escaped last night في متهم هرب last night جو بيقول له That noise was a warning ودي الضوضاء تحذير to everyone In our village That another convict إن في متهم تاني has got away From the prison ships من السفن اللي بيسجنوا فيها الناس Mrs. جو added What are they? طب ايه السفن دي يعني هو عايز بيسأل طفل بيسأل A little there are ships where they put people because they have committed a crime بتقول له سفن بيحط فيها الناس اللي بترتكب جريمة يلا روح نام بق Now go to bed تخيمت بقى روح I remember that I had seen a broken old ship بيقول لك افتكرت إن أنا شفت سفينة كده محطمة far out on the market that day في اليوم ده Perhaps it was a prison ship قد تكون سفينة من دول As I feel asleep وانا نايم بقى I realized that the man I had met the day was one of the escaped convicts قد يكون واحد من المتهمين دول He wanted a blacksmith file وكان عايز أزميل So that he could take off his league ironies عشان يقصر الأغلال لفريقلو ديت And get away ويهرب from the marshes quickly He scared me He scared يعني يرعب But I also felt sorry for him بس بقول لك كنت بدأت أحسي بالحزن عليه أو الأسى عليه Early the next morning I got up سحيد بدري And went into the kitchen دخلت المطبخ It was Christmas day ده كان يوم الكريسمس And the gistis والضيوف بقى الجستس يا باشا كان مالهم We're invited to dinner There was some delicious cheese كان في جبنة نزيزة In the kitchen As well as nuts ومكسرات وابلز And oranges And a cold meat وفطيرة بقى بردة جميلة الفطيرة دي بقى حوارها حوار الفطيرة دي جابها لهم بقى واحد إيه قريبهم اسمه Pumplechook دي لا ياخد هوا بقى للراجل المزجون ده I took the mall خدت ده كل Then I went into Joe's work room دخلت الورشة And found a blacksmith file خدت الأزميل بقى Closing the front door Quietly behind me وامتقى في البقى الببان And holding all the food carefully وماسك الأكل بحرص كده I sit off انطلقت بقى كده I ran to the graveyard And then out into the mist شفت في الشبورة كده بقى And over the wet marshes وصلت Suddenly quite by surprise I saw a man angry who seemed to be asleep شايف واحد كده شايفه كأنه نايم كده He wore like irones كان اللابس اللي هو الحاجات اللي في رجله دي And stood up when he saw me وقف لما شافني At first I saw that he was the man that I knew هو كان فاكره اللي هو الراجل اللي هو كان معاه كده هو واحد تاني طبعا وريتكو الكلام ده في الفيلم But then I realized that his face was different وشو كان مختلف He looked at me for a moment before disappearing into the mist بصيلي كده واختفى I wondered who he could be تسألت هو مين And what he was doing out there Some afterwards I found the man I was looking for لقيت لك اللي أنا كنت بدور عليه بقى خلي بالك لوك فور يعني يبحث عنه I gave him the food at once اديته الأكل أول ما شفته اديته الأكل على طول And he ate it quickly وكالي الأكل ده بسرعة As I told him about the other man وأنا بحكيله عن الراجل التاني بقى I had just seen He wanted to know who he was قالوه وعرفتوا منين ياد ده ومين اللي هنا ده And where he had gone But I couldn't tell him لكن ما قلت لوش Then as soon as he had eaten شايف قاعدة السن أزوه مضي تمهو وبدع ده مضي بسيط بعد مكال الأكل He took the file from me خد الأزميل مندي And started trying to remove his With an angry look on his face وأم واخد الأزميل وبدأ إيه؟ يقطع الأغلال دي I was afraid again بدأت خفتاني So I ran home as fast as I could ومتواخد بتاعه وطارع جري As I ran back across the marches وأنا رايح المستنقعات بقى I could hear the sound of the file on the lake سامع صوت الأغلال بقى هو سامع صوت الأغلال مش عارف عملاركوا على الصبور سامعه ده الصوت ده وهو عمال بقى إيه؟ بص ستنعملها لك هنا جب بص مسك الأزميل بقى وشغال يقطع في الإيه؟ في الأغلال بتاعته For the guest's Joe بيقول لك بقى As I ran back across the marches I could hear the sound of the file سامع الصوت اللي أنا حاولت أسمعه لك ده Throw the mist Mrs. Joe was busy preparing أختي بقى كانت جاهزة For the house for guest's قعد بقى كله سنين سنانه على الفطيرة اللي هو هيجيبها لهم الفطيرة اللي هو جيبها لهم باب لتشك So Joe and I were alone together Joe وأنا كنا الوحدين I began to feel guilty بدأت أحس بالذنب بقى About the food and the file which I had stolen that morning هو بيب يعتبر صارق حتى الآن هو سرق الأزميل وسرق الفطيرة فهو حاسس بالذنب اللي أنا سرقتهم from the morning And I wanted to tell Joe فهو كنت عايزة أقول له What I had done إيه اللي أنا عملته But then I thought he might not wanted to be my friend if I did so I said nothing عشان كده خفت إن هو يقول علي يا إبا أن أنا حرامي وكده فالتزمت الصمت وإحنا قاعدين في العيد الميلاد It was not long before the guests arrived وصلوا الضيوف And we sit down to Christmas dinner كل بعد ثانين سنان وهياكل At first nobody noted that anything was missing مفيش حد أحس إن حاجة مفقودة لا فطيرة ولا حاجة But then to my horror لرعبي بقى أخته راح أجيب الفطيرة Mrs. Joe invited everyone to try to use a delicious meat باي وأخته بقى بتعزن بقلبي جامد هجيبلوكم الفطيرة وفطيرة للناس الفقرة دي يعني أكل حلو Joe's uncle bumblechook بتقولهم عامي bumblechook حبيبنا هات given us The guest is happily كله بقى ثانين سنانه And she went to find it جو بقى بيقول لي بص يا باب لما تجيب الفطيرة دي هنأكل مع بعض طبعا بب عايز يقول له بس هجنت لفا ما بيود ولا سد أنا هاكل ضرب دلوقتي لما هاجب هاكل ايه عم وفيه أكل أصلا That Joe's uncle bumblechook had given us The guest is happily agreed and she went to find it Joe told me I could have some and I felt very bad بدأت تحس ان مداي At any moment في اي لحظة Mrs. Joe was going to discover that the meet by had disappeared ان الفطيرة اختفت From the kitchen unable to stay at the table with all the guest بيب قاعد ومش بص مش عارف يعمل ايه بص خلاص مش قادر خلاص هيتقفش فبدأ يتحرك بقى حسنا مش تعبه انه I got from my chair قمت طالع بقى اي من على الكرسي وطالع اجرع على الباب في نفس اللحظة الجنود دخلوا But when I opened it a group of soldiers entered قاعدة وين هو الاثنين ماضي بسيط في نفس الوقت وانا بفتح الباب لقيت لك الجنود الدخلين Just as Mrs. Joe came back اخته بقى جاي تصوت بتصوت بتقول The boy has gone الفطيرة اختفت الله الصبور اختفت لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله الفطيرة اختفت يا جدعان الفطيرة رحت فين الفطيرة الفطيرة بس الحمد لله بيقولك الكل تلها الشرطة دخلت فالكل نسي الفطيرة ونسيني خالص الحمد لله يقولك رب ضرت والنافعة الحمد لله الناس تلهايت في الشرطة وانا بقى ايه نسي الفطيرة The appearance ظهور ظهور الفطيرة عظن دخول الشرطة هي نسي الناس الأكل كل مرعوب دول جين ليه دول فنسوا حواري نسوا فطيرة والحوار ده وبيقولك بقى كلنا بدأنا نحس بالخوف كلنا بدأنا نحس بالخوف كلنا بدأنا نحس بالخوف الراجل يداخل بقولهم احنا عايزين حدد يصلح لنا الكلب شدي بعد اذنكم تعال يا جو صلح يا جو We are looking for two convicts who broke their handcuffs and escaped نحن نبحث عن اثنين من المجرمين حطموا اغلى لهم وهاربوا شفتوهم شفتوهم قالوا لا طبعا بب مناطاش لانوا شفهم We think they are hiding out on the marches احنا بنعتقد انهم مستخبيين في المعشيز المستنقعات Although بالرغم من they probably want to try again get away until tonight When he asked if we had seen them everybody else said no I didn't speak ما فتحتش بقي الراجل بقولهم شفتو الراجل لا شفتو المساجيني الهربور اثنين جو صلح الاغلال And they waited with us as he worked وش هما عادين معانا الحوى شغال في الحوار ده When they were finished لما خلصوا لما خلصوا الاغلال يعني كده جو and I followed the soldiers Out of the village and onto the marches احنا رحت معاهم انا وجو ورايحين بها طبعا بيدوروا على المتهمين وهو شافهم الاثنين اصلا مش شاف واحد بس I hope we don't find the convict Joe بيب بيقول لجو ياريتنا من لقهمش يعني هو بدأ يتعاطف معاهم I said quietly وانا بقول له 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 بهدوء Me too babe جو قال له انا كمان ادى بيب مش عايزهم يقبضوا عليهم ولا عايزهم يلقوهم الاسئلة بقى يجيلك ازاي الاسئلة بيقول لك بيب زي تشايلدهود الاسئلة النقضية حياة بيب قطفل was an بص بص was an incarnation of misery تكسيد للبؤس والمعاناة ال incarnation يعني بقى incarnation تكسيد للمعاناة والبؤس ناقش يعني قول السبب ليه هو كان بيعاني he had a miserable childhood as he lost his family والد والدته مات واخواته except his sister ما عاد اخته اللي هي كت بتعذبه unkind to him الاخت المفترض تبقى رحيمة لكن هي كتذبالة I didn't want to look after you It's bad enough being a black smith's wife I never asked to be your mother What do these words? Just reflect about the speaker's character اه اه امش عايزة با اختك يا ولا عايز اقتني بيك يا كفاية عليها الغلبي يا ان انا مرات حدد معافن واحبرايا يا بتقول الكلام ده وجوز هواقب جنب يا مرات حدد مؤرفة فقير جعان كفاية علي ان انا فقيرة شحاتا كفاية عليها اكلك وشربك كمان ده انت عايي المؤرف ده تباين انها and treat him badly انها سيئة مع اخوها وبتعامله بطريقة سيئة وكان دائماً بتشكو منه بالرغم أن ميسيس جو كانت أخت بيب إلى أن جو كان أكثر رحمة منها المفترض أن الأخت اللي تبقى أكثر رحمة ولا جوز الأخت المفترض الأخت العكس اللي حصل الأخت قاسية جداً لكن جوز الأخت رحيم جداً التعبير ده مهم على العكس والتعبير ده بيوحي بالتناقض على العكس كان صديق لبيب المواساة أو التعاطف أحياناً المشاعر والتعاطف مع الناس قد تخليك ترتكب مشاكل أو أخطاء الخطأ اللي ارتكبوا بيب بدافع العطف أنه سرق أكله أزميل وبرضو دار على الشرطة نوع شاف مجرم ده موضوع مش سهل بيب ستول فود ان فايل فور زا كونفكت أزي فيل تسوري فور هم فيل تسوري فور يعني يشعر بالحزن على برضو هو ساعد مجرم طبعاً أنا تعاطف معه وبيقولك هل تتعاطف مع بيب؟ هل كان يتيم وبرضو في الستوري أو في النوفل طبعاً شابتر تو وشابتر بي طبعاً دي صورتي أنا بقى معلش يعني ألفك بصورتي معلش بعد كده هنيجي بقى على درس الفيوتشر قابل ما أبدأ في درس الفيوتشر فيه كذا طريقة للتعبير عن فيوتشر قلناها في الحصص الأساسية طبعاً دي ريفيجان درس الفيوتشر ودرس متشابه له 6 طرق للتعبير عن الفيوتشر لو جاءت جملة للتعبير عن الفيوتشر في الامتحان الجملة هتبقى سهلة يعني هيبقى محدد لك زمن إيه اللي تستخدمه لأني فيه 6 طرق زي ما قلنا أول طريقة للتعبير عن الفيوتشر بجيب لغا المضارع المستمر مضارع البسيط المستقبل المستمر بإنجي المستقبل المستمر بإنجي كل هذه الأنماط للتعبير عن المستمر النمط الأول هو أن أجلب المستمر بإنجي لكن ما أستخدامتهم؟ أما أبدأ مثلاً وأقول المستمر بإنجي أنا أريد أن أتكلم عن المستمر أريد أن أعبر عن المستمر لدي المستمر بإنجي كيف أستخدامتها؟ القصة ليست أن أحفظ هذا كله أو أن أقوم بإنجي أو أن أقوم بإنجي وتعبير عن حقيقة وتقرار سريع وتهديد لا أفهم الدنيا عاملة وماشية ليست قصة أن أحفظ أحفظ لا أقوم بإنجي أقوم بإنجي أقوم بإنجي أو بإنجي أقوم بإنجي أقوم بإنجي وأنا دائماً أحب أن أرسم الصورة الأولانية وقد أهمكي عشان أن تكون أعرف أجزاء الحاجة أجب أقوم بإنجي طيب مع كل الضمار مع آي و و فقط أجب ي آي و و و أجب أقوم بإنجي أصلاً و الأتنين معناهم سوفة وطبعاً الأتنين سواء أو أجب لهم شورة فورم اللي أبصره فيه الل لإختصارهم من شورة فورم فيه في will not وفي shall not will not اختصارها want و shall not اختصارها shant والاثنين بعديهم الفعل في المزل طب استخدامات will واستخدامات shall أصلا نعرف دلوقتي ان will تستخدم لإيه؟ لتنبؤ بدون دليل قلنا لما اجي اتنبأ بحاجة غير قائمة على الأدلة بقول well اعتقد الجو هيمطر بكرة انا مددكش على هذا تستخدم ولي لقراط السريعة التي لا تخضع للتخطيط صاحبك ماشي معك فانت مش عارف بقى حضرتك انه هيعتش في المكان دوت فاتروح تجيب له ازاست مية واحد بقول لك انا اجيب لك اجيب لك ازاست مية هاجيب لك ازاست مية تستخدم ولي برضو يا جماعة للحقائق الخاصة بالمستقبل انا كمدرس أو تستخدم تستخدمه للتخطيط اذا تستخدمه للتخطيط دي استخدمات ولي لها بص معاك وعليها بالوقت بس انا عايزك تاخد الشكل العام اللي انا هبدأ به دي باول طريقة للتعبير عن ايه هي تستخدمه للتنبؤ ونه بدون دلائل انا مش محتاج دليل في هذا الحوار اعتقد الجوهي يبقى حر بكرا ماي فاضر شوف بقى التعبير عن الحقيقة الخاصة بالعمر بالذات ماي فاضر وي بي 40 نيكستي يه بابا هيبقى عن 40 سنة انا هبقى عندي خمسين ايه ستكون 50 سنة انا هبقى عندي خمسين العامر بيجري اذا التليفون بيجري قرز التليفون بيجري ده قرار سريع ايه ستكون لهم ارد بابا بيقول لك انا عشان تقومتي فزي تروح تجيب له مياه بابا بيقول لك عشان بتفكر لسه ايه ستكون لديك مياه رح اجيب لك مياه بابا ثانية هاد يتحرك قرار سريع ما يخضعش للتخطيط تعال بقى هنا عرض المساعدة ايه سأساعدك تشيري كذلك للتهديد التهديد برضو اذا لا تستطيع ده حالة اف الاولى هي ايه سأساعدك لو ما ذاكرتش انت عارف الله يحصل لك والتلك كذلك طلب مساعدة لما جاء نطلب مساعدة برضو هتبعتلي الجواب ده طبعا ولا مش هتبعته ما خلت يا انت استفهمه لو نجحت في الامتحان ايه سأساعدك ده الوعود طبعا يا باشا التحذيري العام ودايما مع كلمة اسمها أور اخذ الدواء ده ام صحتك هتزداد سوق ودايما الانجليزي يقولك مع كلمة أور وفي كلمة تانية اسمها أضر وايز انا باستخدم أور و أضر وايز اصطادي أضر وايز اصطادي أضر وايز مالك فعلقتي لي في ايه هتيجي معنا يا ابني أنا عندي امتحان بكرة عندي امتحان شامل عندي مراجعة أخشان مشاء دراجي كلمة وكلمة 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 انت مفروض عارف انهم بيجوا مع ويل احنا من المحتمل هنزورك بكرة ربما ويويل وين زينكستماتش يبقى استخدامات ويل واضحة صريحة ويل هي شل وشل هي ويل بس خلي بقى لحضرتك بقى في استخدامات لشل انا بضيفها لك في كلمة اسمها شلائل ودي تستخدم كذلك في كلمة اسمها شلوية تستخدم لميكينج سجيشن شلوية 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 تقول النهاردة جميل شلوية بسجيشن اكتراح بأول طريقة للتعبير عن فيوتر وبرضو أبقى فاهم اني مش شغال احفظ وخلاص افهم الاستخدامات وطبع عليها في الاختيارات تمام تنبه بدون دليل عرض مساعدة طلب مساعدة الحقائق الخاصة بالمستقبل التحذير الوعود التهديد معامشور وآي هوب وآي ثنك وآي بليف وبروبابلي وبرهابس وساعدن لي للطريقة الاولى للتعبير عن فيوتر فيه طريقة تانية للتعبير عن فيوتر ان انا بجيب ام از اا اللي هو ذا بي تو بي ولما جب ذا بي تو بي هنا انا بجيبه في البرزنت وبرضو قبل ما اخش على جوانج تو عشان عارفك بتخش على جوانج تو من غير ما تقرأ بجيب اولا يا ام يا از يا اه حسب الفاعل طبعا ان انت هجيبه وبعدها كلمة اللي هي السابتة عندنا اللي هي جوانج تو جوانج تو بلس انتيني تيني 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 السؤال بقى لا تسألهولي وسألتهولي في الحصة السلسلية طب ايه الفرق يا مستر بن ام وزوار زاد جوانج تو لتعبير عن الفيوتر ده فيوتر برد طب ايه الفرق طيب دي اولا لازم ان تعرف ان فيه دليل واضح في الجملة شايف الصحب دي وهنا ما تقوليش ما هو موجود موجود وما فيش دليل يبقى وهل موجود وفي دليل موجود يبقى كلمة والدليل لازم يكون دليلا مرئيا شايف الصخرة دي مالها هتنهار علينا اجري يبقى شوفه قدامي دليل قلتلكم اليوم مرة الصفات الشخصية في الشخص ليست دليل موجودة تقولي نادر كونك كليفر كونك ستوبد طب انت عارف مين ستوبد كونك صفات سابتة ده مش دلائي لكن الصفات المؤقتة مثلا نادر مريض الناس بتقولي is going to die ده دليل ان فيه شخصة طب ممكن مايموتش يا مستر يا عمي مع العمار بيدي لما قلناش حاج بس دي صفة مش سبتة فالصفات السبتة زي كليفر زي ستوبد الصفات دي مش دلائي ما تعتمدش عليه يبقى لازم ان يكون الدليل دليلا مرئيا شايف الصحب السوداء دي ايه مالها بقى دي دليل اهو I think it's going to rain يبقى هزيه الكلمة تستخدم لما يبقى فيه دليل واضح هزيه الكلمة او الصيغة دي ايضا تستخدم يا صديقي مع كلمة decide you curr we intend the yan way we intention هنا وكلمة تانية اسمها بلان اللي هي يخطط او ايه او خطة هزيه الطريقة ايضا تستخدم للتعبير عن الفيوتر من التحذير من حاجة على قرب وقوع الحدث look out what shout be careful ايه ابني فيه the dog is going to bite us take care man take care the spider is going to bite you اللي بالك العنكبوت ده اللي بحاجة تقوه ما تبص تحذير من قرب وقوع الحدث ده بالنسبة دي لسه كان ايه for me دي الصغة تانية انا نعبر فيه عن future يبقى تنبؤ بدليل ولازم الدليل يكون دليلا مرئيا مع الانتنشن من نوايا والبلان والدسجن القرارات لفعل شيء في المستقبل من التحذير من قرب وقوع الحدث تعال بقى نشوف الملزمة مش قصة قراءة وملازم الطريقة التانية ايه للتعبير عن future am is are going to plus infinitive التنبؤ لازم أن يكون بدليل واضحا مرئيا this rook ما له السخرة دي is loose loose يعني مفككة مفككة it's going to collapse هاتوه على دماغنا اجريات النوايا والخطط المستقبلية we are going to spend our holiday in marissa matroof we have made plans احنا عملنا خطط we have made plans مع تعبيرات التحذير الآتية be careful take care احترس خلي بالك look out watch out كل دول خلي بالك او حادر be careful the car is going to hit you الطريقة الثالثة للتعبير عن future بس قبلها يا باشا في ملحوظة ايه هي التعبيرات اللي بتجي بقى مع going to my intention نيتي ان شاء الله نيتك خير ان شاء الله تذاكر وتخلى عندك شوية دم وتقوم تذاكر بإذن الله تكون عندك نية المذاكرة والرجولة شوية my intention نيتي I have made a plan عملت خطة my plan I have a decision to عندي قرار I have made a decision اتخذت قرار I have planned I intend to I have intention لحظ قلت لك الصفات السابتة في الشخصية ليس الدلائل he is a clever player طريقة الثالثة للتعبير عن الفيوتشر هو زمن المضارع المستمر اللي انتواخدوا السنة اللي فاتت في يونيت سيفن والزمن ده المضارع المستمر اللي هو the present continuous بجي بقام إز آر بجي بقام يا إز آر يا بنات وشباب وبعد ما بجي بقام وإز آر بعديهم فارب بلصة النجي الزمن ده كنا واغدينه انه يعبر عن شيء يحدث الآن ولم ينتهي where is your mom my mom she is in the kitchen man what is she doing she is cooking بتطبخ لك عشان تطفحك عشان توم تذاكره ما بتذاكرش she is making a coffee for you بتعمل لك القهوة اللي بتشربها وتناب يبقى بتعمل لك الحاجة الآن حاجة بتحدث الآن الزمن ده يستخدم للتعبير عن الفيوتشر وركز وما بتتوهش مني في الفيوتشر مع الترتيبات المسبقة نادر مالو is flying to london tomorrow عظن المسافر للندن يحتاج ترتيبات وفيزا وحاجز he has arranged everything نادر has got the visa نادر يخد الفيزا خلاص خد التأشيرة he is traveling to Paris next Friday we are having a party tomorrow سنقوي محافلة بكرة عيد ملد بابا بكرة فاحنا رتبنا وخدنا الطورة وجهزنا كل حاجة دايما المضارع المستمر يؤكد الترتيبات دايما انت قاعد كده في الصالة لقيت ماما تليفونها بيرن الو ايوة يا بنتي وانت قاعد بقى انت عارف ان اختك بقى بتيجي بعيالها بتقلب لك الشق اه هتيجي بكرة طيب كويس طيب نرتب بقى هتاكل ايه عايزة محشو كده تمام هعملهولك والوضع الصغير حبيبك ايه ستة وموجود حبيبتي ايه طيب ايه هاتي بكرة ده لا تنسيش اه طيب تمام هاتي اللي انت عايزة وانا هعملهولك مفيش مشكلة يلا ان شاء الله بكرة كده الساعة سيتك جينا بإذن الله يلا مع السلام حطت التليفون ده اماما فانت بتقولها ايه ده في ايه هتقولك اختك يور سيستر اس كامنج تمارو الترتيب تم اهو وكل حاجة تمت خد بقى كتبك شيلها وشيل ما لازم مستر نادر عشان ايه ابن اختك اللي عملك الملازم قرتيس المرة اللي فاتت ما يحصلش ده تاني فانت تقوم شايل كل حاجة وايه ومتجهز لبكرة هتزوركم او هتزوك غدا يا صديقي رتبت ده مع ماما هوات في التليفون وجهزت كل حاجة وماما تقوم تعدلها المحش وهتجهز لها كل شيء لانها جاية بكرة يبقى دائما المقابلات الاجتماعية والاعدادات المضارع المستمر نحن 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 لاندن الماضي كل شيء ترتبت كل حاجة ترتبت ودايما المضارع المستمري يأتي مع زيت تعبيرات زي ما قلت لك قلت لك المضارع البسيط ده لو تفتكر كان يستخدم لتعبير عن الفاكتس الحقائق كذلك يستخدم عن الهابتس نادر عادة يصحى متأخر او يصحى بدري وله تعبير عن الفيوتشر مع حاجة اسمها جداول الموعيد السابتة اقلاع الطائرات وهبوطها السينما والمسرح الامتحانات الامتحانات ماشي ماشي موعيد الحصص الدراسية دايما البرزنت سيمبل يستخدم البرزنت سيمبل هو المضارع البسيط المضارع البسيط هو المصدر هو التصريف الاول وقلنا بمضيف لنهاية الفعل مع هي وشي وات اس الزمن ده يستخدم مع جداول الموعيد السابتة مثلا موعيد الطائرات والسينما والامتحانات والمسارح والحصص الدراسية شوف انا بديلك بيبقى زي سترين ايه القطر ده زي سترين ليفز مالكش وين ليف ات سيفين تيرتي اي ام تومورو هيغادر الساعة سابعة ونص بكنا زا فيوم الفيلم ده ستات ات سيكس ها تمارو درس سهل صعب لو انت مش مركز مضارع البسيط التصريف الاول بيضاف لنهاية الفعل اس او ايه اس او اي اس الفعل نهي وشو ات الزمن ده بيستخدم مع تايم تيبولز ما اقولك الطيارة ستقلع الامتحان سيبدأ الفيلم ستات يبقى دي جداول الموعيد السابتة ودي الطريقة الرابعة للتعبير عن فيوتشا فيه طريقة اللي هي الخامسة بقى المستقبل المستمر زمن المستقبل المستمر بيتكون من مي او شال او ويل زا اد بي زا اد الفير بفلاص اين جي اهو يا ويل يا شال يا مي زا اد بي زا اد بي اين جي الزمن ده بيقولك ان انت في المستقبل هتبقى بتعمل حاجة في وقت معين بكرة من ستة لتمانية I will be sitting on the beach هكون قاعد على الشط مسترخي معايش لحظات ساعاتي وقاعد لوحدي يا ريت والله From six to eight tomorrow I will be sitting on the beach هكون قاعد على الشط في هذا الوقت At six o'clock tomorrow الساعة ستة دكرة I will be doing my homework I will be cooking the food هكون بطبخ I will be cleaning the food يبقى الزمن ده بيؤكد على وقت معين انت هتكون مستمر في اداء حدث معين مش لسه هتبدأوا لانت هتكون منهمك فيه والانجليز دايما يقولك ان انت هتبقى في وسط الحدث حس بصخة بوداجيك حواليك كده في الشقة لو في حركة وبتاع يبقى we will be celebrating we will be eating we will be singing we will be studying ده لو ذكرت يعني فبيقولك اهو this time tomorrow يبقى انا بأكد على وقت معين في المستقبل اهو بيقولك في الوقت ده بكرة ايه اللي هيحصل في الوقت ده بكرة we will be sitting on the beach هنكون قاعدين على الشط شوف بيقول ليه i can't wait مش قادر انتظر لقد ديني لحظة عظيمة ببعد عن وشوكه في السنتر تستخدم ما ايه في حالة عدم التأكد بقى ودايما انا بقولك مثال كده يعني مش هقدر ازورك بكرة ليه i may be studying ممكن اعود اذاكر دايما المذاكرة بتبقى وابع شك i can't visit you tomorrow مش هقدر ازورك مثلا بكرة ليه ابني because i may be doing my homework this evening ممكن اخلي عندي شوية دم وذاكر ده لو يعني الزمن ده دايما بييجي مع كلمة from كذا وكذا تمورو مثلا from six to eight tomorrow من ستة لثمانية بكرة i will be studying at six o'clock tomorrow at this time tomorrow at كذا تمورو والزمن ده بيؤكد من الشيء سيستمر في وقت معين في المستقبل الساعة تسعة بكرة الساعة عشرة بكرة من ستة التسعة بكرة from six to nine tomorrow i will be sitting on the beach i will be studying i will be watching is a match الطريقة السادسة وده اهم زمن فيهم وانا دايما بقول ان الزمن ده اهم زمن في التعبير على future زمن المستقبل التام المستقبل التام بيتكون من will أو shall زائد have زائد التصريف التالت ده اسمه يبقى المستقبل التام من كلمة مستقبل تام يعني مش حاجة لسه هتحصل ولا حاجة هتكون مستمرة في وقت معين لا دي حاجة هتكون تمت واكتملت وخلصت ياخدك واحد حرامي كده على الصحراء يقول لك بص يا باشا الشقة اقول له شقة ايه شايف حمام السباحة شايف شايف المدرسة شايف السينما تقول له شايف ايه يا باشا خلال سنتين المزرعة دي او المكان ده هيكون اتعملت والشقة دي هتكون اتبنت وحمام السباح هيكون ده اتعملت والسينما هتكون جهزت يبقى بيرميلك على حاجة في المستقبل الحدث هيكون اكتمل وخلص فيها خلال سنتين الحكومة ستكون بنت العاصمة الادارية الجديدة ستكون اتبنت يبقى الحدث هيكون اكتمل وانتهت طبعا زي ما انت شايف كلمات الزمن ده التغولkien 2005 دائما من علامات وبي посنة في المستقبل اتعمل متى ناك ED بحلول الاتنين الجاي باع بحلول الكريسماس الجاي باع 8 بالحول الكريسماس الجاي فيframes خلي بالك الابصر في بعض проект اسم جامع خلي بالك الأبوسترفي قبل الاس لأنها اسم مفرد بقول أويك واحد أسبوع واحد شايف الأبوسترفي فين خلال أسبوعين فالزمن ده بيؤكد أن الحاجة هتكتمل وتنتهي في وقت معين شايف الأبوسترفي خلال خمس سنين هكون خلصت جامعة وأكون قادر أن أكسب بعض النقود ستكون بنت مستعمل لا عايزة أبدأ بأنيو سكول هنا هقول أنيو سكول المدرسة الجديدة دي ستكون بنية هتكون بنيت فالبصر بيبقى الكلمة بن يبقى ثاني هناك ستة طرق للتعبير عن الفيوتشر أول طريقة للتعبير عن الفيوتشر will or shall plus infinitive الطريقة الثانية am is are going to plus infinitive الطريقة الثالثة المضارع المستمر am is are بأدفر بلس اي والزمن ده يستخدم على الارعينجمينز طريقة الرابعة للتعبير عن الفيوتشر والتصريف الأول وقلنا دايما الزمن ده يعبر عن حاجة مع جداول الموعيد السابتة الزمن اللي بخامس قلنا الفيوتشر كمتانوس will shall أو may plus bird plus ing ويؤكد هذا الزمن أن الحدث سيستمر في وقت معين آخر الزمن الفيوتشر بيرفكت المستقبل التام كمتان will أو shall زائد have زائد التصريف التالت هذا الزمن يعبر أن الشيء سيكتمل وينتهي في وقت معين في المستقبل واضحة لو مشيت على كل زمن بطريق التكوين وإستخداماته هتلاقيه سهل على فكرة حتة اللي جاية بقى ودي حتة أنا بحب أخوت فيها بتفاصيلها على السبورة لأننا يا صديقي عاشق للسبورة بس السبورة التقليدية أو الإلكترونية مش هتفرق بقى الإنجليز يقول لحضراتكم ما قلت قبل كده وهذا الجزء مهم جدا ومهما يشرح بتوعه فيه لو هنعبر عن حدثين لسه هيحصلوا في المستقبل الإنجليز يقول لك لو هتعبر عن حدثين لسه يحصلوا في المستقبل اوعى تجيب بعد أي أداة ربط اوعى تجيب بعد أي أداة ربط المستقبل طب أنا يا مستر عايز أقول بعد ما أخلص الحصة هجري من السنتر أروح يا عمي مع السلامة حد ماسك فيك يا عمي مع السلامة قوم يمشي من دلوق أدي أفتر وأدي بفور وأي أداة ربط وين وآس ونآس بايزة تايم أي أداة ربط تل وانتل كلمة اسمها وانس لحظة وكلمة اسمها زا مومنت لحظة بردو كل أدوات الربط دي تمام وإف وانلس كل أدوات الربط لو هنعبر عن حدثين لو هتعبر عن حدثين لسه يحصلوا في المستقبل الحدث الأول هيبقى وهيبقى من أي نوع أو صيغة صيغة الأمر شفت أنا أعمل لك دواير إزاي؟ مش إحنا برضو يعني بتوع الإنجليزي برضو بعرفوش يعمله دواير؟ لا بنعرف نعمل دواير يا أبا هي مش دواير أو يعني هي مش دواير مش متعمد أعملها دواير يا شكل كده بطيخة ما تعرفش ولا إيه؟ فأنا عايز هنا بقى أقول بعد ما أعمل حاجة هذا الحدث الأول وده الحدث الثاني لو هنتكلم عن حدثين إسا حصلوا في المستقبل الحدث الأول بيبقى مضارع بسيط يا مضارع تام ولك مطلق الحرية أن تستخدم أي واحد فيهم والناحية الثانية هيبقى مستقبل من أي نوبة سواء مستقبل مستمر أو مستقبل عادي أو مستقبل تام أو صيغة الأمر يبقى نستخدم حدثين في المستقبل عايز أقول بعد ما أخلص الحصة هروح بعد ما أعمل الواجب هنام بعد ما أقوم بعمل حاجة المنزل سأقوم بسيطة أو بعد ما أقوم بسيطة سأقوم بسيطة بابا يقول لحضرتك بعد ما أقوم بسيطة بعد ما تخلصي أتصل بي يا جاغدك يبقى إذا نريد أن نقوم بسيطة الواجبات التي ستحدث في المستقبل لو نستخدم حدثين يحصلوا في المستقبل بعد أدات ربط ما تجب ليش اتنين ولا في جملة الحدث الأول هتجيبه بريزنت بيرفكت والحدث الثاني هيبقى مستقبل أو صيغة الأمر أريد أن نتعرف كلمة أفطر عن إيه؟ بعد قبل وإن عندما السنقاس بمجرد أن بايزة طايم قبل أو قبيل تل وأن تل الاتنين معنهم حتى سأنتظر حتى النادر يأتي أو يأتي فلو هنعبر عن حدثين سيحصلوا في المستقبل قلت لك في السنطر لو جبت بعد أدات ربط اتنين ولا همسك السيلك وهكذا أقول لك يا مستر أقول لك يا مستر أقول لك اتنين ولا بعد أدات ربط أجيب الحدث الأول يبقى بريزنت بيرفكت سهلة خالص والله بريزنت بيرفكت الحدث الثاني مستقبل يا مستقبل ذات سيغة الأمر لحظة لما خلص الواجب هبعتولك تغشه لحظة لما نادر يأتي لحظة لما نادر يأتي لحظة لما نادر يأتي سنبدأ الرحلة يا عمي يلا ناكل لحظة لما بابا يأتي لحظة لما يأتي سنبدأ سنبدأ قل كده الحدث الأول هيبقى مضارع بسيط والحدث الثاني مضارع بسيط طبعا يا مضارع تام والحدث الثاني مستقبل لكن عمرنا ما نجيبها بنات وشباب بعد أداة ربط كل أدوات الرابط دي استخدم المضارع البسيط والمضارع التام بعد الروابط الآتية والفعل الثاني يكون مستقبل من أي نوع بقى حسب المعنى بتاعك أو سيغة الامبراتير عندك السنقازي اللي احنا قلناها وين وافتر وفور وانتيل وانتيل وإذا أو لو وانلس إذا لم وبايزا تاايم وإنكيس تحسبا 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 طالما طالما بتذكر طالما بتذكر إن شاء الله يا ابن يويل ساكسيد ربنا هيكلمك لحظة لما نادر يجي اليوم اللي نادر هيجي فيه اليوم اللي هيجي نادر فيه هنحتفل إن شاء الله بقدومي إن شاء الله لحظة لحظة ما خلص الواجب هنا بعد بعد ها ينقل أو ها ينقل أو ها ينقل أو ها ينقل بعد ما يخلص واجبه هينام هكون خلصت الواجب جاب هنا إيه بقى مستقبل تام عادي أي مستقبل هو بيقول لما ماما لما ماما توصل هكون خلصت الحدث يكون انتهى لما تخلص التقرير ابعثوا بعد ما تحصل على الرخصة اتصل دي بابا يقول لك بعد ما تخلص الدرس اتصل دي اجي ااخد حضرتك حتة بقى اللي جاية عايزك تاخد بالك منها وكويس ان فيه ستور فاضي اهي اكتبها لك بقى يا صديقي خلي بال حضرتك من ان انا اقول اي بروميس او اي هوب وما فيش فاعل بعديهم طالما ما فيش فاعل بعد بروميس وهوب وبريديكت انت معتو زائد المصدر في بعديهم فاعل تمام ذات وفاعل يبقى بعديهم ولي زائد المصدر جات بروميزد جات بريديكتد جات هوبد يبقى انت معود بعد الفاعل خلي بالك مش فاهم حاجة طبعا ما انا عارف واج جديد واج جديد عند الاساس انت بتفهم يعني اي بروميس طالما اي بقول اي بروميس اي بروميس يا سلام علي يا لما بحط الحلات التكدي اي بروميس الله والخط طالع كده جميل كبير بيقول لك داخل في عينك هوا عشان تشوق اي بروميس تو هوا بص شوف الحلوة اي بروميس تو ليندي يوز ماني انا وعدك اسلفك الفلوس طبعا هو مش انا او اسلفش حد اسلفك لياص اي بروميس تو ليند اي بروميس اي بروميس او بروميس ايだ numbered انا اتواعد ان اي بروميس اي او اي انا اي بروميس جيب اعدي هوا فاعل ولا جي ليس فاعل صح؟ يبا بروميز I will lend you the money I promise I will lend you the money tomorrow I promised I hoped I predicted I thought طالما هنا ماضي يبا هنا ماضي والماضي يقب ماضي والمضارع يقب مضارع أو مستقبل I promised I دي promise present وبعدها فاعلة هو ودي promise وما فيش فاعل فاقولنا تو I promised I أنا وعدت I promised I إيه بقى أنا وعدت قول will لا I would lend you the money شوفت التركس دي بقى يا سلام حاجات جميلة I promised to I hope to I hope I will I hoped I would هنا ماضي past هنا ماضي الماضي يجب ماضي قاعدة كده في اللغة الماضي يجب ماضي وهنا ودي ماضي وطبعا هنا مضارع هو تيجب مضارع أو مستقبل بويل له وهنا ما فيش فاعل بعد بروميز يبقى تو خلي بالك من الجمل دي أوعى ما تديش أهمية للكلام ده حاجة تانية عايزة أقولها لك لما بحذر تحذيره نعام قلنا بنستخدم ويل لكن ممكن يبقى فيه تحذير بمضارع مستمر وبجوينج تو ودي مالهاش حل غير ان انت تفهم المعنى الأول يعني يا عم منادر مش فاهم يعني ما يقولك ايه study hard زاكر بجد or you will feel يا إما هتفشل فهنا أنا هستخدم well يتزاكر بجد يا إما هتفشل والناس عايزة تشمد فيك فانت حر بقى اختار لنفسك or or other wise يبقى ده تحذير عام لكن يبقى خد الجاية دي watch out man watch out ممكن هو يبقى زكار العربية ممكن اقول زكار is going to come جايقة سوف تأتي ناحيتك ولا is coming is coming عشان ما تمسك لش في be careful watch out watch out وقلت ان انت همستق بيجو مع going to ما هما بيجو مع going to لو المعنى عايز كده لكن ممكن برضو watch out watch out watch out watch out watch out يأتوا مع present content ومع المضارع المستمرة هقول watch out زكار is coming fast خلي بالك العربية جاب سرعة لكن في جملة تانية هقولك watch out زدوغ الكلب is going to bite you يجري هلا الكلب داي عضك مهمش من المنطق تقول لواحد be careful زدوغ زدوغ is biting you بيعدك هو لما هو بيعدين انت بتحذرني ليه يبقى ممكن استخدم watch out وتكير ولكاوت وكل دول معه يا اما مضارع مستمر is coming او حسب المعنى يا مزادوغ is going to bite لان هنا كلمة is biting ستصبح خاطئة تماما لاني مش اقول لك خلي بالك الكلب بيعدك لو هو بيعدين انت بتحذرني ليه يبقى ممكن احذر بويل لو انا بحذر بعمومية study hard or you will pay which out the car is going to hit you عربية تخبطك او is coming جاية هي لكن بقول the dog is going to bite you لو فيه تحذر بويل وفيه تحذر بويل وممكن يكون فيه تحذر دو مضارع مستمر طبعا المفترض ان انت فهمت المفترض المفترض انا بقول التدريبات اختفت ولا ايه سبحان الله انا بقول اللي انا عاملت تدريبات راحت فين دي وطبعا دي الجمع اللي جات في الامتحانات اللي فاتت فلازم ان تركز لو انت بقى رح بقى في الفيديو وفيديو وحل وتعالي صح معاني اول جملة بقى يقول لي شي طبعا ما اجا اتعامل مع الانتبا بعرف الجملة فين يقول لي بقى do the shopping tomorrow كلمة probably يبقى انت مع will يبقى she will طبعا ما تنفعش شهود ولا is going to ولا ما she will probably do the shopping tomorrow someone or somebody is knocking on the door فيه شخص بيخبط على الباب او i am going ولا will go ولا have gone ولا go and open it في حد بيخبط على الباب فده قرار سريع يبقى will go she is flying flies fly would fly to be in next Monday everything is arranged كل شيء مرتب ازين المفتاحة هو المفتاحة هو المفتاحة هو arranged يبقى ده مضارع مستمر يبقى she is flying he is driving at breakneck speed الراجل ده بيسوق بسرعة مزهلة ده دليل واضح ان الكارسى جاية يبقى he is an accident يبقى ده التنبؤ بدليل واضح يبقى he is going to have هيبقى عندي 25 طبعا عندي حقيقة خاصة بالمستقبل بالعمر يبقى i will be don't phone me صلش بها الساعة تمانية بعد إذنك بكرة ليه يا عم مش هتصل بك الساعة تمانية يبقى أنا بأكد على وقت معين هيحصل فيه الحدثة don't phone me i will be driving هكون سايق اللي واخد الكتزي للأطفال دليل المدرسة دلوقتي كتزي يعني أطفال don't come ما تجيش الساعة أربعة بكرة برده ليه يا عم ده يبقى بيأكد على وقت معين هيستمر فيه الحدث يبقى i am sleeping ولا sleep ولا will be sleeping هي طبعا will be sleeping هكون نايم في الوقت ده i finish ولا will finish ولا will have finished ولا be will be finishing شو بقى زيت جواب buy شايف buy وسنة في المستقبل أو تعبير سنة في المستقبل قلنا لو تفتكر مستقبل تام يبقى i will have finished هكون خلصت الحاجة دي my german listen حسة الألماني بتاعتي يبقى ده جدوى الموعد ثابت يبقى start هتبدأ الساعة أربعة بكرة أو الساعة كذا بكرة my plane طيرتي الأمور محسومة جدوى الموعد ثابت يبقى اللي جابة فين بقى leaves هتقول leave الفعل مفرد leaves at 10 o'clock tomorrow i think اعتقد at a hot tomorrow يبقى ده اعتقاد قائم على ايه ما فيش دلائل وتنبؤ قائم على ما فيش دليل قصدي ما هواش قائم على قدلة قصدي يبقى well be there are no clouds in the sky today ما شوف بقى الدليل الواضح ده ما فيش صحب في السماء اليوم يبقى هنعمليه طالما ما فيش صحب في السماء اليوم i think that is going to be very hot اعتقد الجواب يبقى حر جدا ليه لان ما فيش صحب فده دليه يبقى is going to be i can't visit you مش هقدر ازورك بكرة ليه my homework this evening هكون بعمل الواجب يبقى well be doing مش هقول well have done هكون عملت ولا لسه well do انه مش تخطيط هو the train to cairo القطار بتاع القاهرة is on platform for على الرصيف اربعة and it هيغادر طبعا خلال تلاتين ديئة يبقى and it leaves present sample طبعا leaves the program البرنامج يبقى ده جدوى الموعيد ده the program at seven o'clock this morning يبقى status سيبدأ after omr بعد ما عمر ادي اداة الربط after هي والحدث التاني ويلا هو قلنا عمرنا ما هنجيب بعد اداة ربط اتنين ويلا هنا ويلا ويلا هنا فهعمل ايه عندي يا مضارع تام يا مضارع بسيط present sample يا present perfect ما تجيش تقول لي after omr have come وتقول لي ما تنفع وانت قلت لنا تنفع عمر ما انفعش تاخد have عمر عمرها ما تاخد have عمر تاخد has يبقى after omr comes has come لو كانت صحكت هتبقى has come بعد ما عمر ييجي we will travel to alexandria i will wait انا هنتظر ادي الحاجة ويلا ايه واضي until ايه يبقى بعدها مضارع بسيط يا مضارع تام ما تجيش تقول لي until you has finished وتقول لي تنفع has finished ده مضارع تام اه بس يوم ما تاخدش has لي تاخد have يبقى we will wait until you finish مضارع بسيط او عتقول until you had finished ده ماضي تام لان في مستقبل قبل until buy tomorrow احنا قلنا buy والسنة في المستقبل يبقى مستقبل تام يبقى buy tomorrow i all my homework يبقى اكون خلصت الواجب مش will finish ولا finish ولا will be finishing هكون بخلص الواجب لا ده انا هكون خلصت i will have finished we 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 everything is arranged everything is arranged everything is arranged everything is arranged يبقى we a party next Monday you are having present continuous مضارع مستمر تعال بالي اللي جادي قلتلك خلي بالك لما اجي اجيب كلمة تايم مع التعبيرات الزمنية دي وعايز اقول لك خلال سنة خلال عام خلال سنتين ان هقول سنة ولا سنتين سنة وسنتين ان اي ير طايم عايز اقول خلال سنة طب عايز اقول خلال سنتين ان ان تو طايم ان ايرزاي تايم الاباستروفي تكون قبل الاس لعنى ده اسم مفرده فحط اباستروفي اس طب ان تويرز اصلا الكلمة اصلا منتهي باس اصلا جاوي فانا احط الاباسترو في بعديه على طول يبقى انتو ييرز تايم كده هو يبقى انتو ييرز تايم يبقى خلال سنتين يبقى لو الاسم جمعي يبقى الاباسترو فيه بعد لسه لو الاسم مفرد زي ما انت شايف الاباسترو فيه قبل الاسم يعني خلال عام ودي من التعبيرات المستقبل التام خلال عام الشقة تكونت بنت انتو ييرز تايم خلال عامين سيكون هذا الحدث اكتمل فبصر الجملة دي بقى بقول انتو عشان بقى دولك عرف مفرد الجامع ازاي بقولك انتو دي تنفع الاباسترو فيه قبل الاس ده مع المفرد انتو ييرز تايم لاني موجود كلمة تايم فهقول انتو ييرز تايم خلال سنتين هكون بنيت فيلا جديدة هقول انيو فيلا لو عايز تجيبها بس في معلومة كده انيو فيلا قلنا ايه هتكون قد ايه قد بنيت ده بالنسبة للتدريبات زي ما قلنا على اليونت اللي احنا خدناه اللي هو الفيوتشر احنا داخلين بقى على ميكينج تقديم الاقتراحات تقديم الاقتراحات يشمل حاجات كتيرة لازم انتبقى على وعي بيها لان رغم سهورة هذا الدرس اللي انت ممكن توع فيه انا لما اجي اقترح لازم انترى في ان كلمة تاخذ ميك لانا اجات في امتحان ابليكيتة في سنوية عامة ميك اقتراحات لازم ان اعرف اداة اللي انا هستخدمها ايه ومدبوعة بايه وفي اخر الجملة في فلسطوب ولا فيك كوسشن مارك يعني بجد يا مصر الحاجات دي مهمة اه طبعا دي مهمة جدا يعني هاو اباوت واتباوت لازم ان اوتوماتيك تعرف ان الاتنين معناهم ماذا عن مدبوعين بايه نجي منهي السؤال بعلامة استفام ؟ ؟ ماذا عن عمل وقبك مع صديق معين يبقى هاو اباوت لا زوج انا لازماء justice وماذا بعد ما ينجي اهن فعندناك كلمة اسمأة هل فكرت في كذا؟ هل فكرت في كذا؟ عايز اكتراف أنه لا يوجد بعدها حاجة هل تفكر في عيش؟ هل تفكر في حالة سحرة؟ لكن هل تصدق؟ هل تفكر في حالة سحرة؟ بعضها ينجيه مش فوق بس لازم عنها وبعدها ينجيه وفي الآخر علامة استثناء هل تفكر في حالة سحرة؟ أمرك فكرت تعمل خطة مذاكرة؟ انت ملكش شرم ولا لك غردقة ولا لك اسكندرية ولا لك سخنة ولا لك حاجة انت لك سناكر وليك واجب تعمله وليك مراجعات وليك امتحانات شاملة انتحك ملكش حاجة ملكش اي شيء الا ما تذاكر وتوصل بإذن الله هل تعتقد انت تكون هناك قاعدد bin if it如؟ انت تستفيدا اونو لماذا لا؟ لماذا لا؟ لماذا لا؟ لماذا لا دئنا؟ لماذا لا ن Оченьيدف يباعم Saint أثباتي بقا علم تستفهمك كسي المرة ليه ما تقربش رياضة تانية اشمعنا حديد نفسك في الخانة دي قرب رياضة تانية ليه ما تقربش رياضة أخرى وأنه why don't you start studying for that next exam in February وأنه why don't you start why don't you try مصدر أعلم تستفهمها بسه نقول دلوقتي وقلنا قبل كده مراراً وتكراراً إنه لي كان وقد استخدامات عديدة كان وقد للقدرة زي ما نقول دلوقتي I can't speak English but I can't speak Spanish When I was young I could When I was young I couldn't عدم قدرة أو قدرة في الماضي لكن قد هنا تستخدم للاقتراح مدبوعة بالمصدر وخلي بالك فلسطوب ده هي حطها لك أنا هي We could try إحنا ممكن نجرب ذات New Japanese restaurant المطعم الجديد ده وعلمت إيه أنا جيت حطت لك الدايرة على الفلسطوب وشلتها لك لا فيه فلسطوب هنا طبعا You could do your homework with other students You should plan your revision مفروض تخطط لمراجعتك You should spend more time relaxing in the evening قلت لك أنت مالك شو ريلاكسين ولا لك حاجة أنت لك مجاكرة بس في كلمة اسمها let's دعنا أو هيا بنا هذه الكلمة انت أخذها من تلتة عداد let's go to the zoo let's بعدها infinitive وفي الآخر full stop let's go to the zoo tomorrow shall we تستخدم لسه إيلي إن شاء الله وشالوي لما كنا بنتكلم على well shall we بعدها مصدر shall we go to the zoo tomorrow shall we study English shall we have pizza shall we go to charm shall we order pizza now علامة استفهام خلي بالك علامة استفهام shall we shall we shall we هنا معلت وهنا مصدر وهنا مصدر في باقي المسماء why not على طول why not order pizza وبعدها طبعا infinitive وبعدها علامة استفهام why not order pizza now تعال بقى لو كنت انت زمان بتاخد زمان الموافقة زمان أيام ما كنت بتوافق زمان على الاقتراحات في سؤال كان بيجيلك في ثالث عداد اسمه situations المواقف الردود بقى الاجرينج لما توافق تقول yes let's do that that's a good idea فكرة جميلة yeah that sounds like a good idea what a good idea why not great yes I'd love to yes I'd love to oh I'd like to yes with pleasure yeah salam تؤمر disagreeing رفد بن أوليباه oh I can't I'm really busy I'm sorry أنا آسف أنا آسف أنا آسف أنا رحي للخمس جمال بروت على لنا بقى يلا روح أول جملة بعد ما رجعت حضرتك let's 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 وفي fall stop let's stop ببع بالإنفينيتف طبعا يبقى let's happy pizza you should to learn better time arrangement skills يشود بعدها مصدر على طول وتستخدم لك ترحو المصح يبقى يشود try to learn better time management why you take some snacks with you so you aren't too hungry لي ما تخدش snacks معك يبقى مش why can't why didn't you take why shouldn't no why don't you have you thought about أزن الصيغة دين تعرف إنا بعدها برب بلاصة عيني جي have you thought about هل عمرك فكرت taking more exercise يبقى taking starting with the most important thing is first what for what for what for what for what about طبعا كنت هشتوب لك عليها ولا about what ولا why not هي what about what about برب بلاصة عيني جي معلم تستفهام unit for وما أدراك ما unit for بكل ما فيه أول حاجة هنستخدمها في unit for necessity والobligation درس necessity والobligation يحتاج تركيز خوي جدا ومهما يتعدد تغلط فيه أول حاجة لما نستخدم الobligation عندنا كلمة اسمها must وكلمة necessity الأول كده نعرف يعني ايه كلمة necessity ويعني ايه obligation أول كلمة اسمها necessity اللي هو الضرورة والكلمة دي obligation اللي هو الالزام عشان نعبر عن الالزام عندنا أول كلمة على رأس القائمة اسمها must وقلنا وبنقول تاني ان كلمة must تستخدم للالزام حين يكون الالزام من ظروف شخصية خاصة بالإنسان وتطبع must بالفعل فين؟ في المصدر وفيه عندنا كلمة اسمها has to وhave to وفيه كلمة اسمها has got to وhave got to وفيه كلمة اسمها need وكلمة اسمها needs طبعا اللي فيها اس دي اللي هي بتيجي معه وشي وقت عشان أتكلم عن كلمة must تستخدم كلمة must لأشياء عديدة ومحب دايما نكتبها لك كده من ما بفكرك باستخدامات must كلمة must تستخدم لاستخدامات عديدة إيه هي بقى كلمة must واستخداماتها أول استخدام لكلمة must حاجة اسمها internal obligation هنا يكون الالزام شخصيا من حضرتك هنقول دلوقتي إن must تستخدم لحاجة اسمها strong advice نصيحة قوية تستخدم must لحاجة اسمها a warm invitation يعني a warm invitation دعوة حارة تستخدم must برضو لحاجة اسمها a strong reminder تسكير قوي تستخدم must الحاجة اسمها signs والwritten laws والقوانين المكتوبة اللافتات والقوانين المكتوبة must تستخدم للإنزام فيها تستخدم برضو يا بناتا شباب كلمة must الحاجة اسمها kiritisizing لما انتقدك في حاجة أقول لك must you raise your voice وأنت كل شوية لازم أن تعللنا صوتك يعني ما تتعبناش معاك must must تستخدم لما يكون الإلزام الشخصي نابع مني أنا يا جماعة I must stop eating sweets لازم أبطل أكل حلويات I have gained much weight لقد ازددت وفي وزني وزن ازداد قوي يبقى هنا أنا بتكلم عن إلزام شخصي بي أنا حاجة ما ملزمة أنا بي كظروفي تستخدم برضو كلمة must للنصيحة القوية you must clean this cut لازم أن تنظف الجرح ده it's dangerous a warm invitation دعوة حضرتك عملت كيكة ما تتكلش شوية ترز مع الجنين بمية زيادة فبابا بقى هو الراجل اللي بيدعمك بابا dad مالك you must try my cake لازم أن تجرب الكيكة بتاعتي اللي ما تتكلش يبقى أنت بتضغطي على بابا ولا أنت هو you must come to my sister's wedding tomorrow لازم أن تيجوا حفل زفافة افتي بكرة أستناك ولازم تيجوا فورم انفتيشن الدعوة الحارة والقوية a strong reminder لما تفكر نفسك بحاجة المفروض تعملها I must buy my wife a present لازم أن أجيب لامراتي هدية النهاردة عيد ميلادة أنت بتفكر نفسك بشيء ضروري تعمله written laws نص القوانين مكتوبة بنستخدم must drivers must stop when the traffic light is red ده بيبقى نص القانون مكتوب لكن إذا طبك القانون عليك من ظروف خارجية بنستخدم have to you have to stop ببقى وبتكلمتك بواحد ولك you have to stop when the traffic light is red لكن نص القانون مكتوب يبقى must كذلك السينز اللافتات علامات اللافتات دايما في الشوارع يستخدموا must يعني أنت لو عاد على الطائرة ولك you must fasten your seat belt هتلاقي كده مكتوب لك seat belt أحزمة الأمان must be fastened يجب أن ترك إيه؟ تربط criticizing الانتقاد لما قولي واحد هو أنت must you sing هو أنت يا ابن لازم أنت غني حد قالك أن أنت مغني وصوتك جميل ده مش سؤال ده سؤال غرض والاستهزاء وأن أنت بتقوله استنكار انتقاد ماما تقولك هو أنت لازم أن تجعر لنا كل شوية كده must you sing بابا يقول لك كل ما يشوفه يقول لك must you ask for money هو أنت لازم أن كل شوية تطلب مني فروس كده يبقى عندنا أول كلمة للتعبير عن الزام كلمة اسمها must تأتي must مع جميع الضمائر في الاستخدامات اللي أنا بقولها لك دي عشان ترف تفرق بين has to have to must وبقولك الدرس ده متشابه فما تقريبش نفسك وتحس أن أنت حمر ولا حاجة لا هو درس متشابه بس القرف والمشاكل والجمل المتشابه اللي أنت تعتقد أن أجيلك في المتحان كده مش هاتيك أتكلم عن الإلزام في المدارع بتكلم عن البرزن تبقى عندي must has to وكلمة اسمها have to has got to has got to have got to must دي أكثر واحدة فيهم مع كل الدمار has to بقى مع هي وشي وات have to مع I we 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 has got هي has to برضو have got to هي have to بس الفرق بينهم في النفي زي ما نقول دلوقتي والإيه والسؤال فلما أجي أقول لك must وكل دول بعديهم الفعل في ال-infinitive must has to have to وعندك has got to have got to وفي كلمتين تانين في كلمة اسمها need to وكلمة اسمها need to والإتنين بعديهم الفعل فين في المصدر طبعا انت عارف ان كلمة need to دي اللي هي فيها مع هي وشي وات وhave we need to بقى مع I ووي ودي ويو ده الإلزام في المدارة عندي must has to we have to we have got to we need to we need to we need to شكلهم في الماضي وقبل ما أخش في الماضي كل دول بيسو it's necessary يعني it's necessary ضروري أوهام must has to have to الماضي منهم had to هرارك الكلام ده في الجدول ده والماضي من need we need needed to المستقبل منهم will have to we will need to لما نجني فيهم بتحس باللغبات بس إن شاء الله مش هتطلق تعال بقى كده نرجع للحوار بقى بتاعنا على الملزمة الأساسية نركز بقى كده أول الإلزام في المدارة كلمة must وطبعا sub دي اختصار كلمة subject اللي هو اللي إيه؟ الفاعل بعد مصد has to و have to بعدها مصدر برضو has to و have to بعدها إيه؟ مصدر والصيغة دي زي ما قلتلك تستخدم الإلزام فين؟ في المدارة عندنا has got to و have got to و قلنا الفرق بينهم في النفي بس وعندنا كلمة need to و need to ادي نيدة إيه؟ من غير اس و ادي نيدز اللي فقى إيه؟ الاس مع هي وش هي و it بتسوي كلمة تانية بقى التركيبات دي it's necessary أو it's a necessity يعني ما قولك it's necessary أو ده ضروري أو هام يبقى كلمة necessary وفي it's a necessity إنها ضرورة وطبعا هنا أنا بشرح لك والفرق ما بين must و have to و ايه؟ و has got to كلمة must تستخدم للتعبير عن نصيحة قوية زي ما قلنا أو دعوة أو الزام داخلي أو شخصي أو الانتقاد I must buy my mother a present أنا لازم نجيب لولدتي هدية I must buy my mother a present for her birthday ده تعتبر ده يعتبر inner feeling شعور داخلي بي أنا لازم نعمله I must do it You must come and have lunch with us The invitation ده دعوة زي ما قلت لك You must clean your teeth every before you go to bed The strong advice Must you raise your voice like that وأنت لازم أن تعليص كده كده يد قلنا لك ده حاجة اسمها criticising لكن have to استخدم للتعبير عن الزام خارجي علي مفروض من الخارج أعظني مفيش سفر إلا بجواز السفر يا سلام علي مفيش سفر إلا بجواز السفر You have to show your passport مش هقول له واحد بقى مصد ده مش الزام شخص ده أنت لازم أن تظهر جواز السفر When you leave the country لما تسيب الدولة لأن you don't have a choice أنت ما عندكش اختيار خالص أن أنت تعملش الشيء ده لأن أنت You have to get a passport لازم تحصل على جواز السفر You have to finish third year السنة التالدة دي في سنوية عامة To go to university You have to وما عندكش أي اختيار غير من السنة دي تخلص عشان تمتحن وتروح الجامعة بتاعتك صح؟ ولا لأ؟ أنت عارف كده كويس أما الإلزام في الماضي فطبعاً إحنا قلنا الإلزام أصلاً في المضارع must, has to, have to وما تملش has got to and have got to and need to and need to وهنا في إكسبريشان اسمه it's necessary ضروري أو مهم الماضي من must and has to and have to كلمة واحدة والماضي من need and need to and need to طبعاً need to and need to and need to and need to هذه الإلزام اللي في الماضي أول حاجة بابدأ بالصبوكت هادتو أهي وبعدها المصدر what was necessary and need to دي احتاجت حاجة في الماضي وجاي ما هيجيب لك تعبير في الماضي I had to go to school yesterday اضطرنا روح المدرسة مبارحة يا عم and had an important exam كان عندنا امتحان مهم وقالك لازم نيجي I need to go to the bank اضطريت اروح البنك من الأسبوع اللي فات to get some cash عشان اجيب فلوس كاش وكده عندنا الفيوتشار بقى المستقبل قلنا will have to we will need to وبتساوي كلمة سمأة will be necessary زي ما قلتلك تمام we will have to get up early tomorrow سنضطر نستيقص بادري غدا we will need to سنحتاج إلى الصحيان وبدري غدا يبقى ده كله الإلزام في present وفي past يبقى مضارع كده ممكن تقول معايا كده مضارع الإلزام في المضارع كلمة ماص has to have to have to خذنا على الدعالي has got to سمع معايا كده have got to have got to need to need to need to needs to كل ده إلزام في present كل دول بعض يوم المصدر هيلغبطوك على فكرة هيلغبطوك على فكرة هيجننوك الدرس ده والله العظيم وبتسوي it's necessary تعال بقى must and has to have to الماضي منهم had to has got to have شفت كنت ناسي تو كنت ناسي تو كنت ناسي تو يبقى have got to مع has got to بعضهم مصدر برضو دول ما نهمش شكل في الماضي ليس حاجة اسمها I had got to get up early yesterday ما نهمش شكل في الماضي need to need to بعضهم بعض المصدر والماضي قلنا منهم needed to المستقبل will have to will need to طب احنا عايزين نين في الجماعة دول عايزين نقول ان احنا مش ملزمين بقى انا مش ملزم اذاكر انا خلاص انا خد سنوية العامة لكن انت اللي ملزم تذاكر بس انا ذكرت خلاص في الماضي ذكر بس يسا بذاكر على فكه المناهج وبدرس وبعمل حوار والله مفيش انسان بتنتهي تعليمه ابدا الا لما يموت كلنا نتعلم حتى نموت فعشان اقول ان انا مش ملزم بقى يا باشا ودخلنا في الاماكن الشائكة في كلمة اسمها lake of necessity lake of necessity نقص الضرورة كلمة lake يعني نقص نقص الضرورة على رأس هذه الكائمة القائمة كلمة اسمها neednt وهذه الكلمة لا تتبع بتو ولو حطت لها توق اسيح دمك انا بقول لك اهو neednt من غير تو وكلمة neednt معناها لست ملزما بهذا الشيء you neednt to take a taxi we have a lot of time انت مش ملزم تاخد تاكسي لاننا عندنا وقت كتير فكلمة neednt عشان اقول ان احنا مش ملزمين واتأتي مع جميع الضمائر في هستو بقى تتنفي بـ doesn't have to وهاف تو هتتنفي بـ don't have to وعندنا has got to هتتنفي بـ hasn't got to وهاف got to haven't got to ودايما بقول لك عشان تميز has to وتتنفي بـ hasn't got to وهاف تو هاف تو بقول لك اللي جنبها got تتنفي بـ not يبقى has got to تتنفي بـ hasn't got to وهاف got haven't got to يعني مش ملزمين برضو بس هستو مش نفيها hasn't to ابدا has to doesn't have to وهاف تو don't have to تاب نيد تو don't need to تاب و needs doesn't need to بص hasn't got to وهاف انت got to وdon't need to وداز انت نيد تو وكل دول بعديهم الفعل فين في المصدر اهو كل مصدر هو وبرضو it's necessary هتبقى it's not necessary او it's unnecessary مش ضروري we don't have to hurry ممكن يا مستر قول we needn't hurry اه بس من غير تو طب ينفع مستر قول we haven't got to hurry ايه مستر صح طب ينفع نقول we don't need to hurry ييس من صح it's not going to rain القوم مش هاي مطر you needn't bring an umbrella انت مش ملزم تجيب umbrella فكلمة needn't معناها لست ملزمان بهذا الشيء needn't لا تأخذ تو has to غني وراي doesn't have to have to don't have to hasn't got to تاني كده عشان اقولي انه مش ملزم needn't مع الكل طب انفي has to doesn't have to طب انفي have to don't have to طب انفي has got to hasn't got to وhave got to haven't got to انفي need to don't need to وانفي needs to doesn't need to انفي it's necessary it's not necessary طب انفي بقى انفيها didn't have to ما اضطرتش لهذا الشيء didn't have to yesterday we didn't have to go to school انبارح كان اجازة didn't have to وفي كلمتان اسمها didn't need to محتاجناش لو نفينا had to تتنفي ب didn't need didn't need to didn't need to I didn't need to get up early yesterday محتاجناش اصحى بدري انبارح كان اجازة ولازم اقولك بقى انه هناك كلمة اسمها needn't وهناك كلمة اخرى اسمها needn't have احنا بالراحة كده قلنا كلمة needn't بحطها لك هي من غير توه عشان معوركش لو حطيت بعدها توه فneednt بعدها فعل في المصدر ومعناها لست ملزمن بي ما تجي نزور نادر كده ناخد تاكسي ونروح نزوره في المستشفى يا باشا يا عم we needn't take a taxi احنا مش محتاجين ناخد تاكسي it's a short took المسافة قصيرة يبقى كلمة needn't تستخدم لنفي الالزام ومش عايز اأكد لك كل شوية انها ما تاخدش توه لكن فيه كلمة اسمها needn't have يستخدم الانجليز كلمة needn't have مدبوعة بالتصريف الثالث لشيء انت بكو ما كنتش ملزم تعمله ولكنك قد فعلته حضرتك سحيت بدري خدت شنطتك وجريت على المدرسة واطلحت جريت لقيت لك فيه ناس وقفة قدام المدرسة وفيه علام مصر وفيه انتخابات انت ايه يا ابني اللي جايبك النهاردة النهاردة مدرسة يا عم لا يا عم النهاردة لاجنة انتخابية انت متعرفش ماروش ليك ولا ايه عشان كده اصحابي ولادي اللذين محدش رن علي وريني عليهم الموبالات مقفولة يعني اي نيد انت هاف كام انا ما كنتش ملزم ماجي النهاردة والنهاردة كان اجازة وانا جيت اه يبقى انت ما كنتش ملزم بشيء تعمله بس انت عملته اهو يبقى انت هاف ديه مدبوعة بالتصريف التالت لم ولا يعرف لا لم ولا لن اصلا لم تكن ملزم بيه لم تكن ملزم بشيء ولكنك فعلته لكن كلمة ديد انت هاف تو وديد انت نيد تو محتاجتش ومعملتش يا ستار دي وزا هوليدي انبراح كان اجازة عشان كده اي ديد انت هاف تو جو تسكول اللي اي ديد انت نيد تو محتاجتش ومعملتش لكن نيد انت هاف انا عملت حاجة ما كنتش ملزم ايه اعملها بس انا عملتها دون علم ان انا ما كانش واجب علي ان انا اعملها اهو نيد انت هاف لم يكن هناك داعي ان تفعل كذا بس انت عملته نيد انت هاف بوت انت ما كنتش ملزم تجيب السكر ده بابا لسه جايب سكر قد كده الفيوتشور بقى المستقبل بتتنفي بوانت اهي وانت برضو عادي جدا مش هحتاج بكرة في المستقبل يعني بكرة اجازة فمش هتطر اروح المدرسة مش هحتاج اروح المدرسة بكرة في حاجة بقى اسمها البروهيبيشن الله احب انا البروهيبيشن المنع والحذر والتحريم يستخدم الانجليز كلمة مصنت وعايزك تبقى شاطر وواعي وذكي وفاطن ولا انت عارف فاطن ولا كيس لازم انت بقى كيس فاطن في حديث عسان بولي المؤمن كيس فاطن ده توقيت بالمراضف تلاقيك منتش عارف برضو كيس كيس يعني ذاكي وفاطن يعني ذاكي ده توقيت بمراضف المؤمن كيس فاطن فلازم انت بقى ذاكي الفرق بين مصنت ونيدنت كلمة نيدنت انا مش ملزم يونيدنت تيكا تاكسي اتشورت ووك يونيدنت تدرينك زيس جوس اف دون لايك لو مش عاجبك العصير ما تشربوش صاحبك جاي البيت وماما عملت له عصير كده بسيط فبيبسلو كده بقى رفتولو ولا انت مش عاجب في ستارباكس يعني يونيدنت تدرينكت هانتش ملزم تشربو يا بو انا حطيت فبوقك انت حر يا عم يونيدنت تترينك زيس اف دون لايك مفيش اكبار يا عم وكتر خلا انا عملتوه لكاتو انا اشربو اشربو انا لكن ما سنت اوعى تشرب العصير ده ليه عم ده منتهي الصلاحية ممنوع تصور هنا دي منطقة اسكرية بص هيمروا عليك كده يفرموك يبص في عينك كده وغالا تقول بص ياله من هنا 가격مح نقطة دفاعكات هنا. ممنوع. يلا مشي تحرك. ممنوع الأكتراب والتصوير من اي منشاء عسكرية وشراطية. so you must take photos here. it's forbidden man. move man you mustn't wear here. باحتر thicker عربيةك على الصرادة والدائري انت عبرت? you mustn't park your car here man. its forbidden. move move move. يلا تحرك بسرعة. تعملينا كرسة. ممنوع التدخين كل ده صح يبقى مصنت نحي ومنع وتحريب لكن كلمة نيد انت مش ملزم في الانجليز يستخدموا كلمة مصنت اللي هي مسموح لك محظور ممنوع تلاقي كده رسمين لك سمكة قرش على يفطى كده دي سمكة انا ما عرفش بقت العطحوت ولا سمكة مش كسوفيت سمكة قرش كده يرسموها لك فتحة بقها كده وليك كده على يفطى ويقولك اسمك قرش إن كان علي أنا عايز أرميك في البحر وصورك بس مباشر لو انت بتحفظك البكاب وبتذاكري ولاقي الدم كده بالمية بتفور بالدماء وارميك في البحر لكن اتلاقي واحد واقف كده على الشاطئ يقولك راح فين حضرتك أنا عايز أختصينها أنا عايز أختصينها يا من الشاطئ يا عم هناك وعايز كدامك لا أنا عايز أختصينها يقولك ممنوع 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 يلا عايز تتاكل اسمك القرش هيم استنيعك انزل يا عم انزل مع السلامة أنا مش عم هتعوم على مسؤوليتك الشخصية لذلك لا يجب أن تسويم هنا لا يجب أن تتل نادر او هتقول لي نادر الموضوع ده انت عارف مستر نادر ما بيتبلش وبق قفولة هيقول للناس كلها لا يجب أن تتلهم لا يجب أن تتلهم لتو كاري اجاني بابليك بلايسيز ممنوع تشيل المسدس في الأماكن العامة تسجين استيزالو انه ضد القانون لا يجب أن تتتاكل اوبيكتز انزل ميزيوم كانوا زمان ما نروح رحلة مدرسية يقولوا لنا اوعة تلمس المعروضات على سم واحنا كنا مسدقين على سم ايه هو بيقول لك يعني اوعة تلمسها لانها ما تكتبش على القصار يعني تروح تكتب اسمك وتروح تلمس المعروضات يعني لكن بقى الفرق ده مهم جدا ما بين مصنت ونيدنت كلمة نيدنت تستخدم لشيء انت مش ملزم تعمله وليس عليك اجبارا ولا الزاما ان تفعله لكن مصنت بقول لك اوعة تعمل ده انت مش ملزم تشرب العصير ده لو مش عايز اوعة تشرب العصير ده منتهي الصلاحية فلو في شيء خطور على حياتك نقول مصنت لو ضد القوانين نقول مصنت لو نصيحة سلبية وبتقول لواحد يوم مصنت شاوتت يور فالرز فايس منفعش تزع في وش بابا مش بعد ما رباك وعمل منك بنا ادم تزع في وشه ما دي اخرتها والله العظيم لو شوفتك بتعمل كده لقتلك قتل مصنت ونيدنت الاتنين بعديهم مصدر لكن شتانة بين هذه وتلك مصنت اوعة باللغة العامية كده اوعة تعمل ده نيدنت لستمول زمن بي يو مصنت ولا نيدنت سموك هيا ممنوع هتحط لنا هنا يا باش الجملة البعدية يو تيكا تاكسي اتس اشورت ووك اتس اشورت ووك يعني المسافة بيسموها كده في البلد عندنا اقولك فاركة كعب يعني مسافة قليلة فانده مش محتاجة اصلا انا جوابت لك كده اصلا يو سموك هيا اتس فوربيدن يبقى مصنت يو تيكا تاكسي اتس اشورت ووك يو نيدنت وعلى فكرة تنفع يو دونت نيد تو ويو دونت هاو تو كل ده صح ويو هاوينت جاوت تو ايه رأيك بقى الله الانجليش والله I like english so much انت بقى تكره انت حر انت حر يا صديقي في ما تريده you don't have to you don't need to you haven't got to بس نيدنت من غير تو ايهوا عطيب معنه دا ينطينو ايهوا عطيب معنه دا ينطينو ايهوا عطيب معنه الديانتينو بتبني معنه ايه او عزيتو أنا عرف لو جبتي معنه دا ينطينو سنتينو العوار الله 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 الجملة دينو جرتيني دا كتن في انتينو جتت من قتلك нравится trov Martinото جلب العد羅 يتاطي 분�ي vive هي تطاق المح77 اريد حا اولد حيا marker رحبتها. رحبتها؟ لازم انتظر اولا قديمة وهويتك اولى تخشها اولا تتخشها اماميشها عسكرية. اقول لك رحبين؟ ما باشا. دعيز اعمل كزا. اطردك دعك تالعة الكاميرا بنزل كاميرا ديو اصمحت ترمي ليه! طب تصور. تريد كاميرا كل الاجراء لا تستطيع اقوم بفردها. يلا موت. يو تيك فوتس هيري اتس فوربيرن او اتس ملتري اريا منطقة اسكرية مش اقول شو دين تشو دين تدير النصح بينك وبين صاحبك تقولي شو دين تسموك ماشي ممكن يدخن وما يدخنش وحور مش يجراله حاجة لكن لو خدت صورة ومنشاعة اسكرية وتعامل معك هيدوس عليك بالدبابة وحقه يفرومك كده اوه كده اوه جاي واح كده اوه عشان تروح على انا منطقة عسكرية وتصور كده اوه يو تيك فوتس هيري اتس ملتري اريا منطقة عسكرية هيباليقابة ماصنت يو تراي ماي سيسترز كيك اتس ريلي ديليشوس الكيك ده جميل يو نيد انت يا عمد انا باعزمك يو نيد يو ماصنت ليه ده بقوله يو ماصد دعوة يو ماصد تراي ماي سيسترز كيك اتس ريلي ديليشوس كامي ايرلي از اتس اوهولي دي اجازة فالراجل مش ملزم مستر في جازة اجابة تنفع اصلا احمر بحب الاستفار في جازة حاجة ينفع هي دونت نيد توزح انت حمار هي تاخد دونت علمتوني الشتيمة دفعت اربعة وعشرين غيرت في شخصيتي خلتوني عصبي رغم مرور سبعة وعشرين سنة في حياتي التدريسية سبعة وعشرين سنة بدرس عمري من فعلت انفعالات دي عمري ما كان يجري على السنة اقول يا بقره ويحمر دي لاي طالب دفعتوني لهذا دفعا والله العظيم لنت عارف دفعا دي تعرف بيه دي ما فقول لقيت مطلق دي ما تعرفش حاجة انت اصلا في العرب ما علينا غيرت في فتقول لي هيدونت ازاي صح لو صح تعال بقى هابنت قدتو صح انت قلت انها تنفع يا ابني في حاجة اسمها لو هازنت قدت صح ايه صح ايه هازنت قدتو ايه هازنت قدت ايه انا معاك دي هازنت قدت صح بس هي هازنت شفت الراجل حتى اكبرها لك ازاي شوف سبحان الله هي اجاد كده هي اجاد كده هازنت قدت نايسة ايدي بقى لقيت صح نايزة او احمار انا ما قلت مش عايز اشتم يا جدعان شوفت حتى اكمانت سبحان الله جات كبيرة برضو معاها شوف دي ممكن وعسى انت اكروشين واخير لكم السبورة كبرت كده بشكل عفوي عشان تشوف ان هازنت قدت ما تنفعش غير بتو انت بتتعصب ليها مصر ما قلتلك السر ما قلتلك السر في العصبي شوفت اتصور لك جنبها هازنت قدتو المشكلة هنرجحها بسيطة ازاي عادي عادي كله بالمودرني تكنولوجي شوفت يا دي عشان لو جالك اسية عن مودرني تكنولوجي بالمودرني تكنولوجي هيل بقصة هو بتساعدنا في الليرنينج بس انا دايما هي ما بحبهاش انا بين وبينها عداء بس لازم انا استخدمها اعمل ايها ايهاف تو مضطر استخدمها شوفت الالزام يا ات انت بتعلم الانجليش عشان تمارس لغة تمارس حياة جريت تتكلم انجليزي كده مع اصحابك اه نسيت ان انت حمار انت واصحابك صحيح ناسك ما تتكلموش انجليزي بلاش احسن بلاش 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 هتتكلم انجليزي هيقولك مين العلي الهاب لا اللي بتتكلم انجليزي دي اللي يتكمن انجليزي اه oriental skimton to drive a car in egypt اللي ليت بل���师 انت لازم تكتازي الكثير ده ده ولازم انت اخذ الرخصة فقط تسو Kei Arabic watadi بالمجحين لا مجحيننس vs abra todos ولا انت محتاج وبعدين معاك كابلنا لك ده مرة وشربناه. قررتها لا مجحين انت لازم كانت ادMerik tit est7ivil لا لازم انت لازم يباشر من الرخصة ولازم تكتازي ده خلاص يا باشا الدواء ده انت معونتش محتاجه انت خفيت خلاص هقوله يو مصن تتكزيس ميديسين انت عارف ام تقوله يو مصن تتكزيس ميديسين لو قولنا يو مصن تتكزيس ميديسين الدواء ده منتهي صلاحيوته تبقى تقول له مصن لكن انت بتقول له ايه بقى انت خفيت خلاص وطبعا مش هنقوله يو هف تو ولا يونيد تو انت محتاج هي يو دونت هف تو ولو موجودة نيد انت صح ولو دونت نيد تو صح ولو هفنت جات تو ام سوري فور نوت بيزيتن جيو لصنايت انا اسف ان انا مزور تكشن بهذه اقولي لا لفاتف اي اي سي ماي دوكتو يبقى اضطريت في الماضي يبقى هاتو انت مش ملزم تقوم هنا لانه خطير ولا كودنت ولا دونت هف تو انت مش في بعض الناس بتروح تختار دونت هف تو دونت هف تو معناها انت مش مضطر هقولي واحد انت مش مضطر تقوم هنا لانه خطر ولا اوعى يبقى اوعى يبقى يو ماسنت يو كم راوند تو ماي هاوس يعني لازم انت تجد تزورني وين يو هف فينجد يبقى دي دعوة يبقى يو ماسنت يو بارك هير اتس نوت الاود انه غير مسموح بهذا اتس نوت الاود يو بارك هير اتس نوت الاود يبقى يونيد انت بارك هير مش مسموح لك ياسد انت مش محتاج لك تركن هنا لانه مش مسموح ولا يو ماسنت وبرضه ما ينفعش اقول يو دون هف تو انت مش مضطر تركن هنا ولا يو دينت هف تو انت مضطريتش لا اوعى تركني يبقى يو ماسنت هي مش متأخرة على المدرسة لذلك شي دينت انا بتكلم في المضارع مش في الماضي دونت معا دا معا شي لأ طبعا ايوه شغالة طبعا هي دي الصحة مش قط هي مش نصيحة وبعدين لو قط كان لازم معاه تو لو في تو كان تمشي لا طبعا هو مش عدم تأكد هي هاف تو مضطرين طبعا يبقى لازم انا بطل اكل حلويات لانهم سيئين علي يبقى مش اي كان ولا اي نيد مش اي كان ولا اي نيد ولا مست استوب اي تنج سويتس اقول اي مست استوب اي تنج سويتس او طبعا صح انا لازم ابطل اكل حلويات لانهم بات فور مي مش اي هاف تو لان هنا الالزام الزاما شخصيا من ظروف خاصة للمتكلم او المتحدث في كرة القدم يبقى ممنوع تلمس الكرة بيدك يبقى ايوم مصنت زي ما انت ملاحظ ان كلمة مصنت تستخدم لنهي وتحريم بقولك اوعى تعمل ده مفيش قيادة فوق التسعين كيلو متر في الطريق ده ده الحد الاعلى للسرعة لو مسافر على طريق السخنة هتلاك مكتوب لك ياف تو مية وعشرين كيلو متر يعني ممنوع تجاوز سرعة مية وعشرين كيلو متر في الساعة يو باك هي زرز ابرر بلاس هي احنا لسه مجناش هنا احنا لسه في الجملة اللي فوعا منادر ما تسحى عم منادر بقى يو رايف اوور نانتي كيلو ميرورز انا اوور اتسا ماكسمام بسبيل لميت ده حد السرعة يبقى يوم مصنت درايب لكن اقول لك يو نيد انت درايب فاست انت مش محتاج تسوق بسرعة لي ويحاف اللور اف تايم فانت مش محتاج لكن انا بقول لك اوعد سوق في ما يزيد عن تسعين كيلو متر في الساعة تتسحب انك الروحة ستدفع غرام يو بارك هير ما تستعجلش وتقول لي مصنت وما قالكش اتسا اجين استيزالو ده بقول لك زرز ابرر بلاس هير في مكان تاني اهو وانا بحذرك ان الجملة دي موضع امتحان لان الطالب عينه بتروح على بارك يبقى يو مصنت لأ يو مصن بارك هي اه ليه اتس فوربادن ماشي اتسا اجين استيزالو ماشي اتس باندي ماشي محزور ماشي كل ده صح لكن بقول لك انت عندك مكان افضل هنا يبقى يو نيد انت انت مش ملزم تركن هنا في مكان افضل يا بابا خلي بالك بقول نيد انت مستر تبقى تنفع يو دونت نيد في انتو في انتو في انتو في انتو في انتو في انتو الله على الصعوبة اللي انت هتبقى فيها مستي تاني بشكل تاني اعظني نادر رجب بالاسكارف ده بالشاكت ده هو نادر بشوكت اخرى مصد لها كذا شكل باستخدامات عديدة بس هي مصد بس لها كذا استخدامات اول حاجة اللي خدناها ان مصد تستخدم لنسيسيتي والأبليجيشن فاكر وقلنا تستخدم مصد برضي يا رايس للدعوة وللنصيحة والتسكير القوي وللانتقاد ولغات اللي ايه الصينز اللافتات والقوانين المكتوبة تستخدم مصد ايضا للديدكشن للاستنتاج يعني استنتاج شايف واحد لابس كويس وبتاع فتقول الراجل ده اكيد غني شايف واحد بقى صوره على السوشال ميديم اللي علاقة ده فتقول اكيد سعيد فانت بتستنتج انت حر بقى لو بتأكد من شيء تأكد في المضارع تأكد قوي لها شكل وتأكد في الماضي لها شكل فكز معي فلو بتأكد في المضارع من بتأكد قوي وعايز اقول لك مصد دي بقى اللي بيجي بعدها المصدر دي مصد تانية خالص هي مش نسيسيتي بكن اللي جوه القاعة ده مصد بي مستر نادر اكيد مستر نادر انا عارفاه القاعة كبيرة ومليان انا عارفاه يبقى اكيد هو هو في غيره وبيزعقه للطلباء ودايما انجري وصوته جاي باخر الشارع يبقى اللي جوه القاعة ده مصد بي مستر نادر انا متأكد انه هو يبقى يستخدم الانجليز كلمة مصد بمعنى اكيد انه للتأكد القوي المثبت اللي جوه القاعة ده بقى شفنا فيها كانت بي مستر نادر لا يمكن ان يكون نادر انا عارفاه مستر نادر القاعة فاضي اصلا يبقى هو مستر نادر مستحيل يكون مستر نادر ده حتى الراجل ده هادي وقصير كمان يبقى اللي جوه القاعة ده مستحيل يكون نادر يبقى كانت تستخدم للتأكد المنفي مين اللي جوه القاعة هي مي بي نادر هي ميت بي نادر هي كود بي نادر كل دول معناهم لعدم التأكد ومعناهم ربما ربما جايز الله اعلم انا ما عاربش زيزو لاعب الزمالك سكور زي ميني جول بيسجل اهداف كتير الراجل ده مصد بي اجود بلاير اكيد لعب كويس بانا بستنتج انه لعب كويس برو انا على ادلة مستحيل يكون صعب طلبة سعيدة انا مش متأكد بصراحة يبقى عشان نكون متأكدين بنسبة عالية في المضارع يبقى عندنا ده براحة بقى كده عندي كلمة اسمها ماست وتستخدم للتأكد القوي نفيها كانت في المضارع لا يمكن ان يكون وعندنا مجموعة اسمها مي ومجموعة اسمها ميت المجموعة دي ومجموعة اسمها كد كل دول يا ريس بعديهم المصدر دول معناهم جايز ربما لعدم التأكد اقولك ايام نوت شور طيب اين اللي جاب كد هنا مهالكد استخدامات عديدة منها عدم التأكد اهو هنا مصد وكانت ومي وميت ده الاستنتاج اللي في المضارع طيب مستر نادر مين اللي كان جوه القاعدة هي مصد هاف بالنادر ده الاستنتاج اللي في الماضي الماضي من مصد بقى الاستنتاجية مش هادتو هناك هادتو كان بتاعت الالزام لكن مصد هنا الاستنتاج بتاعها مصد هاف الاستنتاج بتاعها في الماضي كانت كانت هاف وفيه كلمة اسمها كود انت برضو ممكن نستخدمها نقول كود انت هاف وكل دول بعدهم تصريف ثالث اللي كان جوه القاعدة هي مصد هاف بين مستر نادر اكيد كان مستر نادر اللي جوه القاعه ده كانت هاف بين مستر نادر في اليونان ومنزل صورة على الفيس بيقول لك اخسامنا بعد ما خد فلوس المراجع وخالع من هنا فما انت مستحيل تكون شفته النهاردة يبقى واحد شابs مستر نادر is in Greece. You can't have seen him today. You couldn't have seen him. You can't have seen him. You couldn't have seen him. انت شوفت مستر نادر مبارح والله he may have been مستر نادر ربما يكون كان هو بس انا مش متأكد يبقى may have ده شكلهم في الماضي بقى هي might have اهيه وفي كلمة برضو اسمها could have كل دول معناهم ربما شيء حدث في الماضي وكل ده بعده ال past participle هنا برضو تصريف تالت وهنا برضو تصريف تالت ده استنتاج في ال present وده استنتاج في ال past must must have can't can't have may may have might might have could could have must must have can't can't have may may have might might have could could have could have can't have can't have can't have ملكور خلاص عندك can't have can't have تأكد من في حاجة اكيد ما حصلتش may have could have might have شيء عدم تأكد في الماضي زمالك when yesterday must have been happy اكيد كان سعيد زمالك lost yesterday نادر can't have been happy couldn't have been happy مستحيل يكون كان مبسوط why didn't he come to school yesterday وليه ما جاش المدرسة مبارح he may have been ill he might have been ill كل ده شغال could have been ill i am not sure ملاحظ بيقول انا مش متأكد عندنا الباسف بقى سواء may have او might have او could have بياخد كلمة بن في الباسف يعني مثلا عندنا احنا مش لقين الرموت اترمى في الشارع يبقى maryum must have been maryum must have thrown it اكيد هي اللي رميته لو ربقت بالرموت كنترول هقول رموت كنترول must have been thrown اكيد ترمى بواسطة مريم may have been might have been could have been فده الباسف some one must have broken the window from inside اكيد اللي قصر الشباك ده قصره من جوه ده اكتف اهو مبنى المعلوم عشان ابني الجملة مبنى المجهولة وليه بقى the window فين المفهولة هو هنزل must have واجب معها كلمة بنا اهي الباسف بتعب كلمة بنا وتصريف تالي the window must have been broken from inside اكيد الشباك ده كسر منين من الداخل عندنا بقى كلمات يا باشا اللي هي احنا دخلين بقى على ال advice النصيحة كلام بتاع النصح اللي احنا كنا كتبينه على الصبورة وان البتاع دي لسه مصر انها هتتحرك باس 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 ما تتوتريش انت في سنوية يا عم يا غلبانة ما عايز الايال اللي بتتفرج هي اللي متوتره متوترين عشان مش مذكرين انت عارفة لو هم مذكرين يا صبورة مش هيبقوا متوترين بس احنا واجبنا ان احنا منوترهمش احنا واجبنا نهديهم ونطمنهم وننصحهم بشد الله شد يشد لازم تذكروا ان شاء الله وهتعملوا بخير وربنا هيكرمكم ان شاء الله وفي كلمة تانية اسمها اوتو عندنا كلمة شد شوف انا بحب الحاجات بقى واضحة ازاي قدامك يلا عم اعمال الوين لك او شد هي اوتو معناها يجب انت تعال بقانن فيو شد انت وفي اوتنت اوتنت تو بس خلي بالك اوتنت معا تو اهي دول معناهم يجب ان او ينبغي ان دي يجب ان لا ودول دي مصدر برضو بعديهم ودول بعديهم مصدر ودول يستخدموا الحاجة اسمها ادويس للنصيحة اللي بسيدي نصيحة وانا ما زلت واقف هنا عمال انصحه ويو شود استادي هارد يو شود استادي هارد يو شود استادي هارد يو شود انت سموك يو شود انت سموك يو شود انت سموك اوعى تدخن بانصحك اوعى لكن حضرتك ما ايه ما سمعتش الكلام وروح تدخنت وصحتك بازت وراح تعمل اشعة فاذا بالامراض القلب كلها موجودة والشرايين مسدودة فالدكتور يقولك يو شود انت هاف اسموك ما كانش مفروض تدخن يبقى ده الشكل في الماضي بقى شكل شود في الماضي كلمة اسمها شود هاف وشكل قد تو في الماضي كلمة اسمها قد تو هاف والاتنين دول معناهم كان يجب ان بس ما حصلش خلي بالك وقلنا شود انت في النافي شكلها في الماضي بقى كلمة اسمها شود انت هاف كان يجب ان لا بس حصل وعملت يو اوت انت تو هاف يو اوت انت تو هاف اوت انت كده مش صح اوت انت عشان الواحد بيكتب بالمعوج اوت انت ايوة كده اوت انت تو هاف شود انت هاف و اوت انت تو هاف دي معناها كان يجب ان لا بس حصل يا باشا وما سمعتش كلامي وروح تدخن وعملت فيها راجل مع ان ما فيش علاقة بين التدخين والرجولة كونك بتدخن ده ده حاجة بتاعتك انت وما هيش لاها علاقة بالرجولة ولا حاج يو اوت انت تو هاف وارو عن حاجة اسمها رجرت رجرت يعني ايه بقى الندم ده عادة مع اي ووي يبقى انت بتندم لكن مع يو وهي وشي لو هتعمل حاجة يبقى دا بليمينج لكن كان مفروض اذاكر وقلت كان مفروض نذاكر يبقى انت ندمان او خيبان مع ناس وعملين تندموا مع بعض ويشو دا باستعدد كان مفروض نذاكر معنى اني فات الاوان انا ما زلت واقف هنا عملا انصح اقولك زاكر او ايه ما تهملش وقتك لكن لو جيت هنا يبقى الزمن راح والموضوع فات وانتهى يشو دا باستعدد كان مفروض تذاكر يبقى هنا ندم ولوم والحد الان احنا ما وصلناش لهذه المرحلة فانت بيدك ان تغير واقعك وتتغير وتذاكر وتعمل وتكتهد وربنا هيكرمك اديا باشا الجزء دا اللي هو خاص بالنصيحة حبيتها فاتفضلكم كده بالتفصيل مع هذه الحتة الجميلة وبعد كده اشرح لك بقى في حاجات تانية اضافية هي بس بعد ما تكون اجملناها تستخدم بقى بس شد وقدو وفي كلمة اسمها هاد بيتر الكلمة دي معناها من الافضل لك والكلمة دي مالهاش علاقة بالماضي ويجي بعدها المصدر ومعناها من الافضل لك ان تفعل كذا ونفي هاد بيتر عشان ما تقوليش هاد انت بيتر هاد بيتر نوت وبعديها المصدر يو هاد بيتر نوت سموك احسن لك ما تدخنش يبقى هاد بيتر برضو تستخدم لاعطاء النصيحة بتستخدم هذي التعبيرات مع شد وقدو يو هاد بيتر في حالة اف التانية تستخدم لنصيحة خدتوها السنة اللي فاتت لو انا مكانك ايود وبعدها مصدر هذاكر خلي بالك دي بقى شد انها فكرة جيدة ادفايزابل يعني منصوح به مرغوب فيه يو شود لوك فورا نيوجب مفروض تشوف لك وظيفة جديدة اتس جود ايديا انها فكرة جيدة تولوك فورا نيوجب يو شودينت لوك اتسان اتس فري دينجلس يو شودينت يو هد بيرر ناط لوك اتسان لكن عندك بقى شود هاو وقدو هاو اللي قلناها شيء كان يجب يحدث او ما يحصلش في الماضي زي ما قلنا نوجه اللوم لشخصي وكده اقول ايه كان يجب يحدث او ما يحصلش دي مش نصيحة ده لوم تركز يو شود دو يبقى نصيح يو شود استادي نصيح يو شود هاو استادي لوم اي شود هاو استادي ريجريت ندم لان انا اللي بقولي على الثاني انا باندم اي اوي بقى ندم يو شود هاو داني ريجريت ايه كان مفروض تعمل وكبك مبارح دي بليمينج اهي هكتبها لك اهو بليمينج لوم يو شودينت هاو باركد يور كار هير ما كانش مفروض تركن عربيتك هنا اتس نو باركينج اريا خلي بالك ده ركن لكن لو هو لسه مركنش هاقوله يو ماصنت لكن شود انت هاو حتى لو انسان خالف قانين واقوله ما كانش مفروض تعمل دايبه شود انت هاو باردو اثناء احتداد كده ونقاش او خناقة قلت كلمة وحشة لصاحبي فانا راح اتاسف له عليها اي شودينت هاو باردو ما كانش مفروض اعمل ده انا كده جرحت مشاعره يبقى دا ريجريت لانه بيقول اي يبقى ريجريت يعني ندم وبليمينج لوم وسواء الندم او اللوم صعب فانت لسه لم تلام ولن تلام اذا ان شاء الله ذكرت احنا قلنا في مي هاف وفي ميت هاف وفي كود هاف عدم تأكد في الماضي تاني احنا قلنا تاني الاستنتاج ماصت بي كانت بي اهو اللي جوه القعدة مصت بي مستر نادر اللي جوه القعدة كانت بي مستر نادر مستحيل يكون مستر نادر قلنا مي بي ميت بي كود بي عدم تأكد في المضارك احدف على الماضي الماضي من مصت الاستنتاجية مصت هاف اكيد حاجة حصلت الماضي من كانت كانت هاف او كود انت هاف دي اكيد حاجة ما حصلتش مي هاف ميت هاف كود هاف شيء كان ممكن ايه شيء قصدي ربما يكون حدث لكن اللي كود هاف استخدام تاني قلته لكم مرارا وتكرارا شيء كان ممكن نعمله بس احنا ايه ما عملنهوش ليه البوسيبليتي الاحتمالية كان ممكن نعملها كود هاف وتصريف تالت دي تعبر عن شيئين شيء كان ممكن حدوث لكن لم يحدث اي ترافل دبي باس بتي كود هاف ترافل دبي تاكسي انا سفرت بلوتوبيس بس كان ممكن اسافر بالتاكسي والاستخدام التاني اللي احنا قيلينه لسه لو عدم تأكد في الماضي نادر كود هاف ميت هاف مي هاف رانج مي ممكن يكون اتصل بي لما كنت برا انا مش متأكد من ده عندنا بقى دخلنا في حوار الابيليتي بقى اللي هي كان والماضي منها ايه كود ونفي كان كان كانت فكان وكود ده بناتا شباب الحوار ده المفروض ان انت عارفوا سه كان يستطيع وكانت لا يستطيع ده للتعبير عن الايه القدرة اي كان ونفيها كانت وفي الماضي من كان ايه كود في عندنا ام واز وار زائد اي بول تو معناهم قادر على بعدهم المصدر وفي كلمة اسمها ام واز وار زائد كلمة اسمها قادر على بس بعدها فعل مضاف له ايه اي ان جي وفي تعبير اسمه هاذ او هاف حسب الفاعل وبعدها المصدر يعني لديه القدرة على هذا الشيء اي كان سي فيري وال انا ممكن اشوف كويس من سحو البقل بعده في المباشر كبد لديه قدرة الاavoirي قدرة هدائز عندنا القدرة ان احنا نحلى المشكلة دي لما نجي بقى نقول كانت ده هو حاجة مستحيلة كانت ده عدم قدرة في المضارع تستخدم أيضا للتعبير عن الاحتمال في المضارع ده بالنسبة لكان وكود للتعبير برضو عن شيء مسموح بي أو غير مسموح في المضارع في بعض الدول أنت ممكن تسوق أنت عندك 17 سنة يعني القانون بيقول أن ده برميتد مسموح في بعض الدول لا يمكن أن تستخدم المضارع قلنا كانت تبقى أكد تاني أنها ممكن تساوي للمنع والتحريم يعني ممكن you mustn't smoke here هي you can't smoke here يعني this is not permitted ده مش مسموح يعني it's a genius تزالوه برضو زي mustn't طب الماضي من كان could طب الماضي من كان couldn't دول بقى يعبروا عن عدم قدرة عامة في الماضي ما كناش نقدر نعملها at the weekend they found a shop where they could buy sheep books لو كتب وشتروا كتب في الماضي my sister looked all over the house دورت في كل حتة في البيت but she couldn't find her phone ما لقيتش التليفون بتاعها حتة اللي جادي بقى لو في صعوبة في المضاء في حاجة في قدرة في الماضي قلنا في كلمة اسمها able to معناها كان قادر على لو جبنا أبلها was where was where دي معناهم كان قادر على managed to دي معناها تمكن من بتوحي بعد المحاولات was succeeded in قلنا معناها نجحة فيه ويجي بعدها الفعل مضاف له I took my car to the garage أنا خدت العربية لجاراج النهاردة where one of the mechanics احد الميكانيكية was able to or managed to start it تدري شغالها توحي بالمحاولة able to دي حب المحاولة وصعوبة في الحاجة I had been trying أنا أطول الليل عمالة حاول أبعث لك الإيميل finally أخيرا شوفوا توحي بالمحاولة إزاي I succeeded in sending it قدرت أبعته لك برضو كلمة كان وكد ما تتخدعش إن كد ممكن تستخدم to give permission ليعطي الإزن في المضارع والمستقبل كمان in the past people could drive ده قدروا يسوقوا in the past couldn't vote بقول لك النساء ما كانتش تستطيع أنها تصوت في الانتخابات لكن تعال بقى دايما مش كان وكد تديك استطاع وما استطاعش بس كان هي كد لو بطلب طلب مؤدب can you open the door could you open the window please ده طلب يا باشا هو لكان وكد استخدمات عديدة دي الطلب تمام can you open the window please you can أو you could خلي بالك كد برضو إحنا لسه إلي أنتوا استخدم للإقتراح برضو تستخدم للسجيشن تستخدم برضو يا باشا في كلمة اسمها may I may I يعني هل تسمح لي may I leave early بس may دايما تستخدم للفورمل للإيه للريكوست الفورمل اللي فيه حتة الرسمية شوية لكن أنا بقول لك برضو أنه could قد تستخدم لحاجة اسمها permission تصريح وممكن مضارع أو مستقبل you could use my car tomorrow أنت ممكن تستخدم عربيتي بكرة لو عايز فممكن كلمة could تستخدم for giving permission لإعطاء الإذن يا صديقي طبعا أنا عايز أعمل لك سامري لإلا أنا عملته ده بص عشان زي الحاجة مش هنبقى بنكروتها بما يرضي لك ده هادي أهو خلي بالك خلي بالك خلي بالك خلي بالك طب خلي بالك هتعمل إيه أنا عارف أنا أعملي بقى زي ما تيجي زي ما تيجي ياض أنا عارف أنا أعمل إيه can وفي am is are am is are لو أنتم معانا من أول السنة هتلاقيني كاتب لك الكلام ده على الصبر ومصور وكذا حاجة لكن لو حد تاني بيتفرق بقى ما كانش معانا في السنتر لازم نكتب الحاجات دي برده ولو كتبتها في السنتر برده كتبها تاني وانت يعني بتذكر am و is و are وطبعا بعدها كلمة اسمها able to وهنا كلمة اسمها capable of وهنا has أو have the ability يعني لديه الكدرة على كذا I have the ability to to وهنا الماضي من كان could احنا عايزين ألوان تانية كده أيوة كده كان could am و is و are was where where زائد able to هنا برده was where زائد capable of و هنا بقى had the ability the ability to to قادر على و دي قادر على و دي لديه الكدرة على ده الكدرة في المدارة كان am is are able to قادر على بعدها مصدر am is are can of have the ability to بعدها مصدر و انا اقول لك the grammar could الماضي من ايه من كان وبعدها مصدر استطاع i was able to كنت قادر على في الماضي was where كان قادر على في الايه في الماضي بس بعدها ينجي برده the ability كان لديه الكدرة على و بعدها المصدر ده ملخص لل ability ability يعني القدرة ability can can could was where هنا was where و بعدها تزائد مصدر هنا verb plus energy يلا خد بقى سكريناتك وعيش مع حياتك شفت سكريناتك وعيش مع حياتك يلا يلا بقى روحين للجملة بعد التدريبات دي وبعد كده رجع علينا رجعت حلتهم صحة ولا حلتهم غلط بقى هتشوف دلوقت والخطأ وارد بس نتعلم اول جملة بقى و دي المتحانات اللي فاتت this is not your handwriting ولا ده مش خطك ده مش خطك you have written this is a يبقى مستحيل تكون كتبت الاس اي ده يبقى قولك you must have written انت اكيد كتبت وانا بقولك ده مش خطك you may have وانا بقولك ده مش خطك ولا you could have كان ممكن تكون انت لا you can't بص يا ابني you can't have written this is a انا عارف خطك ار وقول انت غشش الواجب ده منين you made your friend angry انت دايقت صاحبك اخي you have insulted him in such way ما كانش مفروض تهين وكده انسلط يعني هين او يشتمت يبقى يو must ولا you should have ولا you shouldn't have ولا can't have you shouldn't have insulted him like that اخي انت دايقت الراجل ما كانش مفروض تدايقه كده you had better had better had better had better كلمة had better معناها من الاجدى لك او من الافضل لك وتطبع هذه الكلمة بالمصدر ونا في had better had better not you had better really if you wanted to come with us انت مفروض تيجي بادري لو عايز تيجي هات better مش كيم كيم ده ماضي you had better come كم 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 وهات better ما يجيش بعدها تو عمر كان هاردلي موف عمر بالكاد ويتحرك هاردلي معناها بالعافية او بالكاد بالعافية بيتحرك هي ايه بي فيرقل يبقى اكيد الراجل مريض استنتاج كوي يبقى هي must be he is unable to answer هو غير قادر ان يجاوب اي سؤال يبقى مستحيل يكون شاطر يبقى he can't be او couldn't be لو موجود he can't be clever they went to luxury by plane but هم راحوا لقصر بالطيارة بس كان ممكن يروحوا باي حاجة تانية بالقطر يبقى كودهاف اللي تستخدم لشيء كان ممكن نعمله بس احنا ما عملناهوش اي دي انا او انا ما كنتش عارف zero was a meeting today اني كان في اجتماع النهاردة يا راجل كان مفروض تقول لي ما لسحاب ايه بقى يشو تل يبقى لو في المضرع لسا لكن انت تبت لومه وبتقول له ما انا ما كنتش عارف ان ا في اجتماع كان مفروض تقول لي يبقى you should have told me عمر كان شغال معي طول اليوم شفتو ازاي بقى يا كداب يبقى مستحيل تكون شفتو في الحديقة بقول لك الراجل بطل زول لو كانت برضو كانت صح كان مفروض اروح انام بدري مبارح انا تعبانة هون هاردة مش اي مصنننجو ولا اي شودننجو هي اي شود هاف جوان تبذي ارلي كان مفروض اروح انام بدري مبارح تب لو خليت لك دي ليت هاولي بقى I shouldn't have gone to bed late ما كانش فروض روحنا متأخر مبارح دلو كانت إليت تبقى shouldn't have لكن هو بيقول لك بدري يبقى I should have gone كان مفروض روحنا مبادري I downloaded that program I downloaded that program Now I have a virus جال الفيروس على اللابتوب يارتني ما نزلت البرنامج ده ما كانش جال الفيروس انت دبانة رخمة ما تيمشي بقى لا منك ولا من الطالبة ولا منك امشي بقى I downloaded that program يبقى ما كانش مفروض أنزل ده مش I can't have ولا could have ولا will have هي I shouldn't have كان ياجب أن لا أنا ببعث لك رسالة لأن الراجل ده بيندم بيقول I shouldn't have downloaded يارتني أو كان ياجب أني ما نزلش البرنامج جال الفيروس وأنا بقول لك مش عايزك تندم وتوقف بعد الامتحان وتعبر عن الرجريت I should have استدد وما تقولش الجملة دي أتمنى ما تقولهاش I shouldn't have I shouldn't have wasted my time ما كانش مفروض أضيع وقتي I shouldn't have mixed with bad friends ما كانش مفروض أختالط بأصدقاء السوق اللي خيبوك أهو يبقى أنت كده خبت واقفت ندم لكن أنت لسه ما خبتش فنعمل أقولك You shouldn't mix with bad friends بدل ما توقف آخر السنة وتقول I shouldn't have mixed it والراجل ده بيعبر عن إيه بقى هنا الرجريت 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 الندم والكلمة دي برضو بتجي فعل بمعنى يندم والندم صعب ومر وقاصي فنصيحتي ليك زاكر حتى لا تندم بعد فوات الأوان بس انت لسه في مكان وفي لسه زمان تذاكر كمان وتسترجل ينثري في الفوكاب بقى خلصنا كده الجرامر خش على الفوكاب ولما تيكي كلمة فوكاب ألاقيك بقى خلاص اهتمامك في اللغة يقلوا بتاع اوعى تهمل الكلمات وأنا على مسؤوليات الشخصية أقول لك الكلمات 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 يعني الجرامر مش مهم لا الجرامر مهم وإحنا تفحين الدم فيه أهو وشرحناه حلينا عليه لكن اوعى تهمل الفوكاب عندي كلمة دي جري دي معناه الدرجة العلمية ديالة ثري essential ضروري ودي quarterly كلمة essential من الكلمات المهمة جدا لأنها لها معاني كتير بتسوي الكلمة اسمها fundamental fundamental funktioniert wo v Nichtary ccap sempre معنى التي مفتاكر او مبدع هنوفيتف مبتاكر او م Lancet بريمين انت دائماك أسترونت رائد الفضاء Addiction الأدمان الكلمة دي مهمة ودائما تكفي الامتحان اميرس ان ينغمس فيه لا تم تنغمس في المذاكرة يعني تذكرها بما يرضي الله هاكرز انت عارف الهاكرز بقى الكراسينة كلمة دي مهمة امبليمنت يعني يغمر أو ينفذ أو أداة كلمة اوديينس الجمهور أو المشاهدين كلمة دي من الأسماء الجماعية تاخد فعل مفرد أو تأخذ فعل جمع كوالة الجودة أو صفة ارتفيشال انتليجنس مش الزكاء الصناعي مش مفروض الصناعي الاستناعي او الله ده بتجي في الترجمة الزكاء الاستناعي واللغة العربية كده انا سألت فيها والله الزكاء الاستناعي الادوية وبتجي برضو معنا المخدرات الخيال العلمي النظام الشمسي الابتكار والابداع اللي انت ما تعرفوش ده شيء منتج بضخام لكن في ماس برودكشن ده الانتاج الضخم لكن ماس بروديوز دي دي مفروض منتج بكثرة دي صفة لكن الانتاج الضخم اسم ماس برودكشن ماس ام اي اس اس مش ماس ام اي اي تي اتش ده بتفعل ايه يا عم نادر ما احنا قلنا لكم عاستفتون دي فنيشنز الاسترونيوت ده رائد الفضاء لكن فيه استرونمر ده علم الفلك النجوم انت بلانتس الكواكب بلانت شامله مش بلانت ياه بلانت معناها اباة نبات وبرده معناها مصنع واكتب لك دلوقتي كوكب سولار سيستم اتني اصدر والبالات تجو اراثي القراحة ميديكالالترياتمت سبحان الله راح يشيل لك جزء في جسمك ولا بتاع يصلح لك حاجة سبحان الله بيصلح الدكتور بيشرح يعني يزيل اللي هي العلاج ومعنى معاملة لما تبقى تعبان ولا حاجة عملية تبدأ تطبق نظام عندك ينغمس في لا أنا نزلت أنا نزلت أنا حوليت لما تغمس نفسك بشدة في حاجة مثلا تنغمس في المذاكرة بزي ما بتنغمس في المتشاط والله العظيم بابا لا يغمسك ما تعرفش بقى أنا أنا هسيب لك أنت الأماكن دي تكملها أنت بقى شوفها يغمسك في ايه طريقة أو أسلوب أو نهج طريقة أو أسلوب أو نهج الصوت المجسم تلاقي كذا سماعة كده حواليك ثلاثة أربعة يبقى زاده ثلاث سماعات تجعلك كثيرا كما تتحرك بشكل مجسم مجسم وأن نفسي بقى أنت كده عترقص إن شاء الله آخر السنة وانت مبتاج وسعيد على السيستم وانت ناجح مش وانت بتتضرب تعالى بقى للتعبيرات الجميلة دي أحب الكلمات أنا أو والله يلعب دورا هاما أو إيجابيا يسمح الفعل قال له وبعده مفعول وبعده توزيق المصدر كلمة دي مش مكتوب معناها دي أسرة ثرية ناجح فيه تعالى بقى تساوي تك كير اوف في اوف زياد تك كير اوف محبوب من أو مشهور ليد أعطول فروم السيارات الكهربائية أو العربيات بلاش عربيات دي لما أقول السيارات سيارات كهربائية السيارة الكهربائية تقدم حلا لتعدم تلوث البيئة يستخدم العلماء أو العلماء بيتوسعوا في السيارات الكهربائية لأنها تقلل نسبة التلوث لأنها لا تطلق عوادم السيارات عوادم السيارات يبقى على اتصال بيه وده تستخدم للتناقض يحذر من الخصوص حاجة يكون فرص أو يخلق فرص يتنبأ أو يضع تنبؤاته تعال للسنيني مولانت نمزي يا باشا باشا الفكابة باشا كونفنينت يا باشا يالي مبتزكارش حاجة كونفنينت عكسة إن كونفنينت شايف المقطع ده بيسموه بريفيكس ساكسيسفول أنساكسيسفول انتليجنس الزكاء طبعا انت عارف دي طبعا ستوبديتي بغباء أدبانجس مميزات عكسة في بروز في كونس وميزات وعكسة عيوبة السينشال 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 بتسو فاندا منتال فاندا منتال فاندا منتال وفايتال وفين السيسري كمان هدي انا نسترك فايا بقا انت عملت ضيف لنا كلمات ده مش عتيبك وفي كلمة ناسمها كروشا ضروري أو حيوي أو لازم كروشا فاندا منتال انوديت يبتكر كريات أو ديفايس امبلمنت برفور يطبق شيء يعني سبكتاكولا رائع الجمال ستونينج واندرفول أخازن للكلوب ديفايس جهاز أو أداة لأكويبمنت أو أبليانس طبعا هنا في كلمتين مهمين جدا في كلمة اسمها رادرزان وكلمة اسمها أذر دان كلمة رادرزان بدلا من بدلا من حاجة احنا كررنا نعمل حفل الزفاف بدلا من الربيع طبعا انت لا تتجاوز لا في الربيع ولا في الصيف شوف جرام الدهب بأبكان وكده كده ما حد تشارده تجاوزك أصلا بس قديني بقعدت لك الرسالة هوا بدلا من في عندنا اللي هي بخلافة أو باستثناء ما عنداش حد تتكلمه إلا عيلتها وانت برضو ما لكش حد تتكلمه أصلا كده كده ما حدش قلت لك هيردا يكلمك أصلا يا ميستر انت بترفع روحنا المعنوية ولا بتحبطنا يا راجل روح على الصبتنا عايزك تفارق بين كلمة وبكلمة يعني حاجة خاصة تحمل لك معنى استثنائية أو خاص واحد ثمانية ده is a special day for me لأن it's my birthday ده عيد ميلادي ده يوم بالنسبة لي مميز الفين واربعة و ساوزانان فور is a special year in my life لأنها دي's a year in which I married إنها السنة التي تزوج فيها نادر يبقى دي سنة استثنائية special تحمل معنى خاص لكن private دي حاجة خاصة بيك انت ما تاخدنا معك في عربيتك يا ميستر ما هي public transportية لا هي مش مواصلات عامة يا لأ دي my private car عربيت الخاصة يبقى حاجة ميلك بتاعتك حاجتك انت when she got the full mark لما وصلت للدرجة النهائية it was a special moment for her قت لحظة خاصة لها لكن كلمة private يعني حاجة مميّة حاجة خاصة بتاعتك it's my private car ودي خاصة الملكية وعكسها public كلمة public يعني عام public transport المواصلات العام ما اكتب يجيلك عنوان it's a ده متعرفش تكتب فيه لاحظ بقى في كلمات اسمها private property ملكية خاصة it's my private life حياة الخاصة ما عليكش تتدخل فيها ياهو انت ما لك انت can be blunt او plant ده يزرع او نبات او مصنع تخيل لكن بلانت شايفل ايه اصلا انت ما بتشوفش عاملالك بلون تاني عشان انت ما بتشوفش بص اصلا الناس اللي بتقول لك هي بتفرق على حرف بتفرق طبع بلانت يعني كوكب الفرق بين arrive و reach arrive يعني يصل احيانا ما يجيش بعدها مفعول he has just arrived my dad has just arrived لسه واصف ما فيش مفعول اهو لكن لو تبعت arrive بمفعول تاخد حرف الجرياءات يا ان ولو قلت arrive to هولع فيك بجهاز انت حر ما فيش حاجة ما arrive to arrive in or arrive at arrive at مكان صغير arrive at the station at school at kairo airport arrive in but arrive in egypt arrive in london arrive in paris arrive in يصل لمكان كبير دولة وعاصمة he arrived in kairi yesterday arrive at مكان صغير مدرسة محطة arrive at kairu airport واحدة تباش تقول كايرو وتقول ان لأ ده في kairu airport مطار الكاريبة ده مكان صغير في ريتش ديبان لا تأخذ حرف جر he reached the station an hour ago ما فيش حرف جر بعدها حتى لو مكان كبير اوما كان صغير يبقى الفعل ريتش بمعنى يصل الى لا يأخذ حرف جر ما تقوليش ريتش تو برضو ولا ريتش ان تعال بقى في كلمة اسمها جت بس قبل ما اخش في ريتش كلمة ريتش تأتي في تعبيرات اصطلاحية زي ريتش فورزا ستارز الوصول للنجوم ده تعبير كده تعرفه عشان ممكن يجيلك في الانتحان تقول مستر قال لنا ان ريتش ما تاخدش حرف جر ما انفعش نعمم كده والاستاذ يقولك عمم وخلاص لازم انتاخد الحالات دي ريتش فورزا ستارز الوصول للنجوم دي توحي بالوصول المستحيل يعني وعايز اقولك في حاجة اسمها ريتش يور جوز تصل الى اهدافك اهو فده هنا الوصول هنا مع وصول معنوي عمرك ما توصل الى هدافك بدون العمل الجاد لان زروتو ساكسس الطريق للنجاح يعني ليس مستقيما او ليس مفروشا بالورود يلا عشان اعايز اكتبلك المثل ده ممكن يجيلك على فكرة عنوان اساي يقولك يقولك زروتو ساكسس از نوت ستريت ايه رأيك بان انا قلتو للقال بتوح سنة تانية وبي في امتحان سنة تانية بروح استعلمنا تقول المستر البيزيت او والله العظيم ديتهم اساي عن الساكسس اقولتو ممكن تستخدم الجمه دي كده كبداية في الاساي زروتو ساكسس الوصول للنجاح او طريق النجاح يعني ليس مفروشا بالورود لو قلتلك الطريق للنجاح ليس مستقيما دي ترجمة مش صحة الطريق للنجاح ليس مفروشا بالورود يعني ايه الطريق للنجاح مش مستقيم يعني انا اواصل للنجاح انا بتحرك بسهولة او لو الطريق ده مستقيم ما فيش فيه عقبات لكن لازم ان تواجه عقبات في حياتك اهي عقبات لازم تواجه عقبات ولازم ان جيتوفر تتغلب عليه اهو جيت اوفر لازم انت تتغلب على دي الصعوبات وانت اخد ان ده فريز الفيرب جيت يعني يحصل على لكن جيت اوفر يتغلب على فالطريق للنجاح ليس مفروشا بالورود اكتب يا ابني بقى اكتب يا جيت مرفيك لكن في كلمة اسمها جيت ويصل الى جيت للوحدة يحصل على لكن جيت ويصل الى وبتوحين ان الوصول بعد معاناها شوية اطلاست وي كود اطلاست وصلنا لجهة السفر بتاعت كلمة ديستينيشن عن جهة السفر تعبيرات الاجهة دي مهمة برضو فيه على العموم على النطاق واسع على النطاق واسع يعتمد على ياريت تطلع بقى بتاخد حرف الجر برضو شغال وفي كلمة اسمها كون برضو يعتمد على الامن والامان من ناحية دي مش معناها توازن هنا ودي معناها اجمالا او بشكل عام لكن الوحدي هتوازن او يتوازن وبالانسد متوازن وخدناها كيب انتتش يبكى على اتصال ادكت التو مود من ليه والصيغة دي يجي بعد افير بفلاصة اي نجيه ونقفرج في المتوسط خشي بقى على الفوكابلاري الجزء بتاعي ايه الحل بقى نختار له ناخدر كده انا بس انا اذا ما قلتلكم من عشاق اللون الاخدر الطلبة في المدارس السنوية او الله مطحنين في مذاكرتهم ما عندهمش وقت للمتعة والسعادة طبعا دا ينغمس فين بقى ينغمس يا باشا كده على طول شاف انا قلتلك ايه بروديوز از ابرو داكت بيتعمل بشكل رخيص كده كبير واركام كبيرة يبقى دي ماس بروديوز اللي هو الانتاج الضخم مش مش ولا ماتش ولا مور هي مش محتاجة هي ماس على طوق انا عايز اروح البيت بدري بدل مخاطر في الليل بالليل طبعا دي راذر زان بدلا من كلمة راذر زان يعني ايه بدلا من فعايز اروح بدري بدل ما اتظبط وانا مروح في الظلمة دي خلي بالك دو داوت مش يفعل بدون بلاش غباء دو داوت يستغني عن اكتب دو داوت تكنولوجي ناو احنا ندرش نستغنى عن التكنولوجي يبقى ان بالانس بشكل عام او ادمان سياسة اقتصادية ستحسن اقتصادنا يبقى الراجل بيحاول يطبق يبقى امبلمينت لازم ان تطبق ايه بقى الشركة لازم ان ايه بقى بليس مكان ايه يبقى لازم انت مكان مريح سوتي يعني يناسب او يلائم لكن مكان مريح سياسة اقتصادية ستحسن اقتصادية ستحسن اقتصادية قد تكون خطيرة اذا انت اقتصادها لو ادمنناها يبقى انزهو عالعموم او اجمالا بين التع화를 عن الابرنت الابرنت على الابرنت من الناحيات اخرى شخص اقتصادية الامن قام بيض اصبح قضية كبيرة كم ان اتosto لحظت ان في ضوء يبقى كلمة ابروش يعني طريقة او اسلوب او نهج او يقترب كثير من المستقبل في المغرب يحتاج إلى أن يفعل التقنية تباً يشعر إلى أن يساعد على المغرب من المغرب تباً 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 يبقى يبدو أن تبدأ في مستقبل فإن أنا أبدأ أطبق حاجة بس ايبقى لازم أنت تبقى كبير الكرة الأرضية is one of the eight of our solar system من نظامنا الشمسي يبقى بلانتس كواكب لو عاد تقول لي بلانتس نباتات بانتس البنطيل ستارز النجوم A is a piece of equipment that can find or measure لايت اللي بتقيس الضوء والحرارة المؤشر للبنزين والصوت والحاجات يبقى سنسور nobody would shit the match than tamer بخلاف tamer يبقى other than بخلاف أو ما عدا أو باستثناء He arrived at Cairo airport ما تتخدعش تقول كايرو بس مطار الكاري يبقى arrive at لو قلت قربتو انت حر We got charm after a long journey بعد رحلة طويلة يبقى we got to يصل إلى وش علينا تفور خاف ليه لا تخف يا رجل كن رجلا ولا تخف عندنا بقى الدرس ده اللي بتكلم عن الإجهاد والتوتر النفسي والعصبي وان انت لازم انت تبقى تعيش وتبقى عايش حياتك وتوازن ما بين شغلك وراحتك النفسية وطالما أنت تحيا وتعيش لتصل لطموحات يجب أن تكون تحت ضغوط والإنسان الناجح دايما تحت ضغوط واللي يقدر يتحمل الاسترس هو اللي بيقدر ينجو لأن الاسترس كان كاز قد يسبب لك ألام ويسبب لك أمراض هدك صدع الآلام الضهر احنا خدنا كلمة باك إك اللي هو آلم في الضهر استمج آلم في الماء ده دايما بالآلام دي كلها أساسها استرس نفسي والتوتر فعندنا الكلمات الأساسية لها بيرناوت الكلمة دي مهمة جدا حاجة مش هتقدر أتمل فيها حاجة because you are not so tired and distressed لأنك مجهد exhausted لاتش لا تنتق exhausted means very tired يعني مجهد على الآخر مع أنتش قادر طبعا أنت exhausted من السنوية العام describing the feeling of being very tired كوب يسير أو يتغلب على أو مانج يعني to deal successfully with difficult situations will being السعادة والصحة النفسية والرفاهية will being general health and happiness how good you feel in your body اللي هي will being السعادة والرد and how happy you are mental health الصحة العقلية والنفسية how a birth of things and the emotion دي بقى خاصة بالمشاعر improve your husband to get better self care الرعاية الصحية اللي انت تاخد بالك من نفسك take care of your body and how you feel promote يروج أو يشجع أو يرقي أو يعزز promote to tell people about something time management ادارة الوقت ودي مشكلتنا احنا كبشر بشكل عام ان احنا how can we manage our time ازاي ندير وقتنا لأورجنيزينج when you do things and for how long استرس التوتر a feeling of being very worried and scared تحس ان انت خايف ومرعوب فراون يكشر يعبس بوشه كده انت تكشر حاجة بيت كده يبقى فراون تكشيرة لكن يبوز كده ميبوز ليه ضرب ليه نبوز على ليه عالصبح فايكشر او يعبس فان انت فراون تكشر قلنا تعبس بوشك وبحواك بكده ايه تمضي ترفض تكرماتينجينجين يا ايه 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 عالصحينتك شفيتك تحتنيه دي كنت because you are unknown you don't happy hmm. It's cool uhm.. It's cool يوبخي او يعنف to speak angrily تكلم حد بغضب to somebody especially a tryl because they have done something wrong سابوس يفترض او يعطاك to think or believe that something is true or possible عندك بالكلمات تسوي الإجهاد تسوي الإجهاد معناه معناه أو أساساً كلمة فرنسية أساساً فاتيجيدي إمبروف يحسن أدانس بروغرس إنكريز فراونيكاشر سكاول غلير سكولد أو أدومنش يعني أنت تعرني في حد توبخه في كلمة هدية من عندي اسمها تيل أوف تيلوف يعني يوبخ حد يوسفل بريسيف يدرك تسوي نوتس أو ريمارك أو أبزير عاجل يعني إيرجنت بريسينج إنسيستنت يعني شيء ملح أو عاجل مش ملح حاجة ملحة المذاكرة مع أصبح موضوع ملحن إن أنت تذاكر تسوي أفكتبال إيه أو إمباكت العكس بقى عندنا كلمة يوسف يوسف يعني مستر دي كلها كلمات يا ربي يا ربي يوسف ما نعايز إيه نتعايز بشكل ترفي الإنجلش إزاي بدون فكار يوسف 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 غير متعاون يوسف 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 وعندك سيبرت يفصل برضو فراون نفس اسمايل مرة كده يعنف يوسف 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 وكثر قطعا اكثر اكثر أو ممتفق لاكر للجميل وجاهد على وعي ينبيه على فكرة أو مدرك يعني حاجات كتير على عدم وعي بحاجات كتيرة منها أهمية الإنجليش عشان فيه معظم ناس يقولك مفيش النورمال الحاجات اللي بتيجي مع بعضيها انت لا تجوف وروق ولا تجوف أي حتة انت أعطي ذاكر مالكش خروجوك خالص التعبير دا مهم له تأثير على يعتني بي يسير أو يواكب أو يتجاوز غاضب من شيء غاضب من حاجة لكن في كلمة اسمها غاضب من شخص كنت مدهة من الدرجة اللي أنا جبتها يهدأ أزرزلت نتيجة ليه ام بروف أو جد برر يتحسن صفر فروم يعاني منه أو الله أنا اللي بعاني من الصبوع منكم كلير أوف يزيل أو يغادر واعتف تكري ان السحب هتزول بسهولة دايما الالام لنك ليرد أوف إلا لما توصل لطموحاتك ان شاء الله وورد باوت قلق على وطبيعة تبقى الآن من المستقبل لكن اعمل لعليك تعالا بقى للنوت السريعة دي وفيها برضى تيك رسمة بلدي فور يتولى مسؤولية كازو يهد رسم بلدي فور يتحمل المسؤولية في بي ريس بنسبل فور لازم نفير بتو بيهن اما او اذا وار كذلك في كلمة سماء انتشارج اوف لكن انتشارج اوف ودول بيعديهم اين نجي او ناون هي توك اوهاد ريس بونسبلليتي فور برينجن اوب هز براثر زي صن افتر هز ده يعني الراجل ده تولى مسؤولية ايه ايه تربيت ابن اخوه بعد وفاة هي هاز ريس بونسبللي ري الراجل ده عنده مسؤولية تو برينج اوب هز براثرز وي او شبه جبنا فيرب تو بير لسبونسبل فور زا سيفتي ان دي سيكورتي اوف اور كونتري انا مسؤولين عن امن وفلادنا وكلا هي واز او شي واز انتشارج اوف كانت مسؤولة عن عائلتها وين هير هازبنت وز اواي لما جوزها كان مسافر او بره كلمة استرسفول وسترسد اولا لازم انتعرف كلمة استرس كلمة استرس اللي هو التوتر النفسي والعصبي والاسترس ده ممكن تجيلك قطعة فيه عن امتحان قطعة كبيرة عن الاسترس وتأثيره في حياتنا العالم الآن يعاني كله من الاسترس توتر كل اخبار العالم استرسفول موترة ومعظم سكان العالم استرسد استرس قد يسبب لك امراض نفسية وجسدية مباشرة الاسترس قد يعوقك عن الوصول لتموحاتك فلازم ان مانج الترف تتعامل معاه الترف تفصل شوية بعيد عن مذاكرتك ده لو بتذاكر انا قلت لكم في فيديو قبل كده ان انت فاصل من زمان ما بذاكرش لكن انت لو مضغوط وبتذاكر وبما يورد الله هتلحس ان انت اوفر هتتدايق فلازم ان تفصل شوية تفصل بمطش تفصل بخروجة حلوة تفصل بخمس ده وترجع تاني سنت بتخرج عند التلاجة ما بترجعش تروح المطبق تعمل حاجة ما بترجعش تخرج ده ناس عادة في الصلاة طولها وانا جاي لوك اععد معاك وازيوك عامنين وحشيني والله تبخش زيك اللي اصيب مستر نادل مع نفسه في حصة اونلاين جوا مع نفسه فالسترس قد يكون عدوة قد يكون صديق يعني مسبب للضغط وفيه كلمة اسمها استرسد استرسد دي لما انت تبقى مضغوط لكن استرسفل لما انت تبقى باهس على الضغط انت المسبب للتوتر يعني انت لو استرسفل كاركتر يعني انت شخصية موترة تقعد جنب توترني ابعد عني يا ابني ده انت استرسفل ده انت موتر بجد ده الواحد يقعد جنبك يبقى استرسد السنة اللي انت فيها السنوية العامة دي استرسفل موترة وانت فيها ايبقى استرسد وفيه تعبير اسمه اندر استرس تحت التوتر اندر استرس موكف او تجربة موترة ان انت تتنقل من مكان لتاني الحياة في الكرة استرسفل السنوية عامة استرسفل انجليش احسيانا استرسفل سوبجيكت مادة موترة ايبقى استرسفل انا باكل لما احس ان انا متوتر في افكت بالايه يؤثر على وقلناها مليون مرة ومتاخدش حرف جر وفي افكت معناها تأثير وفي كلمة جديدة بانا جابها لك هدية ان افكت دي قد تأتي حرف جر بقى كمان قصدي قد تأتي ايه ايه فعل بمعنى يؤدي الى افكت دي معناها يؤدي الى مش انا يؤدي الى التدخين يؤثر بطريقة سيئة على الصحة ما فيش حرف جر اون ما تقولش يؤثر على افكت اون سموكينج هزا بادي فيكت اون هاو له تأثير سيء على صحتنا لاحظ حرف جر قلنا هي في بقى سموكينج افكت سكانسر دي مش معناه يؤثر السرطان ده لا يؤدي الى السرطان يبقى كلمة افكت بالايه قد تأتي فعل اللي هي تأثير اصلا ممكن تجي فعل بمعنى يؤدي الى كلمة اللي جاية قلناها مرارا وتكرارا كلمة صموان وصمبادي ونيوان ونوبادي وإفريوان وإفريبادي ونوان ونوبادي كلمات تأخذ فعل مفرد يعني يتخذ از يواز يهاز حسب الزمن لكنها يشار لها بضمائر ذي يا ذير ملكية يا ذم اي بقى مفعول فهذه الكلمات زي ما قلنا تأخذ فعل مفرد ولكنها تأخذ ضمائر اشارة لها جمع سواء ضمائر ملكي ضمائر فاعل قصدي وصفات ملكية ويا ضمائر مفعول افريوان اس تايرد ماقولش ايه ار ازاي ماقولش ايه كان فيه شخص بيقتحم البيت وانزا بوليس كود ذم لما مسكوا بقى شايف ذم دي المفروض نقول هم عاسس انه مفرد لا الكلمات دي تأخذ فعل مفرد ولكنها تأخذ ضمائر فاعل او ملكية او مفعول جمع كلمة روتين وكلمة رتب الروتين يعني الروتين اليوم اللي احنا بنعمله كل يوم تسحى تروح سناتر تعمل خش امتحان شامل تجيب صفر كبير تعط عيط عليه ترجع تذاكر تجيب الصفر تاني يا عم صفر ايه انا بهزر قوي ان شاء الله الدرجات دي مش شرط انها تجيلك اخر السنة اتعطى تدريبات طبعا الكلمات عبارة عن موقف where you can't do anything مش انتش عارف تعمل حاجة because you are so tired and stressed يبقى burn out طبعا هنا الاجهاد النفسي والعصبي يعني الاجهاد الصحة العامة والسعادة يبقى دي الويل بيينج فين بقى الويل بيينج واللي اللي بالإي مش اللي بالآي طبعا مش sound being ولا human being ليا البشر means how a person thinks and the emotions والمشاعر اللي هي عنده طبعا دي بيسموها المنتال هاوف الصحة النفسية والقدرتك ان انت تتفكر ومشاعرك is the process of organizing تنظيم وتخطيط how you divide your time اللي جابة هي اللي جابة هي between specific activities طبعا ده time management وده احد عناصر النجاح ان انت how to manage your time is worry the problems in somebody's life اللي في حياة الناس كل الناس على فكرة بتعاني من the stress pressure ده ضغط ضغط الدم blood pressure air pressure ضغط الهواء لكن التوتر النفسي والعصب اسمه stress to make an angry بص بها unhappy or confused expression eyebrows الحواجب الحاجات دي مهمة انت فاكريني كنت مهزر وما عملوك وشفيت كده فاكريني بهزر دي انا مدخلتش في الشفاف دلوقت انا مدخلت في الحواجب مكشر يبقى هنا يبقى frown is to push out your lower lip تنزليني شفيتك التحتانية كده because you are annoyed لانك مدائي يبقى ان about يبوز اهي to speak angrily to someone especially a child توبخوا because they have done something wrong يبقى سكولد يوبخ او يعنف 200 مليون بيبول ورليد وايد سفر ايه باراستيك diseases ليه امراض المزمنة يبقى فراون يبقى سفر فروم سفر فروم my daily start is الساعة سبعة every morning seven o'clock يبقى ده الروتين يبقى my daily routine الروتين اليوم اللي انت بتعمله مش الروتين الحكومة عشان تقول لي red tape اللي انا بعمله ده انا مفروض بقى مسح يا عم there are many external factors في عوامل خارجية factors يعني عوامل which may be how well you can cope with a particular problem بتؤثر على فين تؤثرهم فيلوينت بلا افكتي دي دي تأثير ولا فيلوينت طليق هي طبعن انفلوانس كلمة انفلوانس دي بتيجي يؤثر وتأثير برضو يؤثر وتأثير طبعا كلمة قويراف على وعي دي التلوث لها تأثيرات كارثية على البيئة والإنسان يبقى النباتات الصحراوية عشان تتأقلم وتتكيف مع الحرارة الشديدة الحرارة الشديدة احنا دخلنا مين بقى على الشابتر عايزة لبس الطاية بتاعة بيب ولا بلاش طاية بيب كده هو دخل بسه مبقاش غني بقى مش لازم شابتر تو طبعا الشابتر الأولاني احنا انتهى بالأخ مين ماكويتش اللي احنا عرفنا نعرف بعد كده اسمه ماكويتش انه هو مقبود عليه وطبعا بيب وجو كانوا رايحين مع الشرطة على اساس انه هيقبودوا على المتهم ده في الجويف يارد فين في المجبرة فعندنا كلمة شيك شوك شيكن تيك توك تيكن شيك شوك شيكن تيك توك تيكن كنا واخدين تصريفات الأفعال شيك يهز والماضي شوك والتصريف التالت شيكن جريت في الممتن قلنا تفت حرف الجارة توك ظل دي يعني نقاب أو حجاب أو خمار الشام دي قوف يشعر بالخزي والعار دي سبير يختفي ستوب يتوقف دارك مظلم قاين ده حنون أو طيب وتأخذ حرف الجارة توك ورود توك وقح معه واندر يتساءل تيرز الدموع دايما دموع دموع يفقد ميت اللحمة ده اللي عارفت تشتريها تعال بقى ثروة وبتجي بمعنى حظ برضو يعني قلب أو مزج عروسة 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 في كلمة اسمها قلنا الفخر أو الكبرياء قلنا بمعنى جميلة وبتجي ظرف بمعنى لحد ما ناخدها في يونت سيفن يعني فخور وتاخد حرف الجارة أوف يا إما تو أوف بعضاين جي يا تو بعضا مصدر فاين بخير وفاين يعني غرامة وفاين يعني يغرم ريتش يعني ثاري أو غني غير مستعمل واندر بالإيه يتجول لكن واندر بالأو يتساءل هي القصة مش غلط ان انا عرف بيب حب استيلا واستيلا حب الدب في فكاب تي طايرز اللي هي الطبقات مست شبورة ميت يقابل والماضي مت التعريفات عندنا كلمة فورشن اللي هي تعريفات في القصة يا مستر أيوة يا ابني الكلامات دي مهم اللي هي برايد الوومان هو إس جيرنج ماريد الامرأة ستتزوج كاندل سامسنج ميد اف واكس واكس يعني الشم يبيرن احنا بنحرقه تبروديوس لايت عشان يدينا الشموع والإضاءة استر يعني يمزج أو يقلب ميكس لكويد باي موفينج سبون اروند باللي يعني إيه نقاب أو حجاب أو طرحة أبيسوف ماتيريال وورني توبروتكت أو رايد يورفيس الشيمد فيلنج امبارزد إن واحد يحس إنه مكسوف بس إنت تنكسف باد أباوت صامتينج جريتفول ممتن أو شاكر للجني جريتفول تو فيلنج ثانكفول اندلاقي شيك يهز قلنا موف كويكلي فروم صايد تو صايد إنسان ما يبقى have a good heart يعني عنده قلب طيب broken heart تعرف اللي عندنا بيب it's your heart أليت له it's broken broken heart قلب محطم يعني very sad have a heart of stone هو أنت يبني قلبك حجر ما بتحسش that you're cruel or unkind have a change of heart يعني الإنسان يغير رأيه ومش يغير قلبه اللي بيغير قلبه ممكن يزرع لك قلب بس العملية ومش سهلة طبعا سريعا أنا هارد تكستي تاني هعملي طيب إحنا في الشبط الأولاني انتهى الحوار والشرطة رح تقبض على الحرامي اللي هو موجود اللي بيب بتداله الفطيرة فبقول لك the soldiers ran into the marches and we saw two men طبعا النريتر اللي هو بيحكي القصة النريتر ده مين بيب بقول لك الجنود داخلوا المستنقعات شفنا اتنين من الجنود زي من الناس يعني لاحظ بقى ان في اتنينة فردت تقوكوا على الفيلم ده they were fighting and covered in mud كانوا مغطين بالطين the soldiers pulled them away from each other الشرطة شلتهم من فوقهم من بعض كده عشان بيفصلي بينهم in the light of the soldiers the torches i saw the man that i had helped شفتلك الراجل اللي انا ساعدته i wanted to say i didn't tell the both soldiers where to find you كل خوف بب ان الراجل اللي هو الشرطة جاي تقبض عليه اللي وده الفطيرة انه ويفكر انه وابلغ عنه فهو بيقبض عليه عمله كده بيهز راسه كده والله ما انا سداني بشانة اللي بلغت عنك حتى الراجل بصولي كده المشهد ده انا شوفه خليكم تشوفوه في الفيلم وشوفتوه but all i could was shake my head هزيت له راسي كده he gave me a long strange look اداني نظرة which i will never forget طبعا الراجل بترعي جدع وبيقولي بقى i have something to say قرابة قطعت فهلتها البستطايبة بتاع البيب welcome welcome عليش يا كماعة انا عايش الدور شوية عليكم انا ان الطلابي طبعا ان كانوا معنا من الالسانة عارفين ان انا عايشت الدور ده في الحصة وبتاع البست الكوكينجلير مش انت قلتها فهلتها ده في الحصة برضو البيب فصحبنا ده بيقولي ايه الراجل عمالي انا عايز في راسي كده واقوله مش انا والله اللي قلت لها والله العظيم مش انا اللي بلغت عنا فهزيت له راسي كده he gave me a thorn اداني a strange look which will never forget ناظر عمري ما هنساها طبعا الراجل تريك واس بقول i have something to say انا عندي حاجة اقولها it was me i stole the food from the black smith house بيبري بيب بقى بيقولهم انا اللي سرقت الفطيرة من بيت الراجل ده he looked at joe and added وبص الجو بيقوله i'm sorry that i ate your meat boy انا اسف يا جو ان انا اكلت في ترتق ردي جو قاله you are welcome انت على الراحب والسعة we don't want you to be hungry man مش عايزينك تجوع برضه يعني فارجو ردي بعطف كده زمان تيرني دوي راجل قال الكلمتين دول فحق بيب بره من سرقة الفطيرة عشان نحطوش في مشكلة ومشي the man turned away then he was taken شايف الباسف was taken يعني اخذتو المركب near be which took him to the black prison ship في زجنوم زمان في سوقهم كده far at the moment far out on the marshes we watched as he climbed back onto the ship in the distance and disappear طبعا اختفى ومشي at that moment the torches went out الكشفات توفقت بقى خلاص a year buzzed بعدها بسنة I worked very hard every day helping neighbors كنت بساعد الجران with the small jobs but in the evening I went to the village school بيب كان بروح يتعلم في المدرسة the old lady who taught me ستة اللي كان بتعلمني often feel asleep دايما كانت تنام leaving her granddaughter واتسيب حفلتها بقى اللي هي baby وبيدي دي من الشخصيات المخترمة جدا في القصة وهي كانت بتحب بيب أساسا وفي القصة ما تدرسها في جامعة ودرستها بقى في الأدب وكده كانت متوسعين في steam of love ده كان هنا مش تلاقيه ضغط لك على حتة الحب دي فكلكوا صغيرين لسا To show me how to read a right One night بيقولك يوم الايام لقيت لك جوجة جانبي كده So me be sitting by the fire I was practicing my writing You know babe بيقوله You know babe تعرف يا بيب You are very clever انت شاطر هذا يا بيب رضي باب بيب بيقوله Did you ever go to school Joe انت عمرك ما رفتش عمرك رفت المدرسة عجوب قاله No babe عمر ما رفت يا عبنى الله He replied My father didn't let me go والدي ما سمح ليش ان اروح But he had a good heart بس كان قلبه طيب شارلز ديكنز بيرمز في هذه القصة في هذا الجزء ان دايما في لندن كانت الفترة دي فترة صعبة الفكر كان احد اسباب ان الناس ما توديش ولدها مدارس لان المدارس عايزة فلوس وعايزين فلوس وعايزين دروس وعايزين ياكله وعايزين نكروجه ويروحوا المدرسة فلازم اللبس فالناس مش لاقيه اصلا لما كانش الانسان يقدر يوده معظم ولاده فين بقى المدرسة He taught me to be a black smith علمنا كون حداد And after he died I met your sister بعد ما مات ابي بتاختر She is a fine woman طبعا مش fine woman ولا حاجة ده بيقوله على امراته كده قد بنعانه ده كده تضربه وطبعا جيب عايز له انت كدابة جو مين اللي طيبة دي ده انا ما اتضرب منها كل يوم اللي واجئ به I looked into the fire بسيت للدفاية كده ومن نيران بقوله I am glad you think so جو I see that last in the end I wish she wouldn't hit you though بقوله اتمنى ما تضربكش والله يا جو يا بيب اتمنى اختك دي ما تضربكش وتضربنا لان جو كان صديق وفي التب I would rather she hit me than you We always be best friends انا اظل لاصدقاء دايما ان شاء الله Want we babe مش احنا انا اظل لاصدقاء يا بيب على طول Just then Mrs. Joe came in بيقولك لقيت لك اختي دخلها بتقول ايه If this boy isn't grateful to me now He never will be لو الودة ما كانش وافق معايا وعمل بما اللقمة اللي بيأكلها في البيت عمره ما هيبقى كده الله انا عملتلي كده يا بنت بيقولك قامت منقض علي زي Like an eagle on alarm قامت جايباني كده بيقولك زي النسر لما ينقض على الحمل شوف لو انت شبت على اليوتيوب كده شوف النسر الناس بيطالع من فوق داخل بطالع بسمكة كده او بخروف صغيرة او بقارنة صغيرة لان جي خوار بقى ان صاحبنا ده اللي هو عم اسمه بامبلتشوك بيقول ان في واحد اسمها مس هافشم مس هافشم دي واحد عايشة في قصر جنب القرية كده انسانة غريبة جدا عايزة طفل يروح يلعب هناك مقابل الفلوس ومين اللي بتحب الفلوس طبعا ميسيس جو اللي هي اخت مين بيب اللي هي اخته فبيقولك بقى لقيتها داخلها بتقول الودة لو مش ممتني لقيتها حسنتهم بيب if this boy isn't he grateful to me now he will never will be I try to look grateful one but I didn't understand what mr joe meant مش فهم يتوسوا دي تقولون ميس هافشمお願いابلسبة له ينبسيب بيبسيب mi بيبسيب ميس هافشم عايزة بب ديه يروح بيتها و capability لدينا بيبسيب هالسة لسه خودين الالزامه ولازم يروح or I will make him work hard here يهمها طوحي تتكيه ل忙 leadership كل شخص في المدينة كانت سمعت عن ميس هابشم كانت مرأة غنية مرأة غنية ومع ذلك الناس معظمهم ما شفهاش ليه لأنها عمرها ما ثابت بيتها الكبير ده كيف لا تعرف بيتها الكبير؟ أبي بيم بيض أن تخلقها وقد تأخذه إنه أبوي المدينة يتعرفين من المدينة قمت there أبوي ستقوم بالفعل ستفعل صرع من هناك وقامت إلى ميس هابشم وهي رح بكرة شاك التشبيه يا ابني نطت علي كالنسر فوق الحمل في الخروف الصغير حموني كويس جدا حموني كويس جدا ذات نايت أنكل فام بلتشوك طوغني إلى ميس حفشم's house خدني فأفضل لبس ليا The next day we waited انتظرنا at the gate until a very pretty but proud young girl ظهرت لنا فتاة جميلة وطبعا أول ما شفها بب حبها الجميلة ستلة وطبعا فرقتكم على الفيلم في هذا المشهد أول ما شفها حبها يا سلام الحب from the first look بامبلشوك بيقولها this is pip هذا pip عارتلو common pip وساعة ما عارتلو common pip قلب واجع حضرته بدأ يشعر بمشاعر الحب وأحيانا يقلبك المشاعر تقلبك مشاعر الحب والنظرات التفولية في البداية كده opening the gate وفتح لتنبوابة uncle bumblechook was invited قلنا وعارتنا لو تفكروا انه قالولها يلا قالوله يلا يلا bumblechook مش هتدخل أنا اللي دخلت لذلك لتنبوا في البداية لتنبوا في البداية لاحظ وهو ماشي يلاحظ الحديقة غير مرتبة بالمرة بيت نسهبش المنزوع الحياة الشببك مغلقة الرستار مغلقة الطرف زي ما هو العفانة موجودة الساعة متوقفة على تسعة لتلت الحياة واقفة خالص بكل شيء الظلمة ودخلين بشامعة طب ما تفتح الشببك طيب ما تجاوب النهار لا دخول الشمس والهواء النظيف يعني الحياة ومسحفش ميتة وليست حية هي حية ميتة مشاعريا The girl lift me at the door telling me to enter inside was a dressing room ومسحفش ميتة وليست حية lit by candles مضاءة بالشموع ومضاءة بالشموع The curtains of satire were closed so no daylight could enter and I saw I then I saw her The strangest woman I have ever seen أغلب امرأة شفتها في حياتي or would ever see She was dressed completely in white كت لفس كل حاجة في ذي أبيض with a long white veil بطرحة طويلة and the flowers in her hair والظهور في شعرها but her hair was white شعرها بيض عروسة شعرها أبيض The flowers were dead والظهور اللي في شعرها ميتة and the white dress was now yellow with each والفستاني عيني مصفر من الزمن I saw a bride لقد رأيت عروسة in a wedding dress في حفل زفافها but everything about here was old and sad بس كل حاجة فيها حزينة وقديمة هو اللي بتوع دم بخلطش أوه أوه طبعا تعرف قصة التنسافشن مع خاطبها اللي خلع منها في الساعة دي ومن ساعتها قلت لك قالت أوقف الساعات أنا قلبي مات حط خط تحت الكلمات دي يا ت والله ده كلام عظيم مستر سامح اللي بيصور بيدحك مستغرب من السجع اللي بقول ده كنت أول مرة أولها في القاعة بقى إيه اللي عالي عجبها الحردة جدا يا فعلا قالت أوقف الساعات أنا قلبي مات أحيانا الإنسان يموت وهو عايش يا عم انت بدول شعر خلقنا يا عمي نادر بقى ما تيربناك بيحب السلة الكصة دي انت عملها أوفر ليه ها يا ابن هازمان تعيش تتعلم تتعلم مورال من القصة تحاسب على كلماتك اوعى تجرح حدي بكلمة فبكلمة قد تقتل رجلا ممكن تقتل لقدر والدك والدتك بكلمة تقولها تبجح فيه حافظ على كلماتك مشاعر الناس إذا كسرت لا تعالج وأنا دايما ليه كلام كده كبير والله العظيم لو أنا أعدي كرسات تنمية بشارية بقى عظيم دايما دايما كسر العظام يكبر يعني لو واحد رجله مكسورة ممكن تتحط لها حاجاته وتتجبر وعاده ويعيش حاجة حياته ويبقى طبيعي لكن إذا كسرت مشاعر الانسان ونفسياته تتضمر ومات وهذا الوقت ياخد وقت كبير جدا على مترود حالته النفسية زي الأول ده لو عادت أصلا فمسهبش ماتت لما خطبها سابها وخلع منها وقالت أوقف الساعات أنا قلبي معت بس يا عايشة بس ميتة مشاعرين بتقوله بقى تقصلي هنا الغباء هو بقى تقولي أنا وقفت قابليها قبل هنا يا باشا معانا يا مستر انت بتشرح جرامار في القصة ده حاجة غريبة خالص يا مستر وين يا سؤالين الملخصين كده وين جزابيتي الناس ما تشتغل يا مستر وتتوقع هتوقعين بتصده الكلام ده الساعة واقفة الساعة تسعة الى تلتة هذا الوقت الذي خلع فيه خطيبها فأمرت بإيقاف الساعات لأن قلبها مات برحيل خطيبها منها وإنه ادالها الألم التمام طب ما عادي تبدأ حياة تانية وغور في دهيا قد يكون شر لا خطيب يماشي خطيب يماشي صوتوا التوموا إفلوا اللبان نزلوا الستاير ما حدش حرك الكيكة زي ما هي الشموع زي ما هي العفانة زي ما هي مش هقلع الفستان أنا عايز أعيش أنا عايز أعيش أنا عايز أنيني زي ما أنا أبكي على اللبان أنا حزين أنا متدمارة أنا متدمارة خطيبي خطيبي متدمارة طب وبعضهم ماذا عن البكاء وعدم التحرك للأمام تنتهي الحياة أعدف فستانها معفنا بكزارتها خمسة وعشرين سنة ما يلعدش الفستان ما هي العفانة دي؟ ما هي القزارة دي؟ الرمزية هنا انت مهما تغري من صعوبات ومتاعب لازم تواصل حياتك لو انتصرت عند أول أزمة اخسر حياتك اخسر نفسك أعدف العفان فبتوله تعالي تبص كده أشوفك انت مين تعالي تقرب مني كده تعرف اللي هنا يا بيب بيب تعرف اللي هنا يا بيب بيب وتشاولك أنا وردك المشاة ده في الفيلم يا بيب قال لها تقرب منك قالت له تقرب منك متضمر يا بيب تعالي يا بيب بلي قال لها ألعب يا حاجة انت في ايه؟ قالت له نادي على ستيلا ستيلا طبعا جت وستيلا بقى أول ما شافته قالت لها ألعب مع المعفن ده بجزمته المعفنة دي لا قالت لها لا ألعب معاها فإذا بيه الكلمات دي جارحة أول ما الكلمات دي راحت لبيب وضمرتها نفسيا خلي بالك وتعلق ذا مشاعريا فهمش عايز يكرهها بس هو اتهام زالي بيكم دي وحطت إيده على القلبة قال لها يسم مرام قالت له قلب متضمر يا بيب زين افترا مومنتشي قادب ام تاير دان بور املانا وتعبانا بلاي 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 في الاستيلا نادي على ستيلة زاود لي دي ستيلة وين ستيلة انترد اي سوزاب شي وضا جيرل هولت مي ان ناو شي وستولد تبلي ويدمي فالسيلا بتقول لها اهلعب مع الشحدة ازاي باط هي جاست بوالوركينج بوال ميس هفشم ست سامسنج توير اي كودن تهير كلييرلي قارت لها حاجة انا معرفتش امييزها قوي بس انا اعتقد انها بتقول لها ايبا ويال يو كان بريك خش علي دمر قلبه طبعا ميس هفشم وقلتلكم مرارا وتكرارا ان هي محطمة القلوب من خطيبها وهرب منها فقلتلكم وقفه الساعات والحوار ده ومن ساعتها عقدت النية على الانتقام من اي رجل على وجه الكرة الارضية شفت عقدت النية دي على الانتقام من اي حد على الكرة الارضية من الرجال جنس الرجال يعذب زي يباع عبد الحليم كان بيقول في اغنية زي ما قلبي بطاعة تضيع كل الالوب بعده زي غيرنا ما باع نبيع زي ما باع احنا نبيع زي قلبي ما باعا تضيع كل الالوب بعده زي قلبي ما ضاعا تضيع كل الالوب بعده الله علي زي غيرنا مباني بيا يعني ايه بقى ام كلسوم ام كلسوم يا عميناد ميس هافشم ده اتدمرت بقى لازم يا ميستر بقى معلش اقع تعمل قط الحاجات دي تعفوية كده فميس هافشم اتدمرت نفسيا فانعقدت ان هي على الانتقام من كل الرجال تبنت استلة عشان تنتقل من كل رجل وبدأت ببب بتعلقوا بيها فبتقول لها ايه خش عليه بقى يا بيت دمريه حبيه يخليه حبك قصدي ولما يحبك دوسي عليه عشان نفرح لتحطيم اي رجل مش انا اتدمرت مش قلبي اتدمر يموتوا كلهم ويتدمروا واحنا بنلعب بقى ميس هافشم ووتشت سايلنت لي عملت بصيلنا كده بهدوء شو بقى استيلا بتقول ايه يا لقدك المعفنة يا ابعد يتكارف شحات استيلا سيده بتقولها انكايمد ليه and what ugly boots يا عجزنا مع فينا بزمتك استخدس انسان بيقول لك الكلام ده ده انت تتدمر نفسيه وهو فعلا كده الفكر ليس عيبا بس يا ما تقلل منه I was ashamed انكسفت فاينالي ميس هافشم called me to her side بتقول لي بقى what do you think of her راك في البيت اليو what do you think of her looking at استيلا حلوة صح؟ قالها I think she is very proud مغرورة اوي بس في نفس الوقت very pretty جميلة اوي and very rude وواقحة اوي بتهزقه I would like to go now please ميس هافشم انا عايزة روحة بقى ميس هافشم انا حاس ان انا اتهنت هو وحب استيلا بس هزقته حاس ان اتهان فقال لك انا عمشي بقى يلا ميس هافشم ميدني بروميس خلتني اوعد to come back ان انا اجي خلال ستة ايام زين استيلا لدني back through the dark house and out in the garden وهي وانا ماشي بقى وانا ماشي انا عايز حاجة كده كنوع من انواع الاكلة او اي حاجة ما علينا ام هو ماشي بقى بيقول له انا حتنا الطير مهالكونا على الارضي طائيتي مش مش كده بقول لك وانا ماشي ويا بتسلم علي استيلا بتقول لي ولا يا وط يد خد يد اكلك او يلا وط يخد الاكل وانش يا كلب شو في التشبيه بتحط له الاكل على الارض كأنه like a dog او like an animal دي فقى تحقير للانسان وهو يعيني وط زي بص كده هو وط يخد الاكل هو خد الاكل يعيني كده ومشي يقولك اغرورقة عيناي بالدموع ان انا اتهانت بص المشهد خد يا ابن روح كل يلا خد اكلك يلا وقامت راميارو الاكل على الارض ام وط واخده وماشي وهو ماشي بقى بيقولك شافيت اني ببكي دحكت بنت كيادة انا مش عايز اغلط بقى وقول جنس النساء غالبيتهم كده انا مقدرش اقول كده الكلام ده ممكن اوصل لمسي يمان طبعا انتو عارفين السكاكين والحوادث اللي بتحصل يوميا خلي بالك في حاجات كده بتتحط في البنيوهات بيقولك مواد كيموية تدود جسم الانسان يعني ما يستدلوش لك على اي كونية ولا حتة عضم حد فما انفعش اغلط بصراحة بس الستات اذا تمكنوا هم متجبرين واذا انت انسقت ورا مشاعرك وكنت ضعيف هتعيش طول عمرك كده بص روح شمال شمال يمين يمين ده اللي حصل اللي ببقى استيلا تقوله شمال شمال يمين يمين من جالب المشاعر لا تتحرق المشاعر لو هتجي بكده خلي بالك يسلم باليد بدلا من كده اغرورقت عيناي بالدموة انت تلاقيك ما انتاش عارف في التشبيه ده اغرورقت وعلى الكلام ده انت تحس ان انا غريبا عارف شوف الفرس بص شوف بتفرسه ازاي لما شفيته بيبكي شمال تبتسمت اي ريترنيد هوم هارت رجعت البيت مجروح نفسيا اند اشامده في ماي سيمبل لايف بدأت انقم على حياتي بقى حسيت ان انا دائما حياتي الطبيعية دي وحياتي اللي انا عايشها دي في المطبخ بقى ميسس جو وعمي بامبر مستنيين يشوفون عملتي مالتلو مش حاجة بعد كده قلت له بقى لان ده صاحبي قلت له بقى لان ده صاحبي قلت لان انا احد العامة وحسيت ان انا متدايق من نفسي ده شكل ستلة هي وحطا له الاكل على الارض انا جايب لك الصورة دي شوف بص ترضى لنفسك حد يحط لك الاكل على الارض كده وتوطي تاخده ترضاه ترضاه لنفسك تحط الاكل كده وتنجاري بص شوف التكبر والتعالي شوف الاجرام شوف بص افترأ افترأ بس حلوة بيقولها جميل راجل مغلوب على امره جو قال لي ابني اردب نصيبنا في حياتنا محدش بتولد غني ابني او يعني بس انا معرفتش انسى اللي حصل حسيت ان البداية دي قد تكون بداية حياة فيها مهمة بيب بداية ان ساعة ما راح لمسافشي مشاف البيت اللي اسمها استيلا دي قال لك انا بدأت بقى اتعلم اكتر جايز لما اتعلم وضعي جايز الحج استيلا يعني تعجب بيه وبتاع طبعا كات بتعلمه بيدي وبيدي دي كات بتحبه اصلا وكات محذبة وبتحترمه وبتقدره بس قلبه مع واحدة تانية دايما كده يقول لك القط ما يحبش اللي خناءه دايما الناس اللي تهزأك تملها واللي تحترمك وتحبك تبعد عنها المدرسة كانت دايما فيها مزغولة ودايما كان فيها ضوضاء ان انا بالاعمل الجددة اسيب حياتي بهراية وابقى جندلمان عشان اعجب الملقيه الانسة وانا مروح قلنا يعني حانه قاعد جو ليتوا قاعد في الحانة واحد ما شفتوش قبل كده بس صلب غرابة جو بيقول الطقس النهاردة صعب قوي الشابورة كسيفة ما تعرفش ان في سفينة هنا في بيزجنوا الناس فيها قال له اوه بجد هو الراجل طبعا جو بيكلم بيب راجل بيقول له انا ما عرفش المنطقة دي تبدو موحشة او منعزلة تمام انزوس مارشيز مارشيز ارو وز لونلي دايما المستنقات منعزلة كده ريبلاي جو بيقول له برهابس يالرايت سيد زمان زمان دي ناسكد افاي اني اسكيب دي كونوكتز الراجل ده بيسال هل في مساجين هيربوت هيربوا من السجن وكده وده تحس اني مش مستريح الراجل ده قلب بقى الكوبوف تي وده بيستخدم الازميل اللي انا كنت مديه او المبرد اللي انا كنت مديه اللي هو الراجل اللي في المكبرة وده كان نفس الفائل ده كان نفس الفائل ذات اي هد تيكن فروم جو زوركشوب اي راجو بط جو دين تنوتس لكن جو ما كانش ملاحظ ده السؤالين التلاتة اللي نعملهم لك بالموهمين كده بقول لك واي دو يو تينك ميسيس جو وانتد بيب تبوتو ميس هفشيز هاوس ليه هي كتعايزة يروح اصلا بيت ميس هفشي تجيب متش ماني فروم ميس هفشي عشان يجيب فلوس بيب هد ميكسد فيلنس بيب كان عنده مشاعر مختلطة منذ بداية القصة إلا ستريت اشرح بيب تستخرب الان كبير شرع ومع ذلك حبها من اول نظر بيبز تتميز هافشيز هاوس بيبز تتميز هافشيز هاوس بيقولك هنا بيبز تتميز هافشم زيارة بيب بالمسهب شمكة نقطة تحول في حياته طبعا دي تبيني شخصيته كويس كان ممتني جدا شابتر ثري وكده هنبقى نخلصنا بس نخلص الاول جلامي يعني كئيب بيهب يتصرف أبرينت الصبي اللي بيتعلم حرفة دستي مطرب آيز عيون أصابع هيت يضرب رينج يعني خاتم او حلقة وش يتمنأ وامنية سبايدرز ويبز اللي هي أنسجة العنكبوت اللي بيعملها طبعا عشان يصطادل ايه الحشرات طبعا ديت اسموها ويبز أبرينت الشب بالتدريب المهني وفاتة التدريب أرجمنت جدال حمولة او يحمل سرو يعني حزن عميق او حزن شديد على علاقات سائه حسنة بيه فيه تعبير اسمو على علاقة سيئة بيه ديت طابلو لا تنطق يلف او يغلب حاجة اللي هو جلد الانسان جلد الانسان الطبيعي كده لكن ليزر الجلد اللي بتتصنع منه الشنط ده الجلد بقى بعتها على البار لما يعملوه يزبغوه يعني بريق يعني احترم نفسك ده نصيبك يعني ما قدرتش احدد هذا الشيء مش ما قدرتش احطه اصباعي مش عارف على كذا لا دي لا يستطيع تحديد شيء التعريفات يعني انت تختلف مع حد دستي يعني ديرتي قذر جلومي دارك اندساد بيهيف يعني شود بيهيف ويل تصرف كويسة وتعلم كويس شبكة يعني رفاية يعني حبل او خيوط عشان تصطاد الحشرات في انسكتس في تي اس هم بيقولك لما عرفت ان الراجل ده قابل المتهم اللي انا اديته الفايل الدليل ايه؟ الدليل انه هو بيقلب بالازميل اللي انا كنت ميديه للراجل هجابه مني باكيد قابله بيقولك كنت عايز اخد جو وامشي لانه مطلع عملة ذهبية كده زال انت شايفها دي عملة كده ويقلبها بالخوف خدت الحاجة دي ومشيت جنيه طبعا من ورق بس مش بتاعنا فجو قالك لازم ارجع حالو خدنا الجنيه ده حطنا عملة ذهبية خدنا الجنيه ده حطناه على الرف خدته ميس جو وحطته هناك وظل هناك للابد ستلا برضو خدتني للقوضة مع فينا كده برضو كان فيه ثلاث سيدات تقول طبعا عنده قريب ميس هفشم والناس هو جنتلمان كان قاعد معهم كده دور كان قريبها سارا جورجيانا كاميلا اندرايموند بوكت كانت جاهزة تشوفني مسكة الشمعة بتاعتها مشيت بيها في البيت الظلمة ده وقامت سألاني كده بتقول ايه حسنا نياض انا جميلة ما بتعيضش ليه في المشهد في الفيلم رزعته القلم التمام على وشه ده كان انا مجابش سيرة القلم في التكست تبتقول له مش انا جميلة ياد الله طبعا جميلة بتعيضش ليه قال لا انا مش عايض تاني اللي بتبصيلي كده بقرف مش عايض تاني هو بيقول لي كده هو بيعيض اصلا بيقول لها مش عايض تاني بيقول لك قابلت راجل ضخم كده شعر يسود بيقول لي انت جار ياد من عندنا قال لي انت هنا ليه بيقول لك مس هفشم اسكت فور مي قال له انا مس هفشم طلبتني وكده قال له ايكس بليند وكده قال له احترم نفسك ياه ما فيش المكان ده حد بيلعب فيه بتاع حسيتم ممكن يكون دكتور لقيت نفسي بيه في غرفة مس هفشم تعال بقى كل حاجة زي ما هي مس هفشم ميتة زي ما قولتلك المكان زي ما هو بفرقة كل شيء كان محدد مما يحدد بيقول لها انت جاهز تلعب قال لها انا اعتقدت ان انا جاهز والله قال لها انا ما عفكرتش ان انا جاهز والله قال لها انا عايز تشتغل يا بيب انا قلت ذات اي شرطة اعطي لله اه وقلت لي روح القودة التانية طيب عندما ارتضت المنزل، قد رأي مفروشة ترابيزة مفروشة ترابيزة بقى، مفروشة ومفروشة بطباق، مفروشة لتصفرة الزواج وعليها الكيك، لتصفرة الزواج وعليها الكيك، لتصفرة الزواج ولكن الآن مغطاة بناسيق العنكبوت المنزل تبدأ بأنها كانت كبيراً لذلك في الكثير من الوقت القوضة زمائية بقالها سنين كانت مفروشة في عناكب ومفروشة، اللي يا جمع ما هو صفار، فراني يعني كنت أرى في حيات المنزل، وقمت رأي مفروشة عندما كانت ميس هفشم في حيات المنزل، وانا بتفرج بتقوله، ما تعتقد ذلك؟ وبتشاور له عطرة كده، بتقوله، تعتقد ذي إيه؟ لشكلة كده، لشكلة كده، في حيات المنزل، وقامت مشاوره له كده عليها احصل لها لقربت، قالت له، إيتس أكيك بيب، إيتس أكيك بيب، أويدي كيك، كيك بتاعتي يا بيب، كيك بتاعتي فرح، الكيك بتاعتي كيكا بتاعتي بتاعت فرحي She went on She asked me to walk with her around the room Which we did for some minutes Until Stella and the buckets came in جاء Stella وقريبها Then they asked me to have Shamsie Hill سالو على صحتها And they wish to hear a happy birthday But she sent them away بعتتهم برة وتردتهم بتقوله That wedding cake was bought here a long time Before you were born بتقوله كيكا دي يا بيب بيجات هنا من قبل ما انتتت ولد والله يا بيب Miss Hafshim told me And everything is still here She stood for a long time looking at the table عمالت بص عالترابيزة كده Then she we returned to her dressing room رجعنا للقودة اللي بتلبس فعندي Miss Hafshim Stella عندي مي تو بلاي شوف المشهد أهو أدي الكيكة أدي الترابيزة أدي Miss Hafshim أدي بيب إي رأيك با So we sit down to play games in her dressing room But this time Stella refused to speak to me رفض التكلم Finally Miss Hafshim asked me to return in a few days And allowed me to leave سمحت لي أن أمشي Stella let me out of the house again Putting my food and drink on the ground and shut the door ونفس الحوار حطيت له الأكل والشرب على الأرض برضا Alone in the garden I was surprised to see another boy قاعد بقى لقيت لك ود تاني كده قلت لكم اللي هو زبال young gentleman الوادي الشاحب البهتان ده لو تفتكروا Alone in the garden ورأت لكم في الفيلم اللي تخاني معاه وداله البنية في وشه I was surprised to see another boy لقيت لك ولد كده بيبصيلي He disappeared into the house and then came out into the garden to speak to me He had very bad skin كان وشه باهت كده And short fair hair وشعر أشعر كده So in my mind عشان كده في دماغي أنا سميته زبال young gentleman سجله في دماغه كده زبال young gentleman زي ما أنت بتسجل حد كده فيه في تليفونك نادر مش عارف انجليزي أحمد سوبر ماركت سارة كارتشحن كده يعني انت بتسجل ايه بتسجل الناس دي في دماغي هو سجل الوقت ده لانه مش عارف اسمه عشان شاحب وبهتان الشاب البهتان الوقت بيقول له Who let me in He asked it قال له استيلا قال له خش علي تعالي حاربني بيبي بيقول لك ليته داخل علي بقول لي خش علي خش تعالي شفت انتو في الفيلم طبعا هو بيضربه في البنية في وشه خش علي المعركة دي استمرت دقايق نزل على روكب وكده قال له خلاص خلاص You have one انت اكسبت You have one You have one You have one He was so brave الوده كان شجاع ذاته I feel sorry for him انا حسيت بالحزن عليه بصراح لان انا هو كان شجاع بصراح Can I help بعد ما اديته في وشه قال له اساعدك I don't know thank you good bye I answered I knew that it was time to leave عرفت ان ده الوقت ان انامشي بقى I didn't see Zabal young gentleman at Miss Havshems again Although my visits continued ما شفتش الوده تاني Nothing ever changed مفيش حاجة تغيرت Miss Havshems sit in her wedding بقول لك ميتة قعدة فستان فرح In her dusty dressing room في قدتها المطربة And Miss Havshems asked و Miss Havshems سألتني كل شوية If I saw Stella was pretty كل شوية تقول لي ايه رأيك في ستلا ستلا جميلة اه ستلا جميلة طب وبعدين هي بتعلقوا بيها ستلا جميلة ستلا جميلة يا ستك تزيقنا ستلا حلوة يا ابني ستلا حلوة I always said yes And Miss Havshems seemed happy with this answer What will you be when you grow up babe انت حيث تبقى يا بيب لما تكبر اللي هي عنها بقى ايه He asked me one day Miss Jo and Uncle Pumblechook Had been talking about the same thing ever since I had started to visit Miss Havshems Then they were sure that she wanted to give me all her money And they wanted my visits to continue طبعا بيقول هنا ايه دايما What will you do تحب تبقى ايه She asked me one day Miss Jo and Uncle Pumblechook had been talking about the same thing ان انا عايز ابقى ايه يعني قال لي انا ايه سوف اصر ايه ان اصر ايه اعطى ان اصر ايه ايه بيه ومريح ان اصر ايه ايه اصر ايه قالت له بيبها يبقى الصابب بتاعك خلاص. الوقت ده ولد كويس. ودي مكافئته. الفلوس دي عشان تتفحها لتعليمه المهني. ده فلوسك ونصيبك ومش هتاخد حاجة تاني. بيب بيقول لها جيلكو تاني قالت له لا يا خلاص ما اسمعتش. خلاص يا حبيب الموضوع انتهى. قلت له لا. جو ازور بوسنا. مشيهم يلا خد نفسك واخلع يابا. طبعا ده المشهد اللي ام بينه وبين الزبال يانج جنتلمان الخناء اللي امد بينه. بطايا ده بس انا اتغيرت. خلي بالك من الحوار ده بعد. بيب من ساعة ما راح شاف البيت المؤرفة دي عندي ميس هفشم وهو اصبح هناك شرخ في حياته. بطايا هادي تشينجد. I no longer wanted to be a black smith now. I was ashamed of my home and my family. طبعا بيب من ساعة ما شاف البيوت وشاف الحياة وشاف ان في ناس اغنية واصبح ناقم على حياته وكاره لحياته. still was often in my thoughts. استيله كان دايما في تفكير. although I didn't see her anymore. رغم ان ما عنتش بشوفها تاني. I was sure that she didn't like my position in life. وانا كنت متأكد اني مش عجبها ما كانت في المجتمع كحداد يعني. so I continued my education and worked hard. this is was largely thanks to Bedi. ده كان بفضل بيدي بقى. who gave me lessons. كانت بتديني دروس and taught me as much as she knew. although she was older than me. رغم انها كانت اكبر مني في السن. Bedi was my friend. كانت صديقتي. about a year after. بعد سنة. my apprenticeship was Joe. بعد سنة من تدريبه المهني مع جو. طلبت من جو ان انا اروح اجازة ازور مس هفشم واشكرها. فجو عادي عايز يسمح له وسمح له ان يروح. اللي اعترض واحد اسمه أورلك. شغال معهم في البيت هناك وفي الورشة. ده مش طيق جو اصلا. ده مش طيق بيب اصلا. انا مش بيحبه اصلا. فبقول لك ده اللي اعترض. that i could miss visit miss hafsheman sank here for helping me. win orlik. joe's working man. اللي هو الراجل اللي شغال معه ده. he heard that i was going. he was very angry. he didn't think it was right that i should have an afternoon's holiday. but he could not. ان هو ناخد اجازة وهو ما ياخدش. i didn't like orlik. انا ما بحبوش. ليه بقى? he was large and slow. ضخم كده وتخين. and he often tried to make my life difficult at work. ودايما كان بيخلي شغليتي وحشة او حياتي صعبة في الشغل. an argument began between orlik and the mrs joe. بقول لك اللي دخلت في الحوار معاه وقالت له انت مالك انت هتتدخل ليه؟ دي اختي. اللي هي mrs joe. اتخنقت مع orlik. قالت له انت مالكش دعوة. who wanted me to see miss hafshem زجاين. in the end في النهاية joe had to stop them. اضطر طبعا يوقفهم. but there was something strange about orlik. كانت في حاجة غريبة في شخصية orlik. التعبير ده بيجي في الامتحان في but i couldn't put my finger on. في حاجة مش كويسة في شخصيته بس انا مقدرتش حددها. مقدرتش حددها. مش قصة عمش قدرتش. put my finger. لا. مقدرتش حدد هذا الشيء. تعال بقى. i no longer wanted to be a black smith. لم قعد هذا الرجل الذي يريده ان يكون حدادا. why do you think babe became ashamed of being a black smith? لا اعتقدت ان بيب اصبح ناقما على حياته كحدد. لانه مش هيعجب الست طبعا استيلا. as استيلا didn't like his work and the position. when he loved her he hoped to be a general man to make her at my home. كان عايز باجنت المان عشان يعجب الانسة استيلا. ان انت تتغير عشان ترفع من نفسك وشأنك ومكانتك في المجتمع شيء مباح وجميل. لكن ان ترفع نفسك ومكانتك حبا في امرأة هي مش حباك. هي بتهينك. هي بتجي عليك وترميلك الاكل على الارض. يبقى انت راجل معدوم الكرامة. ومقول ثم بتقولك اصون كرامتي من قبل حبي. اذا كان الحب جاء على سبيل الكرامة فهو بئس الحب هو. واذا انت انسان انسكت ورا مشاعرك دون سيطرة من عقلك فانت كالحيوان. استيلا بود بيبزيس فود on the ground. on the floor. شايف? حطيت له الاكل على الارض. اسوال ده مهم. instead of handing it to him. بده ما تدره الاكل في ايده يا اخي. كرمنا بني ادم. what does this show about her character? ده يوح ان شخصيتها كانت ايه? she is hard. كاسية القلب. ده صفة مركبة. hard. لأ انا لازم انتبقى بقى بلون مخالف. لان كده مش هتعجبني. بحنا كده بنكروت شغلنا. لازم تبقى بلون جميل. واضح. hard. حاطد. الكلمة دي مكونة من كلمتين اهيه. وفي بينهم حاجة اسمها هايفن. ايه الهايفن دي? شرطة بسيطة اهي. الكلمة دي صفة مركبة. hard hearted. عكسها kind hearted. يا طيب القلبي وينك. kind hearted. تبقى انسان طيب القلب كده. حرام تهجر دينينك. دي اغنية برضو مش طرف ومغنيها. دي اغنية خالجية. كان موجودة في سبعة وتسعين كده. اول ما كنت متعين. كنت باشغلها دايما في المدرسة. كان معي حاجة اسمها ووكمن عظيم. الوكمن ده بقى كان عامل سهر وقرأو المنزل. ده المودرني تكنولوجي. كنت شاريه بقى ايه? وانا المدرس الوحيد اللي معي ووكمن في المدرسة. بوس كده ووكمن كده. وفيه سماعات بقى عظمة. يا كان اختراع عظيم. يا سبحان الله على المودرني تكنولوجي دي بقى. وكنت اجيب الشريط ده بقى الشريط كده عامل كده. الشريط كده ببتاع كده مش عارب بقى بيطلع برا كده. بقى سلام لو اتقطع بقى قد تلحمه كده. حوار مودرني تكنولوجي سبحان الله. انا ايه اللي هوداني هناك عند البيت هناك وادرسها دلوقتي. انا كنت في استيلا اه ايه اللي جابنا هنا اه ماشي. هارد هارتد. اه كلمة الاغنية اللي جابت فكرتني بزمان والله. يا طيبة القلبي وينك? استيلا ما كانش طيبة القلب. كانت قاسية القلب قلبها كالحجر. بتفرح وتبتهج حين ترى بيب مكسور. بوضع الاكل له على الارض زي ما شفت. وشافته بيدكي فبقى ايه? فضحكت. شوفت الافترة. متغطرسة. متكبرة. يعني مغرور او متغطرس. مغرور برضو. تتوكيت بالمراضي فهو. ما هي انت متغطرسة مغرور. هي ليه كل شوية? استيلا تسأل بيب انا جميلة يد. انا جميلة يد. بتقرفه. ما هو عارف انها جميلة. بتضيقه. لانها مغرورة. هي عايز اي حبها عشان تضمر نفسيته وقلبه. تمام? بص برضو بتلعب الفتاعة في اخر حصة خلاص. احنا خلاصنا 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 صبورة فرحانة ان احنا خلاصنا. طبعا انت فرحانة انا عارف. طب كنتش عايز تشوفني اصلا. بس انا قاعدة لقلبك انا لسه ما خلصتش. انت بتقفل الفيديو ليه? استنى! تروح تذكر الجرامر وتذكر الفكاب وتكتهد وتعمل اللي عليك. وما تيقسش. مفيش يأس. وبقولها دايما. وبقولها لكم دايما. يا ريت تاخدوا الكلمة دي. الطلب والله العظيم خلصوا كليات. والله والله ما رغيا ولا كلاما. اتفاجئت من الطالب بيقول لي انت درست للدكتورة اللي بتدرس لي في الجامعة. وقال لي هجيبها لك وهجي لك قرأي. قلت لي يا ريت والله. وقالت لي يا مصرة تيجي. وانا هجيبها واجي. وفجأة كده بيقولك على الفيس. لأني بعلق. لأني معلق لها. فبيقول انت رفي مستر نادر ده مريد الرسي وبتاعه. وكلمتهم في المحاضرة عليه. فالحمد لله. الحمد لله. هذا فضل الله. فدايما بقولك كده. الطلبة مازالت بايه? بتنتهج هذا الحوار. نو جين وداوت بين. فيقول لي فاكرين يا مستر فاكر يا مستر ما كنت في السنوية العامة بتقولين نو جين وداوت بين. مفيش مكسب بدون قلم وتعب. احنا وصلنا يا مستر لطموحاتنا. تمام? وما زلنا نذكر كلماتك بالخير. ودايما في وجداننا يا مستر وبندعيلك. هو ده النجاح الحقيقي لأي معلم. لو هتفتكر النجاح الحقيقي لأي معلم زي ما انت بتحسب المدرس كده في القعب ياخد كم? لا ده مش نجاح. ده النجاح المادي. النجاح الاقوى والاهم. والنجاح في بناء شخصية محترمة. لطالب يدعي لك بعد ما يخلص مش يدعي عليك. والحمد لله بفضل الله مش هنقول ان كل الناس يعني بس نقول غالبية الحمد لله بتدعي لنا. وان شاء الله اشوفك محقق طموحاتك واحلامك. اما هذه الطايفة انا لابسة عشان اقول لك ان احيانا الانسان لما يلبس الطايف بتغير. لان بب بعد كده والمفترض ان انتو سبقتوا في المنهج وعرفتوا الكلام ده. اتغير. وبقى انسان مادي لان جاله فلوس ولبس مظهره بتاعه ولبس واتغير شكله فتغيرت طبائعه. وده مش صح. الانسان اللي بتغيره الفلوس والمظاهر يبقى مش انسان كويس ولا سوي. صاحبك صاحبك حتى لو تغيرت الفلوس والايه والاشكال والزي. قبل ما مشوه ريتا مستر بتعمل لهم زوم عليها كده. اني نو جين وزاود بين. والصبورة برضو مش عايزة تثبت. الجملة دي معناها مفيش مكسب دون تعب. لما جيه اسي للعيال في سنة تانية بعتولي يقالولي يا مستر الجملة اللي انت قلتها انك كتبناها في اول جملة في الاسي. نو جين وزاود بين. لان الاسي كان جاي لهم عن ايه? النجاح. ضريبة النجاح يجب ان تدفع. لا تحسب ان المجد تمر ان تأكله. لن تبلغ المجد حتى طلعك الصبر. شابتر فور. عندي كلمة بروف يعني دليل. وطبعا عايزكم برضو تستفيدوا ان في كلمتانية اسمها بروف. وانا اقلها لخو دي معناه يزبط او يبرهن. لكن دي بروف. دليل او برهان. همر شاكوش. ابسيت منزعج او يزعج برضو. ساسبكت يشك او يشك في حد. الامال والتوقعات. الراعي او فعل خير. ملكية. اكراود او حجد من او مجموعة من. حجد من او مجموعة من. الاديامز التعبيرات اللي احنا متعودين بعلاف الستوري. من الان فصاعدا. يستحق الجهد. بيب طبعا راح يزور ميس هافشم. ميس هافشم. ميس هافشم. ميس هافشم. بيقول لك لما روحت ازور ميس هافشم ببص كده ملقيتش ستيل. سوري هنا معناها ساد حزين. ميس سارا بوكت. شوف ميس هافشم بتقوله ايه. اتمنى ما تكونش عايز حاجة. لاني مش هديك حاجة. انا مش عايز اي حاجة. ما تفهمش غلط. انا جاي اقول لك شكرا. على التدريب بتاعي وان انت الديتي يجو فلوس انه ايه. يهتم بي ويعلمني ايه. الحدادة. من الان فصاعدة يا ابني من الان واللي جاي. تيجي تزورني مرة في السنة بس. في عيد ميلادك. بتقوله بتدور على ستيلة مش كده. طبعا ميس هافشم مبسوطة ان خطتها التي رسمتها في الايقاع ببيب. كعشيق ومأسور بحب ستيلة نجحت. فقلب رجل سيتحطم. فهي سعيدة. لان قلب الرجال يتحطم. تنتقم يعني كده. وليه عبيته. ارين تيو بتقوله بتدور عليها مش كده. ميس هافشم كونتينيو. مشيت بحث لندن ستصبح سيدة جميلة الجميلات يا بيب انت حاسس ان انت فقدتها عيت يا بيب خليني افرح يا بيب. وانبسط يا بيب عايت يا بيب عايت يا بيب عايت يا بيب عايت يا بيب شوف مين بيعايت يا ما أنت لو إنسان تافي ماشي ومحدش بيحبك وانت مصر يبقى أنت اللي جايبه لنفسك عايت على خبتك حاسس أن انت فقدتها يا بيب هي بتوبخه دايما كده بتضع السكينة في الجرح يعني يغرس السكينة في الجرح بتحسسه بالجرح بتاعه ده كمان ده بتضحك وتصخر من مشاعره وما كنتش عارف ما تقول قالت لي الله مع السلامة روحت بعشان روح كان واحد من الناس اللي كانوا جايين يأكلوا عندنا قبل كده في الكريسماس وكده وإحنا ماشيين الجوا بدأ يضلم واحد بيقرب مننا كده لقيته أرلك المعفني اللي أنا بكرهه اللي هو كان شغال معهم وكده وكان بيتصرف بغرابة أكتي يعني يتصرف كان بيتصرف بغرابة وهو ماشي معانا ومراجع لما وصلت البيت لإطلاق حجد من الناس في المطبخ في هذا اليوم وجو برا كان حد اقتحم بيتنا شايف هاد هت ضربها على دمخة وأصابها إصابة بالغة مفيش حاجة أخذت كان في الأغلال بتاعي في السجين دي مرميه على الأرض أول ما شفت الأغلال اللي على الأرض دي افتكرت المتهم اللي أنا ساعدته اللي ساعدته من سنتين ومع ذلك كنت متأكد مش هو اللي يعمل حاجة زي كده أنا كنت حاسن معافني اللي اسمه أورلك لأنه كان متدائم من أختي ما كانش عندي أدلة ضده أختي لكانت قادرة تتحرك ولا تمشي ولا تتكلم بعد الهجوم ده رسمت لهم شاكوش كده عرفنا فورا إنها تقصد مين بالشاكوش معناها بلاك سميس هاما الشاكوش ده يرمز لأورلك فأنا حاسس إن هو اللي عمل العملة دي بس أنا مش قادر أجزم بداه لما قادرت تعود في المطبخ حسيت إنها كانت دايما كل ما تشوفه تبقى مرعوبة دي كلها أدلة تبرهن إن جول اللي ضربها اسمه إيه؟ أورلك اللي ضربها على المخ ميسيس جو كود نوت هات مي ناو فعاد عندي بيب بمشاعر متضربة أختي معديتش قادرة تضربني ولا تعزبني تاني فكنت فرحاء بس يا في النهاية أختي وزي ما بيقولوا كده الدم عمره ما يبقى مية والضفر عمره ما يطلع من اللحم فطبيعي إن أنا كنت مضايق على أختي بيدي بقى يظهر معدنها الأصيل في هذا الوقت بيدي بقى يظهر معدنها الأصيل إنها كانت بتيجي تكنس لنا وتعمسح لنا وكده وتساعد مين؟ وتساعدنا في البيت حياتي بدأت تتحسن استمرت في التدريب بتاعي أجزب لك زيارات الميس هفشم استمرت بيقولك يبدو كل مرة أروح الوضع زي ما هو يبدو إن الزمن متوقف في حياتها فهي زي البيت ما هو متوقف والساعة متوقفة الزمن متوقف ما شفتش استيلا في الوقت ده رغم إن أنا كنت دائم التفكير فيها وانا لسا على واشا كنا نمشي كتت ديني عملة دايما كده وانا ماشي خد يا بب الفلوس وتعالى السنة الجاية خد العملة دي وتعالى بقيت واحدة عضو من حياتنا الأسرية كانت بتعتني بنا وكانت بترعى أختي ميسيس جو كود نو لونجر ووك أو سبيك أختي العديد بتمسوا ولا بتتكلم بدأت أشعر بالحزن عليها قلت لك الدم عمره ما يبقى مي لأن الأسابيع تصبح شهور والشهور تصبح سنين دايما الأيام بتبرهن عن جوهر الناس ومعدنهم فكلما الأيام تمر والأسابيع تمر والسنين تمر كلما ظهر شخصية بيدي إنها شخصية محترمة في يوم الأيام كده وأنا قاعد جنبها بيدي أنا عايزة بأجنتلمان خلي بالك شوف الجملة دي بتقوله تاب أنت مش مبسوط يا بيب انت كده مبسوط وبتاع قال لها إيبقى هي أسكد وهي مندهشة بيقول لها أنا عايزة بأجنتلمان قالت له تاب أنت مش مبسوط كده يا بيب قال لها لا يا بيدي أنا عمري ما هبقى سعيد إلا ما عيش حياة مختلفة عن الحياة إلا أنا عايشها دي كانت هادية كده أنا لا أريد أن أكون مبسوط بأجنتلمان أنا مش عايزة بأحداد منذ بيدي ما روحت عندي ميس هفشم وقابلت البيت اللي اسمها ستيلا دي وأنا عايزة حسن حياتي خلي بالك بيقولي الكلام ده لبيدي اللي بتحبه شوف تأثير الكلام دي عليها بقى شايف بيمدح مين وهي قادة وبيدي بتحبه بيقول لها دي جميلة وماهرة وأنا معجب بيها بصراحة بعد لحظة كده بدي أسكت كوائتلي سيته بهدوء بتقوله انت يا ابن عايزة تبقى جنتلمان وكده عشان تتجوزها ولا عشان تدايقها لو عايز تدايقها مفترض ما تهتمش بمشاعره if you want to marry her ولو عايز تتجوزها she probably isn't worth the effort مش دي اللي تستحق جهدك ومجهودك وحياتك وهو بيقولي الكلام ده أصلا بيقرب ده that may be true ده ممكن يكون حقيقي but I still admire Stella أنا ما زلت معجب بستيلا so much I knew that I was making a mistake هو كان عارف بيقولك أنا أعارف أن أنا بارتكب خطأ but I could not change my feelings but I couldn't change my feelings دائما المحبين الغارقين في الحب لا يستطيعون التحكم في مشاعرهم ودينوط الضعف مش سهلة أن أنت تنساك وراء واطفك ومشاعرك فتصبح like a dog حين تصبح like a dog بكارسة تقاد تعال روح تعال ياد روح يا تعال ياد روح يا تعال ياد شفت بوحة في فين روح يا تعال ياد روح يا بوحة دي بقى المرأة التي يتعلق بها قلبك يا رجل فإذا تعلق قلبك بامرأة لا تبادرك المشاعر فاخلع امشي لا تصبح dog يا تحب وتتحبب كرامة مش صح مش صح تالي مش صح تالي مش صح رابع شايف وقع القلم ده عليك هتبقى كده طول السنين وأنت خاضع ده برب امش بلتم كده عشان تقول مستر عبيت بفهمك انه اصلا ما بتحبوش بتهزأك بتهينك يبقى ايه لازمته الحب هذا ليس حبا هذا ليس حبا فمن يحب إنسان يخشى على مشاعره ويحترمه وحب بالاحترام هو إهانة بس دايما يقول لك البناء آدم أو يقول لك القط ما يحبش اللخناءه دايما نميل لمن يهزئنا ومن يحترمنا لا نوكره فأنت حر يا صديقي اختار لي نفسك بدي told me that she was glad بتقوله أنا مبسوطة glad I could talk to her وبتقوله مبسوطة أني أنت بتصريحني بالكلام ده and decide she would never عمري never till anyone else قالت له بيقول لها I will always tell you everything بدي سأحكي لك كل شيء يا بدي قالت له until you are a fine gentleman ده لما تبقى gentleman بقى والفلوس تجري معاك ومش هتعرفنا ساعتها ساعتها مش هتعرفنا وده فعلا كلام بدي هيثبت أنها كانت farcited farcited يعني بعيدة النظر عندها بعد نظر أصلا أنه هيطلع شخصية معفين فبتقوله ده لحد ما تبقى gentleman بس محل ساعتها يا بقى عرف يكلمك أصلا It seemed impossible that my wish to become a gentleman would come true كان واضح جدا أني أمنيته عمره ما تتحقق But one evening while joe and i were at the village in بس بقولك وانا في يوم كده انا وجوه في الحانة لينا لك listening to mr. وابسل mr. وابسل اللي هو صاحبنا ده قاعد reading aloud from a newspaper بيقرى لنا بسوط عالي كده i noted that a stranger was looking at us كان في واحد غريب كده بيبصلنا then i remembered him افتكرته he was the gentleman i had met on the stairs at miss halfshim's house he was the gentleman i had met on the stairs at miss halfshim's house years before is your apprentice bib here الرجل ده بيسال joe بيقوله الصابي بتاعك بيب ده هنا the dark man asked us looking at joe i need to speak privately to you both عايز اكلم كنت الاثنين على انفراد both both يعني كلاكما أو كلاهما he sounded like an important man كان شكله شخصية مهمة so we invited him to come back to the workshop with us خدناه على الورشة هناك once there he said he was mr. jaggers قدم لهم نفسه على ساس انه mr. jaggers a lawyer from london محامي من london i am working for someone بقولوا ما انا بعمل عندي حد معين but i can not tell you their name مش هادر اقولكم اسمه خلي بالكوا كلمة someone انا هي ليه شخص ما تلك كلمة somebody everyone and everybody تعامل معاملة المفرد لكن في الاشارة لها تعامل ضمير جامعي their name he explained i have to tell you that bib has great expectations دخل عليهم اللهم الودة مفتوح له طاقة الادر خلاص وهتموحات هتتحقق في حياته he will receive a large amount of property in the future سيأخذ عقارات ونقود وفلوس so now he must have an indication لازم ان نعلمه وننظفه ونعمل منه بنا آدم نعمل منه بنا آدم the only condition الشرط الوحيد is that he doesn't ask who his benefactor is الشرط الوحيد انه مايعرفش مين اللي هيدفعله الفلوس اللي تعال تعلمه دي i immediately agreed بيقول لك وفقت ثورا مش فيها فلوس دوس دوس الامر في فلوس يلا دوس انا دايس معاكم في الحوار فقال لهم معاكم فلوس خلاص انا جاي مافيش مشكلة طب تعرف ميني لديك الفلوس دي ما عاش عايز يا ربا بصراحة الباشر عايز يتنظف عشان يعجب الجميل استيلا joe was so surprised that he didn't object at all when mr jaggers asked him if he could end my apprenticeship طبعا جو قال له حالة زهول الوضع في ثانية تغير وطبعا بيظهر مظهر الناس وطبيعتهم في الوقت ده فطبعا جاجرز بيقول لجو مش عايز فلوس يا عم على اساس ان احنا هناخد الراجل ده قال له اخد فلوس ليه مش ديه سعدته هو مبسوط هو حر وده موقف يبين ان جو كان شخصية محترمة I have large sum of money for you mr jaggers بيقول له بيقول لي بيبا انا عندي فلوس كتير ليك يا I can turning to me والتفات لك ده mr jaggers and your education will begin as soon in London وقال له تعليمك يا ابنة هيبدأ في لندن خلاص With mr Matthew pocket ده معلمك في لندن ده اللي هيعلمك هناك He will be your teacher and he will make a gentleman of you وهيعمل منك gentleman First takes this 20 pounds خد يا ده العشرين جنيه دول عشرين جنيه سترلين ياابا عشرين جنيه ايه مش مصري عشرين جنيه في الفترة دي كانوا عشرين جنيه بقى في انجلتر فلوس حلوة 20 pounds to buy some new clothes يلا ياد روحات لك شوية 200 كده بدل الهدوم المعفنة اللي انت لابسها دي او When joe was asked if he needed any money for losing me at the black smith he replied يعني بقى لما جاكر زي ما قلتلكو عرض على مين بيعرض على Joe بيقول له عايز فلوس على اساس ان احنا ناخده منك ما وبرده ده هيعمله فرق في الورش قالوا لا ياعم ما اخد منه فلوس ليه When joe was asked if he needed any money for losing me at the black smith he replied Beb is welcome to go and to find his fortune بيب مرحب به ان يذهب ويجد سروته انا مش طمعان في فلوس انا يا صديقه احبه حبا دون نكوط ده صديقي وصحبي وحبيبي ماريش في الفلوس مش معفن زيه ماني ميكس no difference to my feelings for him دول الاصدقائي لو فيها بيقول فلوس لا تشكل فرق في مشاعري ناحوه الناس بتقاد بدلوقتي بتقدس الفلوس الناس ما تعرفكش اللي عشان الفلوس الناس لا تصاحبك اللي عشان الفلوس الناس ما تعرفش بعض اللي عشان الفلوس واول ما تروح الفلوس مش هيوف جنبك الا الصديق الوافع سانا زالا اصدقاء دايما جو كان طيب وكويس وكان طيب وكويس طبعا اللي بيحكي ده بيب وانتعال لما عرف جو وبيدي ان انا هسيبهم خلال اسبوع ذي بوس كونجراتوليتد مي هنوني باتنين ما قالوش اكتر من ده كانوا زعلانين ان انا همشي اختي بقى في عالم تاني مش فهمة حاجة اصلا اللي بيحصل رغم ان هي بدي حاولت تفهمها كل حاجة بس هي مش فهمة مريضة بولك انا قررت لما اشتري الهدوم الجديدة دي اي وود بوتهم ات انكل بامبلشوك اروح البس الملابس دي في بيت عمي بامبلشوك انا مش عايز الناس الشحاتة دي تشوفني وانا لابس الهدوم الشياكة دي تخيل مش عايز الناس تشوفوا لابس الهدوم اي اكسب لين دي تو جو اند بيدي انا شرحت لجو وبيدي الكلام ده اول ما قلت لهم كده جالهم حالة زهول انكل بامبلشوك هاويفر مع ذلك عمي بامبلشوك كان سعيد يعني سعيد بيقول له لن انساك مطلقا يا جو بيقول له جو مش هنساك ابدا بس بيقولك في قرارة نفسي بدأت احس ان جو ده ما عادش ينفع معي والناس الشحاتين دي ما عادتش تنفع معي انا راجل لبست وتشيكت وبقى معايا فلوس بقى معايا فلوس يا معفنين معايا فلوس معايا فلوس معايا فلوس معايا فلوس فمش عايز جو الشحات مش عايز اعيش الشحات تاني ودوني لندن اعيش اعيش واروح العاصمة والبس بيدل وعيش حياة الصهر والسخب والفلوس لم اعد هذا الحداد انا لست حدادا انا جندلمان بيقول لك بص بيقول لك بص بيقول له مش هنساك أبدا يا جو ازا يليفت ازا بلاك اسمي سوي بليدا بص بقى بص 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 داي شوف داي بيقول لها اعلمي الوادي الشحات داي اتحادل شوي هبري جو بقى بتحسين مش عارف يتكلم كده لما قلت لها الجملة دي حصلها زهول حسيت ان انا لما اكن بهذه الوحدة وارتكب خطأ بيقول لها بيقول لك ايه اعلمي الوادي الشحات داي ازاي يتكلم نظفيه شوية الاسئلة بقى اللي عشاء بتربو لك الحب اعمى اه والله الحب اعمى وحال المحبين صعبا الحب اعمى ازاي الجملة دي تنطبك على حب بيب لستيلا لغم انها كانت بردة وقصية معاه بيب لفدها بيب لفدها كان بيحبها بيحب اللي بتهزأه وبتدله على دماغه ميس هافش ملافد وين شي اسكت بيب ايه فلت ذات يلوست استيلا لك ميس هافش مضحكت لما بتقوله انت مش لاقي استيلا وبتاع فدي سبب ليه هي ضحكت يعني كانت متأكدة كانت مبسوطة وصعيدة ان خطتها ان يحب استيلا نكحت كانت تعرفة ان استيلا هتحطم قلبه كما خطت لده بيب كانت متأكدة متأكدة يعني مشاعر مختلطة لما اخته بقى تتهجمت وبقى غير قادرة انها تمشي ولا تتكلم حياته تحسنت وفي نفس الوقت حس بالحزن على اخته برضو لانها في النهاية اخته بيدي هاد نون ذات بيب ودي تشينج شو بقى بيدي كتعرفة ان بيب هيتغير او كتعرفة وكت في احد في الكلام كده ودي تشينجي وين هي بيكيم اجنتلمان لما هيصبح جنتلمان اثبت ده بروف ايوة طبع وين بيب تولد هير ذات هي ودول وستيل هير افريثين لما قالها انا هقولك كل حاج شي سيد ده قالت له الجملة دي بقى قلت له بس ده لحد ما تبقى جنتلمان وقالت هاله وقالت هاله بصوت حزين قالت له ده لحد ما تبقى جنتلمان بس وهنا خلص الشابتر شابتر فور خلص شابتر فور خلص طلابة حبيبي طلاب سنة ثالثة طبعا ارجي معاكم يونت فايف وشابتر فايف وش طبعا عملنا في السنتر وقلنا لكم انشان يبقى فيه اونلاين وكده بس فتحنا معدين وتقفل ومعاد تاني وتالت وكده والحمد لله يعني طلبة جات وكده والامور ذات كويسة بس لازم انا فيه بالطلبة قالت له سمحت في محافظات عملها لنا اونلاين وبرضو لو انت ما جتش الحصة سواء رجعت او ما كانتش لك مكان فكان يجب ان انا اعمل بقى المراجعة دي اونلاين وان شاء الله خير يعني وبرضو في المراجعات احنا بنشرح حاجات تاني كأننا بنشرح كل مرة ونستفيد معلومة وما نملش ونكتب ورا المستر وما فيش حاجة اسمها يأس تكونك هتراجع يونت فايف يونت سيكس وتراجع اليونتس اللي قبل كده تبدأ بقى ترمج جاي مذاكر وزبط حالك وما فيش حاجة اسمها احباط ولا يأس بقولها لك تاني طالما انت عايش ولديك القدرة فانت لديك القدرة على تغيير كل شيء طبعا فاينال ريفيجن يونتس فايف وسيكس نكبر بقى السبورة يا باشا وسبحان الله بقى البتاع ده انت ما بتحبوش اللي هم الفريز الفيربس ايه هي الفريز الفيربس الافعال الظرفية الفريز الفيربس الافعال الظرفية هي عبارة عن افعال بيتغير معناها بناء على تغيير حرف الجر يعني مثلا 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 فعل زي تيك كلمة تيك لوحدها معناها يأخذ تمام لكن تيك ان معناها يستوعب او يفهم او يخدع تيك افتر هتقولولي يعتني بي انا عارف من غير ما تقول هتقولي تيك افتر يعني يعتني بي لا يا باشا تيك افتر معناها يشبه يبقى لو عندك فعل زي تيك كده هتلاحظ ان هذا الفيرب وده مهما تذاكر في الفريز الفيربس فعال طلبه قولي مش عارفين نحفظه في تيك تو وتيك ان وتيك افتر وتيك كزا تيك بقى يعني يا مستر بص بالراحة كده انا بغير اللون اهو تيك تو يحب بشدة او يدن تيك افتر يشبه اللي انت تقولي يعتني بيه تيك ان يفهم او يستوعب تيك اوف تقلع الطائرة او يخلع ملابس اهو تيك بليس يحدث شوف الكلمات بتختلف معانيها ازاي هنا كلمة فريز الفيربس تيك ده اعتبر فريز الفيربس فريز الفيرب تيك تيك تو يحب او يعتاد على يعتاد على شيء تيك افتر يشبه تيك ان لها كزا معنى بقى يفهم يخدع يمتص اها المشاكل ومستر نادر شرح ايضا لا تيك ان لها كزا حاجة تيك اوف تقلع الطائرة ماقولك زابلين توقوف وتيك اوف برضو معناها يخلع ملابس وبرضو بتجيب معنا تقلع الطائرة تنقسم الفريزة الفيربس لنعين في سيبرابو وإن سيبرابو يعني ايه فعل زرفية قابلة للانفصال ومش عايزك تشغل بالك بحوار الفريزة الفيربس وتموت عليهم لأنه مش الإنجليش تيرن زا تيفي اون اهو شغل التلفزيون او تيرن اون زا تيفي ممكن اقول تيرن اون زا تيفي حرف الجارة جاي معه تيرن اون زا تيفي ممكن اقولك تيرن زا تيفي اون فدي افعال ضرفية قابلة انها تنفسر ممكن اقولك تيرن اون تيك اوف يور جاكت تيك اوف يور جاكت تيك اوف يور جاكت اوف فانا بافصل اهو حرف الجارة هو وممكن اجيبي الابجكت في المص تمام يبقى فيه حاجة اسمها سيبرابو الفريزة الفيربس وفي نوع تاني اسمه inseparable phrasal verbs أفعال ظرفية غير قابلة للانفصال هذه الأفعال الظرفية لا تنفصل زي look forward to يتطلع إلى اهو look forward to هفصلها ازاي دي look up to احترم look down upon لا احتكر object to لا اعترض على الكلمات دي انا بقى حضرتك هعمل عليها ايه دي مش هينفع ان انا افصلها بالراحة كده بصي باش اول نوع بقى من phrasal verbs الافعال الظرفية اللي هي separable اولا يعني ايه phrasal verb phrasal verb هي افعال ظرفية زي ما قلتلك بتتغير معناها can you turn زي sound up ممكن تعالي الصوت لو سمحت ممكن تعالي الصوت ali asked his secretary to pick his son up pick his son up يعني يلتقط انسان من مكان يعني روح يجيبه من مكانه يصطحب انسان من مكان انا راح النهاردة المطار to pick my mom up جاي من عمره فانا راح اجيبها اصطحبها من المكان ده اروح بها عالبيت turn up يرفع صوت الافعال الظرفية بتنفاصل هاي throw in او into يرمي في حاجة pick up يصطحب انسان من مكان وبتجي فعله برضو بمعنى يلتقط لما قلت pick up the pin التقط القلم ده من على الارض نوطيته جيبه to pick it up لكن pick someone up يعني اصطحب شخص من مكان turn down ون يخفض الصوت زي ما قلنا throw in a way يتخلص من till f ده بال if معناه يوبخ يعني يهزق حد يعني في افعال ظرفية يأتي المفعول قبل او بعد حرف الجر اذا كان اسم turn off the gas turn the gas off turn it off لكن ما قلش turn off it الضمير لو جي بعد حرف الجر لا يحبز في اللغة الانجليزية يعني يأتي هذا الوضع take off your shoes man took your shoes off take your shoes off الافعال الظرفية القابلة للانفصال مثالها turn on يشغل جهازه put out يطفئ نيران put out your cigarette man take off يخلع ملابس او حذاء double if get over يشفى من مرض turn off او switch off يطفي في عندنا برضو switch on يفتح جهاز make up يختلق قصة او يؤلف حكاية لدون يخزل واتمنى ان انت don't let your parents down لا تخزي الوالديك ابدا put off يؤجل put on يرتدي الافعال الظرفية دي قابلة انها تنفصل في افعال زرفية inseparable غير قابلة للانفصال يعني يا عم نادر يعني ما قدرش افصلها بص look forward to يتطلع الى افصلها ازاي keep out of يبتعد عن keep away from يبتعد عن برضو run out of ينفد هي مش ينفز ينفد يعني يخلص ينفد catch up with يواصل او يلاحق عندنا look down upon يحتكر full out with ده ممت معناه يتخاصم ما اخدناها في سنة تانية put up with دي معناه يتحمل من ناحية الطاقة i can't put up with this year يا مستر مش عارف اتحمل هذه السنة لا لازم ان انت تبقى put up with لكن يتحمل ماديا من ناحية المادة كلمة اخدناها قبل كده وهقولها تاني ايه كلمة اسمها afford يتحمل ماديا وهنقولها دلوقتي afford to بعدها مصدر معناه يتحمل ماديا دي معناها لما بابا بتقول له انا عايز اجيب موبايل يقول لك لما بقى حرام يا اخوي I can't afford to buy it ما اقدرش اتحمل ان انا اشترهه لك في look up to يحترم في cope up with يواكب بردو الامثلة هي we look forward to طبعا تو دخلة معها بردو يعني وافروض تبقى دي محمرة كده بردو لانها معها look forward to يتطلع ايه كلنا بنتطلع الاجازة الفريز الفيربز دي جاي بعدها ناون ايه وممكن يجي بعدها اين يجي I can't put up all this noise انا مش عارف هتحمل الضوضاء دي we look up to our parents احنا بن ايه بنحترم والدينا في برضو افعال الظرفية تصنف لنوعين في افعال زرفية transitive الفعل الترانستيف هو الفعل المتعدي والفعل المتعدة يا بنات وشباب اللي يدبع دايما ب object بمفعول what are you looking for انت بتبحث عن يا مستر I'm looking for my poke I'm looking for my money I'm looking for my mobile ففي object موجود منها look for what search for يبحث عن لفات or like do you laugh at me man do you laugh at me تصخر مني do you laugh at me run into يقابل بالصدفة look into يفحص او يتحقق منه وده فيرب دايما بيتكره في الامتحانات apply for يتقدم لسه واخدينها في الايه في اليونتس apply for look after يعتني بي wait for me ينتظر take two يحب بشدة او يدمن full of يقع من على شيء full of the bike full of the bike جيتو في وغادر وسيلة مواصلات فهذه الفريزة الفيربس دايما هتدبع دايما زي ما قلتلك بمفعول هيجي بعدها مفعول she is looking for her mobile now بتبحث عن الموبايل بتاعها ادي الاوبجيكته I applied for a job انا تقدمت الوظيفة انا نيوبانك انترانس الفيربس دي افعال زرفية لا يأتي بعدها مفعول واسمها افعال لا الفعل اللازم لا يدبع بمفعول ويكتمل المعنى بدون مفعول break down يا تعطل my car ما لها broke down my car broke down بس تعطلت بس نحن خلص ما فيش مفعول في الجمل my car broke down come out تظهر او تنشر run out ينفد يخلص يعني take off قلنا معناها تقلع الطائرة look out احترس او خلي بالك we're out ده فعلي مهم جدا معناها يتهالك او يبلى من كثرة الاستخدام انترى بيقولك خلقته من الحديد واشده بأسا بأسا وقد بولي الحديد وما بوليته يعني بس بيقولك انا بس نعم الحديد فهي تهالك او مولك الجاكل ده مستر ووراوت يعني تهالك الماضي من where war ده الماضي والتصريف التالت وورن عشان لو جاتلك تصريفات grow up يكبر في السن الكلمة دي مهمة عشان ما تقوليش بساوي يرحل بعيد بس قصدي ينجح او يمر بعيد بساوي يعني يموت او يرحل بساوي وده فعلي مهم جدا بساوي go on يستمر get up يستيقز وتشاوي تحترس او خلي بالك كلمة دي مهمة اللي هي break out يشتعل للحروب يبدأ فجأة تفشي لمرض لو مولك الفيروس ده broke out لان بريك لوحدة معانا هيكسر لكن break out يبدأ فجأة my grandmother passed away last year passed away means died توفاها اللي ماتت يعني died يبقى بساوي معانا يموت ما تفعش للجامة الحرفية بتاعتك the money ran out الفلوس خلصت under I had to borrow some from Mali والطري تسترف من عم علي شوات فلوس الفريزة الفيربس مهما تحفظ فيهم عشان ما تبقاش متدايق ومخنوق هتنساها وترجع تحفظهم تاني ده انا مجمعهم لك همة فريزة الفيربس انا في الحصة قلتلهم اروهم والله بس انا اراهم معاك اونلاين اهو turn on و switch on يفتح switch over ايه او turn off يطفي turn up يعلي او يصير turn down يخفض turn out to be يتضح ان اتضح في النهاية الراجل ده turned out to be اثيف اتضح انه في النهاية حرامي catch up with يلحق بي come up with look up يبحث عن معنى كلمة في قموس او في معجم يعني look out يحترس look after يعتني بي look forward to يتطلع الى look up to يحترم look down upon button يحتكر look into يفحص او يفكر او يتحرق لفقات يسخر من grow up button wait يزداد في الوزن button الوحدة معناها يرتدي button off double F معناها يؤجل button forward يرشح شخص او فكرة يرشح فكرة او يرشح شخص المنصب button up with يتحمل او يطيق button out يطفق نيران يطفق نيران مش يطفق جهاز يطفق جهاز يعني switch off يطفق نيران في ال in او في ال out ياملى استمارة point to يشير بادب وفي point out لما تشير لحد بوقاحة كده point out يبين او يوضح use up يستهلك او يستنفد حاجة يقولك الراجل ده use up his money استنفذ الفلوس اللي معاني cut down يقطع شجرة وcut down ترشد استهلاكك لشيء برضه cut off يقطع شجرة من الجزور وفيه cut out يقطع بانتظام تقطع اعلانات من جورنان كده تشير اب يبتهج blue up ينسف او يدمر blue out معاناها يطفق blue out blue out the scandal طف الشامعة دي مثلا تعال بقى للجماعة التانين اهو take in ناخدهم صف صف ينتص او يخدع او يفهم take on يوظف او يتحمل مسئولي take a party يفكك جزء شيء take off تقلع او يخلع ملابس او حازية قلنا take off تقلع الطائرة take up يشغل حيز او فراغ take down يزيل يزيل ملفات رفع تعنت take to يدمن او يحب بشدة take over يتولى مسئولية take after معاناها يشبه get over يشفى من مرض keep up ways يساير او يواكب او يبقى على اتصال keep up يواصل بس لجهدك keep up استمر keep on يستمر keep away from break down يكسر او يحطم وفي break down تحطم او اني ايه ينهى الاثنين break out تنشب او تندلع للحروب في break into يقتحم لغرض السرقة وفي break in اقتحام go off مش معناها يذهب go off هنا معناها ينفجر وgo off برضو معناها ان الصوت يرن من منبه بتاعك went off يعني ينطلق فجأة كده go up يصعد go on يحدث او يستمر go out ينطفق setup دي معناه يؤسس في sit off او sit out يبدأ رحلة ده بالإف خلي بالك full off يقع من full over يسقط full out with دي معناه يتشاجر او يتخاني مع حد او يخاصم حد run out of يستنفد run into قولنا يقابل بالصدفة run over يصدم حد بالعربية مثلا في run away ودي كلمة مهمة معناها يهرب قولك الحرامي run away هرب run away هتغرب من الواجب فيه وهتغرب من الكلمات فيه وهتهرب من المراجعات فيه قدرك يا صديق end up اني معناه ينتهي بيه الحال في كذا come up وز يأتي بفكرة جديدة come out يصدر come across يقابل بالصدفة برضو come around يزور clear up يرتب او يفسر للدون يخزل اتمنى قلتلك ما تخزلناش make up يختلق حكاية او يكون حاجة make up معناه تتمكيج او تدعمك يجيان find out about يكتشف عن carry out ينفذ carry on يستمر او يواصل noc on او noc at يترك على يخبط يعني noc out يهزم work on يعمل فيه مشروع work out يحسب او يفهم صام ممكن تحليلي المسألة دي بعد اذنك work against يعمل ضد work up يكافح او يناضل work for يعمل لده مؤسسة ما work ان يعمل فيه صالح give away يهب مش يهب يهب حاجة لله يعني يهب شيء give up برضو بتجيب معناه يكلع عن عادة سيئة او يستسلم برضو go off يطلق اذا ما اقولك الاشجار دي go off كذا get to يو يصل الى فيه النقطة هنا يصل الى get tobyas taikis الفعل ده مهم get on with ينسجم مع حد يعني يبقى فيه علاقة ودية معه get over يشفى من مرض throw away يرمي بعيدا او يتخلص منه فيه throw into يرمي فيه ده ملخص ال phrasal verbs بس قبل ما انخش على التدريبات انا عايزك تاخد بالك من حاجة مهمة انا عايز اقولها لك ملاحظات على ال phrasal verbs احنا قلنا بينقسم لنوعين separable و insiprable و transitive و intransitive ده التصنيف بتاعها يبقى الفrasal verbs الافعال الزرفية بتنقسم لنوعين separable و insiprable ده التقسيم بتاعتهم يعني ايه separable منفصل separable ده قابلة للانفصاد و insiprable غير قابلة للانفصاد لفعال الزرفية لقابلة للانفصاد مثلا turn on turn the tv on turn on the tv turn it on و قلنا turn on it ما تنفعش insiprable متعدية transitive وفيه نوع تاني يبقى transitive لازم او غير متعدي الفعل transitive لابد بعدين مفعوق انت بتبحس عني انا بدور على الكتاب بتاعي لكن في افعال زرفية هتبقى افعال زرفية لازمة دي دون مفعوق خلي بالك من الملحوظات اللي بارجعلك بها الدرس دي تاني حاجة تانية في ملحوظات مهمة على فعل break down الفعل break down لازق في بعضه كده يعتبر verb بمعنى ينهر نفسيا او يتعطل العربية تمولك العربية يبقى break down لازقب بعدها كده فعل تخيق ده ما تبقى كده نون مش فعل break down لما تنفصل بقى يبقى break down دي معناها ايه بقى تعطل او انهيار دي لو جاي نون فلازقب بعضها زي ما انت شايف لكن break down هتعتبر فعل لاحظة ملحوظات دي لو انفصل عن بعض في كلمة اسمها break up لازقب بعضها اهيه break up دي انفصال لكن break up بمسافة ينفصل تخيل يبقى دي تعطل او انهيار لكن في مسافة يبقى يتعطل العربية تعطلت او ينهر نفسي لكن break up دي معناها انفصال انفصال لدول او انفصال لاشخاص في علاقات الاجتماعي لزوج وزوج انفصلوا كده يعني وفي break up دي تعتبر نون بمعنى الانفصال لو في مسافة اهو لا دي معناها ينفصل انا انا بخرف دي انفصال دي انفصل دي الفعل كلمة تانية كلمة تانية اكتب بس دول اول يبقى break down لازقب بعضي هتعطل انهيار break down يتعطل break up انفصال break up هنا ايه ينفصل في كلمة مهمة جدا يسمعها break out دي بقى لان فيها حاجة غريبة او في اللغة ايه break out لما قولك النيران ها او ال ا او اسمه الوباء broke out يعني ايه broke out اندلع او اشتعل النيران اشتعلت الحرب بدأت يبقى هتلاقي مسافة بين الكلمة وحرف الجر break out دي فيرب هيب معنى يندلع للحرب او يتفشى او ينتشر لكن تخيل بقى ان الكلمة دي النون منها مش زي ما انت تخيلت زي التانين break out وهنيرزقه بعض لا out break دي النون بقى تخيل والكلمة دي مهمة الله يكريمك ممكن نلعب لك على ده في الترجمة out break تفشي انتشار لمرض بداية حرب خلي بالك من الحوار ده طبعا ده بوستر كده عملته الاهم الفريزر بيربس اللي عندك فدول يعني ركز فيهم بس اقولك اكتر من كده الفريزر بيربس زي ما انت شايف هوت بينقسم لنعين زي ما قلنا سيبرابو دول اساسي سيبرابو وانسيبرابو وميديك مثال لكل واحد فيه سيبرابول يعني ينفصل زي تيرن اونا لسه ايلك تنفصل هي تيرن اون تيرن زي تيفي اون و تيرن اون زي تيفي لكن فيه سيبرابول ما بتنفصلش زي لك ابتو ليه يحترم الفعلين دول اللي جين دول اهم فعلين او اربع فعال عندك هوا لك ات ينظر ايليه لك فور يبحث عنه لك افتر يعتني بي لك لايك يوجبه لك ابتو يحتارم لك داون او اون يحتاقل عندك روك انتو يتحرق او يتحقق من شيء هنا بوت اكرس يفهم في بوت اون يرتدي بوت اون ويت يزداد في الوزن بوت اوف يؤجل بوت اوت يطفق نيران وعندك بوت فورورد يرشح شخص او فكرة وفي بوت ابوز يتحمل في جيت جيت ات يقصد او يعني جيت الونجوز ينساجم معه جيت ابيض طيكز وجيته يصل الى جيته جذر يتقابل جيته اوفر يشفى من مرض عندك جيت اوي يهرب وجيت باك يستعيد شيء جيت باك يدبر معيشته عندك تيك باك وده مهم جدا تيك افتر يشبه وتيك تو يحب بشدة زي معنا تيك بارت ان يشارك فيه تيك ان يفهم او يخدع او يمتص تيك اوف تقلع الطائرة او يخلع ملابس او حزاء تيك بارت يفكك اجزاء شيء تيك اوفر يتولى مسئولية تيك دون يدون مقلومات او ملحوظات فده اشهر اربعة فعل فانت احفظهم الفريزة البربز دي وطبعا نرجع بقى نحل يا صديق الولد نايم فانا بقولك دون تيرن زا تيفي ايه بقى الولد نايم مش قولك تيرن زا تيفي اوف ما تتفيش التلفزيوني والد نايم لا ما تعليش الصوت دون تترن زا تيفي اوف نيرسز الممرضات بيشنس المرضى ان هوسبيتلز يبقى تيك ايه بقى ايه لك افتر يعتني بي هي اتهمت معروفة اوف وخلي بالك اف واحد بايوليتينج ازا كوبريايت استرونيمرز لهم علماء الفلك ار كونسننتلي سيرشنج بلانيتس اللي هي الكواكب which may support the human life يبقى سيرش فوري ابحث عنه الانترنت هلبس مي بيساعدني تو كيب تتش with my relatives abroad يبقى كيب ان تتش يبقى على اتصال بي if you are in danger لو انت في خطر of suffering burn out اللي هو الاجهاد النفسي you will experience ستعاني من a lot of stress يبقى suffering from يعاني من all the prayers كل المصلين are kindly مطلوب منهم requested to turn their mobile in the mosque يبقى يطفه turn off خلي بالك double f مش f واحد when does the plane امت الطيارة ستكلع يبقى off double f take off we look forward to اهو كلنا بنتطلع ل the concert اللي هي الحفلة المسيقية بقى يا عمر دياب the meeting الاجتماع was put as the manager was held لان المدير كان مريض يبقى لمن اجتماع اج البطوف we should bring our children to be good citizens يبقى bring up يربي نربي ولادنا عشان يبقى مواطنين صالحين we need to catch up with ويها محلولة اصلا هي بص up ways وده خطأ مضعي catch up ways لازم ان نساير الدول المتقدمة advanced countries الدول المتقدمة we are looking ways الطرق of increasing our production يبقى look into تحقق ويتحرى من please turn the tv before you go to bed قبل ما تنام يبقى of f هطفيه طبعا she bent bent دي يعني ينحني الماضي من bent دي بديه ينحني فانحنته بك يبقى a coin عملة معدنية from the floor من على الارض يبقى pick up when she entered the room لما دخلت القوضة she switched the light it was dark الجو كان ظلم لما دخلت القوضة she switched the light ايه it was dark الجو كان ظلم يبقى on شغلته طبعا the music is so loud الموسيقى دي عالية can you turn it please موسيقى عالية بقى خفضها can you turn it down my father had to give up وبطر يعمل يبقى smoking التدخين for health reasons لأسباب صحية يبقى give up يقلع عنه a committee تعال بقى لو جاب لك السؤال بطريقة تانية هو عايز معنى الفعل مش تختار بقى a committee اللي يا لجنة has been set up to look into the problem إنه يتحقق من المشكلة look into معناه هنا stop working ولا respect يحترم ولا investigate يتحرق ولا achieve طبعا investigate نتحقق من أمر شيء can you please come and pick me up from work ممكن تيجي توصلني من الشغل المعادة إذنك my car has broken down عربيت اتعطلت the phrasal verb the phrasal verb broken down هنا معناه يبقى run fast تجري بسرعة had an accident عملية حدثة ولا وصلت تباعت ولا stopped working توقفت عن العمل أصلا يبقى stopped working في بقى تصريفات الأفعال أو تصنيفات الأفعال تصنف إلى فئة أخرى في بقى حضرتك اللي جاي في أفعال تنقسم تأفعال تاخد توزق دي المصدر وفي أفعال تتبع بفربي بلاس اينجي فقط وفي أفعال تاخد الاثنين والفرق بسيط وفي أفعال تاخد الاثنين والفرق شاسع في المعنى أول group بياخد توزق دي المصدر أهو اللي انت عارفهم أصلا agree وافق disagree دول ما لهمش حل غير ان انت تحفظهم arrange يرتب decide عايز ان كله decide وبعدها مصدر expect to hope to learn to offer to plan to seek to seek to وقبلها promise plan plan promise seek want you read deserve request يطلب برضو تستفيد ان كلمة request ممكن تيجي طلب guarantee يضمن وبتيجي برضو بمعنى ضمان hesitate يتردد كل الverbs دي تتبع بتوزق دي المصدر طبعا من الفماميستر احفظهم afford وفيه سريت يهدد مدارية في الهو سريت يهدد afford اللي قلتلك عليها تحمل مادية انا هو swear يقسم refuse volunteer يتطوع prepare يعد أو يجهز prove يثبت أو يبرهن pretend يتدعي أو يتظاهر fail choose يختار manage يتمكن من seem يبدو tend يميل الى وش يرغب determine وصمم how are you الافعال دي لازم ان تتبع بتوزق دي المصدر هناك افعال بقى تتبع برب بلاسة اين جي يبيض يسود والفعل ادمدت له خصوصية انا ممكن ادمدت اين جي وادمدتو بعد اين جي ده الادمدت بس واقولهولك دلوقتي افويد يتجنب ودفع لموضوع الامتحان dislike يكره enjoy يستمتع وما فيش enjoy with finish ينهي practice يمارس suggest يقترح وده مهم بيك ده ما كتب في الامتحان risk يخاطر include يشمل miss يفتقد انسان appreciate يقدر من الناحية المعنوية consider you معناها يفكر فيه celebrate يحتفل دي كلها verb يستود بعض اين جي resist reason يستأنف brave يؤجل delay يؤجل post upon يؤجل necessity يستلزم او يتحتم fancy يتخيل كذلك imagine يتخيل complete يكمل deny وده فعلي بيتكرر كتير في الامتحان بمعنى ينكر involve يتضمن understand يفهم endure يتحمل دول بعضو ما اين جي دايما تعالى لي باه اللي جايين دول ياخدوا فرق بسيط love will start continue we like we prefer كل دول بعدهم توزد المصدر وين جي والاتنين صحة عادة على فكرة I love eating kushari هي I love to eat kushari لكن الانجليزي يقولك لمول I like drinking coffee يبقى انا بتكلم هنا بشكل عام انا بحب شرب القهوة في اي وقت وفي اي زمان ومكان لكن بص بقى العلد صدعتني I like to drink some coffee now عايز اشرب شوية اهوة دلوقتي يبقى انا بتكلم هنا في مناسبة خاصة لكن الملحوظة المهمة جدا ان هذه الافعال ودول بس مش روح تقولي على افعال تانية I would love بص قلت I would love يبقى لازم to I would like لازم to يبقى هذه الافعال في المجمل من غير would بعدها تو زائد المصدر وين جي لكن I would love يبقى تو زائد المصدر I would love to eat some كشري I would like to to drink some coffee لكن لو استخدمنا would زي ما قلناه لك اهوة قبل هذه الافعال يأتي بعدها تو زائد المصدر بص I would like to finish my work early today I would بريفير تو زائد المصدر تعالى للقاعدة المهمة لموضع امتحان والله العظيم لما فضل شيء على شيء I prefer ing to ing I prefer اوعى تقول on I prefer ing to ing أو noun to noun ما فيش حاجة اي بسمها I prefer on انا عملي السود يجيب الاحمر اهو تو هنسودها اهو بص تو تو اهيه يبقى هنا verb plus energy تو verb plus energy I prefer using the internet to watching tv I prefer coffee to tea وفضل دعلا ده يبقى بريفير تو مش بريفير on I prefer reading I prefer reading وفضل القراءة تو using the internet على استخدام الانترنت يا شايفتو I prefer coffee to tea هناك بقى سؤال مهم مش كل تو بعدها مصدر عشان مش كل حاجة تقولي تو 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 انا بذاكر تو ساكسيد ماشي مش كل تو بعدها مصدر يعني يا مستر نادر مش كل تو بعدها مصدر انت خدت مجموعة من التوهات اللي هي تو وسؤال تو و in order تو كل دول معناهم لكي اللي يتبعوا بفعل في المصدر اللي هما معناهم لكي الغرضية التي تتبع بالمصدر وهنا تستخدم لحاجة اسمها بيربس بيربس يعني الغرض انت بتذكر ليه I study hard to get the full mark in order to pass my exams عشان انجح في الامتحان فتو هي سؤاس تو هي ان اردر تو دي توه الغرضية اللي تعبر عن البر بسماشي هنا دي تو التي تستخدم للغرض لكن هناك تعبيرات فيها تو ولكنها لا تتبع بالمصدر وليست توه الغرضية منها لك فورورد تو هذا التعبير منتهي بتو ولكن شتانة بين هذا وزاك لك فورورد تو يتطلع الى هذا الاكسبريشان يتبع بفير ببلاصة انجي او ناون فليس كل تو بعدها مصدر لان في تو بعدها فير ببلاصة انجي او ناون اسم يبقى لازم ان تفصل ما بين توه الغرضية اللي انتو كنتم بتفايل منها في ابتدائي I study hard to get the full mark I run to catch the bus دي توه الغرضية التي تتبع بالانفينيتيف لكن تو استانية دخلها في تعبيرات لازم تحفظ تتبع بفير ببلاصة انجي او ناون والمفترض ان الحاجات ده كلها مش جديدة عليك ان نتو خدها take two use two أبلى verb to be accustomed to get used to اللي خدناها في unit one use two أبلى get او become بعدها انجي او ناون own up to يعترف lead to يؤدي الى do you do بسبب وowing to بسبب اللي كانوا عبروا عن حاجة اسمها reason reason قولنا يعني ايه السبب كانوا دول بيستببوا استخدموا للتعبير عن السبب object to يعترض على look forward to يتطلع الى get round to يجد الوقت ليه in addition to اللي معناه بالاضافة الى contribute to use him fee opposed to يعارض thanks to بفضل devote to yukaris yukaris يعني يبذي المجهود الصياغ اللي جاية دي برضو تتبع بعين جي يا جماع now there is busy studying انت لقيك busy studying مشغول في مذاكرتك مش عارف انت busy watching tv مثلا have difficulty ان يجد صعوبة في what about وهو about مدبعين بالverb بلاصة انجي there is no point ان ليس هناك فائدة من it's no good او it's no use it's no use crying لن يفيد البكاء can't stand can't bear دي معناها لا اتحمل من ناحية الطاقة من ناحية القدرة be worth يستحق it's a waste of money it's a waste of time mind يمانع برضو feel like معناه يرغب في بعضين جي can't help or can't stop i can't help studying i can't help ده بعديهم انجي can't resist برضو معناها لا استطيع ان اقوم كل هذي التعبيرات تتبع بانجي تعال لي بقى على الحتة دي مهم جدا الفعل ادمت له خصوصية في اللغة الإنجليزية ادمت يدبع بانجي ماشي ادمت يدبع بتو بعضين جي ماشي ده خصوصية الادمت ادمت بعدها نون وادمت بعدها ذات وبعدها جملة he admitted stealing زماني هو اعترف بسركة النقود he admitted to being strict واعترف بكونه strict صارم مع الاطفال he refused to admit his guilt هو رفض ان يعترف بخطأه guilt يعني نون خطأ they freely admit that هما بيعترفوا that they still have a lot to learn لفعل اللي جايدي بقى يا ريس تتبع بتوزع دي المصدر او ING الفعل stop اللي هو يتوقف forget to answer regret يأسف او يندم remember يتذكر والفعل try يعني يحاول او يجرب الفعل stop لو تبع بING انت تتوقف عن فعل الشيء تماما my father ماله راح للدكتور and he advised him to stop smoking stop talking بطل راغي يا له وبطل كلام i stopped drinking coffee at starbucks بطلت اشرب قهوة في مكان اسمه starbucks خلاص بعد حوال المقاطعة الحوالي يبقى بطلت اشرب لكن زي ما انا وانا مسافر كنت واقف في العربية لي بقى stop the zakaar to drink عشان اشرب هناك شوات قهوة يبقى stop drinking تتوقف عن الشرب يعني تبطل لكن stop to drink تتوقف عشان تشرب بابا وقف العربية ليه to buy some coffee عشان يشتري بعض القهوة يبقى stop energy تتوقف عن فعل شيء انا تبطل تعمل لكن stop to تتوقف لتفعله I stopped eating بتوقفت عشان اكل لكن stop eating توقفت عن الاكل يعني بطلت I forgot to buy the newspaper تتوقف عن فعل ينسى لو ما اقول I forgot to click the car نسيت اقفل العربية عشان كده تسرقت يعني نسيت اعملها I forgot to buy my wife a present مالك يا مستر دراعك مكسور ليه وده سؤال يا ابني اقولك I forgot to buy my wife a present نسيت اجيب المراتة هدية في عيد جوازنا ياه يا مستر اه واضح على ايدك يا مستر فانسيت اجيب هدية يعني ما جبتش لكن forgot buying انا اشتريت الهدية بس انا ناسي I forgot to buy the newspaper يعني ما اشتريتهاش لكن I forgot buying the newspaper انا اشتريتها بس انا ناسي regrett بقى regrett وده موضع امتحان اذا تبع الفعل regrett بمعنى يأسف او يندم بverb بلاصة انجيه انت تأسف وتندم على فعلك لشيء I regret wasting my time last year انا ندمان على الوقت اللي ضع مني وممكن نجريت نوته بعضها انجيه I regrett not buying a car انا ندمان ان ما اشتريتش عربية ايما كات العربية بربعمائة الف بعد باثنين مليون فانا ندمان ان ما اشتريتش عربية يبقى ندمان على حاجة عملتها او عملتاش لو جيب بعضها انجيه لكن regrett too يأسف او يندم على قول حاجة هدية اللي هيسمحها I regrett to tell you يأسف نقولك that I can't come to your birthday party اني مش هقدر راجحها فليتعيد من هدك I regrett to tell you that I can't come لكن I regrett insulting my friend the omar yesterday انا ندمان على حاجة حصلت مني ان انا اهنت صاح بوسوط علي الفعل remember يتذكر اذا تبعى باين جي انت تتذكر اشياء حدست في الماضي لكن remember to تتذكر فتفعل الشيء لسه للمستقبل I remember to close the door انا اولا بتذكر ثم باغلك الباب لكن remember closing بافتكر بعد ما قفلته الفعل try بقى الفعل try بمعنى يحاول جاهدا ياخدته زاد المصدر I tried to climb the mountain حاولت اتصلك الجبل ده but I couldn't لكن ما قدرتش لكن try يجرب يعني اقولك I can't sleep at night انا بعرفش انام بالليل اقولك try reading some qur'an جربت يارا شوية qur'an try drinking some hot milk في الحصة انت شفتوني لما الواده احمد كنت اعمل له الواد صديق السوق المؤسست انت على اساس احنا بنمثل مشهد تمثيلي واحد صاحبك بيقولك I can't sleep تقوله try smoking this جرب تدخن دي try taking this bill جرب تاخد الحباية دي اوعى تجرب ده اوعى تجرب ده ف try بعضين يجي انت بتجرب فعل شيء اللي ترى اثره لكن try to انت تحاول جاهدا فعل شيء والانجليز يقولك عادة تفشل الدرس هنا في بعض الاجزاء ليس له غير انه يتحفظ في بعض الاشياء وفي بعض الحاجات تتفهم فالجملة العوانية يبقى في التدريبات بيقولك يا رئيس she admits هي بتعترف she admits to لاحظ ان ادمت سواء من تو او من غير تو هو يدبع BNG يبقى she admits to strict with her children انها قاسية مع ولادها يبقى being she offered الفعله offered على طول اوتوماتيك تروح لتوزع ده المصدر يبقى to help she offered to help her mother I regret يبقى استنى my time and not studying last year يبقى انا لدمان على شيء حدث في الماضي يبقى ING يبقى I regret wasting we regret we regret you that your application was not accepted يبقى we regret to tell you يقصفنا نقولك ان الابليكيشن بتاعك ترفض ما توفقش عليه on my way to school my father والدي في طريق المدرسة توقف عشان يشترك جورنان يبقى to buy this silly boy الولد السخيف ده always makes me دايما بيجعلني لاف اضحك قلتلك الفعل make معلوم مصدر مجهولته مصدر اقولها تاني he made me هو خلاني he made me study اذاكر المستر ده خلانا اذاكر قد الفاعل قد المفعول فقدي مصدر اهو ودي مبنية للمعلوم تعال اعملها مبني المجهول كده هقول I was made هنا مش معناها انا تصنعت انا اجبرت يبقى I was made to study ان انا ايه اذاكر ايه اللي جابنا هنا ايه اللي جابنا هنا اللي جابنا هنا اهدي 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 اه I was made to study اعملنا ضغطنا على هنا يبقى هنا بسب يبقى توزق ده المصدر يبقى هنا زي السيلي بوي always makes me laugh بعدي بس when studying لما تذاكر وين ممكن يجي بعضاين الجاعة دي هو لازم انت تفتكر تاخد استراحة كده كل خمسة وعشرين دي يبقى remember to take تب تفتكر وبعد كده تاخد الاستراح they are going home as soon as they have finished الفعل finished يدبع باين جي فينه باين جي يبقى working هي admitted الفعل ادمت اين جي يا تو اين جي تو برو وما قالش تو اين جي يبقى مش صح برو مصدر غلط وماضي غلط يبقى برو وينج واعترف ان استلف الالم بتاعي بدون اذني وزوت asking me تعال بقى لأسئلة الامتحانات اللي فاتت الكبير هي اباستروف دي بريفير عشان ما تروحش تقولي ان اتنين ينفعوا هي اباستروف دي دي اختصار يبقى would بريفير اونا السيغة دي الافعال دي لازم ان تاخد توزق دي المصدر يبقى هي اباستروف دي to go she couldn't find her world والت المحفظة although she ate it every way لغم انها دورت في كل حتة يبقى بحثت عني يبقى look the four she feels like التعبير feel like يعني يرغب او يود هذا التعبير يتبع بقى اي نجي دائما يبقى she feels like going out for a walk never put till tomorrow what you can do today يعني لا تؤجل عمل اليوم الى الغد يعني never put off ده بالف طبعا لا تؤجل I am looking forward to the university طبعا توزعد اي نجي مش توزعد مصدر ولا فور اي نجي ولا تهاب وتصريف ثالث هي to joining they suggested for a picnic in the park فلي suggest يختارح فين الفير ببلاصة اي نجي يبقى going promised to food على طول it's hot today how about what about I N G يبقى going Adam plans بيخطط يبقى توزعد المصدر يبقى to move hurry up I don't want to risk اجري يا ابني انا مش عايز اخاطر بفوتان القطر يا صديقي فريسك بعدين يجي على طول يخاطر او مخاطرة خش عالكوزيتف يا باشا ما هو الكوزيتف الكوزيتف هو عبارة ان انت ده unit 6 طبعا ده grammar unit 6 الكوزيتف هو السببية يعني ايه سببية انا رايح لمستر نادر اطلب منه يشرح لي جزء في الجرامر انا رايح للحلاء يحلق لي شعر انا رايح لمركز الصيانة بتاع نيسان بكرة يفحص للعربية انا رايح لنجار يعمل لي شباك انا رايح للميكانيك يفحص للمطور انا رايح للأوكيولست اللي هو طبيب عيون يفحص لعيون انا رايح للدنتست يفحص لسنين يبقى فيه غرض ان انت رايح للشخص يستخدم الانجليز فعلين اساسيين الفعل هاف والفعل جت وهاف و جت هنا سيخرجوا عن النمط بتاحهم ان هاف يملك و جت يحصل على هاف هنا معناها يطلب و جت هنا يبقى معناها يقنع لو جبت الشخص اللي انت رايح له مع الفعل هاف بتجيب المصدر انا كنت بغنالكو كده في الحصة ان احنا نقول ايه لو جاب الشخص مع هاف مصدر فكنا بنقول في القاعة مع هاف او جت بيختلفوا مع الشخص فكنت بقول لك هاف و جت فلو جاب الشخص يعني لو جاب الشخص يا مستر الشخص اللي انت هتقوله اي هاف نادر اي هاف ماي وايف اي هاف زا دنتست لو جاب الشخص مع هاف مصدر مع جت و مصدر لو جاب الشخص مع هاف مصدر مع جت و مصدر لو جاب الشخص مع هاف مصدر لو جبت الشخص هنا فلو جاب الشخص مع هاف مصدر مع جت ومصدر وهاف هنا معناها يطلب وجت هنا معناها يقنع فلو جاب الشخص مع هاف مصدر مع جت ومصدر طب لو جاب الشيء بقى لو قلت لك يبقى تصريف ثالث سواء مع هاف أو جت لو جاب الشخص مع هاف مصدر مع جت ومصدر لو جاب الشيء مع هاف أو جت تصريف ثالث لو جاب الشخص مع هاف مصدر مع جت ومصدر لو جاب الشيء مع هاف أو جت تصريف ثالث تصريف ثالث تصريف ثالث البوستر ده تصريف ثالث لو شكل في الأكتف لو هتجيب الشخص مع هاف مصدر مع جت ومصدر مع تطبيق الشيء مع هاف I have my teeth checked every year. I get my teeth checked. I have my eyes tested. I get my eyes tested. مش هتختلف. ده الايه؟ السببية. نرجع بقى كده. اهو يا باشا بالراحة كده. كل شيء بالهدوء يمشي. مع هاف او جيت اهو بقى. كوزتف بالراحة كده. كوزتف ويزهاف وجيت. في المبني المعلوم. يثبتي بقى. في المبني المعلوم. نستخدم هاف والأوبجيكت الشخص معه مصدر. We can have. ادي هاف اهو. Have our friend. اسجاب الشخص. يبقى كوبريت. يتعاون. I had the dentist. check my teeth last week. مصر انت قلتنا لو جاب هاف. ما هو هاف يا ابن الماضي منها هاد. وفيه هاز برضو في المضارع. ما فيه هاز وهاف في المضارع. والماضي منهم هاد. في المبني المعلوم. لما نيجي بقى نجيب الفعل جيت. قلنا بنجيب الشخص ونجيب تو معه زقد المصدر مع جيت. I can get my father to give. ما قولتش جيف. لان جيبت الشخص مع جيت يبقى تو. I got the dentist to check my teeth. لكن لو في المبني المجول بقى مع هاف او جيت هنجيب التصريف الثالث. التصريف الثالث زاد المفعول جيت اهو شخص عملك الحاجة. I don't cut my hair. I have my hair cut. Dana has the flat cleaned. Do you usually get your eye your room cleaned? نا طبعا. I cleaned it myself. انا بصال ايه بنظفها بنفسي. Before the meeting the manager always gets the report stopped. I didn't have my car washed yesterday. We can't go into the living room. Because we are having it decorated. بتتعمل لنا دلوقتي وبتترتب. والانجليز يقول لك خلي بالك زي البسف بالظبط ممكن نقول باي ومين اللي عمل الشيء ده. I am having my homework checked by the teacher. He will get his car fixed. He will get his car fixed by mean by the mechanic. يعني ممكن اجيب سيرة اللي فعل الشيء اهو. By the teacher. يعني ممكن اجيب سيرة الشخص. انتو دلوقتي you are having unit 6 explained. Unit 6 الجرامر بتاعها بتشرح لكم by Mr. نادر اهو. وعايزة لفت انتباه حضراتكم الحاجة الجملة مهمة جدا عشان تبقى فاهم الدنيا. في فرق يا بنات وشباب ان اقول لك اي. اي والله عايزة اقول اي. اي من الالم والله. I cleaned the flat. عشان بقى ممكن يخرج عن النمطية وجيب لك سؤال زي ده كده. I cleaned is a flat. و I had my flat cleaned. لما اقول I cleaned is a flat يبقى انا لنظفت الشقة دي بنفسي. لكن I had my flat cleaned the dalkositive يا باشا. وانا الشقة اتعملت لدون تدخل مني. لما اقول I cleaned is a flat. مالك يا ماما دهرك واجعل كده ليه سكوتي I cleaned is a flat من ساعتين نظفتها. موقف تاني بقى انت داخل العمي مع ماما قاعدة كده ومشاء الله قاعدة وفرش وطورة. مبسوطة جدا. يا الله ايه الشقة الجميلة دي ايه مين يا الله 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 ايه اللي نظف الشقة دي كده. اسكوتي يا بنت اديت لي واحدة متين جنيه وجات نظفت لي الشقة. I had it cleaned. I had the flat cleaned. I had my hair cut. I had the car mended. I had my eyes tested. I had the computer fixed. يعني مش انا اللي صلحته ده تعمل لي. فالحاجة دي I cleaned is a flat يبقى دي by myself. بنفسي عملت كده. I did it. I had my flat cleaned. I had my flat cleaned. Someone else did that. Someone else. اللي نظافها. شخص اخر فيجب ان تعلموا هذا يا صديقي. بقى اللي بعدها بقى ده الجدول الجميل ان ده بيختلف في الازمينة المختلفة. مع اللي هو المضارع البسيط اللي هو التصريف الاول اللي يعبر عن العادات. هتجيب يا هاز يا هاف حسب الفاعل. وطبعا انت عارف ان هاز مع هي وشي وإت. وهاف مع اي ووي ودي ويو. نادر ماله. هاز هز ايز ايز تستد. I have my eyes tested. المضارع المستمر. I'm having, is having, are having. Where are you man? انت فيين دلوقتي يا رايس. I am having my car fixed at Nissan Service Center. I am having my car fixed. انا عربية بتتصلح. انا بتتكلم في المضارع المستمر. I have had my hair cut. have had. مضارع تام. و has had. يبقى مضارع تام. ماضي بسيط يبقى had. yesterday I had my car fixed. او last week I had my eyes tested. عناية فحصلت. الماضي المستمر was having or were having. الماضي التام خلي بالك had had. افطار نادر. had had. his car minded. he went home. will have. tomorrow I will have my eyes tested. I shall have my eyes tested. المستقبل بقى can have, may have. الماضي الباب should have, must have, going to have. وبعدها الشيء وتصريف ثالث. برضو قبل ما نخش في نحل على الجمل انت واخد ان في افعال تانية. في افعال تانية بيستخدمها الانجليز للكوزيتف. وانتوا كنتوا كاتبينها وراه في الحصة بس ممكن في ناس ما كاتش معانا. فلازم ان تعرف الاتي. في فعل اسمه let. الفعل let نزود الفنت بتاع الخط كده. بعدين مفعول. وبعد المفعول المصدر بمعنى يدع او يسمح. في فعل تانية اسمه الاو. يدع او يسمح. دي دفة برضو مع الكوزيت. بعدها مفعول. وبعد المفعول. شفت بقى. تو. وبعد توه المصدر. اهو. والاتنين معناهم يدع او يسمح. فقال له هو let. ولد هو قال له. بس بيختلفون ده بعد مفعول وده توزعد مصدر. في فعل اسمه permit. يسمح. في فعل تاني اسمه force. يكبر. في فعل تاني هافتكر لك هو اسمه persuade. يقنع. ويقنع غير يكبر. يبقى permit. وفورس. وبرسويت. كل دول يدبعوا بالمفعول. وبعد المفعول تو. ووو المصدر. هاي برميتد مي تو ليف. هي فورسد مي تو ليف. يبقى اكبرني ان انا مشي. برسويتمي تو جووو ودهم تو زي سينما برسويت يقنع ويحث. هايب. مسويش هلبي يا لأ هلب. هايب. بعدها مفعول. بعدها مصدر. نقدر هايب بيستادي. وممكن اقول هايب. زائد مفعول. وزائد تو. زائد المصدر. هتجي تقول لي أنه الأفضل يا مستر أقولك لتنين صح فالفعل help يساعد آخر فعل في هذا الحوار اسمه الفعل stop احنا لسه إلونا مستر معناها يتوقف ليفعل شيء ويتوقف عن فعل الشيء لا هنا stop هيجي بمعنى يمنع نادر stop the me leaving يا إما بعد ING يا إما from مدبوعة بال ING from زائد verbi plus ING نادر stop the me from leaving early ونادر stop the me leaving early يبقى الكوزيتف قلنا الأفعال بتاعته الفعل have والفعل get قلنا لو جاب الشخص مع have مصدر مع get ومصدر لو جاب الشيء مع have أو get تصريف ثالث والأفعال التانية انا جبتها لك اهي بقى تعال بقى نحل كده بيقول لك I usually once a month I usually ايه بقى once a month مرة في الشهر خلي بالك لما بقول once a month يعني مرة في الشهر يعني مرة في الشهر يعني دي عادة make my hair هصنع شعر ازاي half cut my hair يبقى أنا لها أحلق بنفسي طبعا ده مش صحي تماما ولا دي get my hair لو قلت get my hair cut تكت تمشي هي ايه طبعا have my hair cut my mother me 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 to help to help في توزة ده المصدر hair do the shopping نجي نفندهم واحدة واحدة كده هقول لك مثلا أنا أفاوض got هي made 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 لو مفعول مصدر في المبنى المعلوم had كان مفعول مصدر let كان مفعول مصدر برضو هي got وهنا got معناها يقنع ودي المفعول اهو ودي بعدها توزة ده المصدر the teacher has copy the notes from the black board اولا مش هتنفع got لان بعدها مصدر وكوز ده برضو كان بعدها مفعول يسبب بعدها مفعول ايه وتوزة ده المصدر had us copy هاد ايه لان بعدها مصدر ما تنفعش قلاود لو قلت قلاود as هتبقى two we usually our food made as we are business studying يبقى احنا دايما بنحصل على الاكل بتاعنا مطبوخ لنا يعني we usually have طبعا have our food made we want to paint our house احنا مش هندين البيت بنفسنا we a buy a clever painter نقاش محترم كده يعملها لنا يبقى want to paint it بقول لك we يبقى احنا الحاجة تتعملينا we will have it painted after i at النصري car service i drove to rasselbar سفرت على rasselbar على طول يبقى after بعدها ماضي تام يبقى فين ماضي تام had had my car serviced اتنين هادهم i had my computer fixed دي معناها ايه بقى i had my computer fixed this means it wasn't fixed ما تصلحش i fixed it لا مش انا اللي صلحتها بالتعبير ده no one fixed it ازاي i am making my car serviced لا i am getting my car serviced now اللي هي i am having برضو dina the flat cleaned every week اولا عيب عليك تقول dina have dina تاخد has وما ينفعش اقول does the flat هي has the flat تب ليه مستر ما تنفعش جدت ما هتنفع لا يا حبيبي لو هي فقى الاس دي شايف الاس دي ما تقولش المستر الجاني نعرف لو الاس دي موجودة كانت اجابتك صح وانا بحذرك من جملة زي دي لان الفارق بين الجملتين ان ما فيش اس هنا i didn't yesterday مش اقول i didn't make my hair i didn't get my hair yesterday يعني i didn't get my hair كان نقصة تصريف تارت كتبها صح هي i didn't have my hair cut طب ما انا ممكن اقول يا مستر i didn't have cut my hair ازاي i didn't have cut my hair انا جب المفعول في النص اومر had his eyes لو قاب الشيء مع هف او قط تصريف تالت tested اومر had his eyes tested ادل has his computer لو قاب الشيء مع هف او قط تصريف تالت يبقى فاق سيد ادل always has his computer فاق سيد مانجر ماله زبارك مانجر زبلانتس هز ازاي يعني زبارك مانجر نقول هف ازاي وهو اصلا مفرد هز زبلانتس ووترد طب ما مستر جت تنفح هو انت لسه عايش في هذا الظلم لنفسك لو كانت جت مضاف لها اس يا صديقي مع فاعل مفرد كانت تصبح اجابة صحيحة شوف انا اعملها لك الاس بالزرق وبالاحمر عشان افهمك وانت مش عايز تفهمك بص داي شوف داي شايف داي شايف داي شايف داي جيتس كانت تمشي لو هي جيتس بس هي هاز طبعا الي از خلي بالك باول از ما فيش حاجة اسهاف ولا از جيت ولا از دوينج هز كاره مش بيع من العربية هو از جيرنج هز كار ربيرد از جيرنج هز كار ربيرد ما اي الي تجو تزا سبورس كلاب ويز مي although he didn't want يبقى انا اقنعته رغم انه ما كانش عايش اي الي تجو تجو رغم انه ما كانش عايز يبقى انا اقنعته هنمشي مع بعض كده هي الاجابة got على فكرة لكنها مش هقول اي ليت الي لو ليت الي كانت مصدر هاد الي كانت مصدر برده كنا قولنا go اي ميد الي وساعتها يبقى معناها يكبر برده كان يبقى مصدر هي اي جود علي يعني اي جود عليه اقنعته او белسود عليه اقنعته بهذا الحوار لان في马رده او جود sheep قلنا لو جاب الشخص مع هاف مصدر مع جت ومصدر لو جاب الشي مع هاف او جت تصرف تالت أعملي تاني بقى خلصنا من يونت سيكس خش على الفوكاب والطالب يسمع خلصنا جرامر يبقى أنا فهمت جرامر يبقى أنا شاطر في الهنجليش ماذا عن الفوكاب ملاش لازمة لا طبعا ده هي اللازمة الأساسية يونت فايف الفوكاب عندنا طبعا The future of work In the story يثبت أو يركب جهاز أنا بأكد تاني أهمية الفوكاب Virtual افتراضي حاجة افتراضية يعني مش وقعية ما يبقى في اجتماع افتراضي يبقى السوشال ميديا والحوار الـ Video Conference الـ AI لو الزكاء الاصطناعي ولازم أن تعرف أنه الاصطناعي مش الصناعي Artificial Intelligence الـ AI Foreign منتدى Document وثيقة Completely تماما Classmate زميل الفصل بتاعه Highlight يبرز أو يوضح حاجة Highlight Microphone معروفة طبعا Respond يستجيب Apps applications Delay يؤجل Human beings البشر Human beings لو تعرفوا منت البشر دون Available متوفر أو متاح أكساء Unavailable Effectively بفاعلية Effectively بفاعلية Headings العنوين الرئيسي منشتاته كده Headings Efficiently بكفاءة Wonder بالـ O يتساءل Inbelweez موظفين Essential كلمة دي مهمة ضروري Predictions تنبؤات ولازم أن ترف أنها بتاخد الverb Make Make predictions يقوموا بتنبؤات Presentation العنص عرض تقديمي Brainstorm العصف الزهني أو يعصفه زهني تفكر تشغل مخك شوية تعصفها وبالإنجليز يقولك Brainstorm يعني ما يبقى فيها عصفة في دماغك Brainstorm تقعد تفكر في حلول كده نعمل إيه في الإنجليزي نعمل إيه في المستقبل نعمل إيه في حياتنا المفروض تفكر قبل ما تتخذ أي قراراتك تعصف زهنك تطلع حلول سيشان جلسة تجلس كده مع أصحابك تناقش قضية معانا أنت بتناقش قضية الخيابة نجأة كورة ده اللي أنت فالح فيه ومين مش عارف هيتجوز مين ومين طلق مين وشغلي نفسك بحوار مالوش لازمة والناس شغلة نفسها بدين فصل عن دي والناس في غزة مش لا يتأكل انت بتكلم في السياسة مش بتكلم في السياسة روح يشغل نفسك بحاجة مهمة اشغل نفسك بمستقبلك مش روح يشغل نفسك بدي طلق دي هو أنت على أساس أنهم ما شاء الله يعني بيعندهم قدسية الزواج كده والاحترام في علاقاتهم الاجتماعية خير موجود يا ابني والله سيبك من الحوار ده خير موجود في أزواج أهمة الحمد لله يعني ومشين على العهد دخلين في كم سنة دلوقتي والله ما أعرف يا ابني 2004 بحوية 19 سنة فيه خير موجود يعني وفيه أزواج بتحترم زوجتها والعكس موجود فاشغل نفسك بقضيتك الأساسية اللي هي كلماتك نستولي يسبب تعالى بقى الكلمات السننم أزني المرادف والعكس ده بهدلك أنا عارف نستولي باحترافية يدعم أو يساند نتائج نصيحة بس كلمة تب تنصح يعني إيه تجمع قصدي ويوضف لها إس لكن لو جد ضفت الإس هنا قسما بالله لو ضفت الأدفايس إس ما هعرف هعمل فيك إيه أو عضي في الأدفايس إس لأنها اسم لا يعد ولا تصبكها بآن أبدا وتيجي تقول لي والمشكلة أن أنت بتقولها وأنت مبسوط على خبتك وتقول لي ما لك يا مستر ما هي نصيحة إيه ما هي بادها بحرف ذا وله اسم لا يعد أو يؤكد فوقس يعني أو إنفصايس توضيح أو إيضاح كلمة دي بتيجي برضو بمعنى مظهرة مظهرة اسمها ديمونستريشن وعايز أقول لك إنها لو جد بمعنى مظهرة تاخد كلمة hold والماضي من hold 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 a demonstration يقوم بمظهرة وdemonstration يعني توضيح أو إيضاح خش على العكس خش إنستو العكسة remove لما تزيل برنامج عندك virtual or actual حقيقي أو real efficiently inefficiently بلا كفاء available unavailable شوف unavailable receive send effectively بفاعلية أنت لا بتذكر effectively ولا حاجة أنت بتذكر effectively بلا فعلي وش اللي جاي reduce عكسة increase يزود الكلمة الأخيرة دي مهمة جدا essential unessential or unnecessary or unimportant غير مهم expressions بقى بس بس إهدي يا مام in the meeting عايز اللون تاني أيوة كده by accident get angry get angry get 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 دايما الفعل get يتبع بصفات get angry get happy yeah get be in touch with or stay in touch يبقى على اتصال به ما اسمهاش توش اسمه تاتش turn up turn down يعال للصوت ويخفضه make predictions يقوم بتنبؤات كلمة either أو either والنطء انصح وكلمة to اعتقد احنا خدنا كزا تهاية to دي لما تأتي في نهاية الجملة المثبتة معناها أيضا وصورتها في النفي كلمة either أو either هي أيضا برضو بس دي في الaffirmative ودي في الnegative i don't like pizza she doesn't like it either وهي كمان ما بتحبهاش he is a successful teacher هو مدرس ناجح she is a successful teacher to to أيضا في الاثبات كلمة position لها كزا مكانة بقى لها كزا قصدي معنى لها معنى وظيفة ولها وضع مكانة والجن دخل لان الباشا كان واقف في الرنج position في المكان الغلط كلمة position مكان بيتغير مكانه انا دلوقتي في position ودلوقتي في position تاني عمال اروح كده في position ودلوقتي في position وposition معناه يتمركز وبوزيشن مكانه للمرأة مكانة عظيمة في المجتمع وكلمة position بيتجي في فيرب بمعنى يضع برضو اما كلمة rank فهي ردبة عسكرية او يصنف الاهلي is ranked مصنف الاول افريقيا انا زي ملكاوي بس بقولي الحقيقة لو ما قلتش انا برضو ما هو هدي الحقيقة position position كverb rank ردبة I'm not sure what I would do if I were in your position انا والله ما هش عارف انا بعمل ايه لو انا في مكانك والله يبني من الغلب اللي انا شايفه في السنوية العامة ده هذاكر يا لأ يعني مش عارف ان اعمل ايه هذاكر وهسترجل I'm not sure what I would do if I were in your position في ناس تانية تتمنى تبقى في ال position بتاعك زي ما قلتلك واذاك وهلها يصرفوا عليها وقدها فلوس وقدها دروس عشان تتعلم او والله قلتلك انت بتنفعل ايه بانفعل انت شو مقدر مسؤولية السياسة كان في موقع متمركز نير مبارك سكير شوف position she has held the position of the chief financial officer since 1992 هي شغلت وظيفة كذا شغلتها يعني حازت على هذه الوظيفة I positioned myself where I could see the door انا حطيت نفسي ومركزت نفسي عشان اشوف الباب اللي داخل واللي خارج جدا حطيت نفسي في مكان رائب الناس قاعد جنب الباب position عظمة كل اللي داخل واللي خارج عمال ابص عليه the company is in a strong financial position الشركة في موقف مالي عظيم with more than million in cash سبعة بقى مليون ولا سبعة مليار ما عرفش during the war أثناء الحرب he had risen to the rank of major فالرانك هنا ردبة عسكرية فيه personal شخصي وفيه personal دي معناها شؤون الأفراد والعملين I would like to meet the personal manager please it's a personal matter إنه أمر شخصي فلا تتدخلوا فيه يا رجل بعد إذن حضراتكم هكتب كلمات شديدة الأهمية ولولا أنها مهمة ما قطعت الشرح لأكتبها فيجب عليك كتابتها أيها الرجل دا لو أنت بقى مش عايزة أشتم أنا مش عايزة أشتم لأن بصراحة حسيت إن لساني عاد يتغير وعنت كده بصراحة غلط غلط والله والله غلط أنا بدأت لوم نفسي والإنجليز يقول لك الأفضل أن تقول بيبل خلاص بقى برسن دي خلاص برسناليتي دي شخصية برسنال شخصي ودي الأدكتف بعد إذنك ما تتدخلش دا برسنال برو بلم دا مشكلة شخصية بينه وبين الماستر عايز نحفظ كتير وأنا مش عايز أحفظ اللهم يديني واجب كتير دا مشكلة شخصية بينه وبين الماستر مش هرد عليك كلا برسناليتي شخصية أنا مش هرد عليك أن أنت إيه بقى شخصية إيه برسن دا شخص وفيه personal دي شخصي دي مسألة شخصية دي صفة والكلمة دي انتواخدة انها بعدها كاما كده ويتأتي في بداية الجملة وقلنا معناها personally في رأيي الشخصي وهنا الادفرب يصف جملة كاملة قلتلك الادفرب قد يصف فعل وقد يصف صفة وقد يصف ظرف وقد يصف جملة فما اقول personally دي معناها في رأيي الشخصي personally women في رأيي الشخصي women play important role in our life لهم دور المهم في حياتنا وتبعا personality دي ناون ودي الشخصية وعايز اقولك الشخصية هنا هي مجمع تصرفات الانسان مجمع تصرفاتك يا البرسناليتي بتاعتك لكن في كلمة اسمها character دي كلمة شخصية دي شخصية فيلم اقولك مين اللي هيقدي the character of king lear انا البست المالك لير وعملت نفس المالك لير في المسرحية في الطلبة في ساعة و سنة تانية وعديت the character of king lear شخصية king lear يبقى character شخصية في فيلم او السينيما وكده لكن personality مجموعة تصرفاتك مرفوض انت دارس علم نفس واخدنا داعف علم النفس ايه الشخصية هي مجموعة تصرفات اليوم بقى الانسان عشان الناس تطلق عليك شخصية مرحة شخصية كئيبة شخصية كسولة زيك شخصية مجتهدة شخصية طموحة صنف نفسك بقى انا مش هصنفك انت اللي تصنفه نفسك انت حر ليش وعمل اقولك كده والوقت بيجري بص بقى يعني كلمات بيتيجي مع بعضيها كده install install software ان انا اسبت software على الجهاز او app join a virtual meeting تنضم الاجتماع الفتراضي وليف يا ريت تليف بصراح يا ريت تليف تمشي يعني switch on with switch off a camera tv microphone catch up your homework catch up with your homework share your screen تشارك الشاشة بتاعتك مع الناس turn up turn down sound turn up turn down turn up turn down turn up turn down turn up turn down your sound the sound look into possibilities عايزين نتحرى في الحلول في الاحتمالات look into ways نشوف طرق وحلول mute تكتم صوتك كده احسن mute microphone or mute the sound بتاع كل ايش هتهرب مني يا كمان صبورة بتهرب مجاتش عالطربة مش هتهرب بس ههربوا مني فين طارق ابن زياد كان بيقولهم العدو امامكم والبحر من خلفكم والسنوية العامة امامكم والكلمات امامكم هي با يك تذاكر وتبقى راجل با مجاحة growth اجتماع اجتماع فصلنا مجاحة مع الانترنت فرفيهم فى الطابق يبقى shared ساعد انهم ما يعملوا شغلوهم مور ازاي بقى مور يبقى اكثر كفاءة efficient يدي الكفاءة نفسها انا عايز بيبقى اكثر كفاءة يبقى efficiently instead of sending emails instead of يعني بدلا من sending emails in bilوiz sometimes you use meeting خلاص بقى virtual meeting my brother my brother my brother مفروض في ر هنا my brother my brother has applied three jobs apply for طبعا اتقدم بطلب الوظيفة apply for the coach المدرب replaced the striker بدل ايه المهاجم as he was not باني في نوت هنا ناصر لانه ما كانش ايه بقى لاكي محزوز في اليوم ده كلمة replace هنا معناها ايه substitute تبدله دي صح على فكرة replace يعني يضع exchange يستبدل او يبدل ايه وسيه انت عايزين تجاوبوا ايه عادي لو عايزين تجاوبوا عادي ما تخليها مستر خليها نوع من انواع المشاركة في الحس عايز تجاوب اه ولا انت معلقين على حاجة لا 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 احنا بالنسبة اوكي مان خلاص عادي يعني بشوفوا ما عايزين يجاوبوا ولا he works inefficiently بص هنا inefficiently اهي هي حتى بالمنطق وبعقلك لو انت اصلا مش شايفها بيقولك كلمة efficiently انتني معاكس الايه من دول بالشبه كده يعني بالشبه يا عم اهي efficiently inefficiently تعال بقى I don't think he is telling the truth احنا قلنا personal دي هاية العاملين او الموظفين زي ما قلنا personal دي شخصي personal شخص احنا عايزين نقول في رأي الشخص اللي بنبدأ بها الجملة اللي هي personally في رأي الشخصي Do you know when world war the second انت تعرف الحرب العالمية التالتة التالتة التانية انا قلت التالتة يلا يبقى شكلها تندلع اندلعت امتى يبقى فين اندلعت او بدأت ها broke out وقلنا لو معناه اللي هي بقى بداية حرب اسمها outbreak تفشي لحرب او المرض outbreak ده النون لكن broke out اشتعل او يندلع I was never very good concentrating انا عمر ما كنت شاطر في التركيز so my dad give me a poke عشان كده بابا بداني كتاب اسمه study skills for you يعني ايه بقى good at طبعا هي good at انا قلتها على طول تبصي بقى عشان افيدك بحاجة good to يعني عطوف على يعني دي برضو بتيجي في الامتحان good for مفيد لي مش يا الاجابة انا بعملها لك good at على العموم good at ما فيش حاجة اسمها good in good with شاطر في استخدام كذا نادر is good with numbers is good with his hands is good with his hands شافي الميكانيك كده is good with his hands شاطر في استخدام يدي واسك فتطرد لي اعملي كده good with his hands شافي الميكانيك كده انت لجد with his hands ولا اي حاجة جد فيها حاصل خلص good with his hands good with his hands الفكاب نخوض حربا اخرى في unit 6 اه يا انا تعبت والله العظيم والله كلنا تعبنا task مهمة لديك مهام ومعملها common منتشر او شائع alternative to the bedail اللي العلماء بيبحثوا عن ايه بدائل للطاقة الان لان الطاقة على وشك ان تنفد performance اداء efficiency كفاءة assist يقيم decline تدهور او يتدهور او يرفض decline invitation يرفض دعوة progress تقدم وتأخذ الفعل make progress تاخذ الفعل make يعني يحرص تقدم discussion مناقشة وعايز اقولك انها تاخذ have have a discussion please انت ساري ايه حاجة كويسة لكن انبليز انت شيء كريه او غير صار importance اهمية productive منتج ودي صفة المصنع ده productive يعني منتج بيجيب انتاج كويس productivity الانتاجية progress الكلمة دي متكرره diary مفكرة او ميات شخصية لكن فيه diary اللي احنا نقولها دلوقتي اللي هي معمل البان الكلمتين دي المهمين جدا procrastinate يؤجل و procrastination تأجيل او تسويف a waste of time تضيع للوقت raise يرفع او يرتفع vary يتنوع various متنوع وفيه variety اللي هو التنوع variety تنوع yes cinemas المرادفات pros مميزات advances و merits كلمة دي كتير قلناها cons عيوب disadvantages demerits downsides drawbacks النقائص والعوائق evidence proof coach trainer كلمة دي مهمة evaluate assist value strategy strategy plan technique طريقة او تقنية الانت نمزل عكس unbleasant pleasant best feel اوة 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 انا عايزك pass massive ضخم عكسة tiny او minute benefits loses خسائر helpful متعاون unhelpful او uncooperative غير متعاون healthy unhealth بلا صريقة غير صحية take part ان يشارك فيه the collogations or the expressions break a record يحطم رقم كياسي في النوم زيك لا دي نازل يتحطم رقم كياسي في حاجة عيدلة فيه set a record برضو فيه وردة بقى واتقالك على get better يتحسن في miss record يفشل في تحقيم الرقم الكياسي diary اللي هي مذكرة او مفكرات ودي جات في نموذج التجربة السنة اللي فاتي diary diary d-i-a وفي d-a d-a-i did you put the meeting date in your diary a diary a diary is a place هو عبارة عن مكان بيتباع في الألبان وكده كلمة habit عادة فردية getting up is a bad habit is a good habit عادة سيئة كاستوم عادة جماعية او عرف متعارف عليه في المجتمع بشكل عام كاستوم كاستوم وكاستوم عارف او تقليد عرف او تقليد result in يؤدي إلى وresult from young'o معا smoking results in يؤدي للسرطان and the diseases of lungs وامراد الرئة لكن cancer السرطان results from smoking alone with lonely I feel lonely 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 أشعر بالوحدة والانعزال alone يعني من مفردك I like to sit alone في هذا الزمان I like to sit alone I like to drink my coffee alone وعايز أقول لحضرتك حاجة مش كل واحد زي ما قلتلكم كده في الكورس التمهيدي alone lonely يعني يا مثلا مش كل واحد alone lonely أنت بتستعبط أهي أبهزر alone lonely lonely يعني يشعر بالوحدة والانعزال رغم أنه عايش مع ناس كتير وممكن تبقى alone ودمغك حلوة وحياتك زي الفل بل في هذا العصر اللي إحنا فيه الأفضل أن أنت تبقى alone alone يعني الوحدك أو وحيدا فعشان كده بقول لك مش كل واحد alone lonely لأن ممكن تبقى لوحدك وبستاش lonely وممكن تبقى عايش مع عيلتك بس أنت lonely فمش كل واحد alone lonely يعني مش كل واحد alone lonely مش كل واحد alone يشعر بال lonely نوع من العزال لا ده أنت ممكن تبقى عادة alone وإنت مبسوط أصلا she's afraid to travel alone بتحبش تسافر أو بتخاف تسافر لوحدها I get so lonesome أو lonely here with no one to talk to بحس بالوحشة والعزلة والانعذال كلمات المهمة جدا اهيه اهيه ايه يؤثر على دون حرف جار وفيه effective ايه تأثير ودي طبعا تعتبر noun مكتوب ايه هنا دي المفروض noun effective دي فعال أو مؤثر in effective غير فعال أو غير مؤثر effectively بفاعلية وده الظرف المفروض تذكر effectively 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 بلا فاعلية effectiveness الفاعلية نفسها in effectiveness عدم الفاعلية خش على التدريبات the successful manager المدير الناجح assesses بيقيم the a-levels of the workers regularly and fairly يبقى بيقارن معدلات ويعدل ويقارن الانتاجية يبقى productivity banks البنوك كان ايه زا interest rate interest rate معدل فايدة البنك الinterest ده فايدة البنوك ان انت تحط فلوس فتاخد عليها نسبة زيادة في الفلوس according to the instructions تبقى لتعليمات the central national bank البنك المركزي change ولا vary يغير ولا ينوع ولا raise يرفع التراتة صحي مشو a-o-b-o-c to be more you could make a change to the way يستادي عشان تبقى اكثر انتاجية لازم انتغير طريقة مذاكرتك يبقى productive studying with other students may have a very positive on some students productivity levels طبعا student d ابوسترو في اس واحدة مش في تينة واحدة هي واحدة بس كده يبقى له تأثير affection يعني حنان او حب او عطف ما لاش دعو بالتأثير impact صح و effect صح يبقى b و c صح he and missed the submission deadline he is rather careless يبقى عمال يسوف و مهمل يبقى procrastinated a method of generating ideas and sharing knowledge to solve a problem ده بيسموها العصف الزهني فين بقى العصف الزهني brainstorm كلمة دي مهمة اسمها brain drain brain drain هجرة العقول يعني يا مستر هجرة العقول لاني كان جان على قطعة عبل كده في الامتحانات هجرة العقول يعني هجرة الخبرات انت بلد عندك ما بتستهم بتحمش بالعلماء فالناس دي بتهاجر اسمها brain drain تروح دولة اخرى brain drain the countries now are heading for sources of a energy لان البترول او ال oil will run out هينفز يبقى بيبحثوا عن alternative energy الطاقة البديلة اسمها alternative energy they discussed the a and the cons of the new economic policy ناقشوا ايه and the cons يبقى pros and cons مميزات وعيوب اهي زمان is always so so people don't like dealing with him عشان كده ناس تحبش تتعامل معاه يبقى على طول unbleazant مؤرف مش بليزد ولا بليزنت ولا نايس good time management definitely has a positive impact on productivity على طول he was very happy as he's a record لانه حطم الرقم الكياسي broke the record he talked in a poetry competition هو شارك في مصابقة شعر he talked بليز يعني يحدث ولا توك بار تشارك فيه يبقى توك بار تينا poetry competition مش توك اوف وتيك اوب كده احنا دخلين على الستوري شابتر فايف طبعا الستوري طبعا نبدأ بفكاب برضو واعتفتكري ان القصة مفيش فاك كلمات قصة اصلا كلمات كمان موظف take revenge on وممكن اقول على فكرة have revenge on يعني take or have يثقر او ينطقم شير يشارك وشير برضو يعني نصيب get engaged يخطب دير يجرؤ inheritance اللي هو الارث او الميراث عندك secret benefactor فاعل خير براود فخور وقلنا في برايد اللي هو الفخري نفسه او الكبرياء half brother الاخ غير الشقيق handsome محبط لانها مكتوبة مسيما انكتبها بالدال دي لا طبعا هي محبط disappointed يعني انسان تم احباطه ordinary عادي grateful ممتن وفي grateful two ممتن ليه بتاخد حرف جر two هنا adopt lodgings السكن او الاقامة adopt يتبنى وفي adapt بالإيه يتكيف او يتلائم في انصي الخطيب خطيب الانسان inherited وارثة يعني يورس جرام بيقولنا معناه متأفف او مخنوق او متدايق فرشا يعني ثروة جلس غيور وتاخد حرف جر of مش from غير من لا جلس of جلسي الغيرة وهذه كلمة لا تعد convince يقنع لسا واخدينها منشان يذكر بالشاحب او باهت good nurtured انصان زو اصول طيبة او انسان ودود او جيد cheerful مرح طبعا الاخ بيب لبس الطائية وبقى معه فلوس وراح طبعا مزاهره مستر شاجرز وطبعا قابل جو وقال له طبعا ان الودة مفتوح له الاكسبكتيشنز الطموحات والامال وهيدرس في لندن وتغير من ساعة ما لبس البدلة وتشيك فخد البدلة وراح لميس هافشم بيقول لها ايه بقى بيقول لك اي فزيتد ميس هافشم زو ويرن مي نيو كلو بيقول لها اي هاف بين انا اعطيت افوشن سينس اي لاص تسي يو ميس هافشم الله انا قتلي فلوس وصاروها من ساعة ما شفتك اخر مرة قتلك فيها قلت له بيقول لها and i am so grateful وانا ممتنة قالت له انا عارف and you have a good life ahead of you وانت امامك يا ابني حياة كويس افتكر تتبع ميستر جاقرز ونصيحه شو لوك دي بليزد ياريت تكتب الكلمات دي بليزد يعني سعيد باين عليها انها سعيدة and i said good bye and i felt sure وبدأت احس that she was my secret benefactor اللي هالراعي بتاعي اللي هي بترعاني وكده وبتدفع لي الفلوس after all ميستر جاقرز had told me that i was to be educated in london ان انا هتعلم في لندن باي ماثيو بوكت بواسيطة ماثيو بوكت ماثيو بوكت ده ابن عمي miss hafshim and miss hafshim's relatives وده واحد من قريبها when i was visiting او sitting on the coach ولكن اقعد بقى في العربية لنستني لندن كده فاكر ان العالم كله مستنين راح نقلة حضرية من قرية اللي عاصمة اللي هي لندن when i was sitting on the coach to london the next day after a quick goodbye بعد ما قلت وداع سريع كده لجو ومي سيستر وبيدي i felt as though the whole world was waiting for me حصيت ان العالم كل منتظرني it was five long hours before i arrived at mr. jaggers office وصلت المكتب mr. jaggers فانت هتستنى فاستنيته في المكتب it was unpleasant place لسه وقدينها في اليونتس ان كلمة unpleasant كريه او غير صار and i was sad وبدأت ادائي ان انا سبت المنزل بتاع blacksmith joe لكن mr. jaggers هيجي بقى يديله فلوس ويكيش وكده هيبقى فرحان اول when mr. jaggers returned he said that i should go to my lodgings قال له انت تروح تسكن في منطق ايه في فندق اسمه Bernard Inn where i would share rooms وهشارك القوضة مع واحد اسمه Matthew Pockett اللي هو ابن عم اللي هو ابن مين اللي هو ايه Matthew Pockettson اللي هو هيربرت اللي هو والده Matthew Pockett he wanted to take me to his office father's house قصد يخدني المنزل بتاعه in a few days time so that i could see my new teacher here is some money babe شفت mr. jaggers اذا بيفرحه ازاي بيب بيبقى مدي خلاص بقول له خد يا بيب شوية فلوس ايه mr. jaggers continued it's a lot of money يا والد فلوس كتيرة ادعيش but don't worry i will know how much you spend in case there are any difficulties لو في اي صعوبات وعايز فلوس هتلقيني جاهز this was good news طبعا ده كان اخبار كويسة بالنسبة لمن لبيب بففرح i felt happier now حصيت ان انا سعيد الان i agreed to go on my lodging with mr. ويميك he told me that mr. ماثيو بوكت قالوا ان mr. ماثيو بوكت lived in md. اسمه hammer smith دي المدينة اللي هو بقى المعلم بتاعه اللي اسمه ماثيو بوكت ده عايش فيها five miles away على بعد خمسة ميل من لندن when we came to bernard inn لما روحت ال bernard inn بقى المكان اللي يسكن فيه بقى كنت disappointed يعني محبط it looked dusty and glummy المكان مطرب وكئيب mr. ويميك lift me at the door mr. ويميك سابني على الباب كده but no one answered it محدش رد علي i thought that no one would come and let me in حسيت اني محدش يجي دخلني but after about half an hour بعد نص ساعة i heard the footsteps سمعت خطوات اجدام a tall thin young man شاب رفيع طويل كده فتح للباب but after about half an hour لقيته قدامي بقول له mr. babe i'm sorry i went to buy some fruit at the market and i thought you would arrive later this time معلش يا mr. babe انا كنت فاكرة كنت اتأخر كنت باجيب حاجات كده من السوق he invited me in طبعا دخلني it was only when he turned to speak to me اول ما التفت يكلمني عرفته في ضوء الشباك i saw who he was the bald young gentleman الوادي الشاحي بالبهتان اللي وشه كان مسفر اللي اديته بالبناف وشه اول ما فرقتوكو على الفيلم ده اول ما بدأنا السنة herbert bucket was the bald young man he was not handsome ما كانش وسيم but his face was cheerful وشه كان مرح and i liked him at once ده الوادي اللي كان شافه عند miss hafshim اللي قاله let's fight وداله بالبنافوش however i had a strange feeling كان عند شعور غريب that he would never become rich ان عمره ما هيصبح راجل غني we immediately began talking بدأنا نرغي بقى i discovered that miss hafshim had once thought she might adopt herbert وقال له انت كنت موجود هناك لي بقى في البيت قال له miss hafshim تقريبا كتعايزة تتبناني so she had invited him to visit here that was on the day وده في اليوم اللي انا شفته فيه طبعا بيب اللي بيحكي and i felt herbert and fought with him اللي انا تخنيتي معه في اليوم day in the garden after that visit however herbert was not invited ما تعزمش تانيته بيه miss hafshim's again بيقول له يبقى she didn't think i was suitable herbert بيقول له تقريبا ما اعتبرتنيش ان انا يعني ايه مناسب يعني herbert told me but if she had adopted me لو كتبنتني i would probably be rich now وكت زماني بقيت غني الان and if that had happened ولده كان حصل that i might even be still as fiancetou كنت زماني خطيب البيت اللي اسمها استيلا دي ده هيربرت اللي بيحكي له رد بيب قال له بقى انت محبط بقى قال له محبط نين ده بيت معفنة ومسهفش مدي ستة مجنونة ده اصلا بيت مغرورة وشايفة نفسها اقول لك بقى مسهفش متبنيها عشان تنتقم من الرجال على اساس ان خطيبها خلع منها فهي بقى في الصورة دي بتدمر كل كلوب الرجال فانا ربنا نجاني يا عم ده هيربرت بيقوله كده شوف بيب بيقوله ايه you must be disappointed انت اكد محبط قال له محبط مي no 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 لعلى الاطلاق طبعا he replied i think i had had a lucky escape لما الانسان had a lucky escape يعني ربنا ينجي من مأزك بقوله ده انا ربنا نجاني يا ابني استخدم الانجليز هذا التعبير للتعبير ان انت ربنا نجاك من صعوبة had a lucky escape stila is proud and cruel انسانة مغرورة متعجرفة miss hafshim adopted her تبنتها you know she want us to use her عايزة تستغلها to take revenge on men عشان تصعر من الرجال i was very surprised بيب لما سمعوا الجملة دي بيستغرب stila was adopted متبنى why did miss hafshim wanted to use her in such a strange way لي miss hafshim كانت عايزة تستخدمها بهذه الطريقة الغريبة when we sit down to eat لما عدنا ناكل بقى herbert تعلمه ازاي ياكل continue to tell me about miss hafshim فرست اولا however he told me how to behave at the dinner table at the dinner table herbert له الفضل ازاي يعلم بيب ازاي ياكل وازاي يتعامل مع الاكل وكده في الفترة دي ايوة ان انت بتنتقل من حياة لحياة تانية for which i was grateful i soon discovered from herbert that mr jaggers was miss hafshim's lawyer عرفت ان هو المحامي بتاع miss مين miss hafshim mr jaggers had suggested that herbert هو اللي اقترح ان herbert father mr masio bukut should be my teacher in london i was convinced انا كنت مقتنع now that miss hafshim was my secret benefactor herbert told me more about miss hafshim قال له تعالا بقى احكي لك حوار miss hafshim دي يا باشا miss hafshim يا miss hafshim miss hafshim بقى قصة طيب يقول له he explained that when she was a young woman قال له السيطة دي هي لسه شابة صغيرة she and her half brother had inherited a fortune from their father ورسم ثروة هي واخوها it was not long however ما فاتش وقت طويل مع ذلك before her half brother spent his share of the money اخوها بقى خلص نصيبه من الفلوس and became jealous of her بقى غيور بقى وعايز فلوسها he wanted to have her money كان عايز ياخد فلوسها هي and he started to think about how he could get it from here دور على حلول كده ياخد فلوس اخته he didn't care if he had to hurt her to get it ما كانش عنده مشكلة يأذيها مشاعريا soon afterwards بعد كده miss hafshim got engaged اتخطبت during this time أثناء الخطوبة دي she gave most of her fortune to her فيانسي كله بيحكي ده هيربرت قال له بدأت تدي صروتها كلها لخطيبها this was against the advice of her cousin Matthew pocket ده كان ضد رغبة Matthew pocket ابن عمها اللي هو والد هيربرت بقول لأبوية حذرها who warned her not to trust her future husband too much قال له ما تسكيش في خطيبك ده كده ده لسه خطيبك بتدد له الفلوس miss hafshim became very angry with Matthew pocket دايما الإنسان بتدايق من الإنسان اللي ينصحه فدايما كانت ايه متدايقة من Matthew pocket and ordered him to leave her house وطلبت منه نيمشي من البيت he has never been here since وما رحش هناك من الوقت ده is your father still angry with miss hafshim for ordering him to leave بيبي بيقول له والدك لسه متدايق من miss hafshim لما ترادته من البيت i asked herbert قال له no he is not angry at all هو خلاص ما عادش متدايق but when miss hafshim لكن miss hafshim sent him away لما طلبته بره وترادته she said that he wanted to get her money كان اتقيل له انه هو عايز الفلوس بتاعتها if he visited her now هو لو زرها دلوقتي it look as if هيبدو كما لو انه عايز الفلوس لنفسه on the morning of the wedding in the morning or on the morning of the wedding when everything was ready and the justice where she expected طبعا حضرتك بيقول لك وفي اليوم اللي الخطيبها المفروض هيوصل في الفرح بلغوها ان العريس خلع الساعة تسعة لتلت فقالت اوقفوا الساعات انا قلبي مات اوقفوا الساعات انا قلبي مات قال لك خلاص لحظتي وقلبها وقف ومشاعرها توقفت وقالت لهم وقفوا الساعات خطيب خلع انا مدت خلاص حرام وهي لسه بتلبس عين while she was getting dressed ever بص كده received the news تلقت الاخبار دي at twenty to nine in the morning تسعة لتلت while she was getting dressed ever since that time منذ هذا الوقت more than twenty five years من خمسة وعشرين سنة neither اللي ناخدها فيوني التسعة لا هي ولا بيتها ولا هي ولا بيتها يا جماعة had it changed at all اتغيروا even the clocks in the house had been stopped حتى الساعات في بيتها توقفت اوقفوا الساعات انا قلبي مات but why didn't miss halfshim's fiance marry here طبعا بيبي بيسأل سؤال كويس بيقوله طب ليه خطيبها ما تجوزهاش وكان لها فلوسها قال له والله he would have had all her properties كان خط كل ممتلكاتها قال له perhaps he was already married وتقريبا كان متجوز اصلا Herbert said it seems that the fiance had in fact planned everything with miss halfshim's half brother تقريبا هم عملوا ده مع بعض كده وخططوا للفيلم الهندي ده hoping to take as much money from her ايه ياخدوا فلوس من اخته as he could nobody new محدش يعرف if the two men were still alive or not زا فولوانج دي بقى بعد ما حكاله الاخ هيربرت كل حوار بتاع مسهفشم وستيلا والحوار ده وتوبقى اصدقاء خلاص بعد حوار البنية اللي ده لفوشه ده بفولوانج دي I was taken خلي بالك الجملة باسف انا اخست توميت خلاص رحت هناك اشوفهم هناك في البيت بتاعهم كان بيعيشوا بجوار النهر شفت اخوات هيربرت هناك بلعبوا بإزعاق كده أو بصخب in the garden despite the place being very ordinary يغم المكان كان عادي جدا it was a happy house كان بيت سعيد and immediately I felt comfortable there حسيتني مبسوط Mr. Matthew Bucket and his wife were cheerful كانوا مرحين as cheerful as their son and they made me welcome رحبوا بيا after that they showed me my room they introduced me to two young men who were also studying there قدموني الاتنين هيدرسوا معايا هناك واحد منهم اسمه Startup وده كان good natured إنسان طيب الطبيعة والخلقة وإنسان محترم وبنت الدرامل ده معفن بقى بنت الدرامل ده كان proud فخور ومغرور كده وجرامبي متأفف من نفسه وعدت عامل مع القصة انها بس كده I was learning how to live like a young gentleman أنا كنت بتعلم إزاي عيش بقى كجنتلمان and improving my education because I would be very rich one day هبقى غني في يوم الأيام Mr. Jaggers gave me more money wherever whenever I asked Mr. Jaggers يديني فلوس كل ما أنا عايز which was quite often وده كان دايما I noticed however that we never lived بولا كنت ملاحظ دايما إن Mr. Jaggers ده عمره ما بيتحك and everyone is scared of him وكل الناس بترترعب منه شايف scared دي احنا واخدينها في اليونت اوعى تسيب الفكاب one day while waiting شايف while مدبوعة بفير بفلاصة إنه يجي لأني ما فيش فعل while waiting بينما أنا في المكتب I had a conversation with Mr. Wimic تكلمت مع Mr. Wimic كده في المكتب about Mr. Jagger's work عن شغل Mr. Jagger I noticed that Mr. Wimic لاحظت أن Mr. Wimic was broadly wearing a ring دايما لابس خاتم في يده كده he told me that it was a prison تقال له أنه هدية from people he had worked with Mr. Wimic بيقول I was invited أنا تعزمت I was invited to Mr. Wimic's house في بيت Mr. Wimic he lived with his father بيعيش به مع والده some distance from the center of London في وسط London in a strange building في مبنى غريب كده that looked like a small wooden castle كسل يعني قلعة كأنه قلعة خشبية wooden يعني خشبية Mr. Wimic told me that all of London the criminals بيقول له أنه كل مجرمين London were afraid of Mr. Juggers بيخافوا من Mr. Juggers So they left him alone كانوا دايما يسيبوا الوحد وكده ما حدش يقرب منه I learned that Mr. Juggers didn't even look حتى ما بيقفلش لك يعني يغلق His house at night and the orphan said دايما يقول I want to see أنا عايز أشوف الراجل ابن الراجل اللي يقدر يسرقني يعني Mr. Juggers ما بيقفلش بيته بالليل ولا بيقفل بيبان ولا بيتربسها بالقفل خلي بالك كلمة look يعني يغلق بالقفل look وlook برضو القفل وفيه look دايما مغلق بالقفل looked وانت عارف وانت عارف ان look عكس unlock اكتب الكلمات دي why do you think that bib felt sure that miss hafshim دي miss مش miss is المفروض miss m-i-s-s ليه تعتقد ان بيب كان يشعر miss hafshim وزه secret بنيفاكتور كان عنده احساس بكده as herbert told bib that mr juggers was miss hafshim's lawyer فالله ده محاميها يبقى هو بقى وهو اللي جاب للحوار ده يبقى هي بالمنطق ده اللي هي الرعي بتاعي what might have happened حالة اف التالتة اللي كان ممكن يحصل what might have happened if miss hafshim's brother hadn't bloated ما كانش تأمر عليها she wouldn't have been so sad ما كانش ده حصل ولا كانت بقت قصية ولا كان الفيلم بتاع خطيبها ده تم وعايز اكتراف ان كلمة بلوت دي معناها هي تأمر او مؤامرة was herbert right هل كان herbert صح to think he had a lucky escape ان ربنا نجاه lucky escape يعني هروب من مأزق صعب by not getting engaged انه ما تخطبش للمؤرفة ستلة ايوة ربنا نجاه من انسانا لتحترم مشاعره بتهينه لو كانت اتجاوزيته او خطب استلة was proud كتفخورة ومغرورة miss have she used here miss have she مستغلتها to take revenge on men miss have she ماشية بمبدأ زي قلبي مضاع تضيع كل القلوب بعده زي غيرنا ما باع نبيع كل القلوب زي عبد الحرين ما قال مش راجل علم عليها وضحك عليها هنتقم من رجالة كلها مستقم السلف شخصية استلة اجيبها تعلق كلوب الرجال بيها فيتحطموا قلبهم فيعياته فيبكوا فانا افرح الرجل بيبكي انا ابتهج يا مبسوطة كده لان اللي قسر نفسها رجل ولما خطبها وخلع منها فنفسيا تدمرت واتحطمت شابتر سيكس طبعا عندنا كلمة post يتفاخر او يتباهى وبقول تاني الفوكاب زي انا مستنى من الكلمة دي ومعن تاريتك بتحفظها طيب post يتفاخر او يتباهى في post بي او او اس تي يعزز او يساند او يدعم فدي كلمة مهمة بارتو ريست الرصغ الرصغ اللي هو الساعد يعني ريست دي طب ما تتنتقش سكارز اللي هي الندبات وخدناها على فكرة في البكاب اتذر الكويس تقف بناها انا على طلب hold on to يتشبس لما تتشبس بحاجة يعني تمسك حاجة بشدة life sentence اللي هو الحكم المؤبد ان انسان يتحكم عليه بالاشغال الشقة المؤبدة life sentence عشان ما تقوليش حياة جملة مش ناس عبط هي post في ليه بتفاخر affectionate عطوف او حنون ودي adjective affection ده حب وعطف وحنون وحنان والله كل ما افتكر ان انا اخد اجازة اسبوعين هستريح من الطلبة بابقى سعيد anxious callic sleeves اكمام remarkable مميز enthusiastic متحمس تاخد حرف الجر ايه بقى about affectionate بحب او بعطف shiny لامع fortunately عكسة unfortunately fortunately لحسن الحظ عكسة unfortunately لسوء الحظ واللي يعني جيدا او بقر immediately a few days after wow this i was invited to dinner at mister jaggers who بيب بيحكي بقى بيقولك بعديها تعزمت اللي ايه في بيت mister jaggers with herbert bucket with start up and bent واتعزمت مع دول بقى بيقولك mister jaggers lived in a large long building عايش في مبنى كبير كده كئيب not far from his office we sit all كعدنا كلنا على ترابيزة كده وكان فيه وفرة من الغذاء لكل شخص but my jaggers mister jaggers kept everything at his side مخب كل حاجة جنبه كده يعني مش مخبه يعني and served us كاس يمسلفوا ايه خلي بقى لك الضميل يعني كاس يمسلفوا وباييه بيخدمنا بنفسه when he saw drommel لما شاف الوقت drommel بقى mister jaggers he immediately asked me who he was سألني على هو مين قال له له that's bentle drommel ده بيب قال له i replied so bentle drommel is his name طبعا اللي بيرد mister jaggers بيقول له اسمه bentle drommel what da i sought about this information for a moment before saying i like the look of him بيقولك ليتوا بيبصوله كده بيقوله انا عجبني بصت الواد ده ده mister jaggers اللي بيقول على bentle drommel mister jaggers spent a lot of time looking at drommel قاعد يبصله كده he talked to mr drommel for a long time and here the bentle drommel boosting شاف بنت bentle drommel ده بقى عمال يتفخر الوقت bentle drommel ده وقت متعجرف عمال يتقبر على ستار توب وهيه وهيربرت ومين وبيب وعمالت منظر عليهم بيب بيقولك انا قمت مديوم له برضو المرد عليها بس بيقولك تقريبا انا اتضيقت ان انا بقيت كده لكن احيانا الامور بتدفعك احيانا ان انت تتغير وتتعامل مع الناس زي ما بتعاملوا معاك he was much stronger than start up and me we were both annoyed كل شو عمال يتمنظر علينا انه اقوى مننا and start up and i found ourselves start up وانا لقينا نفسنا بنتفخر برضو بنتكلم as well زي our conversation became a competition بيت مسابقة بقى اللي يتنفس اكتر واللي يثبت انه اكتر كفاء to show who had the best scales Mr. Jaggers seemed to enjoy our talk Mr. Jaggers طريبا مستمتع ان فيه خناء او فيه احتداد في الكلام فواخد دور المتفرجين علينا Mr. Jaggers seemed to enjoy our talk as a form of entertainment كنوع من التسليه but I didn't enjoy it but being among these ان انا اكون وسط الناس دي I don't know why I said some of the things ليه بيقول انا ليه فتحت بقى وقلت بعض الحاجات اللي قالوها الناس دي people seemed to make me behave that way ناس خليتنا تصرف بالطريقة دي بيقولك ست يجي عن ده ربعين سنة كده دخلت she was tall and sin طويلة ورفيعة with belly eyes بعيون باهتة ونشاحبة and long hair وشعر طويل and she gave Mr. Jaggers an anxious look قدت Mr. Jaggers بصة كده فيها قلق بصت له يعني وهي بتحط الأكل على الترابيزة فهو بيقلدها بقى بيقدمها لهم she seemed to be worried that Mr. Jaggers would say something bad about the food الستة وها بتحط الأكل الآن Mr. Jaggers يعلق عليه بشكل مش كويس now بيقولهم if you gentlemen want to لو انتوا يا جماعة عايزين تشوفوا he introduced here as Mrs. Molly his some real strength show them your wrist as Molly بيقولك وهي بتقدم الأكل بيقول لهم يا جماعة من أراد أن يرى أقوى ساعديني فلينظر لساعديني Mrs. Molly بيقولك الستة كشفت ريديها كده لو عادنا نبص فهو لاحظ إن إحنا عادنا نبص على إيدها فلا تقل على الله she pulled up her sleeves شمرت الكمان بتاعتها and showed them to us one of her wrist أحد اللي سواعد بتوحها had terrible scars كان فينا دابات كوية on it it must have been cut أكيد اتقطعت badly in the past بطريقة صعبة يعني I have never met a woman or a man or woman with stronger hands than Molly بيقول له من عمري ما شفتي واحد إيدي قوية ولا واحد راجل ولا واحدة ستة بأقوى من إيدين مولي دي Mr. Jagger said they are remarkable don't you just think so مش أنتوا برض رؤيكم كده we all took turns خلي بالك took turns يعني ياخد دوره كل واحد خد دوره to look at her arms and Mr. Jagger thought that Molly was getting too much attention وغد اهتمام كبير مننا so he told her to leave the room again قال له هاتكل على الله at half past nine gentlemen بلهم الساعة تسعة ونصة جماعة وبيقولون Mr. Jagger لازم أن نخلصه لو سمحت استفيد من كل حاجة في الوقت ده بيقول لك استمرت أن أنا تفخر والتاني يرد علي فبعد كده بيقول لك بقى صاحبنا ده غرف دهية ومشي ترامل مشي والحوار خلص بعدها بكم يوم كده جالي جواب من مين من بيدي بيدي بعتلي جواب فبتقول له Dear Mr. Babe لحظة أن الأمور بقت رسمية لأنه بقى معه فلوسه كده فبتقول له Dear Mr. Babe I am writing to you at the request of Mr. Joe بكتب لك بناء على طلب Joe Joe Garger اللي هو جزوخته to let you know شايف لت لسه شرحنا let مفعول مصدر عشان أخليك تعرف that he is going to be in London and would be very glad هيبقى سعيد يشوفك بدي بتقول له Joe جاي يشوفك بكرة وأتمنى أن أنت تقابله كويس لأنه عارفة أن قلبك إيه أبيض فهو صاحبنا لك يانهار اسود Joe الشحات الحداد هيجي لي بكرة لندن بعد ما تشيكت والبست بيدل وحوار ومعاه فلوس يجي يشوفني هذا الشحات لا لا الماضي المعفن ده أنا مش عايزه شوفت فيلم الليم بتمانية جيجا وبيقول له المساحة بتاعة الفلاشة قال له امسح امسح هذي الأشكال امسح كل القرف ده مش عايز الناس الشحاتة دي في حياتي يلا أنا بجيت باكل معاه فلوس فبقول لك الشحات ده هيجي يعملي بكرة في لندن يان هاريسود يا ريتنا تفعله وميجيش ايوش ايود بهم مالي نوتو كام يا ريتنا تفعله فلوس وميجيش ليا لندن هيجي في ضحن هنا مع هيربرت والسكن يان هاريسود الشحات جزوختي المعفن ده جزوختك اللي كان بيقول لك هساعدك ده انت حبيبي يا بيب ده احنا أصدقاء يا بيب بس دايما الإنسان المعفن لما يجيله فلوس ينسى أصله طب ازعى ليه لانا بيحبش نوعية البشر دي اللي غيرها الهدوم لو غيرتك الهدوم والملابس تبقى انت شخصية قازرة تشوف بيقوله على جزوخت واريته ما يجيش ليا تخيل حسبك تاخد جزوختك تطبطب عليه تجيب له فلوس كده وتشيكه وينالك كده يا حب منك والطبطب عليه تدي له فلوس تشتري له بدلة توده ايه الناس دي ايه الناس دي فبتقوله هي ويلرار ريفة وصل لك الساعة تسعة بكرة تمورو مورننج واتمنى ان انت تقابله كويس امشور يويل بي احابي تسيهم انا واسك ان انت هاي هي خايفة بيدي حاسة بيه وعارفة انه معفن وبتقوله ان انت هاي في جود هارت قلبك كويس وبتاعه هاتقابله وكده ايوش دي زات اي كود بي جو نوتو كم شايف التعبير ده يجي لك يقولك ايه اللي يبين في شخصيته بقول اتمنى ادفع له فلوسه ما يجيش هاي وز مي فريند ده كان صاحبي بس خلاص انا بقيت اشيهم دفهم خلاص بقيت بتخنق منهم عايز يزورني هنا وانا ساكن مع هيربيرت ده حاجة كويسة انا مش هيلوح لي هامر سميس كمان عند الناس اللي انا هتعلم عندهم مع مراتها ايه ماثيو بوكت وولاده قتل فضيحة تبقى اعلى بيقولك اي دي دينت وانت انا مش عايز اقدمه لي افري وان هنا مش عايز حد يعرفه اصلا ايرلي وان مورننج بيقولك لقيت لك جو بقى جايلي يا باشا الصبح وجايلي وانا قاعد وهيربيرت بنياكل وصاحبنا ده قاعد بقى مسيك لطاقيته كده وعمالي وعمالي يقول لي كل شوية سير 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 ايه سير بقى ما خلاص بقى سير ايه سير سير كل شوية يقول لي سير 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 انا زيت منه حاولت اقعده مش عايز يقعد مضطرب قاعد ياكل بيوقع في الاكل فشكله مش حلو مضطرب هيربيرت الغريب بيساعد جو والتاني ما بيساعدوش بيحاول يقعد ويهديه وفي النهاية بعد ما فيطر بقى بيقولك هيربيرت راح شغله وجو قال ليه بيقوله حضرتك مسهفش مباعة تاني ليك وبتقولك ان ستلة رجعت وبته فمع السلامة يا جو يا بيب صديق العزيز وام سايب وماشي صاحبنا ده بيقولك بعد ما جو ماشي انا حسيت ان انا ارتكبت مشكلة اللي انا عملته مع جوز اخت ده فاطلعت اجري 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 بس it was too late كان المعاد فات فات وبقينا بعد وعايزنا نرجع وزي زمان قل للزمان ارجع يا زمان فالمعاد انتهى والحوار خلص جو ماشي وماشي مكسور الخاطر منه لان الامر كان too late ونصيحة ليكم وانا هو بشرح لكم في اليونت في الشبطة الاخير الناس اللي لسه فيتها حاجات كتير في الانجليش وفي حياتها بشكل عام في سنويا العام ممكن تلحق نفسك لان الامر ليس لسه too late ما زال لديك الامل اذا اردت ان تصل وليس الامر لسه too late وطالما هناك وقت فالامر ليس too late لان توليت توحي ببعد الزمن خلاص وانتهاء الحوار فصاحبنا ده بيقول لك رحت اجيبه طبعا لقيت ومشي فبيقول لك ايه بقى يا باشا وقيت بريكفاست وز هيربرت وترايت توهيل بجو انه جي بقى وصاحبنا ده حاسس انه مش مستريح وجو كافضت وماتش عمال يكوحولي كل شوية كل شوية عمال يكوح وقاعد بعيد عن الترابيزة كده مضطر بعين الراجل ودروب دفود وعمال يوقع في الاكل اتوز انلي وين هيربرت ليفت فور وورك عايزة تشوفك وبتقول لك ان استيلا رجعت البيت خلاص بقول لك يا ريت وما كنتش اللاحظ ان هو لاحظ فيه ان انا فرحت اول ما عرفت ان استيلا موجودة هناك بعد كده بقول لك انا قررت ارجع بس بقول لك هل يليك بواحد زي شياكة كده بقى معه فلوس يروح يقعد في بيت الشحتين هناك في بيت الحدد فقال لك اي بقى قال لك حجست فندق جنب بيت مسهفشم وقمت قاعد بقى مستني كده تاني يوم هركب العربية لقيت لك اتنين من المتهمين واقفين مع ايه مع جندي كده بيقول لك الاتنين ريك بو وانا ركبت وهم قاعدين وراي انا سامح حوارهم بقى واحد فيهم بيقول له ما جوتش انا دخلت مع السجن وطلب مني ادي عملة لطفلك انساعدوا في المجبرة ايام مكان هربان طبعا بيب بسمعوا الجملة دي قال يا نهار اسود لا يعرفوني ما هو المقصود بالكلام ده هم معدين وراه بس سألك الحوار صعب لان انا لم قاعد هذا الطفل ده غير كده كمان لم قاعد هذا الطفل الشحات انا بقيت بيب بالراجل الجنتلمان بس بيقول لك لقيتهم بيتكلموا بقى وبيقول له طب انت اديت الفلوس للراجل ده اديته العملة قال له ودت هالو قال له طب و ايه اللي حصل بعد كده قال له بقى مجوتش خد ايه سجن مؤبد وديني معاك هوا يا عم بس انت لقيت الودة اه اديته لي وديته العملة دي بيقول لك بقى بيب لما سمع الكلام ده قال لك الزكريات عادت لتطاردني عاد الماضي المعفن ليطاردني فبيقول لك اهي خلي بالكم من التعبير ده مي موريز كيم باك تو هونتي مي عادت ايه الزكريات السوداء وتطاردني فجاي ما تشوف كده ما انت تتعرض لمشكلة في ميكروباسفة تقول على جنبي اصطى ده بيب بالعمل وقال لك نزلوني فقام نازل واخدها جاري قال لك المسافة دي اخدها ماشي ووصلت طبعا في الفندو ومعرفت ايش هنام لان الوضع كان صعب طبعا وكان بيحلم بالحاجة استيل عشان تهزقه است نايم بيقول استيلا هتهزقني بكرة عصر الانسان المهزق دايما بيحب الانسان اللي هزقه فهو فرحان ان هشوف استيلا بكرة تقعد تهزق فيه الانسان المحب المفترض يحترم مشاعرك لكن او كانش بتحترمه ولا هو كان بيحترم نفسه لانه كان زي ما بيقولك كده شخشيخة في ايدها كده بص شمال شمال يمين يمين ياه دايما احيانا للمشاعر لما تحكمك يبقى انت لازم انت سيطر عليها بالعقل بيب ما كانش قادر يسيطر على ده لانه كان غصبا عنه بيحب استيلا وهي متعجرفة ومسهفش المربيها على هذا الاساس في هنا حتة مهمة جدا لازم انتعرف ان بيب كان ناكر للجميل لمين لجو لانه عمله معاملة سيئة جدا لما راح لندن ودي هوات لما قالوا ان انت راح لستيلا صاحبنا والحوار بتاعه فانتو تقلوا الجزء ده مفيش في حاجة وديني قلتلكم الأجزاء المهمة فيه اخر حاجة السؤالين ده خلاص والحوار ينتهي هل كان يجب على بيب ان يعطي بيدي اهمية اه بيدي كانت بتحبه وبيدي الجانب المحترم في الشخصية المناقض لستيلا في الشخصية يعني هي الشخصية المناقضة لستيلا استيلا متعجرفة متكبرة دي متواضعة وجميلة برضو ليا بيدي بس هو كانش بيعيرها اهتمام ولا انتباه ولا ود ولا حب دايما زي ما بقولك الانسان يميل في الناحية المشاعرية اللي يديله بالجزمة او اللي حاول يكسب وده ومش معبره ولكن القط ما بيحبش اللي خناءه والناس اللي تحبك وتبادلك مشاعر تنفض لها او عنتي بقول كلامكم هو للأسف والله تنفض لها يعني هي ما تدهاش اهمية فبيدي كانت اكثر ركيا واكثر جمالا واكثر ثقافة من المتعجرفة استيلا لكن القلب مع استيلا القلب وما يريد يا بيدي تمام اوه بس المكلسون كانت بتقول قصونه قرامتي من قبل حبي القرامة الاول بس بيب كان معدوم القرامة زي ناس زي ناس زي ناس ويا ما في ناس بتبيع كرامتها بس الكرامة اذا راحت لن تعود وقد تعود بص ايوه الكرامة لو راحت ما بترجعش لكن في نساء بتروح وممكن تعود عادي لكن الكرامة لو راحت ما بتعودش اصدك يا مستر والله الراسه بطحة بقى انت بتبصي لنا ليه شوت بيب هل بيب كان مفروض يدي اهتمام لبيدي اه طبعا انسانة مخلصة انسانة جميلة جميلة الاخلاق والمشاعر ما بتهنكش ما بتدكش بالجزمة لكن استيلا ده في بعد كده هتفرح لما تقول له يا بيب مجرد انها تنديب اسمه ده بيب استيلا بتحبني ليه بتقول لي يا بيب لانها كانت بتقول له ياد شوف لما تقول لك ياد تعال يا ياد روح ياد ما انت فعلا واد اللي انت تقبل كده مش كان تخل شويت كله مش فارك ت τους قه Lynn كان يجري يتنطط تحت رجليها preferably bakalım humble harbor قالت له بيب الله بيب الله بتقول لي يا بيب لسه العادة في كده بيتنا دي باسمه ياه ايه ده 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 المشاعر الفياضة دي بيب بتقول له يا بيب لاي لاه يا لله السلوة ده مستفزيني جدا انا بحبش رجالة لكده الحب حلو جميل والود جميل بس لو متبادل واحترام فهي كتففل لكن ده كان النقيد في ستيلة متعجرفة أريجاند وبراود وبتهينه أيوة طبعا بيب كان عنده حق ما يحبش درامل لأن درامل كان متعجرف مغرور ومتعجرف هو كمان شوف الجملة دي مهمة جدا بيقوله ياريتني أدفع لجو فلوس وما يجيش لندن ويجي يفضحني مع الناس هنا بلبسه المتواضع المؤرف خلاص بقيت مكسوف منه زي ما قولك الفيلم بتاع اللينبي تمانية جي جدا وبيقوله امسح الأشكال دي أشكال زبالة ذكريات زبالة امحيها قال له بس اصحابك وأهلك وجرانك قال له الفلوس أهم أنا كده أنضف امسح فهو عايز يمسح جوه من تاريخه بس مش تقدر تتبرى من أصلك لأن الأصل غلاب وهيغلوبك شخصين معافينة متقلبة بقى مش كويس معه يكسف منه ليه لا طبعا ما كانش صح كان دايما بيحبه اشرحه ده سؤال مهم عمله بطريقة غرودية لما جاء إلى لندن لما جاء إلى لندن طلاب سنة ثالثة بعد ما خلصنا طبعا الرفيجين بتاعتنا على سيكس يونيتس و سيكس شابترز وفي زا نوفل بص بقى ده تحدي بينك وبين نفسك خلص المهضرات كاملة شوف الفكاب شوف الجامر التريكس اللي احنا قلناها الحاجات اللي احنا شرحناها ما فيش يأس وقبل ما سيبك وامش ايه خلي بالك يا مسألة شهور او اسابيع او ايام يا مستر الكلام انت بتقوله ده كلام يدايق لا ما يدايقش انا دايما بقول كل ما الامتحان يقرب ده مش معناه ان انت تخاف انا دايما بقول لهم كده في القاعة في القاعات اللي في السنتر دايما اما الامتحانات تقرب خدها على اساس ان حلمك بيقرب مش ان ان انت رايح تخاف دايما الجنود لما يجوا لحظة الحسن والمعركة بيبانوا مين اللي اعد كويس ومين اللي عنده قدرة على التحمل ومين اللي هي تجري انا مش عايزك تجري انا عايزك تواجه وتواجه مشاكلك وتبدأ لان انت الان لديك الوقت وانت القادر على احداث التغيير لان عندك وقت ما فيش فقد امل ما فيش يأس دايما بقول لكم وداوت بين اشتعب وما فيش مكسب قصدي بدون ما تتعب وتوصل لحلمك كافح وناضل ومتلوقش تفكر في بكرة هيحصل ايه بكرة ان شاء الله خير طالما انت تسعى انت ربنا امرك بالسعي والاجتهاد النتيجة دي مش بتاعتك ببتاعت ربنا وان شاء الله ربنا سيقدر لك الخير طالما انت تسعى فان شاء الله ربنا مش هيسيبك شوفكوا على خير بإذن الله السلام عليكم